موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة الى تنين المستقبل مع الحنان ابي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت تبرهن باننا نحن التنين ننتمي الى ما قبل التاريخ علينا ان نتطور اعلم ساهمة اعطا ما لدينا من اجل التطور الاجتماعي لننتهي من هلوسة استعمال النار ليس للنار بل للورد يحتاج العالم يا ابي اشتركوا في القناة 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 لهذا الولد لكنه يقول ذلك بجد مغفل اذهب اذهب ولكنك ستعود وتقتنع برأيي انا مسكين يا ابي انه ليس شريرا لكنه تنين يحب التهم الاشياء دعونا من ذلك منزل سيد سيدريك رجل رائع ما اجمل ان ارى عالم عائلة ماكا التنين يورفرت ومرسوما عليه رمز فصيلتي وقد اصبح رمزا للسلام ما اروع هذا هذا عالم اخر هنا استطيع ان اتنفس اصغي الي ايها العبقري اعرف انك تنحذر من عائلة تنين تنفخ نارا ولهبا ولكن انا الاوان ان تكفى عن احراق بيتي كل يوم ايها المزعج ارجو المعذرة لقد خرجت رغما عني عليك التحكم بنفسك لم اعد احتمل كل هذا منك ايها الشقي افهم انا اسف جدا وانا ملال مرحبا يا جريسو اه صواح الخير سيد فدرك احترامي سيدة روينا مرحبا يا عزيزي لماذا جئت الى هذا المكان يا جريسو اود ان اتعلم مهنة ما تجعلني مفيدا للمجتمع رائع هذا عمل مشرف وماذا تود ان تعمل في المستقبل يا جريسو نريد ان اصبح رجل ادفاع اختيار جيد يا جريسو ولكن يصفني عدم وجود الشواغر في الوقت الحاضر اه لا كنت اعمل كثيرا اوه لا تخاف جريسو يوجد في هذه الدنيا العديد من المهن المفيدة للمجتمع اقترح لي واحدة منها سأجيبك في الحال انك تأتي دائما في الوقت المناسب يا جريسو نحن ذاهبون لدى البيطري من الستوبي وبما ان طاقم الخدم في استراحته الاسبوعية فانني ارجوك ان تحرز البيت بالتأكيد سيد سيد سيدرك الا انني انا انا لا اعرف ماذا علي ان افعل على اي حال سيشبه لك سيد في كل شيء الى اللقاء الامر ليس معقد يا جريسو عليك ان تعلم بان كلب الحراسة الاصيل يحب ان يميز اصدقاء ملكيه من اعدائهم الاصدقاء تقابلهم بمرح والعداء تقابلهم بالنباع واحيانا يعضون في بطة الساق بالمناسبة دعني ارى كيف تتصرف كأنك مسرور ارني هي حالا لا لا هكذا تتدلع الكلاب الضالة الكلب الاصيل يتدلع بثابات ورقة هكذا انظر الي الان انظر ما هي هذا رائع كم ارغب بان اكون كلبا اصيلا مثلك ستوفي اذا اهتمت بالامر وعملت بنصائحي استطيع ان اصنع منك كلبا حقيقيا على كل احييك الان لا استطيع ان اوجر الفحص عند الدكتور البيطري الى اللقاء الى اللقاء ستوفي انها اللحظة مناسبة القصر غال تماما يا اومي من هذا ممكن ان يكون كلبا حراسة لم ارى كلبا من هذه الفصيلة تبا من كان يعلم ان لديهم في المنزل هنا كلبي حراسة لكن لا يظهر انه شريد لنتابع ومن هؤلاء اصدقاء اعداء قبل ان انبح اعد سوف اجرب ان اتدلع انظر انه يتدلع قلت لك بانه طيب وليس مؤذن هيا لنبتسم له ونداعبه قليلا بالتأكيد اصدقاء لسيد سيدريك ان ذلك واضح لأستقبلهم استقبالا حرا ككلب حقيقي ان الاغنياء يفعلون العجائب في يومنا هذا لن انتهي شابة اذا معلموه تقديم الشاي ماذا قلت لك ابعد يدك هذا الوقت ليس لشرب الشاي اعطنيهم بوبة الاكسجين خد انتظر حتى اشعله تبا هذه الاشياء عندما تريد استعمالها لا تعمل ابدا اتسمح لي خير معقول يحصلون على كل ما يريدون من الكلاب لطيف جدا اعطني هذه هيا الى العمل لديهم هوايات غريبة هؤلاء بجاك عفوان سيدي هل هذه لعبة اجتماعية جديدة تلعبونها انها نوابة البحث على الخزينة اه سمعت عنها انها مسلية جدا مسلية جدا جدا من فضلك اعطني الكيس ها هو الكيس لقد انتهينا ونانهي بناه والشاي ايها السادة الشاي اعطيه الى صاحب البيت الى صاحب البيت الى صاحب البيت علي ان انبح وان اعدهم في سيقانهم اسرع انه يطاردنا عزيزتي ذكريني لكي اطلب الى الاقيد ماكروكيت ان يقوم بالمناورات بالصواريخاردار في مكان اخر بالتأكيد هل تشتم رائحة كازل يا عزيزي إلا سمحت سيدتي هذه رائحة للصن مشعوك جريسو يمكن أن يفسر ذلك نعم أنا نبحت ولكن لم أنجح كلبا فماذا أفعل هذا يفسر كل شيء كانت هناك محاولة سرقة من اللصوص وجريسو أفشلها بالتأكيد نعم كنت أقول في نفسي تلك الصواريخ كان لها شكل غريب أحسنت يا جريسو أنني فخر بك وأنت متأكدا بأنك ستكون بارعا جريسو لا تنفعل لا تخجل اعمل شيقا وزفيرا أرجو المعذيرة أحدث رغم عني جريسو ماذا فعلت هل أنت بدون صمام حتى تتعلم التحكم بنفسك هذا تصرق غير مقبول من تنين ما كان عليك أن تخيب أبلي أرجو المعذيرة ماذا أستطيع أن أفعل طالما أن النار في جسمي عد إلى محيرة القطران سوف نلتقي في وقت أكثر هدوءا إلى اللقاء سيدي عشرة ألاف دينار حرقت من قبل تنين صغير لطيف 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 ابني العزيز ابني تعال بين فراعي أبي دعني وشأني لطيف لماذا فعلت هذه الأشياء خبتي عن أبيك لماذا أبي أسقط أرجو أسقط أريد أن أصرخ من فرحتي يا ولد يا رجي أقلي أسف يا أبي ولكني سأكون رجل إطفاء رجل إطفاء سأكون رجل إطفاء ترجمة نانسي قنقر يؤصفني أن أترك أبي هنا مرة أخرى ولكن يجب علي أن أصبح رجل إطفاء يا أبي يجب سامحني إذا سببت لك ألاما آمل أن تعرف كم أنا أحبك يا أبي مع أنك تنين بشكل آخر يختلف عني ها 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 هو ذلك المغرور الخطير كريسو من الأفضل أن أحلق على ارتفاع عالي نعم نعم أنا أرفض كوني تنين حسنا أريد أن أخنق النار المشتعل في صدري المعذيرة اسمع أيها العبقري أنا الأوان لكي تمتنع عن إحراقي كل يوم هل فهمت؟ أنا آسف جدا ابتعد عني أنا لا أريد أعذارا منك لقى البلال يا الله يجب أن أكون منتبها أكثر يجب ها هي عائلة ماك السمين مرحبا يا جريسو رباح الخير لماذا تأتي إلى هنا؟ أريد أن أعتذر عن تصرفاتي الخاطئة في المرات الأخيرة لا حاجة لذلك ولكني كنت سيئا جدا كبديلا للسوفي لا لا يا صديقي عزيزي جريسو العالم لم يخلق في يوم واحد كذلك لا يمكن أن تكون كلب حراسة جيد في لحظة أليس كذلك السوفي؟ بالتأكيد سيدتي على كل حال أنا متأكد بأنك مع الوقت سوف تصبح عاملا شريفا في هذا المجتمع غير الآمن يا جريسو شكرا سيدي ولكني أريد أن أصبح رجل إدفاع مستحيل 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 مؤقتا ولكن هيا يا جريسو اتبع نصيحتي ألست تريد أن تتعلم مهنة مفيدة ككلب مثلا؟ بالتأكيد المعرف بأن الكلب هو صديق الإنسان انظر إلى السوفي في رأيي العالم بحاجة إلى كلاب مفيدة مثله اه حسنا ولكنه صعبا جدا لا تخف سأساعدك أنا شكرا اوه هذا ممتاز ممتاز جدا أنا متأكد بأنك ستنجح في مهنتك الجديدة أعرف جيدا رغبتك في العمل إلى اللقاء إلى اللقاء عزيزي جريسو ها نحن هنا عزيزي السوفي هل بإمكاني عمل ذلك؟ لقد رأيت ما فعلت خرافات بالتأكيد هذا لن يحدث مرة أخرى أعمل هذا والآن لنبدأ لكي تكون كلبا جيدا فإنه من الضروري أن تتعلم فن نقل الصحيفة إلى من تعمل لديه هل ذلك صعب؟ لا أظن ولكن يجب أن تكون لديك الخبرة الكافية لكي لا تجعل من الصحيفة قطعة بالية من الورق ومشربة باللعاب هيا أريني كيف تحمل الصحيفة هيا يظهر أنه علي أن أعلمك الكثير هيا إلى العمل لنجرب هذه الآن أياتها النار سيئة انت فيه عسنا وآخيرا بدأت تتحسن آه كم أنا سايد والآن إلى درس كيفية أخذ الصحيفة مباشرة من كشف الصحف سأعلمك كيف تفعل ذلك في الحال هذا معقد؟ لا إنك بحاجة إلى ليونة وتدريب والآن قف هنا وراقبني جيدا أوه ستوفي أنت هنا إليك الصحيفة ودعا هل رأيت منادات مناسبة ومعاملة صادقة؟ آه ما أبرعك هل أستطيع أن نجرب هذا السوفي؟ كلا ليس الآن كل شيء في وقته الآن يا جريسو عليك العودة إلى القصر وأن تنوب عني مدة الساعة بدون شك ولكن ماذا أفعل؟ لا شيء أو تقريبا لا شيء يجب أن تسلي يدوجي كلب السيدة سنو لا أريده أن يمل يا جريسو بعد ذلك لي سأهتم به حسنا وداعا وداعا علي بذهاب الآن آه لحظة واحدة إذا ذهبت إلى سيد سيدريك وصحيفة في فمي سيكون سعيدا جدا بما فعلت لنجرب في الحقيقة لا أرى أنه أمر صعب ها قد وصلت والآن سألفت انتباه البائع بنباح معتدلا ورائع كنباح السوفي واحد من سيعطيني الصحيفة واو 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 يبدو أنه لم يفهم معنه لا يفهم أو أنه قاصم واو واو ماذا تريد؟ إذهب من هنا لماذا لا يعطيني الصحيفة؟ يمكن أنني أخطأت بطريقة النباح؟ لا يمكن يا له من كلب بشع إن لم أرمت له من قبل إذهب من هنا لا أجرب سأجرب الله لا ما كان علي أن أفعل هذا أبدأ هذا النار دائما إنها نار دائما أكرهها أكرهها يا إلهي ماذا فعلت لماذا خرجت هذه النار مني يمكن أنه بسبب معاملة بائع الصحف الجافة عقل الباطن الشرير قد أسهر نعم نعم ولكن نية الحسن لا دخل لها لا دخل لها سأجرب 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 مرة أخرى إنه اليوم حار نعم فعلا حرا جدا أكثر حرا من الآن نعم إنه أكثر حرا نعم عزيزتي أنا لا أرى أنه يوم حر جدا وأنت عندما تتكلم معي عليك أن تقول حضرتك وعلى كل فإن موضوع الحر لا يهمني ولكني كنت أظن حسنا كم هو مغرور هل لديك شجرة عائلة شجرة ماذا شجرة عائلة أجداد وأعمامل غير ذلك نعم أكيد ككل الناس ككل الناس يا إلهي فقط أنه بلاء الأرستقراطيون والعصيلون لديهم ذلك أنا مثلا ابن باكرا وشنقطونا نونشانشين فروسقونا والذي بدوره كان بلوبليكيو وانشيشي والذي كان ابن بولدرونا ومازا والذي كان ابن زيزون الثالث أوه إن كلبي يجعلني سعيدة كثيرا بالأمس في مصابقة جمال الكلاب في نيوكاسل أخذ الجائزة الأولى إنني فخورة به حقا أوه بالتأكيد جريسو من فضلك حالا وأنا كذلك فخور بجريسو إنه فريد من نوعه يا عزيزتي فعلا إنه غريب جدا ولذلك لن تأخذه بعين الاعتبار أيه سابقة للجمال لا يهم ولكن ذلك لا يزعجنا كثيرا أليس كذلك يا جريسو لا هل تفكرون بتزويجي حتى يكون أولا يا إلهي ماذا فعل يا إلهي تحترق يدي يا إلهي تحترق يدي لا قد رأيتك أنت فعلت ذلك و فعلتهم تعمدت لا لا صادقني كان ذلك رغم عني دون إرادتي دوجي دوجي إنه يحترق لا إلي جريسو ماذا فعلت أرجو المعذرة ثامحني دوجي هيا يا أبينا لن ندخل أبدا إلى بيت يقيم فيه وحش كهذا لماذا فعلت هذا؟ مسكينا دوجي لماذا مسكينا لقد التقيت به الآن وكان فرحا لقد تخلص من البراغيف التي كانت لصقة به كلا كلا لقد كان عملا سيئا هيا انسى الأمر يا جريسو لم يحدث أي شيء خطير يا جريسو أتصمحون لي تفضل يا رجل الطيب لكن المستشفى ما هذا لقد أتيت الآن من المستشفى يا سيدي أنا صاحب الصحف أنني أرى شيئا غريبا في عينيك في الحقيقة ما الأمر يا عزيزي؟ لقد أحضرت لك كشفا كاملا من الأضرار التي نجمت عما فعله هذا الكلب الغريب يا سيدي كلب غريب؟ ستوبي ليس فيه أي شيء غريب انظر إليه لا تحدث عن ستوبي بل عن كلب آخر أي كلب آخر؟ ذلك الكلب الأخبر أصغي يا روينة خمسمائة نسخة من الاقتصاد الأسكتلندي ثلاثمائة وخمسون نسخة من صدى الألبسة مائتان وخمسون نسخة من صوت السمكة الرياضية ما هذا؟ لم تشتري هذه الصحفة أتكاد نعم ولكن كلبنا الغريب حرقها دفعة واحلة مع الكشك إنه كذلك يا سيدي تحول كل شيء إلى رماد وماذا فعلت يا جريسو؟ لا تودخ يا سيدي ليس كل الحق عليه وماذا يعني ذلك؟ هذا ليس صحيحا أنا السبب وأنا من سيدفع هذه الفاتورة أعطي وقتا سيدي وسوف ترى سار نارة التهم كل أملك عائلة ماك التنين قريبا لقد عدت أخيرا يا جريسو ها؟ مرحبا أبي ساعي بريد أخبرني بأنك أحرقت نصف البلد أيها الخبيث جريسو لماذا حرمتني من فرحة مشاهدة عروضك الجيدة يا ولدي؟ أبي أبي دعني وشأني لقد قلت دائما بأن دمي يسري في عروقك أبي اسمت من فضلك ماذا؟ أريد أن أصرخ من سعادتي في وجه الريح يا لطرختي آسف يا أبي ولكني سأصبح رجل إدفاع سأكون رجل إدفاع وسترى سأصبح رجل إدفاع هاي جريسو الطائر توردو يريد أن يحييك من توردو؟ أنا آتن حالا آه مرحبا أهلا وسهلا بك يا توردو إنني مهاجر طورا يا لك من مقبوض إنك تسافر إلى الخارج دائما والآن إلى اللقاء في الربيع القادم انتبه لنفسك جيدا ها؟ آسف غريسو ماذا فعل؟ لا أعلن أنا آتف جدا انتبه يا عزيزي لطيف سيتوردو هلأصب كأداء؟ لا تبالي لقد تعودت على ذلك أنا المغفل لأنني أتيت إلى هنا آسف إنني خجل لتصرف غريسو لطيف هل اختراك لن تستطيع الأكل ولا احكمال البرد؟ لماذا يا غريسو؟ على أي حال هذا لطيف سينبت له ريش أجمل أليس كذلك لطيف؟ آه نعم دعوني وشأني إن ساقيا ما زالا قويين ويلكنوا أن يفاعداني أرجوك كفا أغلق تمك أرجوك لقد ذهب طبعا ومن المغفل الذي يبقى مع شخص مثلك؟ أبي أنت تعلم أنه عندما أنفعل آيا قليلا من التحكم بالنفس يا ولد معك حق أنا لست موهوبا كي أكون تنينا أنا خلقت كي أكون رجل إطفاء اسكين أبي إنه طيب جدا ولكنه تنينا أيضا ومع ذلك سوف يقتنع من جودة أهدافي أنا مصمم ها غريسو ها ابتعدICO الحفرة يا عزيزي اه معذرة تصدل اضرب آه ضربة رائعة سيد سيد راكتهانية عزيزي غريسو أستنتج بأنك أتيت إلى هنا لتطبعوني هل أتوظف في قسم رجال الإطفاء تابع للمنطقة كنت متأكدا من ذلك ولهذا فقد جهزت له رسالة توصية يا عزيزي إلى ذلك القيس كلا إلى مركز الفضاء غريسو إلى مركز الفضاء أن يحتاجون رجل إطفاء لا بل يبحثون عن رجل فضاء لإرساله إلى الفضاء أسرع يا غريسو إذا أسرع تستطيع الإقلاع بطائرة الساعة الخامسة والنصف تفضل اذهب يا عزيزي واجعلنا فخورين بك نعم سيدتي اكتب لنا بعض الرسائل بلا شك رجل فضاء لس ذلك كثيرا على غريسو لا لا يا عزيزتي غريسو شاب حذق وكله نشاط سترين أنه سيفدع الآن لنذهب ونشر بالشاي حسنا عزيزي حسنا حسنا متطوع غريسو اذهب إلى مكتب الموظفين الجدد حاذا ألا ترى أن ذلك ليس إلا تنينا لن تعين هذا القادم من العصر الحجري لكي تسعد السيد سيدك الأمر خطير طبعا لا ولكن يمكن أن يكون مناسبا لمشروعي غريسو هل تسمعوني؟ نعم حسنا الآن سنبدأ تجربة عدم الجددية هيا ما أجمل أنا لا أفهم كيف بإمكانك بنصف يوم أن تعمل تجارب تحتاج عادة إلى أشهر أتريد أن ترى جاذبية لا جاذبية جاذبية لا جاذبية جاذبية لا جاذبية جاذبية والآن إلى التجربة الثانية ما الذي ستحصل عليه بهذا الأسلوب يا مساعدي؟ لأجد لك رجل الفضاء المناسب للمشروع أو لأفهمك بأن تفجير كوكب سيلفر غير ممكن لعدم وجون شخص مناسب لهذا والآن هيا بنا مع تجربة المقاومات على الحرارة ولكن أنت لا تريد أن تقومها بطهوة وحضرتك هل تعرف كم ستكون درجة الحرارة هناك على كوكب سيلفر؟ لا لا إذن هيا ولن نتردد إلى الجهاز نقول لا يتأخر بالحرارة ويبتسم أيضا لن يبحك بهذا الآن كيف أنت يا كريسو؟ جيد أترى لنستمر في تجربة المقاومات على الأسام القبارية الصقفة يا لها منك الجرباء هيا يجب أن أنجح يجب أن أنجح كريسو بسرعة من فضلك ليس لدينا وقت لبعطيع المسؤوليات في هذا المركز كبيرة وكثيرة لكن ذلك غير إنساني لماذا يا سيدي؟ انظر إلي هل رأيت أحدا بهذه اللياقة بعد كل هذه التجارب؟ بالتأكيد لا إنه غير معقول إذن هيا بنا إلى الخلاطة وإلا سيبرد الشهائي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صعوبات الرحلة سوف يتم على يدي ابن بلدتنا صاحب المواهب الفائقة جريسو ابن التنين فوم وفخر بلدتنا ابني ابني العزيز غدا ستنطلق السفينة حاسمان لقد انتهيت من عملي هذه السطرة الصوفية لكي تحمي جريسو من البرد الفضائي ما رأيكم به؟ لطيف لطيف سيدة روينة لها فكرة جميلة لا شكرا على واجب عزيزي فوم انت تعلم كم هو عزيز على قلب جريسو؟ ها قد حان الوقت رائع جدا لم اتمكن من ان اكون رجل ادفاع ولكنني سوف اكون اول تنين يطير في الفضاء هل كل شيء على ما يرام؟ طبعا ذلك اللوح الذي كان يتحرك ألصقته بواسطة اللاصق الشفاف اللاصق الشفاف وضع بغرفة القيادة ماذا عنه؟ على ما يرام لقد لففناه بسلك معدني متين جدا جدا يمكن ان يعيق نجاح المشروع لماذا؟ انت مازلت تؤمن بنجاح هذه الرحلة الفضائية يا سيدي ام لا؟ ممكن هذا يعتمد ربما حسنا لنطلق باسم العلم انطلق جريسو جريسو هل تسمعوني؟ اسمعكم كل شيء على ما يرام ولكن اعتقد ان هناك بابا مفتوحا اشهر بوجود هواء كل شيء على ما يرام؟ ماذا كان وقصد هذا الحديث عن الباب؟ كان يوتو ان يقول ان السلك المعدني الملفوف حول الباب غير كافٍ يا سيدي غبي انت غبي ومردش بالرغم من فقدان احد الابواب وانفصال احد الصفائح فان رحلة الفضائية ما تزال مستمرة حسب الخطط المرسومة بسبب براعة رجل الفضاء جريسو والذي يعود بقيادة اليدوية الفذة عن الاعطال المزرية للسفينة يا للبؤس الخيث يكاد ان ينتهي امل ان لا يتعطل شيء اخر يا الهي بدون استعمال كمبيوتر السفينة والذي تعطل مع اجهزة اخرى لها اهمية كبيرة فان بطلنا جريسو يقوم بالحسابات المعقدة للرحلة بواسطة دماغه الفذ عشرة ملايين كيلومتر في الثانية حسنا ناقص اربعة ملايين يسوي لم افهم شيئا في الساعة العاشرة والنصف سوف يتم الهبوط بنعومة على كوكب سيلفر وماذا كنت اظن الصوارث الخلقية لا تعمل جيدا لا هذه الاعطال احسا احاول ان اتدبر امري قل لقرائك باننا قد نجحنا لقد نجحنا يقول نجح لو لم يكن بسبب جريسو لما وصلتم ابدا الى كوكب سيلفر مان يدري ماذا سيحل بذلك المسكين عندما يعود سيقص علينا كل شيء باسم موطني وباسم الانسانية كلها اضع هذا الرمز على هذا الكوكب المجهول رائع جدا حتى انت يا له من انفعال انني اول كائن حي ضع قدمه على هذا الكوكب بزل لون الاسطر الكبريتي انا انا جريسو الذي قدر لي ان احيى حياة بسيطة كوحش قاطف للهب المؤذي اصبحت رمز تقدم العلمي رائع يا اله ما قد حدث رغمان علي الكبريت الكبريت يا حترا سأرحل غير ما قول الكوكب يغتابي الخبر الاسراعي لم يعد مرتفظا بالكوكب انه يبدأ لذي البضاء وماذا حل بمسكين جريسو نأمل له حسن الحظ من جهة اخرى فان التطور العلمي يحدث الى ضحايا نعم انت المثول التمر الاسماعي لكوكب سيلفر دخل في مدارد الشينة يا للسماء سوف يحدث دمر الطبائي لأهرب من يستطيع اهربوا 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 رويدا يا عزيزتي نتغير في المجال الجاذبية يسبب لنا المتعب لا استطيع الشرم فنجان من الشايطون قلبي على الملابس اهو يا الهي اهب الميلان الجديد لمخور الارض مشكلة كثيرة يا عزيزي اهو علينا بالصبر يا عزيزتي يقال بأن كل شيء سيقود إلى حاله خلال السبوة اهه اه المل ذلك اه امد ذلك يا عزيزي وهكذا يا عزيزي ألا تريد أن تقول شيئا عن عوداتك للأرض لا يا أبي لا أبدا كما تريد اخذف بهذه السكافة هكذا أفضل والآن ارفع معنوياتك يا ولد ليس لك ذنب في كل ما حصل ولكن علي أن أكون منتبها أكثر أكثر انتباها إلى ماذا أنت تنين أم لا ماذا كانوا يريدون منك ليأتوا هنا ويعاتبوك لا طيب سأحرقوهم جميعا أعيدك بذلك يا عزيزي كريسو كريسو عزيزي أولادي الذي أراد أن يعود إلى أبي كريسو أين أنك كريسو 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 أنا هنا سأذهب عند السيد شيدريك أو لا لا تطلب منه أن يوظفك مع رجال الأطفاء أنا طاهبا من أجل ذلك أبي لأنني سوف أصبح الرجل أطفاء سوف أصبح الرجل أطفاء يا أبي رجل أطفاء ولكن يا سيد الرئيس كيف تقول بأنه قد قل إنتاجي انظر هناك رأي ولكن كيف تفسر هذه الرسالة من إحدى الشركات السياحية السويسرية والتي تشكو على لسان زبائنها بأنهم لم يحصلوا على الحروق الفريدة من نوعها التي وعدناهم بها يوسفني ذلك لكن كن مطمئنا لأنها لن تصلك شكاوي بعد الآن سأحاول بكل ما أستطيع إنني أعتمد عليك إلى اللقاء ذلك الرجل معه حق لا يستطيع الواحد أن يعمل إذا كان لديه مشاكل عائلية حسنا بسببي أبي حاول أن تفهم موقفي حسنا حسنا أجريسو لا أريد أي مناقشة معك في هذا اذهب وليخالفك الحظ أبي أنا آسف فردقني سوف أرسلك يا لولد المسكين يجب أن يجرب الحياته أيضا يوما ما سوف يفهم أبي العزيز إنه طيب جدا ولكنه تنين تنين يا إلهي إنه كريستو أنا جدا على كل أنا أكره كوني تنين وسأخنق النيران المشتعل في صدري سأخنقها آه سيد تيدريس لقد جاء سيد جريستو آه أنت هنا عزيز جريستو صباح الخير دعني أحذر سبب مجيئك يا جريستو تريد أن تعملك رجل إطفاء أليس كذلك؟ بالضبط سيد تيدريس ولكن كيف عرفت ذلك سيدي؟ هذه مواهب على أي حال لا أستطيع عمل أي شيء الآن آسف لا يوجد شواغف يمكنك أن تعمل في قسم الأعمال السرية قدم نفسك لتلك المدرسة جريستو وهذه رسالة توصية لك آه شكرا ولكني لا أرى أن عملي هناك فكرة جيدة عمل رجل الإطفاء ماذا تقول؟ ما هو أجمل من الوظيفة التي تحمي فيها بلادك من ألعاب العملاء الأعداء يا جريستو؟ أجل معا في الحقيقة إذا فكرت في ذلك هذه تذكرة القطار الذي سيرحل بعد نصف ساعة وداعا جريستو كن حذرا وداعا وداعا إلى اللقاء سأكتب لكم إلى اللقاء إلى اللقاء وهكذا يا والد العزيز بنهاية الدورة حصلت على أعلى معدل بين كل الطلاب وقد استحققت بذلك رتبة عميل خاص يا له من تنين ذكي؟ أنا وثقت به دائما آمل أن تكون مسرورا نعم مع أننا نستطيع القول بأن نوعية التنين بهذه المنطقة سوف تنقرض للأبد هذا غير فحيح دع ذلك لزمن فوم كل شيء سيكون على ما يرام أتريد مزيدا من الشاي؟ شكرا سيداتي إذن يا أصدقائي العزيز أعضاء الفرقة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وخاصة أنت أيها العميل جريستو الذي يقوم بأول عملية فعلية انتبهوا جيدا اليوم تبدأ العملية التي سوف تقضي على النشاط التجسسي الذي يقوم به العملاء السريون لدولة تروموغوندا وخاصة عمليات الكونتيسة ليدي مايل التي نعتبرها الدماغ المفكرة لكل الحركة التجسسية هدف هذه العمليات التجسسية هو البحث عن خطتنا السرية لصاروخنا أرض أرض المدعو لومبريكو وإننا قد جعلناهم يعتقدون بأن خطتنا السرية في هذه الحقيبة التي بحوزة العميل 15 هذه الحقيبة الفخ سوف نستخدمها لاستدراج العملاء ولكن تذكروا أن عملنا الرئيسي هو الإقاع بالكونتيسة ليدي مايل التي هي المسؤولة عن كل شيء إقعوا جميع هذه التعليمات ومن ثم قوموا بإطلافها وفي تمام الساعة الثالثة سوف تبدأ العملية والآن أتمنى لكم جميعا حظا سعيدا وخاصة أنت أيها العميل جريسو حاضر حان الوقت ها هو الرجل 15 ومعه الحقيبة المحتوية على الخطط غير الصحيحة يتحدث مع الكونتيسة عزيزتي هل أستطيع مرافقتك في مشوارك اليومي؟ بالطبع أرى أنك قد أحضرت بعض العمل معك عمل؟ لا إنها فقط أوراق غير مهمة إنها عادة عندي أفهم ذلك أفهم ذلك لا إنها تفهم سأجعلها تعفقد بأن الخطط على الصاروخ صدقيني أيتها الكونتيسة إنه لا يستحق كل ذلك في بعض الأحيان يتعب المرء نفسه للا شيء إنني أتساءل إذا كانت المغامرة تستحق المشفقة جاسوستنا الكبرى تبط عملية جواسيسنا السريين كلمة السر كافتن العشرين كافتن العشرين أخذوا الخطط السرية أيها الكلب هات الحقيبة يا للبوس والآن أستبدلها الآن لقد أعادها أنظر إلي غير معقول هيا لنهرب هذا جيد محتويات الحقيبة هيا لقد أعادها الكلب لك نعم يا عزيزتي آه لو تعلمين كم هو خدوم لكن من هذا إنه ليس منا هذا عميل من الكيمان وداعا للخطط السرية ماذا جرى له ربما أطلب ميكانيكي انظر سيدي إنه عزيزنا تبا 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 يا له من وحش كلبكم مرة أخرى أحيانا كلما كانت الكذاب فشعة كلما كانت ذكية من هذا إنه عميل من كتابوزا ماذا جرى ماذا جرى أبا صدي بالكتل السخرية انظروا إلى ذلك الكلب أخذ الحقيبة أنا أشك في ذلك الكلب انظروا هل هو من عملائنا الشجر ليس من عملائنا بل يوجد شجرة كهذه بين عملائهم نملون أشود بدأ هجوبنا العسكري رائع تبا إنه عفو ميكانيكي إلى نقاء ودعا سيدتي لي لكي طبعا كلب يتكلم لن يكون فهمت قد يكون المسؤول جاء متخفيا ليراقبنا سيدي يجب أن نعلم ليدي مايل قبل أن نقع في مشاكل هذا شيء لم نحسب حسابه على الإطلاق ليدي مايل ليدي مايل إنه المسؤول جاء متخفيا ليراقبنا إن المعركة كانت قاسية ولكننا ربحنا هلا أشعلت لي ماذا قلتي إشعال نعم أعطني نارا من فضلك حسنا ولكن عليك أن تعلمي أنني لم أتدرب منذ زمن لم يتدرب منذ زمن إنك تحب المزاحة دائما آه أنا أحسنت أسف جدا يا إلهي إنه رجل غريس غريس أنت رائع رائع لو لم تكن موجودا لم أعرفنا أبدا حقيقة الكونتسة لودي مايل ولم اكتشفنا سرها أبدا لا أرجوك لا كنا بحاجة إلى تنين مثلك ليقول بحل جميع المشاكل لا تقول هذا عينة عينة أنت ذاهب دعه يا ذهب يجب أن نفهمه هذا يحدث دائما للمبتدين في أول عملية لهم سوف ينسى بسرعة أنا واثق آه النار تبان على النار لقد دمرت كل شيء لقد دمرت كل شيء دمرت كل شيء ماذا كنت أقول لك لا يمكن مخالفة الطبيعة تنين أنت وتنين ستبقى أنا لا أخجل من كوني تنين انظر الآن إلى هؤلاء انظر إنهم يأتون من كل مكان لمشاهدة عروضي إني آتي لقد تأخرتم أليس كذلك؟ لقد ضعنا الوقت خسرا سوف أخدمكم حالا حالا يا أولاي بالتأكيد لن يبعثوا شكوى إلى دائرة السياحة في المنطقة ليقولوا إن عملي ليست جيدا جريسو أنا سأفعل يا ولد أترحل من جديد؟ نعم يا أبي لا تغضب مني ولكنني في الحقيقة سأعمل رجل إطفاء سأعمل رجل إطفاء سأعمل رجل إطفاء ماذا تقول يا فوب هل ستفعل ذلك حقا؟ لن تتركني في هذا الوقت المزدهر بالسياحة لا 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 اطمئني يا سيدي إن أبي تنين بمعنى الكلمة ويحب نار كثيرا أما أنا سأصرف رجل إطفاء سأكون رجل إطفاء سأكون رجل إطفاء ابي هناك رسالة لك ممن هذه الرسالة يا جريسو دائرة سياحة في المنطقة السيد فوم المحترم بسبب قلة السياح والعائدة الى ظهور صحون طائرة في المنطقة فقد اوقفنا الزيارات السياحية الى وادي بحيرة القطان وعلى هذا نجد انفسنا غير قادرين على تجليد العقل معك نأسف لهذا الاجراء مع الاحترام تبا تبا لتلك السعور الطائرة بسببهم اخسر عملي الم يستطيع البقاء في بلادهم بدلا من ان يأتوا ويأخذوا لقمة النار من رب العائلة كيف ستدبروا عمركم يا ولدي هيا يا ابي سيذهبون كما اتوا لا تقلق صباح الخير صباح الخير سيد سيدرق مرحبا سيدة روينة تصوروا هذه الليلة مرة احد تلك الصحون الطائرة الشقية فوق الحديقة مدمرا شتى الزنبق الجميل كليا لا هذا صحيح لا انت دير وجهك لحظة واذب هؤلاء غير الارضيين يعبطون في احدى المشاتل الى اللقاء يا عزائي والان ساذهب اقدم شكوى الى مدير الشرطة ودعا الى اللقاء الى اللقاء سيدتي هل سمعت؟ ليس فقط بدعوتي اخسر عملي يا جريسو ولكن ولكن ولا تقلق ابي انا سعمل في الاطفاء وسأحضر نقودا اخلع هذه القبعة لانها توتر اعصابي في كل مرة تأتيني بها وتحاول اثارات اعصابي يا جريسو وما علاقة قبعتها؟ رجال الاطفاء رجال الاطفاء لدي ابن المغطى لا يعرف سوى ان يتحدث عن رجال الاطفاء حسنا يا ابي سأخلعها كافة؟ ولكن يا ابي سأصبح رجل اطفاء اسقط انا متوتر جدا اليوم جريسو قلت لك اذهب عني اذا تبا 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 انا اتفهم نفسياتا والان اكرر هذه هي المنطقة ولكننا لم نجد شيئا محتمل انهم لجوا الى المنطقة بعيدة عن المناطق المسكونة لنبحث بين تلك الجبال حسنا وبعد ذلك نتوقف الوقود بدأ يقل مسكين ابي انا اتفهم نفسياتا ها ما هذا سحنا طائر ساكتبئ لنلقي نظرة حول هذه المنطقة ولكن لكن هؤلاء لسؤلة مين نثلي تماما انا لعاذي انهم كذلك ساسلم عليهم وارحب بهم هاي مرحبا ايها الاصدقاء اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ولكن قلوا لي من اين اتيتم نحن دراكانيون قادمون من كوكب دراكونا وانت انا من الارض واسمي جريسو الارض لا تقل سخافات سكان الارض لهم اشكال تختلف عنك لقد سبق ورا ايناهم لا كنت اراد ان اقول بانني تمين من كوكب الارض ابي ابي انظر من هنا اهلا 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 ماذا تمنكم اخرجوا من هنا اخرجوا 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 انهم اقرباء هنا اقرباء اقرباء ماذا لقد جعلوني افقد عملي اجريسو تعالوا تعالوا لا تخافوا هل انتم متأكد ان بامكاننا المجيء؟ كلام تمين يا اله انهم من نفس فصيلاتنا هل انتم جدون فيما تقولون نحن ايضا من كوكبكم كيف يكون ذلك؟ نحن لولنا اخضر وانتم ازرق نحن نطلق النار وانتم لا لحظة عليكم ان تعلموا انه قبل مئتين مليون سنة كان لدينا بعتة تتنقل في الفضاء في مهمة كشفية قبل مئتين مليون سنة الانسان لم يكن قضاها ربعة اسكت اجريسو وداه يتكلم بعتتنا وعلى رأسه القيم ارنالسوس كانت تتنقل بواسطة سفينة فضاء بدائية على سرعة ثلاثمائة الف كيلو متر في الثانية قوكب مجهور امامنا استعدوا للهجوب اوه الهواء يناسب تنفسنا اوه لنخرج اوه انظروا هذا الجمال ماذا جمال بالنسبة لي انه اسوأ من الكواكب الاخرى التي زرناه اوه لا تضيع الوقت بهذه السخافات لنجمع عينات ان المعادن والفخار هيا امرك سيدي ضيبة أنت أنا المعرض الغريبة سيدي سيدي لا ساحلية خطراء انا تنين انا تنين كنت تنين كيف من الممكن ان تكون انت تنين انت صفلية وأنا أقول بأنني تنين صدقني ماذا جرى لك يا غنائيان؟ أن يتحولوا إلى الأخضر وأنا أيضا لا تقلقوا إنه ليس بالأمر الخطير هذا مؤلم لن نعود إلى سدينة البضاء الهدوء الهدوء لا تبقدوا حقولكم لا تفعلوا هائيا لا يستقفر توقفوا جائنا عنه توقفوا لا يستقفر توقفوا ماذا سنفعل؟ لن نستطيع الذهاب من هنا سنبقى هنا وهذا واضح وكان هذا هو سبب وصول التنين إلى العرض ونقص الميثون حول لونهم إلى الأخضر الغلاف الجوي في كوكب دراكونا يحتوي على الميثون تماما كما يحتوي كوكبكم على الأكسجين حبذا لو كان رجال الإطفاء موجودين هناك ماذا تقول؟ دمار لقد كان بإمكانهم إطفاء النار وإنقاذ السفينة أسقط يا مرد آه نعم يا أبي لذلك أنا أريد أن أصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء من كان يتصور ذلك؟ التنين الأرضي مصدره من كوكب دراكونا إذن نحن وأنتم أقرباء فعلا بالتأكيد يا فون ولكن هناك شيء لا أفهمه عندما هبطت سفينة من كوكب دراكونا على الأرض قبل ملايين السنين حدثت بسبب اختلاف الهواء يا أبي ظاهرة الدراكونيون تحولوا من اللون الأزرق إلى الأخضر وبدأوا يقضفون النار ولهيب اشتعل بسفينة الفضاء ودمرها مجبرا أولئك الدراكونيين البقاء هنا إلى الأبد ولكن كيف عرفوا هناك على كوكب دراكونا عما حدث مادم أن أحدهم لم يعادوا ينجدهم ولماذا لا يحدث لكم نفس الأمر؟ رائع يا جريسو صحيح كيف حصل ذلك؟ هذا بسيط عدسات التصوير الموجودة على ظهر السفينة كانت تنقل المشهد وهذا المشهد كان متابعا من قبل رادار تلفزيوني متصل مع جميع الكواكب فعرفوا سبب الفاجعة وفيما بعد اتشف علماؤنا مثلا جديدا مضادا مثلا مضادا؟ إذن ليس عليكم خوفا تتحولوا إلى اللون الأخضر ولا خطر من إحراق كل شيء كاي؟ ليس لديكم النار؟ بالتأكيد يؤسفني ذلك يا أصدقائي يؤسفني ذلك جدا إنها ليست بالمشكلة الكبيرة جدا يا عزيزي أنتم بالمناسبة قل لي كيف تسير أموركم؟ ألا تسبب النار المشاكل لكم؟ لا أبدا أبدا إنها الرمز المميز لفصيلتنا إذا سمحتم أود أن أقدم لكم عرضا صغيرا أشكرك أشكرك كثيرا إنه لخبر هام جدا أعتقد أنه جميل جدا أن تفعل كل ما تريدون دون الانتباه إلى هذه النار السيئة لا أعتقد ذلك يا جريسو إن عدم وجود النار لدينا يسبب لنا الكثير من المشاكل أتقول ذلك بجيء؟ ولكن سأشرح لك اسمع أحقا أفهم هذا ولكن ماذا نفعل؟ الحل للمشكلة متوسر ولكن لقد وجدتها تعال معي وهكذا منذ أيام فرسان القرور الوسطى هذه النار كانت رمز قوتنا أتسمحوا؟ لو تبتعدوا من هنا قليلا انتبهوا لا نار 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 أرجو الماغرة هل ذلك التنين سيبقى مشتعلا لمدة طويلة؟ أنت تعلم أصبح الجو حارا جدا في العادة يتدخلوا إبني ويخربوا كل شيء بدلوين من الماء ماذا أستطيع أن أعمل؟ هو يريد أن يصبح رجل إطفاء بالمناسبة أين جريسو؟ 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 أدعني أن أفعل رجل إطفاء أيضا ها ها كذا بسرعة بسرعة أركض جريسو أخذ المصر المضاد لللهب وقد أغلق على نفسه في سكينة الفضاء لكي يشرب علينا أن نفعل شيئا ما أجوكم إذا شربه ماذا سيحدث؟ لن يستطيع قلف اللهب هذه مشكلة كبرى يجب أن نقفه لا لا يمكن أن يشرب هذا الدهاء يجب أن نمنعه هي افتح هذا الباب يا جريسو افتح وإلا كسرته أعرف بالتأكيد أنك بالتاخل افتح قد تكون على حق ولكن أرجوك اهدأ قليلا يا سيد فوم لن تضطر لذلك فنحن لدينا المفتاح ولماذا لم تقول ذلك من قبل لماذا جعلتموني أغضب هكذا هو المفتاح تفضل يا سيد فوم أنت تغيظني افتح الباب ها قد فتحت الباب أين هو أين اختبع الولد أين هو هل تبحث عني يا أبي طبعا أبحث عنك أخرج هذه القمامة من جوفك أخرجها هل لا أفهمتني ما الذي تتحدث عنه يا أبي أرجوك وهل يزعجك لو أنزلتني من هذا العلو يعرى شيئا يا أبي كيف استطعت فعل ذلك يا جريسو الاستغناء إلى الأبد عن طبيعتك كتنين لماذا فعلت ذلك صحيح أنني أحيانا كنت قاسيا معك ولكن أنت تفهم أنه من الصعب جدا على تنين أن يكون لديه رجل إطفاء لماذا فعلت ذلك يا أبي أعرف ولكن عليك ألا تقلق لأنني لهم أبتلع أي شيء صدقني كيف ذلك يا ولد ما هذا المزاح السخيف الغير لطيف إنه ليس مزاحا وإنما نوع من العمل الطيب يا أبي عمل طيب فسر لي ذلك يا وعد أقرباؤنا هؤلاء لديهم مشكلة كبيرة وأنت فقط تستطيع مساعدتهم كما تعلم لا يملكون النار وعلى كوكبهم لا يوجد لهب إنهم بحاجة إلى النار أنا لطيف الآن لطيف لطيف لماذا لم تقل لي ذلك من قبل أوه نعم في الحقيقة يا فوم كان ذلك أسهل ولكن كيف أقول لك أنا ربما كنت لا تواخر لا أستطيع أن أصدق الأمر تنين قاذب لله بداخل صحن الطائر وزياد على ذلك متاجه نحو كوكب مغطا كليا بالمياه إنه حلم المزهج بالعكس إنها حقيقة رائعة نحن نطير باتجاه كوكب أجدادنا حيث يحتاجون لمساعدتك يا أبي إن هذا الأمر هو الذي يشككني يا ولدي ماذا يستطيع أن يفعل تنين قاذبا للهب في بحر من الماء كوكب دراكون أصبح قريبا أرجوك أعطنا الاتصال المرئي استلامت الاتصال المرئي جاهز دراكون كوكب فصلت التنين يا لنار قلبي لقد وضعونا في حوض الأسماك هذا واختفوا ما هذا أين نحن يا جريسو؟ تبا لهم أين نحن؟ في مدينة رائعة تحت البحث هذا هو محيط دراكون الكبير يا أبي كل هذا الماء يجعلني أتقيا ما الذي يريده من هؤلاء الدراكون؟ بعد قليل ستعلم ذلك يا فوق ماذا يقول هذا؟ ألا تعرفه؟ إنه بروغان الكبير إنه مسؤول عن جميع تنيني الكون كبير؟ بالنسبة لي لا يبدو كبيرا أبدا أبي أهلا بكم على كوكب دراكون لا أهلا ولا سهلا لقد أحضروني إلى هنا بالخداع إنه غضب جدا سيد بروغان لكنه في الواقع طيب نحن نعرف طبافهم ونعرف أيضا عن الهدف الذي تسعى إليه يا جريسو على كوكب الأرض تريد أن تصبح رجل إدفاء وهذا يفرحنا كثيرا وسنساعدك فيه لنترك المجاملات؟ أخبروني ماذا علي أن أحرق الآن لأعود إلى كوكبي بالسرعة الندامة يا فهم ولكن إن كنت مصمم فأنا موافق هيا لنذهب هيا لنبدأ الآن إنها سفينة الفضاء الخاصة بفلامغور تنيون مغفل من المجموعة الشمسية البراكين براكين لطيف نهل موسيقى عذبة لأذني ماذا يعمل في مصنع الروماتيزم هذا براكين رائعة على كوكب الراكون لا يوجد لهب ولكن لدينا صخور قادرة على إنتاج حرارة قوية فلامغور ليس إلا تنينا قاذف لهب وهو يعتقد بأنه لو أكل هذه الصخور فإن قوته ستزداد المجال الجوي في مدينتنا مشبع بالهايدروجين شرارة واحدة تكفي ليشتعل كل شيء وقد هدد فلامغور بذلك إذا لم نسلمه الصخور لقد فهمت لا تريدون أن تره حياتكم شويا ليس بالضبط نحن مسيطرون تماما على المياه بإمكاننا توجيه أمر إلى الأمواج لتسحط فلامغور ولماذا لا تفعل ذلك؟ لأنه ليس من حق أحد أن يقتل هذا هو قانون الكون فلامغور بدأ يلغي هذا القانون لذا قررنا يطاه درسا لا ينسى وما علاقة أنا فهم بكل ذلك؟ لهذا السبب أتينا بك إلى دراكون أنت الذي ستلقنه الدرس النار ضد النار صراع قانوني بين تنينين قاذفين لللهب هذا الصاروخ المائي سوف يأخذك إلى سطح الماء حيث تستطيع مواجهة فلامغور وأطلاق اللهب عليك أن تصدر أن تضغط على الزر الأحمر فقط تماما وبدون المخاطرة بسلامة المدينة طبعا لا أحد يرغمك على مقاتلته من أجلنا إن فلامغور أطغم أقوى تنين قاذف لللهب في هذا الكون يا فهم أنا التنين الأكثر قوة لا أحد يرغمني يجب أن تلموا أن فهم لا يتخذلوا أبدا وسترون من هو الأقوى توقف توقف يا فهم إلى القتال يا فلامغور آه لقفة الوقت أخرج إلى هنا يا عود الثقاب الصغير إني أتحداك أتحداك حتى الله بالأخير يا أنا هنا تكن له ثلاثة رؤوس ثلاثة رؤوس طوارق طوارق التقي طفام لم يبقى لدينا سوى الاستسلام انتظر يا بروغان علينا أن نحاول مرة أخرى لدي فكرة هل لديكم حوية كبيرة نستطيع دفعها تحت سفينة بسلامغور لدينا منها من كميع الأحجام إذن خذوا الأكبر منها وادفعوها حتى أسفل السفينة الفضائية هذا ليس صراعا عادلا ثلاثة ضد أحد أبي لقد حانت لحظة النصر لحظة النصر نعم أصغي أترى إنهم يدفعون حتى أسفل السفينة المعادية هذا هو الصندوق إننا جاهزون الآن دعوا الهايدروجين داخل الصندوق الهايدروجين سوف يرفع الصندوق إلى السفحة الآن استمع لطيف 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 هيا أطلقوا الصندوق أخرج لي هنا أيها البالون أنت مرة أخرى؟ هذه المرة سوف أسعى أقوقك لا لا خاول أن تشم ها؟ أوه؟ أطلقنا هذا هيدروجين صحيح الشرارة صغيرة بوم أيها الصديق موذوق شركة فوم ولد فيما يتعلق باللهبيات ليس لها منافس أبدا أسميك أنت أبنك بأبطال دراكون الشرف لللهب دائما يا صديقي الشرف لللهب الآن وقد انتهى كل شيء أستطيع أن أصارح كيفهم كنت خائفا من استعمال النار لا تخف سيد بروجان لقد كنت جاهزا لأي حدث نحن المتشوقون لنصبح رجال إطفاء نكون دائما منتبهين رجل إطفاء أيضا لا نعم يا أبي سأصبح رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء وداعا يا أخلص الأصدقاء وداعا أيها الكوكب لقد برهنت أنه بالإمكان استعمال قوة التنين بطريقة إيجابية إننا فخورون بك يا كريسو سيد بروجان أنا عدلت أن أكون تنينا حارقا حتى أكون أول تنين يعمل كرجل إطفاء على الأرض سوف تنجح في ذلك ولكن ذلك لن يكون سهلا قبل كل شيء عليك أن تبرهن أنه فقط القوة الخلاقة للعقل تستطيع أحل المشاكل ابنتي ستأتي معك لكي تكون لك عوما بنصائحها الحكيمة كريسو لا تتكلم لأنها مازالة صغيرة وتعبر عن نفسها بالصوت ولكن سرعان ما تتعلم ها هي ها سفيمات فلماجور التي تلتقط الموجات السنطية للمدينة السهل مائية ابنة بروجان سوف ترحل إلى الأرض وحدها ودون حماية في الفضاء سأجعلك تحترم أوامر يا بروجان أتعلم ما أقول يا ولد فقد مللت من عمل اجتذاب السياح إلى بحيرة القطران هذه هل عملية على كوكب دراجون فتحت لي أفاقا جديدة وهذا لطيف؟ أم وجريسو تنينين حارقين ولكن يا أبي أنا ماذا يا في رأسي أشياء كثيرة؟ أه ماذا يحدثون يا ترى؟ سفينة طبائية تقترب منا؟ هذا اتصال مرئي انتبهوا سفينة فلا ماغور نعم لا ماغور؟ نعم لا ماغور وأنتم الآن بين يدي توقفوا حالا وإلا قذفناكم بالنار من الأفضل أن نطيعه وننفذ ما يريد اطاعت ما دعنا لأخبر عامر من أحد أبدا انظروا أنا بكذفة للهب لا تخافوا النار لا تدمر التنين أبدا هذا ينطبق فقط على التنين قاذف باللهب مثلي ومثلك تماما ها لكن التنين الأزرق تنين ما إذا قاذف باللهب فسوف يحرقنا بالتأكيد هذا ما سيحدث لكم جميعا آه لم يحدث هذا لدينا هنا بطن ليس كذلك من الأفضل أن لا نثيره أبدا الأجواء هنا مش أبعة بالهايدروجين شرارة واحدة كافية لإحراق ذا تلزمنا فكرة جيدة هيا عاصر دماغك يا ولد إذا كان الأمر يهمك فإن السفيلة مليئة بالأكسوجين النقي تماما الأكسوجين أيضا يمكن أن ينفجر الآن أطلق أخرى وأطلق اللهب كلموا الصغيرة وسوف تنجوه وعكس ذلك ستطيرون في الهواء أتسمعوني هل يفعلون ما هذا العمل الجنوني؟ عنبوب ساحب بتماثل مغناطيسي اسمعوني جيدا انضعوا كيسي في غرفة الهواء إن العنبوب الساحب سوف يشفطها إلى سفينتي هيا بسرعة غرفة هوائية؟ نعم إنها الغرفة التي تعزل داخل السفينة الفضائية عن الخارج تعزل الداخل عن الخارج؟ بماذا تفكر فوم؟ لا تفكر بتفجير السفينة فهذا لا يفيد وقبل أن ننتهي سندمركم وعندها ستكون النهاية لكم هنا هنا أبي أبي ماذا هناك؟ أصغي إلي الطريقة الوحيدة لقهره هي بإطفاء ناره ولكن كيف؟ بواسطة انفجار مائي ماذا تقول انفجار مائي؟ اسمع الماء مكون من هيدروجين وأكسجين متحدان معاني أبي نعم سفينته محملة بالأكسجين وسفينتنا بالهيدروجين وأنت لديك الحرارة آه لا بدا تأفهم ذلك ماذا تخططي أنتم الأثمان؟ عسنا لقد خررنا سنسلمك كريسيا فلا ماجور عليك أن تأخذني أنا أيضا حسنا أيها البطل لكني لا أريد مزاحا ادخلوا إلى الغرفة الهوائية وأغلقوا على أنفسكم وافتحوا الباب الخارجي نفذوا الأوامل لا تتركونا الشوطر اهدأوا جميعا هيا أيها القرصان ابدأ بالشطلان تمسك بتلك القطبان كريسي والآن سندعهم يصحبون هيدروجينة تفينتنا ها 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 هيا إلى فلا ماجور تعالوا إلى فلا ماجور كنوا جاهزين إنها اللهضة الحاسمة تبسكوا بأي شيء انتبئوا افتح أنا خائف خائف ما خمل يا ولد الآن وصد الحساب خدها لي يا ثلم جور قلك يا الله اشهو س الشعر هذا رائع ناقف نجاحنا ناقف نجاحنا ناقف نجاحنا نجỗ قديم landsري ناجحنا قالى لقد انتصرنا والآن إلى أماكنكم المسار باتجاه الأرض هيا بكل القوة والآن يا بنيف فإن أعمالا باهرة تنتظرنا سنكون فريقا غير قابل للهر أبدا طبعا يا أبي بما أنك فتعت تحويل النار إلى ماء أستطيع استخدامك كسيارة إدفاع عندما أعمل هناك آه لا نعم لأنني سأصبح رجل إدفاع سأصبح رجل إدفاع سأصبح رجل إدفاع سأصبح رجل إدفاع تبا لي لا أعرف أن أقول لا كان علي أن أرفض مرافقة عائلة ماك التنين في بعثتهم للأثر القديمة له من مكان سيء رمل حجارة حر أطسيا لحظ أبي أبي قل الحق كان عليك أن تقول تبا لي لأن لدي ابن عنيد أراد أن يدرس علم الأثر القديمة وأقنع الجميع على لحق به إلى هذا المكان المنسي من الناس أليس كذلك أبي لطيف لطيف سنصل أم لا فوم اضبط لك فخميلا أرجوك ألا ترى أن حاكم هذه البلاد سيصن الآن محاشيته يا فوم هذا حاكم أبي فهم فهم لن أتكلم كلمة واحدة هذا أفضل كثيرا صباح الخير أيها الحاكم مانا سعيد جدا برؤيته أهلا بكم على أرض الفقيرة أرجو أن تعذروني على الاستقبال البسيط الذي أقدمه لكم أنا للأسف لدي فرات وحيدة هذه الحجارة التاريخية لا أرى ما يبعط على السرور فوم دعه يتكلم معه حق إنني فقير لا أملك شيئا بلا عكس نحن سعيدين بي سترى عندما سنكشف سر الحضارة القديمة للنصيين الذين عاشوا في هذا الواد قبل أربعة ألاف عام كل العالم سوف يأتي لزيارات هذه الأسر وبلادك سوف تصبح مزهرة كالأخريات سيدي من يدري يقول المثل من يتغذى على الأمل ينعش الروح ولكن يجوع المعدة على كل أتمنى لكم التوفيق أرجو لكم عملا جيدا شكرا شكرا يا له الحاكم يا له من رجل طيب حسنا والآن إلى العمل ابداعوا الحفريات من يعلم ما هو ذلك الشيء الذي ينظر إليه هذا تمثال مجهول باستغراب إنها فعلا أثار غريبة لابد أنها تعني رمزا معينا بالنسبة لي له ليس إلا رمز مطرف قديم بالنسبة لي ليس إلا صفيحة بنزين أبي أبي من الأفضل أن تبدأ العمل ابدأ بالعمل ولا تتكلم كثيرا يا فوم خسنا لن أبتح الفامي أبدا هذه الآثار جميلة من يعلم ماذا كانوا يقصدون من هذا النحط الغريب عمر بسيط نقل مواد سائلة من الممكن أن يكون شرابا منخولا إلى أحد الأماكن الفخماء شراب لا أعتقد بأن هذه المنطقة صالحة للزراعة سيد فدري هذا ليس صحيحا انظر هذه أحجاب وأشجار على ماذا يدل هذا اوه وانظر إلى هذا النحط ألا يدل هذا على وجود ماء جريسا أجل معك حق بالنسبة لي الأمر الأكثر غرابة هو ذلك النصب التذكري الضخم المزروع في الأرض إنه يذكرني بغطاء زجاجة يفهم أنت تتدخل دائما فيما لا يعنيك تابع الحفر ولا تتكلم كلنا يعرفوا كيف تكونوا أغطية الزجاجات سيدي نعم يا أبي ولكن أملوا ألا تعتقد بأنهم وضعوا نصبا تذكريا لغطاء الزجاجة من يعرف القدماء أحبوا أشياء غريبة وكثيرة يمكن أن يكونوا قد عبدوه ألا يمكن ذلك كريسو عفوا يا فهم اذهب واسترح حسنا سأذهب سأذهب مع وجود كل هؤلاء العلماء شخص جاهل مثلي لا يستطيعوا إبداء الرأي لا يا فهم لا تقول هذا عد إلى هنا عد انظر سيد هيدريك بينما كان يحطر أبي ظهر هذا النفق آه محتمل إنه سيقودنا إلى داخل تلك البناية الغامضة سأذهب لأتحرق قد يكون خطرا لا تقلق إنه فعلا ممر سري وخاطر آه يا للروعة يا لها من فرحة أنا أول كائن حيدخل هذا المعبض بعد أربعة آلاف سنة ما زالت وهو أشهر بأنه هنا يكمن سر الاختفاء الغامض للشعب النفطي أحيث هذا جيدا آه يبدو أن هذا التمثال يود لفت انتباهي إلى شيء ما هذا هيكل التضحيات آه سأدير هذه اليد سأجرب حالا آه إنه يتحرك أشعة الشمس تشع صورا خيالية إنها رسالة إلى اللاحقين القدماء كانوا سعداء رجل يحفر الأرض الحفر يؤدي إلى سائلا غريب سائل سامد رائحة كريهة يعاكر صفو الماء يقتل النبات يحاولون محطرة السائل وإبعادها آه شعلة لها تسقط على السائل السائل الغامض يشتعل يلوث الأجواء يحرق المزرعات يتكون شيئنا آه كل شيء قد دمت غطاء زجاجة فهم يهاجرون آه رائعون جدا رائعا بهذا الاختشاف سيكتب اسمي في التاريخ البيترون 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 لقد فهبتني عملين هداء قلت كأنه غطاء زجاجة تبقى لنارك يا جريسو ماذا فعلت؟ أعذروني أعذروني تعلمون أنه عندما أنفعل يخرج الأهب مني كان عليك أن تكون أكثر حذرا هيا هيا أيها السادة إنه يوم فرح وسرور إنني غني الآن لكي أكثركم سأعطيكم نسبة 20% من أرباح بيع البترون أجل شكرا يا صدق العزيز شكرا لك أبي أنت لا تقول شيئا ماذا تريدني أن أقول شكرا بفضلك أصبحنا أغنياء نحن أيضا أن نكون أغنياء هذا جميل جدا ولكن الحصريات الأثار تاريخية فكر بالأشياء الجميلة التي تستطيع حصول عليها الآن زي رجل الإطفاء عزيزي جريسو اسمتي أبي أرجوك سيارة إطفاء خاصة أبي أبي طفايات أنابيب ارحمني يا أبي هيا كن فرحا يا علم الآثار بيترول 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 اضحك علي يا أبي اضحك لا يهمني هذا ولكنني يوما ما سأكون حقا رجل إطفاء طبعا رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء فكرة جميلة أنني أتيت إلى هنا كعالم أثار في هذا السندوق الرملي وبدلا من اكتشاف حقيقة الأثار هنا اكتشفت البترول أنا لا أحب هذا إطلاقا أنا أحب الماء أنا بحاجة إلى هدوء وسكون سأجلس في ظل شجرات النخيل في قديم الزمان كان هناك نهر صغير صافي اللون كان يجري نحو الوادي القديم بعيفا بين العديد من الحقول الخضراء آه الماء الماء رجال الإطفاء سأصبح رجل إطفاء ولكن بالعكس هنا نقود نقود وفترول آه يا إلهي جريسو اخذت صوتك لقد اكتشفت شيئا ثمينا سيغني العالم وهذه المنطقة بالذات انظر إلى العلماء حولك أعتقد أن الجميع قد فقد صوابهم هذا مؤسف جدا إذا أرادوا أن يقذفوا بنقودهم من النافذة فليفعلوا إنهم أحرار سيدتي أحسنت يا عزيزي فوم أحسنت ولان يسرني أن أفتتح أول واحة بلاستيكية وهناك الكثير منها لكزين الصحراء جميلة حقا إنها جميلة شكرا شكرا سيدي أود أن أخطئ برأيي لكنني أرى أن حرارة الشمس قد بدأت تصهر مادة بلاستيك مستحيل مستحيل يا سيدي حساباتي تقول أتدري ما أقول لك اخترعك هذا فاشل أجل فاشل يا سيدي ولذلك فهذا المقترع لن يفيدنا أيها العراس اتردوا هذا الرجل من عقبي والآن ما هو العرض الثاني هيا تكلم يا سيدري إنه سفينة الصحراء الآلية سيدي انظروا إلى هذا العرض سفينة الصحراء الآلية تعمل بالبترول فقط انظروا إلى الأمام إلى الخلف على الجن تركض توقف توقف ماذا توقف توقف ماذا توقف 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 أين ذهب ذلك دعوا هذا بيو الحاكم لا تخاف سيدي لا تخاف اخترع فاشل آخر بالضع والآن لدينا السحابة المتنقلة لماذا تفين بواسطة هذه السحابة يقول لدينا ظل متمر خلال الرحلات الصحراوية يا سيدي وبذلك يستطيع الناس أن ينعموا دائما بالراحة والامتعاش تحت هذه الضلال اللطيفة يا سيدي ماذا الراحة نعم الراحة والامتعاش بالتكفيذ يا سيدي إذن ليبدأ المحرك الآن بالعمل هيا هيا حسنا حسنا ولكن قلني ما هذه الطلبة ألا نستطيع إطفاء المحرك كلا وإلا فإن الريحة سوف تدفع السحابة بعيدا جدا عن هنا اطردوا هيا لقد ملت كل هذه الاختراهات السخيفة جدا اسبري قليلا لقد شرتنا على النهاية ماذا لدينا الآن؟ الطراض صحراوي سيد الحاكم أرجو منكم أيها السادة الأفاضل أن تتفضلوا إلى المنصة الخاصة والتي منها تستطيعون مشاهدة اختراعي اسبقني أنت يا أبي لقد نسيت أن أخذ معي الشتاب الشعر هنا مستعدون ابدأ نعم أيها السادة الأفاضل أنتم الآن سجناء عندي ها 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 هاчит آه تبلا لك إن مذاحك ثقيل دم مفيه الكفاية أطلق سراح ابي وأصدقائي تبلا لقد طرقت الضخيرة حرا الآن سأتصرف انه لا يمجح يجب ان اهرب لن تبنت مني يا ايهة blir ما حلت فق وخيرة الفتروج ايها الحالم ألا تعلموا بأن زور قيمائي أيضا الهروض للمجمع شيئا علي أن أهجها ولكن ليس لدي سلاح الحقيقة لدي لا ذلك لا أبدا لأن ناريس تكون سلاحا غير عادل مع أن ذلك المكترى تصرف تصرفا جيئا هل تستسلم أبدا هيا إلهي ما الذي فعلته اختفت بحيرة البترول كفا كفا إني أستسلم البترول البترول اختفت بحيرة البترول لم يبقى منها ولا حتى قطرة واحدة لقد ذهب جميع أحلامنا في مهد الريح لن نصبح أغنية ماذا يجري هنا هم هذا السائل ماء 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 وكيف أكون ذلك مال يا بريس يمكن أن الانتجار قد فتت تربة وأغلق بئر الفترول وفتح ينبيع تخت الأرض ماء 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 انظروا إلى هذه البذور الأسارية لقد بدأتني من جديد فتصبح أجيارا على القاري حيث يوجد الماء توجد الحياة عزيزة تيروينة الماء جعلت تربة الرملية خصفة جدا أمبات يمكن تعبئتها في زجاجات محكمة وبيعها إلى المناطق المجاورة أنتم تفكرون دائما بالأرضاح معك حق سيدي انظروا إلى السماء الطيور بدأت تعود الأسماك الأسماك عادت الأسماك إلى بحيرة الماء انظروا إلى المكان الجميل لقد اختفت الصحراء اختفت أيها الحاكم اتفقنا نسبة الـ 20% توافقنا أم عقول هذا ذاك من ذلك يا جريسوف الرجال يكونون هكذا دائما إنه أمر محزن الأجدر بك الآن أن تكون فرقة رجال إطباط لما وجد الماء حقا هذا صحيح رائع أخيرا أستطيع أن أصلح رجل إطباط رجل إطباط أنا أحبك يا أبي رغم أنك أتحب النار تأصلح رجل إطباط رجل إطباط هياه فهاتب شكرا لك شكرا لك اه هذه فعلا حياة جميلة اللعب وسط القطران المغلي بدون اشغال البال بمشاكل العالم اه ما رأيك بهذه الفلسفة يا بني جريسو جريسو اين ذهب هذا الولد اليوم يوم زيارة سيد تادريك ساذهب اليه حالا يا كريسي لعل لديه اخبارا جيدة لامل هذا ولكن هناك صعوبة كثيرة علينا ان نحلها مرحبا سيدي هل ازاجك ادخل اذا اردت يا جريسو لكن ليس لدي وقت كثير لك في الواقع اردت مشغولا جدا سيدي هل من مشاكل اعتقد ذلك يا عزيزي في هذا الجزء من العالم هناك شعب بكامله مهدد بالجفاف لم تمطر منذ عامين ولم يدقى شيء من الماء انظر محاصيل تذبل حيوانات تموت الناس يعانون من العطش المنظمة الدولية ارسلت نداء لانقاذ المنطقة انا واصدقائي هؤلاء قررنا تنظيم بعث تمائم لتلك المناطق انه عمل رائع جدا اعتبرني من الان تحت تصرفك لاي مساعدة استطيع تقديمها سيدي انت ايها صغير تظن ان تكون مفيدا هذه ثعوبات كبيرة انت تنسى بان انا لك تنين ضغم اه ماذا يستطيع التنين عني افعل سوى قد في النار السيد سيدريكي علم انني عدلت عن ان اكون تنينا قاذسا للهد انا ستحول الى تنين رجل اطفاء ماذا تقول رجل اطفاء هذه مهزلة هناك ظاهرة تطور ايها سرادة لكي لا ننقرض نحن السنين علينا ان نساهم بالفكرة ها هي الفرصة التي ننتظرها كل ما نحتاج اليه هو فعلا فكرة هل تريد فلج؟ قطعة واحدة الثلج ها هي الفكرة سنأخذ الى هناك جبلا من الثلج الكريسي لما فنقريسو فاوضح لك حالا سيدي جبل ثلجي عائم ضخم اي ملايين الاطمان من الماء المجمد في كل عام الاف الجبال الثلجية تنفصل عن المنطقة القطبية نعم وتدوب في البحر الساخنة اكيد لانهم يسيرون الاف الكيلومترات متوعة بقوة التيارات البحرية والرحلة تدوم بضع السنين ولكن اذا استطعنا سحب واحد منها وجعلناه يقطع المسافة في يوم واحد فانه لن يزوب ولكن الامر يتعلق بملايين الاطمان من جبال الفرزية وبضعة كيلومترات ولا توجد اي وسيلة قادرة على سحبه بتلك السرعة يا عزيزي انا ما زلت صغيرا كي املك تلك القوة سيدي لكن ابي يستطيع ان يحطم الجبال بنفخة واحدة لكن فون تنين ذو عقلية نارية ملتهبة لن يوافق ابدا على عمل شيء كهذا جريسو تستطيع ان تهدده بهدم كهفه وتجفيز بحيرة القطران هذا صحيح انه يفيد دائما ايها السادة اننا على وشك القيام بمغامرة لم يحققها اي انسان ولا اي تنين تبا للتطور المزعوم هذا من المغفل الذي وضع في رأسه فكرة هدم كهفنا وبناء مصنع بلاستيك مكانك لا بد ان دماغه متجمد وبحاجة الى النار يا ولد اهدأ يا ابي المهم هو جعل الناس يرون ماذا باستطاع في التنين ان يفعل وانه لم يحن الوقت بعد لكي يتقاعد يا ابي اريد ان ارى من يجروا على ارسال الى التقاعد ها هي المنطقة القطبية يا سيد سيدريك حسنا لنوقي نظرتنا على ذلك المكان ممتاز ذلك يناسبنا ولكنه جبل انبط مجددا لا احد يستطيع صحبه اهدف قليلا وكن جاهدا للانفصال اللحظة الحاسمة مستعدان هيا الى العمل انا اعد الاجهزة الخاصة بالابحار اهتم انت بسلاسل الحديد يا ابي دفن لهذا الجديد عندما اعود الى البيت سابقى في بحيرة القطران المغلي لننهي امر هذه الاشئة احسن فنتبع الطريقة التي رسمها سيد سابقك جاهز للإقلاع انه لا يتحرك كبلا لا يستطيع فعلا شيء يجب ان يتحرك العالم كله يرانا اذفع بدلا من ان تصحب يا ابي فيدي نعم ماذا تريدني اضفع استعملي اللعب كما لو كان مفاعلا مفاعلا لطيف لطيف لما افكر منك رائع يا فوم ممتاز نحن سنين نحب أن نفاجئ العالم بالحلول غير المتوقعة ممتاز يا فوم لقد قمتم بعمل فريد من نوعه قدت علي كل شيء يا فوم إن نفسه مقطوع ليجيبك سيد تدري نفسه من مقطوع يا ولب أستطيع أن أشوي العالم بأسرك لا أتوقف بعد هذا الثلج قليل من اللهب يذهب التعب بالنسبة لثنين المشكلة ليست نقل جبل ثلجي وإنما إقنعهم أنا باستطاعات أن أكون رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء يا إلهي أزمة السير هذه تجعلني أفقد عقلي تبا لي ولللحظة التي وفقت فيها على المجهد يا يا أبي ماذا هناك؟ طراتنا موجودة في الفقه غامرة فريدة من نوعها للثنين ينقلان جبل من الثلج من الخطب إلى منفقة استوائية مصابة بالجفاف مغامرة لطيبة هناك نوع واحد من المغامرات بالنسبة لثنين يمكن أن تكون لطيبة المبارسة باللهة في عالم الفرسان المدهش في عالم الخيالات لم نذهب إلى القمر راكبين مكنسك السحيرات وإنما سفينة فضائية اليوم نعيش لحظات انتصار التقنية التقنية؟ هل تعلم أنهم باسم التقنية قد هددوني؟ لو لم أنقل جبل التلجي إلى هنا لهدموا بيتي وبين مكنه مصنع بلاستيك ولو هدموا بيتي أين سنعيش يا جريسو؟ قل لي أين سنعيش؟ قل لي أين سنعيش؟ لا تقلق يا أبي عندما أصبحوا تنين رجل إطفاء دبا لإطفاء عالم التنين واللهب والنار هو الأفضل متى ستفهم ذلك؟ متى؟ أم جريسو أسرع لقد حدث شيء استثنائي؟ استثنائي؟ لطيف جدا ماذا حدث أيضا؟ تعالى وستشاهدان ما حدث انظروا هذه الكتلة الجليدية التي فصلها عن جبل الثلج هناك شيء بداخلها ذلك الشيء البارد يظهر وكأنه ناب إنه ناب حيوان ماموت مستحيل هذا لقد اتقرضت قبل عشرة آلاف عام هذا صحيح هذا النموذج لحيوان الماموت الذي اتقرض قبل عشرة آلاف عام وبقي مسجونا في الجليد الجليد القطبي حافظ عليه حتى اليوم إنها لحدثا رائعة أكثر من رائع حتى الآن كنا نجد هياكل الماموت ولكن هذا على حاله نستطيع أن نحمطه ونضعه في المتحف جميلا جدا ابتعد سيد سيدريك لهيبة صغيرة وأحريره تماما لا لا توقف يجب أن يبقى داخل الجليد إذا حررناه سوف يتعفل في الحال خصوصا بهذا الحر الشديد نبعده من هنا نعم سنطلب من الجهات المسؤولة الوسائل الضرورية لهذا نبعده من هنا كيف؟ أي وسيلة كانت؟ هو استحيل من الصعب جدا ابعده من هنا فالوسائل التي لدينا مشغولة بإنقاذ مناطق الجفاف هناك أرواح عديدة في خطر ولكن إلى أين تريدون إرساله؟ المكان الوحيد هو المكان الذي جاء منه فقط في القطب يمكن أن يبقى محفوظا لقد علمت بأنه ليس بعيدا من هنا تمر السفن صيد الحيتان تلك السفن لديها صلاة مباردة إما هو الشيء الذي نبحث عنه؟ أقاب سفينة في المنطقة بعيدة جدا من هنا قبل يرجعيه سيكون قد تعفن من الأفضل أن تفكروا بطريقة للتخلص منه أمنحكم ساعة من الوقت لإحراقه وتقب قياه علينا أن نجد حلا في الحال وإلا سنضطر تحطي ميجريسو لقد نقلنا جبل سلج من القطب إلى هنا سوف نستطيع نقل الماموس إلى السفينة إنه الحل الوحيد ذلك سهل على أبي سهل جدا جدا الجبل التلبيوية ولد سحب فوق الماء لأن الجريدة يطمع عليه لنصع مركبا كبيرا ولكننا لا نستطيع السحبه فوق الماء قد يتحطم كليا يا فوم أستطيع أن أطير به ولكن من أين أمسك به يجب أن يكون مرفوعا وحده وحتى أستطيع سحبه لا نستطيع عمل أي شيء علينا أن نتخلص منه لطيف لطيف أعتقد أن الحل الأمثل لهب صغير ويمتني ولكنه الإصفات البصري لتطور الطبيعة النية الطيبة لا تكفي لحل المشكلة لا نستطيع أن نأخذه إذن يجب أن نحرقه فورا فوم تخلص منه أرجوك أرجوك يا فوم لطيف أنا جاهز لا انتظر أبي لو استطعنا رفعه واجعله معلقا في الهواء سيضحبه أبي في هذه الحال نحتاج إلى منطاض على الأقل هذا ما كنت أريد قوله ولكن من أين نأتي بالمنطاض يا جريسو؟ ببساطة نصنعه ماذا؟ كيف ومن أين؟ إنك جلس فوق سنستعمل هذه الأوراق البلاستيكية لصنع الغلاف يا سيدي ونملأه بالهواء بهذه الضغطة ولكن الهواء لا يستطيع رفعه إننا بحاجة إلى غاز خفيف أو على الأقل هواء ساخن بالضبط سيدي في الحقيقة الضغطة لن تبخ مباشرة في هذا الغلاف وإنما في ذلك الخزان الحديد القديم ثم نغلقه بإحكام وأبي سوف يسخنها وهكذا نحصل على الهواء الساخن ذكرة رائعة رائعة حقا كنت أعلم بأن الأمر سيمتهي بمشقة أخرى ابتعدوا عن الغلاف هم يمكنك أن تبدأ بخوا الهواء يا صعب يا صعب يا صعب جاهز الإقلاع سيدي امتاز رحلة سعيدة يا فوق إنك تنين مفيد يا أبي إنه رائع فعلا رائع نصب تلكري يوضع في المتاحس فقط أنا الوحيد المضاد للفيضانات اللهم يحميني جائما ويؤكد بقائي اللطيف ليس هناك من شك هذه أفكار لا أحبها لأنك لا تعرف ما أهمية أن يصبح تنين رجل إطفاء نعم لأنني سأعملك رجل إطفاء سأكون رجل إطفاء سأكون رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء صباح الخير عزيزي فوم صباح الخير هل لديك أخبار عن جريس؟ نعم تلقيت لتوي رسالة منه من مدينة السينما ها هكذا إذن ماذا يقول؟ اسمع أكتب إليك يا أبي عما حدث مع إطفاء في أشهر الخير في هناك مدينة السينما أمام رضي الطاطع للقيام بدور تنين قابل في له وقد حاول مع المخج والمنتج وله حضرة المنتج أقول وأعيد إنني في عالم فانتر أعمل كل شيء مع ذا القيام بضحلقة النار من ثمي وإذا كنت بحاجة إلى ذلك فعليك بأبي إنه تنين جيد ومن أطراز القديم أما هنا فلا الأسعال حسنا حسنا إذا نصره تعالى الرجل الإسلام إذهب إلى المصرح رقم 9 إذهب إلى اللقاء سيدي شكرا نعم أرسل لك ذلك السينية سيدي أسرائي تدرك أطور المساهيين إنها حبيب خلبه ولديها نصر لعوالك رجل الصاع إسرائي إسرائي جحيم من نار مشهد 14 أول مرة أكشن نعم يا منير فهى النار المدمر فقد تستطيع تصهير هذه المدينة الظالبة النار 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 في الثاني عشر ظهرا تقريبا سيشل جاك النار تحت المقلاق وسيعرف بأنه وضع الماكرونة في البنزين حينها سيركض حتى لا يطير في الهواء هو أيضا مع مقلاده إذا استمروا بجعلي مشاركا في هذه الأسلام سأضطروا لدخول مستشفى للأمراض النفسية دعونا نستمر وبعد ذلك شاركت في فيلم طائر من نار وشفاه من نار وحديد من نار وغيرها من الأفلال أويال المسكين لقد كانت تجربة قاسية ولكن في النهاية قصلت على وظيفة مخرج مسرحي والآن فقد اختاروني للدهاب إلى بيرو لنقدم فيها ربعية نيرون وجيجي مرحى لقد نجح عليك أن تكون فخورا بإذنك يا فار أن يكون ابني رجل إطفاء فذلك غير مشرف أما أن يكون مخرج فإنه شيء آخر والآن لنحاول من جديد بعد دخول سيك فورد إلى المسرح أنتم تحركون التنين حتى الإشارة على حفة الصخرة فقط جاهزون؟ نعم يا جريسو حسنا هيا يا مائسترو تفضل موسيقى ولكن أين يذهب هؤلاء؟ توقفوا توقفوا موسيقى 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 لدي فكرة احجزوا لي مكانا في طائرة إلى سكوتلندا موسيقى طبعا طبعا فهمت جيدا لطيف علي أن أعوض التنين الورقي الذي تحطب نعم أبي ولكن لم أعمل أبدا في مسرح أوبراق لا تقلق لن تعمل شيئا أكثر مما تعمله كل يوم لطيف إذا كان الأمر كذلك فماذا علي أن أحرق النار؟ أرجوك يا أبي لا عليك لا تذكر اسم النار على لسانك أبدا هذا ما ينقصنا هيا الآن لا يوجد واق ولكن ما هو دوري؟ سأشرح لك ذلك في الطائرة لنذهب سنتابعكم على التلفاز إلى اللقاء الآن دورك أبي يا لخفق لقلبي تشجع لا تترك مجالا للانفعال تذكر فقط ما قلته لك أبي بلا نارك مطمئنا لقد وعدتك بذلك ولا حتى شرارة واحدة شكرا أبي هيا لقد جاء دورك أبدا ما أبي ايه نعم يا عزيزي نعم نريد المصر انه هنا النصر الكبير حيا يا جريسو اخرج لهم الا تصمعوا الزمهور في الحقيقة انا سعيد جدا نحن جميعا سعداء المهم ان تخرج اليهم فورا شكرا شكرا ايو هذا الفصيح من اجله لا اولا امتعال اشعر بغلصة في فلقك ابي ابي اشكر الجمهور هذا الفصيح لك ايضا نعم يا جريسي شكرا شكرا يا الهي ماذا فعل ابي اه صادرة يا جريسي لا بأس يا ابي كنت قد وعدتك يا للعار يا للعار يجب ان لا تخسر لا احب ان اراك هكذا لقد هطبت مستقبلك كان بامكانك ان تكون اكبر مخرج في العالم مخرج وماذا يعنيها لا اريد الاطراج ولا اريد المسرع كنت اريد فقط اصبح رجل اطفاء واليوم سأعمل كرجل اطفاء انظر يا ابي من اليوم سأصبح رجل اطفاء انظر جيدا يا ابي سأصبح رجل اطفاء سأصبح رجل اطفاء سأصبح رجل اطفاء سأصبح رجل اطفاء عسنا يا جريسو تريد ان تصبح رجل اطفاء هذا يعلمه الجميع ولكن لا يمكنك الذهاب لسياد سيدرك يوما بعد يوم لادعاجه والحصول على توصية اولا تفهم ذلك يا ولد هذا ليس لطيفا ابدا نعم انني اولح كثيرا ولكن عليك انت ايضا ان تفهم سنذهب كيف الان بالذات في الوقت الذي يبدأ موشم السباقات نعم سيد سيدرك لان كيف تحيوان لئهم لا يمكن التعامل معه انظر ماذا فعل بنا نعم انه حصار العصبي المزاج وداعا سيد سيدرك لقد ذهبوا والان ماذا نفعل عزيزة روينا ما رأيك سيدي لو احلوا انا وابي مكانهما سيكون ذلك رائعا شكرا شكرا من الصميم هذا رائع يجب ان احتفل بهذه المناسبة سيدرك اذهب الان واحضر عصيرا تأذبوا حالا كان بامكانك ان تأتي بذكرة افضل يا ولد كيف تتصورني محاطا بالتبني والشعير اين ساذهب بالنار نعم افهم ذلك سيكون من الصعب ان تتحكم بنفسك انسحب دارات تبا 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 لقد فعلت ما فعلت وانتهى هيا بنا الى عالم التبني هذا تريد الان ايها الحصان المتهور يكفي ذلك الان هل ستكف عن هذه المعاملة السيئة لابني ام لا انتبه وان لا سأشويك شويا كاملا هل تفهم ما اقول ماذا اتعرفون تكلم لغة الحيوانات ايضا يا لك من مغفل وهل مظهرنا كبني ادم ارجو المعذر يا اصدقائي لم اكن اعرف ان انا زملاء مدنت قد عرفت ذلك فكن مستقيما وان لا بدلت اسمك من تارثة الى رماد واضح ما اقول ابي ابي اتركنا وحدنا لا بأس جريسو تعال يا كارثة يجب ان نتكلم اعذرني يا جريسو انا اسف جدا لما حصل مني انا اسف دعك من هذا ما ستفات هيا يا كارثة ارني مهارتك لم ارى اتفاقا اكثر مثالية من هذا سببا يا عزيز جريسو خيان رائع وماهر جدا نعم وحولني الى حطام اضع شهر على اخر الهب اطلقت لا استطيع العيش هكذا لا استطيع استطيع كم نبخل العجي اولا الابناء ولا يقدرون ذلك لا يهم لا يهم انك رائع يا كارثة لنعود الان الى الاستطادي لا 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 يا جريسو لنرقد مرة اخرى اليوم اشعر وكان النار تسري في عروقي سيد فوم اشعر وكان النار تسري في عروقي ما شربني مريض أبي أبي كيف أنت هل تشعر بألام كلا كلا لقد ذال كل شيء الآن أفضل تابع أنت السنوات تابع يا ولدي هل أنا المسؤول عن ما حدث لك يا سيد فوم نعم لا تذكر كلمة نارد ما أكون موجودة حسنا كما تريد هيا نذهب مسكين أبي لقد فرض عليه هذا أحسنت يا جريسو رعي يا جريسو جريسو أنت خيال جريسو أنت أفضل الجميع إنكم بارعون هذه مهارة فائقة انظروا النقود التي ربحتها إننا أغنياء إننا أغنياء أغنياء ولكن هل تعلمت رهانة يا أبي نعم في الواقع كان علي أن أجد لي شيئا مسليا منذ ثلاثة أشهر لم أقرف اللهب جريسو دعك من النصائح الآن وأفكر بربح المباراة النهائية اوه نعم السباق الكثير يجب أن لا نخسره لا لن نخسره أعيدك لقد حان الوقت يا روينا أنا مطمئنة عزيزي سنربح نحن بالتأكيد جريسو ربح الجولة الأولى أليس كذلك؟ لا قد رغنت على كل شيء بعد هذا الربح سوف أبني فيلا في أرض النار كم أنا منفعل هذا لطيف هيا يا جريسو هيا يا جريسو هيا يا جريسو أريهم من أعدك كارثة كارثة عودي إلى هنا أرجوك لا لا أعود وداعم هذه محاولة سيئة لمنع المتسابقين الآخرين من مبارزة الكارثة أخرج 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 اوه ما الذي فعلته؟ سيد جريسو اني متأسف لم يكن لدي أية نية لقد خرج اللهب رغم عني صدقني لا عبر لك يا فوم الرجل الوجيه يستطيع التحكم بنفسه رجل وجيه نعم ولكن سنينا بدون لها منذ ثلاثة أشهر لا يستطيع العيش أنا لست ولاعة يمكنك إشعرها أو إطفاءها عندما تشاقين سيدتي هيا يا أبي لا تغضب لي نذهب إلى البيت هيا أي بيت لقد خسرت البيت أيضا ولم نعود أغنياء ولا نبني يا بيلا لا بأس نذهب إلى مكان آخر إلى أين سنذهب الآن يا جريسو لم يعد لنا مكان لا تشغل فكرك أبدا يا أبي لأنني سأصبح رجل إطفاء سأعملك رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء سيدتي سادتي إذا ساعدنا الحظ سوف نستطيع أن نرى اليوم العينة الأخيرة من أنواع الثنين والتي في القدم كانت عديدة في الكرة الأرضية من فضلكم سيدتي وسادتي أعدوا آلات التصوير لأن هذا الوحش البريء ممكن أن يظهر في أي لحظة من الآن ها ها هو آوه من أجمل هيا روح يا لم أرى شيء أن تغضب الطب يالا الخسارة لأنه ليس مثل تلك الوحوش التي كانت تشاهد في الصحف وكانت تقنف لها آه أو آه 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 ماذا يا جلي؟ آه 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 فأنت كعادتك يا أبي ماذا فعلت بهؤلاء السياح المساكين ماذا فعلت لا شيء لقد قدمت لهم هدية لن ينسوها أبدا أبدا أبي أبي يا معقول هذا جريس يا ولدي أزكت أنت كتنين عليك أن تعلم أن الطبيعة قد وهبتنا هذه النار المدمرة لكي نقوم بوظيفتنا ويحرق وإشعال وتفحيم وطبخ كل ما حولنا ويناسبنا لذلك تأقلم مع النار والحياة الملتهبة يا ولدي تعقلم تعقلم أعطيني ضمتان ورد هذه حسنا تفضل له شرف الاستحقاق من هذا إنك جاهل يا ولد إنه ماك سيلفر مخترع ويدان الثقاب اليوم هو عيد ميلاده المياه مبروك يا سيلفر ماذا تقول رائد مشعلين النار مفضل لاحتفال بمخترع الإطفائية اخجل اخجل يجب أن تخجل من نفسك أقولها وأوعيدها متى ينتهي الحديث عن النار متى العالم بحاجة إلى ورود لا إلى النار اعلم أنني أكره كون سنين أكره وهذا أود أن أخنق النار المشتعل في صدري وإلى الأبد إلا الأبد أبي حال الوقت للسنين كي يمتلك ضميراً اجتماعياً ويساهم في تطوير العالم ماذا تريد أن تفعل؟ رجل إطمع يا هنا الخباء ماذا تفعلظ بذنوك لا أريد أن أراه لا أرد أن أسمع لا أريد أن أشرب وذاعاً أبي وذاعاً كان عليك أن تقول أنك تنين ستبقى تنين إلى اللقاء يا بنا يا TONER يا مغرور ادعى دان سياحة القادمون هيا انا قدم مسكين الابي انه ليس شريرا ولكنه تنين تنين ناري ولكن ماذا افعل الان اه ها هو بيت سيد تيدريت الرجل الفاضر يا الهي مرة اخرى كريسا يالا سعادتي حين ارى على معائلة ماكاتلين يرفرف مع رمز جيمسينا والذي اصبح رمزا للسلام للسلام والطيبة والتقدم رائع رائع سيختبئ في بيتي هنا انشق الهواء الطابق جيد اسمع يا فصيح لقد فهمنا ايها المغرون انك من اصل عريق ومن عائلة السنين وان السنين ينفخ نهر والات ولكن عليك الامتناء عن حرقي كل يوم يا مقفل ارجل معذرة خرجت رغما عني اضمت نفسك يا هذا قولا لم يبقى شيء من الريش للألبسة انا اسف اعتذارك مرفوض وانا ملال مرحبا يا جريسو صباح الخير سيد سيدري احتراماتي سيدة روينا مرحبا استوبي ولا يا جريسو ما الذي جاء بك الى هنا اود ان اعمل بمهنة تكون ذات فائدة للمجتمع يا سيدي ممتاز هذا شيء المشرف ماذا تود ان تعمل يا عزيزي جريسو اود ان اصبح رجل اطفاء ارجوك اعرف اعرف كان علي ان اذكرك بانه لا توجد اي وظائف في تلك المنطقة اذا واذا علي ان افعل ماذا لا تيئس عزيزي ستجد مهنة اخرى تناسبك اه وجدتها سوف اعمل كمصفف شعر ولكن يا عزيزي هذه المهنة تحتاج لمهارة جريسو لا اود ان اسمع طرائف غبية على سمعة عائلة ماك التنين اسف ذلك التنين الذي تراه هناك كان رمزا لشجاعة برا وبحرا وجوا لقد قررت سأصبح بحارا هذا اختيار مناسب تعلينا لك حسنا يا جريسو ساتصل بابن عمي لكي تلتحق بالمدرسة البحرية التي يرأسها شكرا سيد سدرك سابدل جهدي وهكذا فان عزيزي ناجريسو قد التحق بالمدرسة البحرية بواسطة توصية من السيد سجريسو من اللحظة الاولى فهم جريسو بانه سيواجه تجارب قاسية هذه التجارب سوف تظهر موهدة جريسو كبحار في تلك اللحظة الرهيبة والتي تضع جريسو بتجربة قاسية برهن للعالم كله لانه صاحب ارادة قوية انا لا انكسر ولا انحني ولم ينحني فعلا عندما دخل في الفصل الاول التحضيري وجد نفسه يكافح ضد القوانين الغير مشجع للدينانيكية المائية وقوة الدافر ربح هو في الوقت الذي خسر فيه الكثيرون وبقي صامدا في دراسته كالصخرة لقد صمد وصمد بثبات من قطع النظر دخل الى الفصل الدراسي الثاني باعلى العلامات فوجد نفسه امام صعوبات جديدة الابجدية السيمافورية ابجدية مورس المعقدة واسرار الاشارات المختصرة كل هذه الامور حاولت ان تغلق الطريق في وجهه لكن جريسو تغلب على كل ذلك وعندما طلب منه القبطان الصعود الى اعلى الصاري لتخطي الحاجز الفيسيولوجي تذكر بانه تميل وانه كتميل لا يتراجع ابدا امام الخطر نجح باعلى العلامات دخل مع القليلين الى دورة سائقي السفن الصعبة والمخيفة من يستطيع ان يعرف كم من مرة كاد جريسو ان يترك كل شيء ولكنه قاوم وقاوم حتى نجح في الدورة وبعد ذلك تقدم الى دورة السلاح والرمي البحري ثم تعدى ذلك بالنسبة له جميع اسلحات الغط الحسابات العسكرية اصبحت كنعبة بالنسبة له التصوير ضد الطائرات اصبح اختصاصا بهذه الاثناء كان جريسو يفوق الجميع ارادته القوية بسبب العديد من التجارب اصبحت كحديد سفينته كان يصرخ دائما وبكل قوة الى الامام وهكذا انهى جريسو دراسته كبعض متدرك واخيرا وصل الى الهدف الذي كان يرمي اليه واتى ذلك اليوم الذي رأى فيه بطلنا تحقيق اماله لكي يتطور من ثمين الى واحد من دعاة التقدم موسيقى واستطاع جريسو ان يقول لنفسه وللعالم اجمع وبكل فخر بانه اول ضابط من عائلة التنين في الحرس البحري موسيقى 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 والان حياة جديدة تنتظره لكونه قائد المدرسة البحرية والتي ستقوده الى جميع المحيطات ابي ابي ابني ولدي كريسو ارى انك اصبحت رجل ادفاع لا يا ابي انا ضابط في البحرية بالنسبة لي انت متخفي فقط انها نكتة مهرجان يا ولد انا لا امزح معك امامك لا يوجد اي دنين ولكن ضابط بحرية تعال لترى بنفسك انظر ها هي بخرتي انظروا انه القبطان كريسو يعيش القبطان رائع كريسو يعيش 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 امامك 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 امام ماذا فعد والاقuins أنت فخر لنا يا ولادة أ pokémon أم فضلك أصدج الوطف يا حبيبي هاي أعسف أبي ولكن سأكون رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء إن كاب موسيقى ها هو الدنين الشهير المقيم في واضي القطران مين ها هو؟ من يدري إن كان سيكفف اللغة؟ يا ليته يبضي فجاب لنفقد الصور ماذا فعل لك السياح حتى تعاملهم هكذا؟ لا شيء ولكنهم يأتون من بعيد خصيصا من أجل هذا أبي أبي لماذا تصر على قصف السياح بالنار وبهذا الشكل؟ الذي تقوله يا ولد؟ أقول إنه عليك أن تعترض بأن عالمتني قد مات منذ زمان وقترامتني والمستقبل في يد رجال الإطفاء آه يا إلهي اذهب قليلا وتنزه لعلى ذلك يفيدك اذهب أبي علينا أن تطور اعطاهم ساهمتنا لتقدم الاجتماعي جريسا مرة ثانية من الأفضل الأهرب وأخذ فيه العالم بحاجة للورود وليس للنار ببنزا موسيقى الله، موسيقى أقول لي هذا رغمًا عني وهي سريد أن تأذي بهذه الطفقة أعطاهم، اعطاهم، تبديك لا قاد أصبحت وعرفك جيدة ونستند عني أجلسة ببنزا بطلت ذلك قبل أول اه هم اصدقائي صباح الخير سيد شدرك احتراماتي سيدتي مرحبا ستوفي مرحبا جريسو ماذا تفعل هنا في هذا المكان لقد اتيت لارى ان كان بالامكان ان اتعين في قسم الاطفائية يا سيدي للأسف لا اه يا للخسارة كنت احبذ هذا لا تحزن عزيزي هناك العديد من المهن في هذا العالم تعلم ان تكون مثل ستوفي يا جريسو لا يوجد احد بمثل وفائه ولكن اتعتقد هذا ثق بنصيحة جريسو ودع صديقك الوفي ستوفي يقودك لا احد غيره يستطيع ان يعلمك افضل مهنة صديق للانسان علينا ان نتنزه قليلا الى اللقاء صديقي ستوفي هل تعتقد فعلا انني استطيع ان اصبح كلبا جيدا لقد رأيت المشاكل التي فعلتها في المرات الاخيرة هذا ارى سوف ترى ان ذلك لن يحصل ابدا على كل لنبدأ الدرس الان الكلب علي ان يكون قادرا على اللحاق والنباح على اي كائن يركب اي نوع من السيارات والدرجات هل فهمت؟ اخشى انني لن استطيع ذلك على الاطلاق يا صديق السوفي لماذا؟ لماذا حل بي عندما نبحت على اللي الصيف؟ في تلك المرة كان لنارك نفس فعل العضة في الساق الان الامر يختلف هذا النباح له هداف اخرى اهههههههههه انا موهد للاستمر في الرقب والنباح يجب أن يكون بالتدريج ولا تتعجل الدرس الأول والأسهل رجل على دراجة لاحظ هذا لاحظ نعم ولكن لا أرى فائدة من كل هذا سأشرع لك حالا ذلك الكلب يحاول جعل سائق الدراجة أن يسرع وهو يعمل على تنشيط الدورة الدماؤية لديه بصورة مفيدة بصورة مفيدة؟ إنه عمل مفيد إذن بالتأكيد تذكر يا جيسو أن وظيفة الكلاب لحماية صحة الناس تقول حماية صحة الناس؟ إنه نفس هدف رجال الإطباع بالضبط رائع 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 إذا إذا بعدما تتعلم اللحاقة الراكبي دراجة الهوائية ستنتقل بعد ذلك إلى راكبي دراجة الهوائية وما هي الفائدة التي يجنيها الراكب؟ فائدة كبيرة سرعة الانتباع تصبح أحسن أنا أحب هذا رائع جدا هذا ليس كل شيء بعد الدروس العلمية مع راكبي دراجات النارية تنتقل إلى سائق السيارة مع هذا النباح فإن الجهاز العصبي لذلك السائق قد اهتز بصورة مفيدة يا جيسو الجهاز العصبي؟ طبعا إلا ما يكون كله بدون شك معظمه آه فهمت أسوفي أريد أن أكون كلبا أريد أن أصبح كلبا جربني حالا اهدأ لديك كل الوقت يا صديقي حتى تجرب ولا نسب قليلا ولا تتعجل حسنا علي أنا ذهب لمدة نصف ساعة فكر أنت خلال ذلك بما رأيت وسمعت كما تشاء ولا تقلق لأجلي حسنا لنفكر بالدرس آه لو أن التفكير يعقبه بعض التمرين العملية سيكون أفضل علي أن أنتبه يجب أن أنتبه سأنتبه آه ها هي راكبة الدراجة خسارة إنها مشغولة آه آه ساوسا آه 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 거죠 tiene جديد سريعة جدا هم من الانس بالبدء بشي اكثر بطء mówi aciner ان سري على الانس لا يحتاج لي welcomedها انس حوثة لا يحتاج بشود كبير من اللي أين هو أن يجب علي أن أعزش هذا العصبي؟ يجب أن يكون موجودة في مكان الماري تلعبت علي أن أعرف فيها من الماركة أعرف علي أن أبحث في اليوم وأن أبحث شدتك يسمعوني داخل هذا سنة الحديثي ماذا فعلت؟ غير معقول ماذا فعلت؟ يبدو أنه لم يراني أحد آمنوا هذا أخبر إلى المشاكل التي تستببوها ليهدي الآن سيئة مرحبا يا سيدي ها نحن قد عدنا مرحبا يا جريسو هل تحرز تقدما بعملك؟ أنا لا أدري سيدي استمر عزيزي لا تيقاس بكل تأكيد مرحبا سيد سيدريك مرحبا سيدتي يا لها من مفاجأة سيد روبر صديق العزيز أنا سعيد برؤيتك تفضل واحدة سيشيك لا يا عزيزتي لدي القليل من الوقت وعلي أنهي مهمة غير سارة لا تقل ذلك عيون معزم أنزل الجنود يا رئيسو هل أنت ألا نعم أنا ما هذا يا صديق العزيز دعني أذكرك بأيام الدراسة مكان ليسمحوا بأن تخرج المجموعة بهذا الزي الغير مرتب ما هذا؟ أرجو أن تلاحظ يا سيد سيدريك بأنهم قد نجوا بعجوبة من الدمار التام لدبابته أوه يا للمساكين لابد أنهم بحاجة إلى كوب من الشاي ليس له ضرورة سيدتي أيها الرقيب نعم سيدي أهدان هما الكلبان اللذان كان السبب في تدمير دبابتكم نعم سيدي إنه هذا الأخضر سيدي سننعود إلى ثكنتكم هيا ها دبابة محطمة تكاليف التصليح سأقولها لك عندما تجلس اللجنة المختصة لتقدير ذلك وعليكم أن تسددوا القيمة التي نفرضها عليكم من جراء حرق الدبابة هل هذا واضح؟ اعمل اللازم أيها الملازم هيا جريسو سيدي كنت أريد أن أنبح فقط جريسو أهدان ما يساك سيدريكو جريسو هول عليك صديق العزيز هول عليك أنا كنت أود أن أعمل رجل إطفاء ولكن هيا بنا يا جريسو هيا صدقني سوفي كنت أريد أن أصبح كذبان أريد هذا أعلم ذلك أعلم ذلك ولكن تلك مهار سيئة يوم ما سوف تنجح في ذلك قد مرة أخرى إلى اللقاء عذرني على كل شيء انسى الأمر إلى اللقاء ها هو التنين جريسو جريسو تعال إلى هنا عد ماذا تريد أبي أخبرني ساعي البريد بأنك تسليت بأحرق البلد هنا وهناك هذا صحيح؟ للأسف نعم ولكن لم أفرح لذلك لم تفرح؟ تعمل كل ذلك سراً بينما نستطيع أن نعمله هنا بكل راح ونتعاون في ذلك ولكن يا أبي أنا هم، هم، السياح لحظة واحدة يا جريسو قل بوضوح بأنك تريد أن تشعل الحرائق بعيداً عن هنا أبي ليس كذلك هيا، عرض الأرض انتظروا، انتظروا، قليلاً من الصبر يا سادة يرغض حتى مساعدتي ياري بن عجوز ألا الذي عندما كنت صغيراً كنت أخذ النار من فاميلي وغذيك يا جريسو هذي لا تفعل هكذا ماذا فعلت لأعمل بهذه الطريقة؟ ماذا تفعل يا قوم؟ هيا، الجميع في اتظاركم إني أهتم، حالاً أخيراً جريسو، ماذا فعلت يا ولد؟ سوف أقدم تقريراً إلى مدير السياحة حسناً، افعل ذلك، ابني سأكون حراً لعمل رجل الإطفاء، ليس كذلك، إننا أحرار هنا شكرًا، ابي، هل تعلموا أنني أريد أن أصبح الرجل الإطفاء؟ لي سيصلًت جريس يا ولدي إن نارنا مهمة ولا تستحق أن نهملها فكر في هذا دائما أنا لا أقول هذا يا أبي ولكن لا أحب استعمالها أود أن ألفت انتباهك أن قوتها المدمرة ممكن أن تكون ذات فائدة نارنا ليست كأي نار ليس هناك من صخرة تقاومها انظر نعم ولا حتى الماء حسنا ولكن ليس هناك من نار بنفس القيمة أبي أبي كل هذه الصفات لا تجعلنا نتقدم ولا حتى خطوة واحدة نحو طريق التقدم الاجتماعي رجل الاطفاء أفضل يجعلنا نتقدم فوق درجات السلة من إنقاذ دعك منها لا يا ولد حسنا يا أبي عندما ألتحق بقسم رجال الاطفاء سأبعث لك صورة بالجي الرسمي حسنا وداعا انتبه لنفسك يا ولد وداعا اوه يا عزيزي جريسو انه طيب جدا لكنه عاليد جدا جدا أيضا أبي العزيز كم هو طيب ولكنه تنمين تنمين كفا لا تنفعل نعم أرجوك لا تنفعل أبدا لأني لا أريد أن أواجه المخاطر هيا بتاعد أود أن أحتفظ بريشي هذه المرة كن مطمئنا أنا المغبل أصدقك دائما ولكني ملال تابا 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 ماذا جرى لي يجب أن أكون حذرا يجب أن أكون حذرا وإلا أحذقت الجميع أمور سيدري ها هو جريسو قعدين آه جريسو سوف يطلب مني مرة أخرى نعينه في دفاع المدني لمتأكد من ذلك يمكن أن لا يكون كذلك لا تستطيق الأمور سيدري مرحبا جريسو أهلا بك عزيزي صباح الخير سيدة روينا صباح الخير سيد سيدري لقد أتيت إلى هنا لأنني أود أن أعمل لأنك رجل إطفاء آه ماذا قلت لك رائع ممتاز أستطيع ذلك لا لا ليس هناك شواغر يا جريسو يا إلهي يا لسوء الحق لا تحزن هكذا أن تكون رجل إطفاء ليس نهاية العالم هناك وظائف أخرى جريسو انظر إلى هذا الإعلان انظر إنهم يطلبون رجالا للعمل في السكك الحديدية حسنا ولكن رجال الإطفاء شيئا آخر ولكن لماذا رجال السكك الحديدية أيضا عملهم مفيد للناس تعالى تعالى يا جريسو سوف أكتب لك رسالة توصية إلى العقيد ماك تيكت المسؤول في السكك الحديدية وهذه ورقة وقلام آه شكرا أيها السادة سوف أرفع رؤوسكم نحن واثقون من هذا ونعرفك جيدا عزيزة المفكرة إني هنا منذ أسبوع في مدرسة سائقي القطارات لقد كان أسبوعا صعبا ولكنني نجحت في ذلك لقد مضى شهر حتى الآن وإشارات السكك الحديدية لم تصبح خفية علي سأخبرك عزيزة المفكرة بأنني اليوم حصلت على أهل العلامات في تنفيذ التصفير يا له من يوم لقد تخرجت اليوم من الخطوط الحديدية المتحدة كسائق القطارات من قبل لأعضاء الهيئة العلمية للسكك الحديدية آه لو حضر أبي ذلك اليوم هو الشهر الثالث منذ تسلمت القسم التجاري على خط حديدي ثانوي أستطيع القول وبكل فخر إنني قد أنجفت عملي بكل ذقة وتفاني يا لدقة مواعيد هذا الشاب اليوم سأفتب إلى الإدارة لتحويله إلى قسم خدمة الركاب وأتخلص منه إذا لم أقم بإبعاد هذا المغرير سيجعلني أصابة بالهيار العصبي عزيزي جريسو لديك اليوم فرصة ذهبية لتظهر نفسك يجب أن تذهب اليوم إلى مبنى هليفوت لتأخذ رئيس بلدية بولدروينا أرجوك أكون هناك في الموعد المحدد إنها سمعتنا جريسو إطمئن يا سيدي سوف أكون بمنتهى الضقنانة كلا بذلك يا إلهي ماذا يجري لقد نجونا بأعجوبة أبي ماذا سأفعل الآن ما من صخرة طاوم نارنا لا ليس بالنار لدي حل أفضل سأنجح هتما لقد نجح سأعود دقائق المبقودة هل كنت ابن الوضع؟ إننا الآن في التوقيت المحدد آه لقد نجحت وبدون استخدام النار آه ماذا يجري؟ آه لا لا يا إلهي كيف نستطيع أن نحل المشكلة؟ جريسو جريسو لا يوجد عقوى من نار التنين لا ليس بالنار جريسو أيها العنيد لماذا؟ لأنني أريد أن أكون مساويا لزملائي إنها مسألة عدل إنه غباء والآن؟ لقد قررت سوف أستمر بأقصى سرعة لا يكون الله معنا يا إلهي كما ينقصنا هذا المطر الآن؟ جريسو تذكر أن بي كانك السيطرة على كل شيء بواسطة النار لا 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 إلى الأمان حتى النهاية في سنوات عديدة من الخدمة لم أرى أحدا بمهارة هذا السائق سيدي كم نحن مداخرون؟ كثيرا جدا توقف عند أول محطة لماذا؟ لكي أكبر السلطات بأننا من الممكن أن لا نصل لا يا سيدي لا سنكون في موعدنا بضط انظر لقد خرسنا من المنطقة المغمورة بالماء لفائدة من ذلك توقف أبدا أبدا لن أتوقف يجب أن أصل في وقت محدد كيف أهل حاجة لمزيدا من النعار فكنا جيدا ليس تذكر الحر الوحيد جائبا هو النار يا ولدي لا أبدا لماذا ترهب نفسك من التعب اقضف لهبا صغيرا في غرفة الاحتراق لا 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 لقد أطعت نارا في صدري إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد كما تشاء ماذا تأخر القطار قل لي لا يا سيدي أبدا سيصل في موعد يا سيدي إن القطارات منطقتنا مشهورة بدقة موعدها معك حق يبدو لي أنني أسمع ضجيجه من بعيد أحصيت 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 بيس لقد أصلف لوقت محدد ها هو من نحلي موت ألم أقل لك سيدي في موعده تماما تهالينا نجحت نجحت سوف أقتلح لك بجائزة الرفيعة سيدي لو سمعت قدم شيئا لطيفا إلى السائد ما هو السبب أنت تعلم سيدي أن هؤلاء الناس الضيجون في هذه المنطقة مخلصون لأعمالهم لا فهم رائع رائع جدا أنت تستحق التقدير لشجاعتك النابرة تنين صغير يمكث لاهبا ويحرق مجموعة من الصحفيين أثناء الاحتفال الذي يطيم لتكريمه رائع ما الذي فعلته يا جريسو؟ لم أكن أتصور أنك رائع لهذه الدرجة تحرق هذا التصوير أيضا وصحبيه مدهش مدهش آه أنت رائع يا منعي رائع أبي أرجوك كفى يا عزيزي كفى على كل اللي تزعج نفسك هيا انشارح انشارح أنت فعلت ما بوسعك ولكن إذا كانت الطبيعة قد صارت في غير مجراها ما ذنبك أنت؟ أنت تنين الناري مدهج هذا هو الشيء المؤلم ما هذا الشيء المؤلم يا لسخافة؟ أبي سأعمل يوما ما كرجل إطفاء آه رأسي رأسي أنا حجل إطفاء النار الحطب النار الرماد الحطب نر سأصبح هناش لائع أبي لقد جاء مدير دائرة السياحة وأخبرني أنه سيعود هذا المساء ليتطفق معك بمناسبة بداية الموسم هذا لطيف هل هناك شيء؟ نعم إليك صحيفة اليوم لنقرأ ظهر وحش لوكنيس خلال مباراة للقوارب عدة متسابقين أصيبوا بانهيار عصبي قال عم العجوز في كامل قوته وليقته البدنية ها 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 أليس هذا رائع هذا نوع جديد من المطافع وزع إلى قسم رجال المطافع في المنطق هذا غير مرض عبدا جبل 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 ولكن يا أبي اسمت خبر كهذا كفيل بتحكير صفوي ليوم كامل يا ولد ها أنت كعادتك هل من المعقول أن لا تعرف أنه لا يمكن العيش والتفكير مثل تنين في العصور الوسطى يجب أن تطور يا أبي افهمني أرجوك الجريس لا تبدأ من جديد لقد تعلمت جميع مواضيعك في الحال إن العالم بحاجة إلى الزهور لا إلى النار إنني أرفض كوني تنين سوف أصبح رجل إطفاء سأصبح إطفائيا نحن لسنا بالقرون الوسطى يا أبي هل تعتقد أن عباك لا يفهم مشاعرك؟ أنا أيضا قبل تسعمائة عام كنت شابا وكنت أشعر بداخلي حريق المعارضة والصدام فعلا كنت كذلك يا ولد لا لا أكاد أصدق هذا لا تكاد تصدق أنني كنت شابا لا أقول هذا ولكن فيما يتعلق بالمعارضة لا تصدقني؟ إذن أصغي إليا فإن الأمر يستحق ذلك عندما كنت في مثل عمرك هذه المنطقة كانت غالية بالنسبة للملك أرتو كانت ملكا للملكة وانفريدا التي كانت تقطن في ذلك الحصن المنيع والذي تهدم الآن كانت جميلة ولكن متقلبة ولم تكن تحتمل والدي الذي كان تنين ضخما والذي كان يختار لحساب الملك أرتو وللمائدة المستديرة الفرسان الراغبين بالانتساب إلى ذلك المجمع الرياضي الأشم يا لها من أيام جميلة يا بني العالم كان يرتجف أمام التنين ومع ذلك فإن هذه الأعمال كانت تمنحنا شرفا عظيما كنت قد مللت منها وكانت تضيقني كفى قلت يوما لنفسي لنتوقف عن كل ما تمليه علينا العقائد من اليوم مكرس نفسي فقط لازدهار جنسنا عن طريق معاملة أكثر فعالية في المجتمع أبي كما هي العادة كان ما يزال يغني شعر عائلتنا سوف أخرقوا جميع الأنسجات لتلك الكومة من الحطاب وإلا فبعد قليل سوف أطفوا بدمك كفى 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 هذا لا يمكن أبدا لا أستطيع أن أنظر إلى جمالي لأن ذلك التنين قد حطم المرايا أيها الخادم أين أنت؟ أنا أية المالكة أما زال ذلك التنين الشرير حيا؟ أعتقد ذلك يا سيدتي فقد قضى رامبريناتنين على ثلاثين من رجالك للطال حسنا إذا قتل الثلاثين لنجعلهم واحدة وثلاثين لمن هو الدور الآن؟ إنه للكونس كوبرتون مخترع شهير لأسلحة حربية رهيبة يا سيدتي بهذه السرعة؟ حياتي أيها المالكة أكون تختلع آلة عبقرية مضادة للتنين إنها أسكار ديناركيد الضار يا سيدتي لا أريد حتى أن أراها اذهب واحضر لي رأس التنين سوف تحضر رأسها أليس كذلك؟ اذهب هيا فام فام الصغير ستصبح أنت أيضا تنين قويا مثلي وهذه النار الجبارة ستكون ملكا لك لا يا أبي عندما أكبر أريد أن أكون رجلا يدفع يا لسا خافة أنك تنين وعندما تكبر ستكون تنين أيضا أنا مصر على ذلك هل فهمت؟ مال هناك يا ترى؟ أنا سكوبرتون كنت ماكي عن جنيو وأحمل الهلاق أفهم؟ كيف تجرؤ على دخول أرض التنين الرهيب رامبروني؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ أنا أدخل حيث أشاء لأني يحب المخاطر سترى الآن سترى الآن ماذا؟ شو رأيه الخادم؟ واحد وثلاثون أتستسلم الآن؟ لا 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 كنت لدريه مدخرات وأسلحة رهيبة الموت للتنين أنا سقبة أنا وصل رجل الإطفاء وصل رجل الإطفاء يا للحظ السيء الموت أيضا للتنين الصغير ماذا تقول؟ قف أيها الجبان قف أين تختبئ؟ سوف أمزقك بالقنابل والمتفجرات أخرج وهاجم يا جبان أنا أيها الجبان هل تستسلم الآن؟ سوف أمزقك بالقنابل والمتفجرات سوف أمزقك بالقنابل والمتفجرات سوف أمزقك بالقنابل والمتفجرات السكوبرتون هل تستسلم؟ السكوبرتون الفارس الشجاعي المخدام لا أستسلم أحياناً أستسلم هذا قول الحكيم لتعرف ماذا قوة التنين رامبروني لسا شيء يا أبي لجال والأكفاء قادمون قادمون رامبروني يحتمل كل شيء ولكن أنت أيها الولد الشقيق أبي لماذا لم تصبح رجل إدفاء إذان؟ سوف أشرح لك بعد أن ابتعد جدك بقليل سمعت صوتاً عالياً يأتي من قرية قريبة حبل السطلاء دفعني للذهاب ورقيت ما هناك وقد رأيت امرأة عجوزاً مجهزة لإشعال النار بها وكان جمهور كبير متجمع حولها أشعل النار حول الحالاً أقول لكم استدعوا رجال الإطفاء استدعوهم حالاً لن يأتي رجال الإطفاء ولن ينقذك أحد هل فهمت أيها الشريرة؟ لا أحب المزاح أقول لكم استدعوا رجال الإطفاء ألا يسمعوني أحد هنا؟ ألا يسمعوني أحد هنا؟ أيها السيدة الجميلة اسبلي قليلاً فهم الإطفائي المدهشة قد وصل وصل رجال الإطفاء هذا رائع هذا الحريق يجب أن لا يشعل مرة أخرى يا لك من تنين أنا لم أعطي نين أبداً أنا أنا رجل إطفاء ألا ذا إطفاء ينتابع لكم؟ أبداً نحن لا يوجد بيننا لا تنين ولا فهم ولا مدهش إذن أيها المتطفل الصغير من سمح لك بقذف الماء على النار؟ لم يكن ذلك من واجبك أفهمت ذلك؟ الحقيقة لا شيء يبرر هذا الموقف أنت تنين وستبقى تنين أنا فهمت؟ ولكن لا تقل ولكن كل واحد منا في هذا العالم يأتي لأجل هدف معين التنين من أجل إشعال النار ورجال الأطفاء لإخماد الحريق وإذا لم يكن الأمر على هذه الصورة فإن العالم سيكون كله فوضى أفهمت ذلك الآن؟ أنت مخالف للقوانين أيها التنين أنا بالواقع نعم إذا وضع التنين نفسه مكان رجال الإطفاء فإننا نذهب نحن الفرسان وضد من نحمل السلاح بعد إذن نحن نقضي على جميع المصوص ومن سيسرقنا بعد ذلك؟ إذا أنت التنين لم تقم بإرهابنا كيف سيقوم الفرسان الشجعان بإنقاذنا؟ ونحن الشعراء الشعراء هل سنقدم أشعارنا عن أعمال رجال الإطفاء؟ كيف يمكن ذلك؟ ولكي نهدئ أطفالنا عندما يشاغبون علينا أن نقول لهم كونوا طيبين وإلا سوف ندعو رجال الإطفاء ليعاقبونكم لماذا تتكلمون أكذا عني؟ اغرب عنا أيها التنين لا نريدك بيننا أبداً فهمت؟ أخبرونا ألي السبب على الأقل إسمعوا لي آل أبو النجدة 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 أيها التنين الشرير اني اتحدك توقف انه لموقف يثير افكار والسال اعطوني قالبا ورقة بدون تاخير دقوا الاجراس فورا لا تتباطوا وهكذا فقد اقتنعت ان واجبك تنين ان اسعد الناس حرقا ورعبا ودمارا بكثير من اللهب الرائع الى هذه الوظيفة النبيلة قررت ان اكرس نفسي الى الابد ولكن يا ابي ان الزمن قد تغير نحن عشيرة التنين لا نخيف احدا على الاكثر يمكن ان نكون مهمين بالنسبة لدائرة السياحة المحلية القرون الوصف انتهت منذ زمن طويل العالم يملك اليوم القنبلة الذرية نعم ولكن لي تنين وسابقى دوما تنين اعجبك ذلك ام لم يعجبك علينا ان لا نغزل من انفسنا يا ولد ولكن يوما ما ساصبح الرجل اطماء ماذا انت لا تعلمك معنا ابوك العجوز ساعملك رجل اطفاء ابوك العجوز انت لا تعلمك معنا تعال يا كريسي اود ان اعرسك بجد رامبروني ستراين سوف يلاقينا بحرارة انظري انها جميلة هاي ألا يوجد أحد لا فائدة من المنادة لأن أهالي القرية هجروها جميعا منذ الزمن هجروها ولماذا لقد هجروا بسبب تصرفات الكونت ليونارد مالك هذه الأرض والذي يعيش في ذلك البيت الكبير على قمة جبل السنين بمناسبة ذكر السنين أتعرفين شخصا يدعى رامبروني يعيشه هنا رامبروني كيف لا إننا أصدقاء أتستطيعين أخذنا إليه أكيد اتبعوني ها جريسو كم أنا سعيد لرؤيتك لقد مر زمن طويل على آخر مرة أتيت بها لزيارتي أدروني تبا أوصلتك رسالة أبي لا لم تصل بعد ولكن لم تتأنك ما أنت وصل لرجاء عين تعال لتناول الطعام يا لها من نكهة يا جدي إنها رائعة جدا نعم لا بأس بها ولكنها بحاجة إلى قليل من الخضار المختلفة أخبرنا أين نجد البطاطا والخضار وسأذهب أنا وكريسي لتحضيرها بالحال جدي وسنأكله سويا وأين تجدها في هذه المنطقة لتنمو بطاطا ولا حتى الخز منذ أن منع الكونت ليونارس الزراعة إن كل شيء يجب أن يعود كما خلقته الطبيعة وبسبب خرافاته هذه أبعد الفلاحين لا أفهم تقول إنه لم يعد هناك حواكير وحقول مزروعة بالطبع ولكن أنا وكريسي نستطيع أن نعمل لك بسانا يحتوي على كل أنواع الخضار التي تحبها طباخ مهير مثلك لا يستغني عن الخضار ولكن الكونت لن يسمح لك بزراعة شيء هو لا يفهم شيئا بالطعام الجيد لا تقلق جدي سنفعلها ماذا يفعل أولئك يحرصون الأرض لماذا من الأفضل أن يراقبهم نسبب إنهم ينفرون البدارة أيضا هذا تحدي شافر إنهم يعملون بكل جد إذا لم يقفهم عند حدهم سيدمرون القرية جدي جدي ألبس هروب دعا تنظر ماذا تنسى ألبنهم درسا عند موعد القاتل كريسي كريسو إنكما رائعان لقد جعلتما الأرض خضراء هل لحظة يا جدي ألبونت لم يتدخل منها اللحظة الحاسمة بطائرة السحابة سأدمر كل محصولهم هيا تلك السحابة السوداء فوق الجبل تخيفني أرجو ألا يهفر المطر سأستخدم موضبة سحابة لنستعمل موالدة المطر الاصناعي لا لها من غيمة ولكن أعتقد وهذا فقط مستذوق جريسو ماذا تفعل اختبئ اختبئ لا سأحمل محصول بهذا الصاروخ المضاد للسحاب رواها لقد أطفت السحابة المحصول التميير المحصول التميير من يستطيع النجاة؟ انظروا إنه خفاش ولكن إنه رجل منه الكونت كنت أتوقع ذلك هل أنت الكونت ليونار؟ نعم لماذا؟ هل أستطيع أن أعرف لماذا تريد تدمير محصولنا؟ أنت تريد أن تحمي الطبيعة وبدلا من ذلك فإنك تحطمها ما الذي حدث؟ ألا تعلم بأن الخضار والفواكال مزرعهم أيضا للطبيعة؟ لماذا لا تتعلم معرفة الطبيعة جيدا؟ نار نار أبي الحمد لله على سلامتك أبي أبي أرخب بعائلتي عزيزي فهم لم أرك منذ قرون أبي أبي انظر انظر كيف يحتفلون يعتقدون بأنهم انتصروا سيدركون ذلك الآن سأقذف في حقولهم بهذا الوحش الألي العديد اذهب وذنر معقول تتكلم بجد؟ الفعل الخلط كل ذلك لا يمكن من ماذا يجري هنا؟ انظروا انظروا شيء يلتهمها فيها لهذه الأسنان إن لم نوقفوا حالا سوف يلتهم كل شيء خطرت لي فكرة سأتصرف هيا هل نرى ماذا حدث؟ آه وحش ألي هذا أيضا من تلكونت ليونارد نعم منه من تلكوني أما الآن سأحاربكم بالحديد والنار ألقى لنار؟ نعم سألبي كل ماهو حالا حبي ماذا فعل؟ لقد أعطيته نهارا كان يريد أن يعطيه لنا لا أن يأخذه يا لها بالغلطة النجدة النجدة أني أتسلم عن فدعني تحمل أيها الكونت سأتي أنا لأأخذك تفضل سيدي الكونت اخدم نفسك كل هذا من نتاج هذه الأرض لقد دمرتم قطري أيضا لا تقلق أيها الكونت فعائلة التنين تستطيع أن تبنيه خلال لحظات هم جيد جدا هم جيدا جدا هم جيدا هذا طعام ممتاز إن هو ليس الى خالطه من خضرات الموسم إن تلك المزروعات من قبل جريسو وكريسي تلك التي كنت أريد تدميرها أعيدكم بألا أحاول إذا أماطى فُولكم على شرط أن يطبخ لي رام برون إفعاما جيدا كهذا هوا حدرة الكون هل أستطيع أن بالتأكيد يا عزيزي إني ألقبك رجل إطفاء صخري لفترة الإجازة كلها وكنت أتساءل لماذا لم يتكلم عن رجال الإطفاء حتى الآن إنت أكون رجل إطفاء 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 لقد كان لطيفا جدا من السيد سيدريك أن يرسلني إلى هنا إلى الجبل الأخضر كمساعد لحارس الغابات ممكن أن أعمل أيضا كرجل إطفاء لأنه في الآوينة الأخيرة اشتعلت عدة حرائف أذور كريسي الطبيعة هنا نقية تماما الأشجار الورود النباتات المفخرية كانت تامة ها هو بيت الحارس انتهت الرحلة الآن تقدم عرضا لشراء الأشجار التي فقطت بعد الحريق الأخير كان عليك أن تقدم هذا العرض لقيادة حرس الغابات واجبي هو فقط مراقبة المزروعات مساعدي الجديدان ليسا هنا إنهما شابان منتازان أندي سعيد من أجلك لقد قالوا لي بأنهما مخلوقان رائعان إنهما تنينان تنينان انظر هناك يا جريسو انظر دخان هذا هناك ماذا رأيت كريسي لكن ذلك يا دخان قد يكون بداية حريق علينا أن نحضر الحارس هيا ها هما مساعدي جريسو وكريسي أهلا بكما ما الذي جرى هل هناك شيء رأينا دخانا متفاعدا قد يكون بداية حريق نعم نعم بسرعة بسرعة هم المعدات رئيس ما أستدعي رجال الإطفاء سنجهد خلال ثوانا خيادة رجال الإطفاء نعم ماذا بالجمال الأخضر نحن قادمون حالا الحريق ما زال صغيرا قد نستطيع إيقافه أطلق سفارة الإنذار أعطي خبرنا للحرس الوطني أيضا هيا يا رجال انتبهوا إنها تتقوم شرعة نقطع نهجارا محيطة لمنع انتجاز الحريق أنت وكريسي ذهب هناك مع رجال الإطفاء وأنا أبدأ من هذه البهار دائما لا أستطيع أن أعمل عمل رجل الإطفاء هناك حريق بينما أنا أقطع الأشجار إن المستحيل أن حريقا كبيرا كهذا لشب واحدة علي أن أكتشف من هو المسؤول عن كل هذا كمم ما هذا شيء الذي أرى آسى أخبر جريسي بما وجدت حالا هكذا إذن أيها الصغيرة لن تخفي أحدا بما رأيت تعالي ماء الحمد لله لقد استطعنا إطفاءه نعم ولكن في كل مرة يجب قطع المئات من الشجر إنها أشجار محمية ولكن بعد كل حريق فإن سيقان الأشجار المقطوعة تباعوا دائما إلى السيد سميث صاحب المنشار يجب أن يكون له ضلع في هذه الحرائق الغامضة ليس لدي أي إثاث وهذه المرة لديه عذر قوي لقد جاء لزيارتي تستطيع أن تشهد على ذلك أنت وكريسي كريسي بالمناسبة إنها ليست معنا أجوة ليكون قد جرى لها حادث لا تقلق سنذهب للبحث عنها حالا ستكون بخير يا عزيزي كريسو كريسي كريسي أين أنت كريسي 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 نحن هنا كريسي يا ديبي لقد بحثنا في كل مكان لكنها اختفت في هذه الغابة ولكن إذا كانت شكوكي في مكانها فإن صاحب المنشار له ظلعا أيضا في اختفاء كريسي أتعتقد أنه قام باختطافها؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك لنذهب إلى هناك حاول ألا تحديث ضوضاء قد يكون بالداخل ولكن لا يوجد أحد هنا آه انظر هناك ها هو مخبأهم السري تحت ميزان الحطب من الأفضل أن ننفصل اذهب أنت وأحضر الشرفة أما أنا في هذه الأثناء سوف أنزل إلى أسفل حسنا يا جريسي ولكن كن حذرا لا تقلق فأنا تنيا يا جريسي كان عليك ألا تضروا يظهر أنا هناك بعض الأصوات ولكنك تركت صفيحة بنزين كاملة كيف تفكر؟ هل تفكر بأنهم سيعتقدون بأن الأمر قضاء وقدر إذا وجدوا إثباتا واضحا كهذا؟ أصنع ولكن آه جريسي أنا هنا جبت الإنقاذ جريسي علينا الآن أن نتخلص منها دون ترك أي أثر حاضر حاضر من أين جاء هذا؟ علينا أن نلقي القبض عليه بسرعة أنت حب هذا وأنا أفكر بأمرك عليهم أن يمسكون أولا رائع كريسي نعم يا عزيز كريسي أنا سعيدة لأنك معي يجب أن نفعل بعض الفوضى انتظر أسوف أمسك بكما آه خل انتظر فقط لكي أصعدت لقد مشفت بها يوزعي ماذا نفعل الآن؟ قل لي آه ماذا تفعل بتريسي؟ أتركها حالا انتبه فأنا إذا غضبت أنا جاء لنأهرب سوف تلتهمنا النيران هيا هيا لقد قلت له أن لا يغضبني شكوك حارس الغابة كانت في مكانها كانوا يقومون بإشعال النار لكي يفدعوا الأشيار المقفوعة بأسعار رقيصة ما هذا؟ قلنا الآن ففاعدا لن تحدث حرائق هنا في الجبل الأخضر لتطلقوا ما أنتم الاثنين حسنا نأمل هذا ولكن إذا حدث أي شيء استدعوني لأني يوما ما سوف أصبح رجل إطفاء سوف أصبح رجل إطفاء سوف أصبح كفا كفا أن تعملك رجل إطفاء تعودنا على ذلك ولكن أن تقول بأن مهنة منقذ السباحة أشرف من مهنة التنين فهذا كثير وغير مسؤول وغير لطيف يجب أن تعرفي يا أبي أنا أعرف فقط بأنك تخجل مني لأنني أستعمل تلك النار التي وضعتها الطبيعة فيها إنه كذلك أنا أكره النار إنه عنصر غير مفيد دار وغطير كفا كفا هيا اذهب أبي اخرج من هذا الكهف الدافئ أتفضل الماء اركب في سفينة وأبحر اذهب لا أريدك هنا هيا اذهب حسنا سوف أذهب من الأفضل أن أصاد السمك بدلا من أن أقذف النار اذهب آه يا أبي إنك تنين رهيب علي بالصاب دائما أنت هكذا سأراقب أيها القطان أيها القطان سمك السردين أنظر سمك السردين سمك السلم ناشاء سخيفة سردين سخافة ألسنا هنا للصياد ذلك ومن قال ذلك من قال ذلك أنا عاد عن ذلك لا يوجد سوى الحيتان تماما تماما ولكن صيد الحيتان ممنوع هنا ممنوع أيها الشبان أرأيتم أي أعلان ممنوع هنا لا أبدا انزل يا جريسو قيأناه بمكانك عفواً أيها القطان أريد منك بعض الإضاقات ألقود ألقود هنا أخيرا محركة إلى الأمام بأقصى سرعة جريسو استلم المدفع و ازرع سهما في ظهر ذلك الحوت ماذا؟ أنا علي أن أصطاد حوتا هل جنيت أيها القطان؟ أنا أرفض هذا أيها أطلق السهم؟ أبدا لقد هرب الحوت لقد فر فر سأعلمك كيف تطيعوني انصرف إلى السخافات من اليوم تعمل في غرفة النار هيا تعرق في غرفة النار؟ نعم في غرفة النار أيها التنين الغبي هيا حسنا منذ أن رحل جريسو هذا الكهف و هذا الوادي لم يعود نفس الشيء من يعلم في أي نقطة من المحيط هو الآن رأيته أخرا مرة قريبا من بحر أيسلندا اسمع يا صديقي لو قررت الذهاب لزيارتي هل ترافقني لتدلني على الطريق إليه؟ طبعا ثم إذن لنرحل حال قبل أن نغير رأيها كما تشاء لنرحب في الحال هيا وها هو أسطوع آخر قد ذهب طبعا لم تكن هذه هي المهنة التي كنت أود أن أعمل ولكن أفضل هذا العذاب على قتل الحيتان آه صحيفة قديمة لنرى آه نجد تفعل صورة أبي في هذه الصحيفة شهد ثمين بحري من قبل سفينة بخارية بالقرب من سواحل آسلندا الطاقة مرتعفة أبت السفينة وهرب ماذا يفعل في تلك المناصر؟ أكيد لم يفعل ذلك متعمدا إن أبي لا يحب الشار صوب صوب لقد رأيت ثمينة على بعد بضعة أميان من هنا لطيف لولولو يا للفرحة لولولو يا للفرحة يا للفرحة وعش في مقدمة السفينة انه وعش ادريسو 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 اطلق السفينة انبتع لا لها مسكورة طوية انهم يعتدون علينا ايها الاغبياء 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 كيف تستقبلون الضيوف هكذا الان ساعلمكم لا 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 ابي توقف ارجوك ولدي ولدي لقد تعطلت المحركات تابا ارسلوا اشارة الاستغاثة هذا مستحيل جهاز لاسلكي اصبحت رحمة سيدية انزلوا قوارب النجاة لينجوا من يستطيع قوارب النجاة اصبحت رماضا ابي ابي هل رأيت ما فعلته؟ طبعا هكذا يتعلمون كيفية معاملة في الضيوف ليتدبروا عمرهم هيا يا جريسو اقفز بالبحر وتعال معي لا ابي البحار الاصلي لا يتركت ملاءه في لحظة الخسار يا الهي ماذا تسمع ذناي؟ حسنا يا جريسو اذا رغبت بانفاذ هؤلاء اللصوص فما عليك الا ان تطلب النجاة بواسطة اشارة النار ماذا نار؟ النار ابدا هل سمعتم؟ هو لا يريد اذا تستطيعون الغرق بكل هدوء هيا يا جريسو اعمل اشارات من النار هيا بسرعة انت اذناء لما لا تطلبون انتم من ابي ذلك انه افضلوا مني انا؟ مالشاني انا؟ انا لست واحدا منكم ابدا موحق هيا يا جريسو بسرعة اطلق نارك ارجوك مع ذلك بالاجل الاصفال انت فقط تستطيعوا انقاتنا حزنان 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 انتظروا انظروك اجيارة باسترافة اشارات استغاثة الى الامام بكل قوة احدهم في قطر اطلقوا صاروخا هيا رائع للخضرات في السبينة على اشارة الخضراء فاضع مفتاز نحن هنا اجريسو رائع الى اين انت ذاهب يا جريسو احسنت يا جريسو احسنت يا ولدي هكذا يكون التنين وإلا فلا حسنا يا ابي لقد ربحت انت ولكن تذكر مهما تلف ام تابع رجل اطفا حسنا يا جريسو حسنا تابع رجل اطفا قد فهمت ذلك فهمت ذلك ساعمل رجل اطفا طبعا طبعا sareتكلم عن ذلك في البيت سيصبح رجل اطفا لن أصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء لن أصبح رجل إطفاء جريسو جريسو لدي خبر جميل لك هل عينت في قسم رجال الإطفاء؟ ماذا تقول؟ سيد سيدريك دعانا إلى رحلة بحرية فوق مركبه روح الوطواط أليس ذلك خبر رائع يا ولد سترى البحر على أي حال نعم ولكن مركبة سيد سيدريك ليس إلا حطاما وأنا لا أحبه إيه أنتم الضباط السابقون في البحرية متعجرفون بعض الشيء لا يعجبكم أي شيء أبدا أبي العزيز لن يتغير آه بقي إذنتان لن أصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء كنت متأكدا جدا من هذا استعدونا للانطلاق يا جريسو نعم سيد سيدريك إذن لنرفع الراية هيا مع السلامة مع السلامة إنهم مقفاء أفضل هذا عزيزي إلى أين تتوقعون أن تصلوا يا أصدقاء إذن لا تنسوا أن تخبروا حرس الحدود عن مكان الحطام يا لهم من أغبياء أبدا عزيزتي عندما بدأ جدون كتبرت يطوف السواحل بهذا المركب لم يستطع أحد أن ينتقده أبدا في ذلك الوقت مضوط طويل على هذا سيد سيدريك مضوط سيد سيدريك إن أنا خارج الميناء حسنا من هناك يا قاعدة دفع إلى جبل الطارق ولكن كيف تقول هذا دون أن تنظر إلى البوصلة بوصلة هذه لكم أنتم يا ضباط البحرية الشبان نحن عائلة ماكوراكون عملنا دائما بدونها حساسية الاتجاه تشري في عرقنا تماما مثل الحيتان آه الآن فهمت لماذا كانوا يسمون جوكم كوتبرت في ثاريس البحار ماذا تاني بقولك هذا جريسو لا شيء يا سيد سيدريك أبدا ولكني أشعر بأن ذاهبون شمالا ماذا لا تكون متشائما جريسو لا اسمحوا بقولي هذا يا ولد حسنا حسنا لن أتكلم والآن إلى الأمام إلى بحار الجنوب الدافئة الضباب يزداد شيئا فشيئا لحسن الخضننا نحن التنين نستطيع أن نرى في البخار بواسطة الأشعة فوق الحمراء أبي أرى سفينا تصيد الحيتان أوه أولاف آليك سيف انظروا يا إلهي السفينة أشباح أنتم في تلك السفينة هل تسمعونني إنهم أشباح 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 يا إلهي إنه تنين بحري النجدة ينجو من يستطيع ينجو من يستطيع ما هذه الأساليب غير المدنية لهؤلاء ماذا وذلك الحوت دعك من ذلك يا جريسو سيعلم سدرك عجلا ماجلا الخطأ ويجعلك تغير الاتجاه أنا نعم يا أبي أبي هل مريض؟ لا، لا تقلق أنه عبر بسيط عبر بسيط إعرف إحفق إحفق تجله كان يجب أن تكون رحلة مريحة اسقط وتبعد تجديف نأملا تعود الريح بسرعة تقضي صلى يا عزيزتي ها هي أنوار جزيرة الكابري أوه كان هي جميلة ولكن من المؤسف أن يكون التقصر ديئا هكذا نعم ولديهم الشجاعة بأن يسمونها جزر الشمس يا عزيزتي جزر الشمس؟ ولكننا في منطقة جبال الثلج إذا سرنا بهذا الاتجاه سننتهي مباشرة في القطب الشمالي انتبهوا سباكوا دولفين آه يا 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 تبلاكي تبلاكي سأسوي أمركم الآن في البحر الأبيض المتوسط لا يوجد ختان ولا دولفين وهذه ليست إلى جبال ثلجية أرجوك أكث ما تترك قبل أن يحدث لنا شيء أرجوك ماذا؟ تود أن تقول بأنني قد أخطأ؟ أرى سفينة بخارية طبا لهذا يجب أن نلفت انتباههم وإلا اصطدموا سفينة بخارية جبل ثلجي ولكنني لا أرى شيئا في هذا الضباب الكثيف جدا اسمتوا وأعتقد بأنني سمعت إشارة انتبهوا هذه صواريخ انتبهوا ممكن أن يكون هناك أشخاص في الماء كيف نستطيع أن نجدهم خلال هذا الضباب؟ أولئك مستمرون في التقدم إلى الأمام لم يبقى سواء ذابة جبل الثلج أنتب من لهذا الزكام؟ أبي أبي هل أنت بخير؟ لا تقلق علي فكر بأن تعمل شيئا هيا استخدم النار هيا أنا؟ أبدا من يتطلع أن يصبح رجل إطفاء يحل المشاكل بالماء وليس بالنار قلت لك تحرك يا جريسو إنه أمر حسنا إني أتناظر أمام تمين المسلك ماذا يجري هنا؟ أيها القائد انظر هناك انظر جبل من الثلج المحركة إلى الخلف انظر يا جريسو انظر 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 تابع تابع أيها الثلج الصغير أرجوك تابع بسرعة باعوا قريبا نجاتل في البحر هل قد نجاحت؟ راه 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 والآن أرجو أن تسمح لي بسم جميع اتقدم لك هذا المزام لأنك أنقبتنا من ذماري رهيب ايوه التنين الصغير ريسو 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 انا افضل ان اعطي مئة من هذه الاوسمة مقابل ان اصبح رجل ادفاع ساصبح رجل ادفاع رجل ادفاع عزيزتي روينا يا لها من طائرة جميلة رغم انها مصنوعة من الخشب والقماش فهي افضل من تلك الطائرات المصنوعة من التنك بالتأكيد يا عزيزي اوه ما اجمل المنظر من هنا ريسو مسبو تلك الجزيرة الصغيرة جزيرة التمين سيدتي بالقرب منها يعيش عمي فالك وعمتي ففيلة هاي ابتعد من هنا ابعد مخالبك الحد عن طائرتي انتظر سآتي اليك ريسو قد الطائرات ايها الطائر الشرير اوه يا الله امنوا ان انجح طبا لذلك الطائر الشرير اوه اننا واحدون في هذا المحيط كيف سننجو؟ من يدري استطيع ان اقوم بمنادات صوتية الي اعمامي حاول يجري سحاول ارجوك من ينادي؟ هذا انا يا عمي اوه ماذا تفعل في هذه الجهات؟ كنت في رحلة مع سيد سيدريك ماكا تنين ماكا تنين؟ نعم تشرفنا ايام العرب العالمية الاولى تعرفت على جردك اللطيف سير بيرغوس الثالث اوه سير بيرغوس الولقى بمشهل النيران نعم زيدتي عليك ان تعرفي انه ارجوك عمي الا تستطيع ان تحدثنا عن مغامراتك بعد انقاذنا نعم تمسك جيدا نحن راحلون ايييييييييييييييييييييه عليك ان تعلم يا زيدتي بانني في عام 1886 كنت مع المرحوم يا إلهي ما هذا لا تخافوا أنهم طيبون جدا المجد والشرف إلى قضيف النار الكبير والصغير هيا تعالوا وتذوقوا ما عندنا عمي هل دعونا فعلا بقضيف النار لماذا لا أفهم هذا يجب أن تعلم أنهم يخافون من ناري خوفا جنونيا عندما أريد شيئا ما أهددهم بإحراف كل شيء وهم يفرون بيت الحمام من أمامي ولأجل المال تفعل كل هذا يا عمي ولأجل ماذا إذن لكي يأطفخ بيضة في المخلات مثلا طبعا أنا هنا لن أستعمل النرى أبدا أهذا واضح؟ لقد أخبرني والدك بأنك على السليق حسنا افعل ما تشاء أنت حر إلى المائدة أيها السادة تفضلوا وهي له من محار رائع جدا لابد أنكم محظوظون لأنكم تأكلونه كل يوم في العبس نحن نثير الشفاقة وما هدأ تبقى اللؤلؤاء لؤلؤاء؟ لؤلؤاء؟ أجل لؤلؤاء هذا المحار مليء باللؤلؤ مع أننا دائما ننظمه إلا أننا نجد واحدة منها أحيانا تحت الأسنان وهل تخذفون بها؟ طبعا وماذا نفعل بها؟ اجمعوها لنا فنحن نحب جمعها؟ نعم نريد أن نأخذها معنا كذكرى؟ ولماذا إنها غير مفيدة؟ هيا لا تكثر من الكلام أصدقائي يريدون بعض اللؤلؤ؟ تعركوا هيا تعركوا ولا أحرفتكم جميعا هيا هيا عمي ما هذه الأسان هلا تخاف أنهم في يوم من الأيام يسددون ذلك المدفع باتجاهك ويقتلونك؟ لا لسبب البسيط وهم أنهم لا يعرفون كيف يعمل تخيل أنهم يعتبروا له شيئا مقدسا إليكم اللؤلؤ أيها السادة عزيزي سيدريك انظر هل أننا أكثر سراءا من نبلاء بريستانيا؟ العمذار البيتوسوس البيتوسوس اهربوا هيا هيا البيتوسوس اهربوا هيا البيتوسوس ها البيتوسوس من هم؟ إنهم سكانوا جزيرة بيكو بيكو وهم كل مدة ومدة يأتون للسلب وأنت ألا تفعل شيئا؟ كلا كذلك البيتوسوس يحبوني كثيرا ولا أرى لماذا علي عن أصدقائي هذا غير معقول يا عمي غير معقول بدع الوجوم يا زيد فال وليس هناك مكان نحتمي فيه من الخطر بكل تأكيد طالوا معي ولكن كيف 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 أنقذهم هذا بسيط جدا أخرج نارك وقضي عليهم لا لا النار أبدا لا للنار أليس عندك مدفع حسنا إذن أطلق النار بالصابة لماذا لم أفكر بذلك من قبل هيا بنا بودرة رصاص عيار الناري أين لا يوجد عيار الناري ما هذا سوف أقذف اللؤلؤ لا تجم عليهم لا تجم عليهم ما هذا ربت أننا لنستطيع مواجهتهم عبدا لنعرض لنعرض هذا أفضل لا لقد نجم گريسو جريسو 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 شكرا أيها الأصدقاء أنا حقا منفعل لقد أتلفت اللؤلؤ يا جريسو نصف مزرعة ذهبت هباء اه يا اله لماذا تعذب نفسك هكذا لم تفعل شيئا جريسو هناك شيء لم افهم مالذي اطلقته بالمدفع صحيح لا يوجد رصاص هنا اطلقت.. لا.. 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 طبل ان يا فيكو هيا ذهب جريسو اخذ هذا القارب واذهب لزيارة العمة بفينة ولكن يا عمي دعني اشرح لات اذهب اذهب يا عزيزي لقد عملت بفين كفاية من دمار هيا اذهب ارجوك عمي رهلة سعيدة حسنا ساذهب الى عمتي من يدري قد استطيع ان اعمل هناك كرجل اطفع سوف اصبح الرجل اطفع يا لها من رحلة ألم تستطع العمة ففينة ان تسكن في مكان اقرب اه ها هي عم ففينة عم ففينة اوه جريسو عزيزي جريسو دعني اراك يا الهي اصبحت تشبه اباك فوق احمل اليك تحيات العنفالة اه وماذا يعمل يرعب سكان المنطقة بحروق دائما ما زالك ما اذكره كيف حالك يا عماتي لست جيدة يا ابوناي منذ ان سكن عالم غريب وماكناته الغريبة في هذه الجزيرة لم يعد يهدأ لي بال عالم غريب ما اسمح الدكتور زيبالوس لقد ذهب ليسكن داخل البركان هناك ها هو انظر ها هو يتنزه الان تعال تعال وانظر اه ماذا لك الشيء اتسمعوا هذا الضجيج هذا الجهاز يحطم عصابي ترى ماذا يفعل بتلك الغوافة من يدري لنراه انا تعيد جزر البرمولة انا المسيطر على المثلث الخطير اختي كل طائرة في اعماق الغموض اصطادها وامرقها بمركب البسيط انا زيبالوس دكتور زيبالوس قارب في الميمنة الجميع في اماكن القتال اخرجوا المخيف المخيف جاهز ما يا لي يا خداع هذا هو انتحاذ الغريب جريسون اوه اوعي شو البحرية اي انتظر اكتر الغارب ما هذا الخداع الدكتور زيبالوس هذا يريد ان يدمر سمعتنا ايا اين ساحب السرقات ساحب السرقات جاهز انهم يدخقون حمولة السفينة افريغة السفينة حسنا ما نقعد كل شيء الى مكانه يا له من رجل سيء لا نظريات عن المحيطات ولا عن السحون الطائرة هذا الدكتور جيفلس هو الذي يجعل السفنة تكتفي بصورة غامضة لقد اكتشفنا سر المثلث الخطير اخيرا علينا ان نفعل شيئا وإلا فانه سوف يشوه سمعتنا الى الاباد دعكي من ذلك سأسوي انا العمر سأتبع دكتور ديفالوس الى واكره مليون راديو ترانزيستور كيف لهم اليابانيون ان يصنعوا كل هذا اقتربنا من القاعدة انه ممر سريا عمسي انتظريني في البيت سوف اتبعه كن حذرا جدا يا عزيزي انزلوا الحمولة حالا والنرحل حالا الى نقطة اربعة وعشرين نون وستة عشر انيا لنسرق حمولة الذهب والجواهر المشارئ اليها لقد كشفتك ايها المجرم سيدي سيدي جسوس جسوس احضروه هنا في الحال اتركوني اتركوني ولكنك مجرد التنين طبعا ماذا كنت تعتقدني قطة هل نتخلص منه سيدي كلا كلا احضره الى مكتبي واسرعه اذا اردتم ان نلتقي بتلك السفينة المحملة بالذهب امرك سيدي اصغي الي جيدا يا جريسو انا بذكائي وانت بمواهبك الطبيعية كتنين قاذفا للهب نستطيع ان نفعل اشياء ضخمة قل لي ما رأيك لا يا دكتور لن اكون قرصانا ابدا انا سنين شريف جدا دكتور زيفلاوس لقد عارضت القواص الان حسنا انني قادم في الحال وان تفكر بالطراحي جيدا ابي ليتك هنا يا ابي لتنصحني او يا جريسو ان تقع لما عليك ان تفعل اجعلهم رمادا بلا هبك الراهعة ولا تتوانى عن ذلك لا لا للنار رجل اطفاع المستقبل لا يستخدموا النار اذا دبر نفسك ولا تسلي حسنا سودبر نفسي ستخطروا لي فكرة ما انكم مجموعة من الاغبياء لقد اخطعتم بالسفينة ماذا افعل بعشرة الاف طن من الزرة اغبياء وصفارقة وفقدان فقد سحتتم ايضا قبطان السفينة اخبروني ماذا افعل بهذا اخبروني افعل ماذا شاء طبعا سافعل مع شاء عودوا الى البحر وتخلصوا من كل هذه الزرة ومن هذا الشاهد لا 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 سافعل كل ما تشعون اذا ابقيتم على حياته كلا انه الشاهد لا لا اعطفوا علي ارجوكم اتوسل اليكم يا الهي ماذا فعل انها عشرة الاف الطن انظر ذلك البركان عدا الى مشافر تبا نحن متوجهون نحوه نعم ان له نكثة طيبة هذا صحيح انه يذكرني بالفشار يا صديقي بالتأكيد هذا فشار صحيح صحيح كان هو طيب مرحى مرحى ولينا ان نخبر بذلك قائد الاسطول مرحى دكتور زيفالوس اعمالك الاجرامية انا لها ان تنتهي كان بسبب اقفضوا عليه اما انت ايها العزيزي جريسو اسلمك وسام البحرية من الدرجة الاولى مكونا من الاصداف البحرية الثمينة لانك لم تخشى قوة العدو الفائقة ولاننا نفتخر بك لانك قمت بعملية ساعقة نابعة من احشائك النارية لا 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 جريسو لم ينتهي الاحتفال بعد جريسو لا اريد ان احصل على جوائز من اجلها هل تفهم باني اكره النار اكرهها 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 جريسو الى اين داهل لكي اعملك رجل اطفاء ماذا قلت رجل اطفاء رجل اطفاء رجل اطفاء يا الاشباب اشتركوا في القناة سيداتي سادتي اترك الكلمة الان الى السيد سيدريك رئيس الموانئ البحرية في هذه المنطقة شكرا شكرا لكم جميعا بكل دواء المسرة اقدم لكم الاعمال السامية والاستحقاقات التي اكتسبها بجدارة المهندس جريسو المواطن الغني على التعريف والذي صمم الباخرة الرائعة التي تعمل على التفاعل الذري والتي سنراها بعد لحظات سيداتي وسادتي مجموعتنا التلفزيونية في طريقها الى واد التنين الشهير جوهرة بلدنا السياحية سيداتي سادتي هنا ولد المهندس جريسو اخر احفاد عائلة التنين النبيلة ها هو والده صباح الخير سيد فوم صباح الخير نود ان التقي معك بشأن جريسو لا لا اسمح باي رقاء ابدا واضح ولكن يا سيدي اذهبوا من هنا وانا جعلتكم ربادا نبى جريسو وترارى في مدرسة ابيه الصلب الشجاع الذي رأينا عزيزنا جريسو نشأ سليما قويا ومحبوبا من الجميع وهذه شهادة السيدة روينة زوجة السيد سيدريك اه بهلك العزيز جريسو منذ نومة ادفاره لديه الرغبة الكبيرة في ان يصبح رجل اقفاء هذا هام جدا وهل نجح في ذلك ابدا ولكنه عمل كسعي بريد وفي سكة الحديد وحارس حدود بحرية وعميل سري ورجل فضاء رائع دماغ ذكير بطبيعته سيدتي هذا صحيح يا سيدي ولهذا السبب قاموا بتعيينه في مكتب التصميم في الموانئ البحرية وهنا استطاع جريسو بسرعة ان يظهر قدراته لندعه الان يتحدث لنا عما قدمت لنا ثمار دماغه اللامع لنبدأ بموضوع القارب الاقتصادي لقد ثمنت موازع ميكانيكي يعطي اوراق بلاستيكية جاهدة للبناء السريع لقارب جيد الصنع في البداية ندخل قطعة مقضية نضغط على الزر الذي يدل على اللون المرغوب نحصل على ملاث ونفتحه نضغطه حسب الخطوط المنقصة هذا كل ما في الام ها هو قاربا خفيفا ومتين تحت تصدر فيكم لجميع الرحلات احسنت ممتاز وما هي هذه هذه هي الاتشيغولا بقاربا يمكن فتحه والذي يحل مشكلة الصيانة المستمرة للقارب على المحرك في الواقع في كل مرة يتسخ فيها قاع القارب يفصل ويقذف به ستركي هكذا لقد حادث على جائزة من الجمعية تهانينا ولكن عفوا ايها المهندس هل اخطو اذا قلت بان اختراعك قد اخذ الفكرة من اسلوب ابحار شعبي ابدا واشكرك لهذا السؤال ففي الواقع الحقيبة المغناطسية المسمى بصناديق الممغناطات تعمل بنفس الاسلوب نعم ايها السادة متينة غير قابلة للغرق ومغطات بمادة مغناطسية تصلح للرحلات السياحية ذات السعر الرخيص تحمل من قبل السواح الى اي منطقة بحرية تتكون الصناديق الممغنطة بواسطة قوة الالتساق المغناطسي زوارق بسيطة ولكنها متينة وهي مدفوعة بواسطة اي محرك تستطيع ان تنقل السواح الى مناطق جديدة بمصروف قليل وقود هل ترى انبوبة الراشي هذا؟ نعم جيد جدا انها اختراع لي كنت افكر بتقديم قارب امن ورخيص الثمن للناس لقد درست تركيبة مادة تعطي رغوة والتي تصلح الصلبة عندما تتلامس مع الماء القارب المطاطي ها هو يا اله انك تدهشني تفضل حبة نعنى لم اصنع قاربا من حبة نعنى ماذا؟ لم تقول لي بان ذلك قارب تماما فغرته بهذا الحجم بواسطة اسلوب خاص يعتمد على الضغط الفراغي هذه مجموعة قوارب على شكل اقراص عندما تكون بحاجته احذر ان تبتلع عن طريق الخطأ هذه الاقراص هذا نموذج دائما الى الامام قارب اعتمد تصميمه على الاستغلال الكامل لقوة الطبيعة المتواجدة في البحار نظرا لتقلبات الرياح فان العبقري المهندس جريسو اخترع هذا القارب الشراعي ليستغل القوة الدافعة للتيارات البحرية بكي يعطينا استمرارية اكيدة للابحار في الحالات الطارئة انه العبقري اما الان اليكم القارب الشائع الصير ذا قوة دفع العبلية والمناسب للبحارة ارجو المعزرة هل افهم من ذلك انه من الممكن عمل رحلات بحرية بواسطة قوة العضلات لا بالطبع قوة الدفع العضلية تستخدم فقط للوصول الى طريق سفينة النا عند هذه النقطة يعمل الرأس المغناطسي القوي بعد ذلك ويشذب هذا الرأس المغناطسي الكتلة الحديدية للقارب حيث يلتصق به وعندما يصل الى هدفه يفصل البحر الدائرة المغناطسية وينصرف بهدوء هذا كل ما في الامر انه اختراع باهر اليس كذلك اما هذا فهو اختراع التجميد والان سيدتي وسدتي تعالوا معي لنلاحظ هذا الاختراع في حالة خطر الغرق بسبب ثقب في القارب فان جهازا خاصا يفرز في المنطقة المحيطة سائلا يجمد فورا تلك النقطة فتتحول اصدقائي الى جبل سلجي وبما ان هذا يدفو تماما فان القارب يرفع لحين وصول الاغاثة اوه انت تستحق جائزة نوبل لا داعي للمبالغة انفت انتباهكم الان الى هذا لافراغ سفن غرزت برمال في السابق كنا ننتظر ارتفاع البحر والاعتماد عليها اما اليوم فبفضل جهاز اوتوماسيكي فان دخان الباخرة ينفخ غلاف المنطقة والذي بقوة دفعه الى الاعلى ينتزع الباخرة من الرمال اخذا اياها الى اعماق اكبر فكرة رائعة ولكن الاختراع الذي افتخر به فعلا هو هذه الباخرة القابلة للتركيب الجاهز درست خصيصا لبلدان مكونة حديثا ولديها مشاكل اقتصادية ومن خلال هذا الكاتالوج نرى ان البلدان المهتمة تستطيع شراء مرة تلوى الاخرى قطع قابلة للتركيب مثل المقدمة المؤخرة مجموعة المحرك العنبر غرف النوم الى اخره الى اخره وهكذا من ثلاث قطع اساسية يستطيع المشتري الحصول على سفينة خفيفة الحمولة والتي ممكن ان تكبر تدريجيا باضافة قطع اخرى فيما بعد مكونا بسهولة سفنا اخرى ذات قوة واستعمال مختلف حسب برامج سياسية واقتصادية والان لنتحدث عن اخر اختراع لعابر المحيطات بسرعة الهائلة جدا انه يسير بفضل خمس مفاعلات ذرية هذا الاختراع سوف يقطع المحيطات بسرعة 2500 عقدة مئة عقدة في الساعة مقدما سلسلة من الخدمات التي لا تستطع ان تقدمها اي طائرة عابر المحيطات الضخم هذا والذي يزن 200 الف طن مكون من الحديد وهو يقاض بطريقة الكترونية سيداتي وسادتي سيبدأ حفل التتشين عريفة الحفل ستكون السيدة روينة وعريف الحفل نفس العبقري مخترع هذه الباخرة الرائعة شكرا جريسو حضرة المهندس ألقي لنا كلمة في الحقيقة أنا منفعل جدا هيا جريسو قل شيئا أشعر بالحرج هيا يا عزيزي لا تكن خجولا حسنا سيداتي ساعة عزروني أنا أسفا جدا جريسو ماذا فعلت يجب أن تتحكم بنفسك ما أردت ذلك لم أقصد هذا صدقوني هذا تصرف أحمق للغاية جريسو أبحالا إلى أبيك هيا هيا ها مرحبا يا جريسو مرحبا ها أعتقد أنه هذه المرة فعلها أيضا ها كيف سارت الأمور أبي أتركني وشأني لطيف لطيف يا ولدي تعال وكل بيضة على اللهاب هيا أبي لا تقول لهاب حسنا لا تغضب عليك أن تعلم أن تنينا حي أفضل من مهندس ميت أليس كذلك يا ولدي ها أبي أرجوك أرجوك لطيف وأعلم أنك تستطيع أيضا أن تعملك رجل إطفاء أجل ولكن علي أن أعمل شيئا آخر لابد أن أصبح يوما ما رجل إطفاء ربما أي أخد رجل إطفاء نعم سوف أعملك رجل إطفاء لا بأس لا بأس رجل إطفاء رجل إطفاء أعمل أعمل هل من المعقول ألا أستطيع أبدا أن أعمل كرجل إطفاء؟ إنني التنين الأسوى وحضن على هذه الأرض غريسو لا أسمح لك بهذا السيد سيدريك عمل المستحيل من أجل إرضاء رغباتك لذا كف عن هذه القصص يا ولد لا تغضب منه يا فوم أنت تعلم كم هو عزيز علينا سيد سيدريك أرجو المعذرة لما قلت ولكن أنت تعلم أننا نحن جميعا نفهم مشاهرك يا صغيري ولكن يجب عليك أن تتحل بالصبر قليلا الصبر يا فوم سلاح الأقوياء بالصبر يمكن الحصول على كل شيء لقد فهمت لقد فهمت أخبرني يا جريشو لماذا لا تعمل بزراعة في هذه الأثناء؟ وأعمل بسباق الخيول ماذا قل؟ لا شيء لا شيء ولكن كنت أفكر من أي اتجاه أبدأ يا سيد سيدريك ابدأ بهذا الوادي يا ولد فإن استطعت أن تزرع عشبة بإمكانك زراعة القرنبيت في الصحراء حسنا سوف أعملك مزارع آه كمان سعيد لأن جريشو لن يذهب بعيدا عن هنا هنا على الأقل لا استطيع المراقبة والمتابعة هذا مهم جدا جدا بالنسبة لي ولولدي طبعا كيف الحال جريشو؟ إنني أعمل منذ شهر من صباحي حتى المساء لتحضير هذه الأرض ولا أن بقي علي هذه الصخور الأخيرة وبعد ذلك أتريد أن أساعدك بنفخة من اللهاب؟ لا يا أبي لا لا أريد عملة لني أرجوك لا يوجد مجال للخداع هنا كما تريد إذا كنت تحب أن تتعب نفسك ففعل ولكن أين الماء؟ قلت لك قبل قليل ألوجدت الماء؟ ماذا أقول؟ لقد وجدت الفترول وغاز الميسان ولكنني لم أجد الماء فماذا أفعل يا تورا؟ أه ها نحن إذن بحاجة إلى العالم العجوز مرلينو يا أبني لأنه سيجد لنا الماء برمشة عين لو سألناه ممكن أبي ها هو لقد وجدته لقد وجدت الماء جيد جيد يصلح للشوارع إنه قطران لو تركت جريسو يعمل وحده لن يجد أبدا نقطة من الماء مع حساباته الرياضية لنرى قليلا بين هذه الأشياء ماذا ترك لنا العالم مرلينو لنرى لقد نجحت إذن لاستخراج الماء يجب زرع سن تنين في الأرض في ليلة بدر سن تنين وإن أجد سن تنين هذا مشكلة ولكني أنا تنين إذن مرلو يقصدني أغضطني يا مرلو لبأس لبأس لنتابع 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 غضط السن بحرشفة من تنين ذكر إنه يقصدني أₗي 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 أ₞ي أₗي أ€ي أₗي أ₳ي أ אₗي أₑي أₗي أₗي أₙي أₙي أ你是 stronger than wood لا علينا أس فلنقل به التعويذ برنبها ب۳ كنترتو كتبوزو فرنطوس يا لم فا الماء 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 جريسو انظر ميرلينا رائع يا ميرلينا حسنا يا جريسو ألي أكفي هذا اليوم يكفي شكرا لك يا أبي لا شكرا على واجب يا صغيري انظر من هناك أهلا مرحبا الفوم كيف الحال؟ في مته الروعة نعم وقد قررت أن أدرع أصنافا جديدة إنها تركيبة خاصة من اختراعي رائع سيد سيدريك أنت تعلم أن جريسو والذي يحب الأشياء المعقدة دائما نعم نعم أعرف ذلك جيدا حسنا يا عزيزي جريسو إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء والآن قد انتهيت من زراعة البذور آمل أن نحصل على شيء من كل اختراعاتك هذه أعمل هذا يا أبي ولكن هناك أخطاء عديدة العشاب الضر الحشرات الطيور المبيدات البرد سأحمي أنا أعملك يا ولد انظر سأحمق هذه العشاب أيضا لا لا يا أبي أنت تعلم أنني لا أريد استمال النيران حسنا لا تغضر لا تغضر سأفعل كم اتشاه هنا يا حشرات لأن تؤدي أحد بعد الآن يا أبي ليس من الضروري أن تعمل كل هذا بجيج مبيد الحشرات يكفي انتظر سأريك شيئا ما رأيك بهذه الفزاعة يا ولد عملتها لك ولكن يا أبي لماذا وضعت قبعة الإطفائية على رأسه لماذا لأنك لن تستخدمها ومن الذي يقول هذا لا تنسى أنني في يوم ما سأصبح رجل إطفاء سأكون رجل إطفاء حسنا حسنا يكفي هذا إن ابن العزيز هذا موسوس بفكرة الإطفائية آه ما أجمل هذا من كان يعتقد بأنه في يوم ما ستصبح هذه السحراء القاحلة جنة خضراء هذا عمل رائع آه كنت واثقا بأن عزيزنا جريسو سوف ينجح اتبعاني سأريكم الأصناف الجديدة التي أنتجتها أترى إذا قمنا باللقاح التهجيني ما بين نبات القطن وهذا النبات فنحصل على القطن الملون وسنتخلص من جميع العمليات الصناعية للتلوين إنها جاهزة للغزل والنسيج رائع؟ رائع رائع فعلا رائع أقدم هذا اللقاح التهجيني ما بين قصب السكر والشاي يعاد الذي منه كما تلاحظين وبهذا سنحصل على الشاي المحلة تزواقي آه لذيذ جدا أما أنت سيد سيد سيدري أهدي إليك هذا اللقاح التهجيني ما بين القمح والسان عبار أبي أبي ماذا فعلت؟ معذرة لم أركو من أسف لاحظ يا سيدي أن شجر القمح ينتج حبوبا كل واحدة منها واثنه وطان وكذلك فإن سيقان الأشجار تنتج قطبانا من الخشاب عجيب والآن لاحظ نبثة الفطر التي تنمو بنفس سرعة نمو الفطر آه ولكن أين؟ لا أرى شيئا انتظر حتى أسقي الطربة سيد سيدري هل أصبت بأذى؟ لا لا أبدا إنه عمل رائع يستحق أن يعرض على الجمعية الوطنية للزراعة بالتأكيد يا عزيزتي سوف أحدث المسؤولين عن ذلك شكرا شكرا ولكن يجب أن تروا أيضا الأصناف الأخرى التي اخترعها تفضلوا اسم يا فوم أعترف لك بأنني متخوف من كل هذا من ماذا يا سيد؟ أخشى يا فوم من أن هذه الأجواء تثير جريسو أخشى يا فوم على جريسو من أن يطلق اللهف لم يخطر ذلك بذلك يجب أن ننتبه وإلا سوف نخاطر بأن يذهب كل هذا العمل هباء بسبب لحظة عدم انتباع منها لا تقلق يا سيد سيدريك أنا سأرقبه والآن يا سيدي أرجو أن تلاحظ الجزر المتسلقة والناتجة من اللقاح تهجيني بين نبتة الجزر وهذه النبتة لتفهيل عملية جني الجزر آه يا لها من فكرة رائعة إذا تكرنتم حضراتكم وتبعتموني سأريكم نبتتي البطاطا والزيتون حبت البطاطا هذه مشربة بزيت الزيتون ويمكن أن توضع مباشرة في المقلال القالي دون إضافة أي شيء ما رأيكم؟ إليكم لقاح تهجيني بين نبتة الصبار وشجرة الصامة هذا صحيح جداً يا لك من عبقري شكراً ولكن يجب أن تعلم أنه من كل ورقة تستطيع عملنا لحزاء مرن وضد الماء أهذا واضح لك؟ إنه مزود بأشواك لتركيب السريع ندهش أنت عبقري يا عزيزي جريسو دعني أرى هذه من فضلك شكراً سيدي شكراً لكم شكراً رقبه يا فوم رقبه أرجوك لك دعه يا الفعل إطمئن يا سيد سيدريك إطمئن سيداتي سادتي بعد كل ما شاهدنا إنه لواجب علينا تقديم إعجابنا لا متناهي لهذا الشاب العبقري الذي لا أتوانى بتسميته أكبر عالم للنبات في العصر الحديث جريسو يا حذر يا ولدي أنت انفعي يا حذر ماذا أنفعان لقد تعلمت السيطرة على نفسي لطقنا والشيء الذي أود أن تلاحظوه أيها السادة هو التواضع اللطيف الذي يتحلى به هذا العبقري جريسو والذي نفخر به جميعاً عبارات جميلة حقاً ونحن إذن الحني أمام إبداعيه العلمي وقوته التي تضعه بجدارة بين عامل الخير للإنسانية هذا شيء متير للمشاعر حقاً وعلينا أن لا ننسى أباه فوم الذي علم كيف يبرز الصفات الطبيعية والرفيعة لابنه قائداً بالمثل والتسجيع اليومي هذا كثير 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 وإليه أيضاً نواجه شكرنا لأنه قدم لنا في ولده إجريسو العقل المفكر في مجال علم النباتات كما تشاهدون أمامكم يا سادة شكراً 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 كما أنت على الذي كنت قد وثقت من مساعدتك ماذا فعلت ماذا فعلت أمك يا سيد سدريك ماظرة إجريسو ماظرة لا بأس يا أبي أقولت لسيد سدريك سأراقبك من نفسي يا للعيب يا للعيب يا للعيب أبي أبي أرجوك لا تقول هذا لكن هتطفع بلاك هتطفع استقبلاك ولكن يا أبي لا تفعل هكذا يا للتبك كالم الممكنها تكون أكبر عالم نبات عالم نبات عالم نبات كباب ذوراً وجذوراً أنا أريد فقط أن أصبح رجل إطفاء وسيأتي ذلك اليوم سيأتي بالتأكيد سأصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء حتماً سأصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء من المياه أنه كبوس حقيقي أتخيال الروماتيزم على ذيلي ألا استطيع أن أعرف من الذي ماء هذا غير معقول وهذا ما هو ضباب؟ لكننا لن نرى الضباب هنا أبداً لعلي لازلت أحنق انظر ما أجمله ما أجمله ولكن الماء في كل مكان بيتنا مليء بالماء في خارج ضباب كثيف لابد أنه كبوس حقيقي لا يا أبي إنها فعلاً مياه إذن ابتعد من هنا لهبة واحدة وأجفف كل هذه المياه من بيتي توقف ستجعلها تتبخر وبذلك ستملأ البيت بالضباب أنت على حق لكننا لن نستطيع أن نرتاح أقدامنا في الماء لو أعرف من أين تأتي كل هذه المياه تبذل أي يا أهلا البيت إننا هنا تفضل صباح الخير يا عزيزي فوم كيف حالك؟ كيف تريد أن يكون حالي؟ إننا غارقون وسوف أعاني من الروماتيزم ولكن ما تبقى ليس على ما يرام أريد أن أعرف من أين تأتي كل هذه المياه؟ حسناً يا فوم يمكنني أن أشرح لك ذلك ليس بعيداً عن واد التنين بدأوا يبنون سداً كبيراً لتقوية إنتاج الطاقة الكهربائية وما شأني أنا بهذه الطاقة الكهربائية المركزية لتدمرني له شأن ببناء السد يا فوم فقد حولوا مجرى النهر وجعلوه الآن يجري في واد التنين وكذلك في بيتكم أيضاً هل فهمت ما أعنيه يا فوم؟ ماذا؟ حولوا مجرى النهر وجعلوه يمر من بيتي سأريهم أنا كيف يتحدونني بهذا الشكل ناري كفيرة بهم سأريك أبي إهدى أرجوك لا تنفعل هكذا أرجوك عزيزي فوم حاول أن تهدأ إنها حالة مؤقتة بعد بضعة أسابيع سيعود كل شيء إلى طبيعته وأثناء ذلك سأصاب بالأمراض وأنظروا إلى بحيرات القطران وقد تحولت إلى حمام بخاري هناك حل ما يا عزيزي فوم هذا الصباح استلمت هذه الرسالة إنها لك تفضل إقرأ حضرة السيد المبجل فوم نرغب باستضافتك في باريس في مكاتبنا حيث نستطيع أن نناقش أمراً هاماً يخصك مباشرةً في العمل سيدي هذا يعني أن مسألة المائلة تحل أجريسو صحيح ولكن إذا ذهبنا هناك عندما نعود مشكلة المياه ستكون قد انتهت وبيتنا سيكون قد جفى يا أبي نستطيع أن نقوم بالرحلة صحيح لم يفكر بذلك ولا تنسى أننا بحاجة إلى هذه الرحلة من أجل عملاً كبير اسمع قليلاً صورة التنين قادف اللهم ستكون في كل مكان في الصفر في السينما بالتلفزيون ستكون أكبر أمور عمراتي أنا التنين المشهور أنا التنين المشهور ولكنهم لم يوجد في العالم صورة التنين مشهورة في العالم يا ولد وأنت تقول بأنهم لم يذكروا ما يريدون يا لعل في بركان بالإضافة إلى أنك رجل إصفاء فأنت لا تستوعب بسهولة ولكن يا أبي كنت أريد أن أقول غير مهم من هذا سنرحل الآن إلى باريس أعمل أن لا تضع نفتك في مأزة معك حق من الأفضل أن أكون بقربه من يدري رائح جميل جداً ممتاز نستطيع أن نبدأ في الحال لنلحق الآخرين إلى الحقيق هيا دعو ينزل جهزوا المشهد بسرعة تعال يا سيد بوم لترى التجربة عن قرب سأشرح لك الآن ماذا تفعل خذ هذا الكاس من العصير اشربه مرة واحدة وقل اشرب وعيش كتنين اللهب سوف نصنعه نحن بالخدعة هل فهم؟ يسألوني إذا فهم أنا لست بحاجة لشرب تلك العشاء لكي أعيش كتنين وليأخذف اللهب كفى لائماً الآن أين هو العمل الضخم؟ هذا هو العمل الكبير إنك هنا لكي تعمل دعاية لإنتاجنا هذا دعاية لإنتاجكم؟ لا للعاق هذه إهانة أنا تنين وأعمل أعمال الضخم فقط تسمعوني هل تسمع؟ حسناً هذه المرة الأمر يتعلق بعمل كبير فهم؟ تريد أن يعتقد الجميع بأن الله بيعتمد على ذلك؟ أبداً أبداً لقد وقعت على عاقد وإذا لم تحترمه ستتواجه المشاكل والآن لنذهب ونصور عيا عيا لا هذا تهديد سافر أرجوك لا تغضب أبي حيات السنين مليئة بالمفاجآت أنت بالذات لا تشغر مني هؤلاء لا يتركوني أغضف أي لاهب كبن انتظر أبي لدي إحساس ما أنت لم تشرب أبداً شراباً أنت مليئ بالنار وذلك قابل فعلاً للاشتعال أعتقد أنه من الأفضل هل تعتقد بأنني وفي عمري هذا لا أعرف ما الذي أفعله؟ ماذا سيفعل وأن اشتعل؟ سيغضغني فقط بل يدغط التنين جاهز أعسناً لنجرب هيا مع التنين أشعر بشعور غريب لا أعرف لماذا لقد حذرتك يا أبي من كان يعلم بأنه أكلم يسليها دعي الأمر لي أبي أرجوك ها هم رجال الإطفاء أنا قادم بالماء رجال الإطفاء أرغب حاجة إلى عشين أكبر من رجال الإطفاء وأهدر أن تمزح معي بكل كلمة ضخة إنني لا أحب اللعب بالماء أنا لا ألعب بالماء أنا أتدرب فقط لأن يوما سأصبح رجال الإطفاء سأصبح رجال الإطفاء سأصبح رجال الإطفاء هيا أخبرني ما هو الشيء الجميل في هذه المدينة إنها فقط من اسمنت منازل عمرات جسور وبعد ذلك كل سيارات سيارات أنا غير مرتاح هيا أنت ما هذا الأسلوب كيف تصبح لنفسك أحذرك بأنني إذا غضب فسوف أحرق لك هذه السيارة هل فهمت؟ اختفي عن وجهي أبي أرجوك لا تفعل هذا لنبي أفعل ذلك متعمداً هيا لنذهب إلى نهر السين ليس لديهم ذوق أنهم لا يحترمون التنين أغبياء أغبياء انظر هذه الروعة ها هو ما ما دائماً ما حتى لو لم تنطر فهناك النهر إن هذا يغيظ بي من تغضبني مثلك أنت؟ إذا كان الماء يعجبك فأنا لا يعجبني أبداً مجرد التفكير بالماء السبب لي الروم التزني حسناً حسناً بما أن النهر لا يعجبك لنجرب الجبال أبي لنصعد إلى برج إيفل كنت أعرف ذلك كنت أعرف ذلك حتى المصاعد هنا ضيقة كنت أعرف ذلك لماذا؟ لأن فكرة الإبتعاد عن بحيرة القفران سيئة كيف أبتعد عن بيتي؟ دخان؟ إذن هناك نار حين يوجد دخان توجد ما أراد لطيف لنذهب نحن أيضاً قد يكونون بحاجة للمساعدة هيا لطيف منظر رائع إلى الخلف إلى الخلف ابتعدوا إنها عمارة تحترق قد يكون هناك أناساً في خطر لنذهب إلى قائد رجال الإطفاء لابد أنه جحيم في الأعلى هذا حريق هائل المعذرة أود أن ابتعد من هنا إنك تعيقنا هيا بتلك المضخات هيا هل أخرجت من الناسا من العمارة؟ نعم أيها القائد الهب يغلق جميع المنافذ لا يمكن المرور من الأسفل ولا من الأعلى نستطيع أن نحاول بواسطة السلم كيف هذا؟ قل لي لم أفهم شيئاً تستطيعون استخدام الواقع المصنوع من الإسبست الإسبست يحمي من النار وليس من الحرارة يجب أن نجد حلاً معقولاً وإلا سنحرق نحن وهم معاً بالنسبة لمن في الداخل لا سبيل للنجاة لهم لأن الدخان سيصل إليهم وسيخلقهم لا يمكن إنقاذهم أبداً رجال لا يستطيع ولكن التنين من أين أنتم؟ وماذا تفعلون هنا؟ تكلم أنا أريد أن أساعد إذا كان بالإمكان نحن التنين لا نخشى النار ليس لدي شقوق في ذلك نحن لا نريد أن نحرق نحن نريد أن نطع النار ليس جميع التنين يحرقون أنا مثلاً تنين ورجل إطفاء أو بالأصح سأصبح رجل إطفاء اللهب يا كاذي يجمر الطابق الأخير لا أرى كيف تستطيع مساعدتنا لكننا غير قابلين للإشتعال غير قابلين للإشتعال هل يعني ذلك أنك تستطيع افتراق النار دون مشاكل؟ هل تستطيع ذلك حقاً؟ نعم أيها القائد فأستطيع أن أطير أيضاً آه يا بني نحن نرحب بهذا ولكن يجب العمل بسرعة وأن تصغير جداً لنقل من بالداخل أخشى أننا سنضطر للعدول عن هذا الحل نحن إثنان سيكون الأمر صعباً نفس الشيء لا يا لا أعني كريسي عندما أقول إثنان أعني أبي وأنا سيدي أرجوكم ابتعدوا قليلاً أنا أعني في الحقيقة هو شيء آخر لنجرب هذا ما هذه القصة؟ ماذا علي أن أفعل أنا في الداخل؟ شيء بسيط جداً مساعدة رجال الإطفاء يا سلام أنا أساعد رجال الإطفاء إنهم أداء النار هذا مهين لتمين ها؟ علينا أن نرقض ثلاثة أشخاص ثلاثة؟ نعم إنهم محاصرون في الداخل يا لعظة بركان سوف أخرجهم أن أكن عليك أن تقول ذلك فوراً لحظة واحدة ولكن كيف سأخرجهم دون أن تحرقهم النار؟ سأهتم أنا بذلك سوف نقوم بعملية مزدوجة هيا بنا هاي تسمعونني أين أنتم من الأفضل أن لا أصرخ كثيرا وإلا سينهار كل شيء أين أنتم إننا هنا نحن هنا سننجو أخيرا هذا ما يبدو عزيزتي بسرعة دعوا الأقنع المضادة للغاد وضعوا هذا الوقت المطنوع من الإسبست من الإسبست؟ لكن النار في كل مكان لن ننجو لا تضيعوا الوقت سينهار كل شيء هنا بسرعة يا عزيزي لنعمل كما يقول لنا ما هذا الملابس لا تقاوم الحرارة أبدا ابقوا هادئين وافعلوا كما أقول لكم ضعوا الخزاة ولا تتحركوا سأعود حالا أمامك مباشرة يا أبي إنهم جاهزون للنقر حصل جدا سأذهب لإنقاذهم ها أنتم أيها السادة هيا أصعدوا تمستوا جيدا لقد نجحنا أخيرا لقد نجحنا لقد نجحنا لا لا دعي للشكر الكثير تنين 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 وآخيرا قليل من الاحترام والتقدير من هؤلاء الناس أعتقدك أنني تنين مهم ورائع لم لا وأنا أمترئ باللهب يعيش رجال الإطلاق ماذا أسمع هذه أنا يا لالف بركان من الذي تجرأ أين هو أين هو لكي أجعله رمادات اهدأ يا أبي إنهم لا يتكلمون أبي جد لا أحد يطلب منك أن تعمل كرجل إطفاء لأن تنين واحدا يكفي كرجل إطفاء في العائلة أوه لا نعم طبعا رجل إطفاء رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء انظري جميل أليس كذلك ما رأيك أن أقوم بجولة في القارب يا كريسي استمعوا هنا السرقة الخامسة خلال الشهر قامت بها عصابة قاذفة اللهب قاذفة اللهب تدعى هكذا لأنهم يفتحون الخزائن الفولاذية بواسطة لهب الأكسجين القوي هذا مخجل الشرطة غير قادرة على إمساكها إنهم خبيثون جدا وشريرون جدا يا لهم من مجرمين دعونا من ذلك لنذهب لنرى مصنع الفولاذ هي سنجب أن نذهب إلى حديقة الأسماك يا أبي حديقة الأسماك التعسى سنتب إلى مصنع الفولاذ لرؤية النار أهل من المعقول أنك تنشرح فقط عندما ترى النار أبي أنا عن شرحك ما يعجبني وأنني أمنعك من تحكير هذا النهار بذكرك المتكرر للماء انتهينا الآن ألديك نار نار تطلب مني أنا نار هل تسخر مني هذا أزعجتك لا شيء مدهج ولكن من الأفضل لو ها هي النار سأشرح لك الأمر لو نفقت بقوة أكبر لأحرقت سفينة أنا لا أستخدم ناري لأشياء مضرة بسحة وتطلب نارا منا هذا مدهش سأخبر الأصدقاء بالهاتف انتظروني آه ماذا جراله أطفئ تلك النار لسنا بحاجة إليها بعد الآن هل جنين هذه أكبر قادفة لعب يمكن أن تخدمنا ولكن لا تكفي لحاجتنا تماما حاول أن تقطع تلك الدبابة لاختراق ذلك تحتاج إلى بازوكا بالضبط بازوكا لدي ما هو أقوى بألف مرة من البازوكا سيدي لا تتعرقوا وستراون أنت أيها الصغير أعطني نارا مرة أخرى لم تسمح وأنت أيها الكبير ماذا يمكنك أن تفعل وماذا تعني ماذا يمكنك أن تفعل هل تظنني بهلوانا في السرق نحن التنين نستعمل النار للأعمال الضخفة المفيدة فقط اختفي وإلا شويتك على نار هادئ حتى العظ تنين العزيز ماذا تقول أنا قلت لأصدقائي بأنك أقوى من قذبة اللهب على الأفسجين ولكنهم لا يصدقون ذلك أصحيح أنكم لا تصدقون قولوا ذلك أمامه طبعا أنا لا أصدق آه لا تصدقوني إذن ما رأيكم بهذه انظر انظر هذا التنين يمكن أن يحرق أي شيء نريده يا سادة وهل سيوافق إنه شخص متقلب جدا لا إنه فقط شكاك بالكلام الحلو تمتلكه انتظروا قليلا حسنا أيها صديق ولكن هذا بالنسبة لك أمر بسيط هل تستطيعوا أن تخترق تلك الدبابة أنتم لا تستوعبون بسرعة راقبوني جيدا هذا تماما ما نحن بحاجة إليه حسنا حسنا حتى الآن ربيحتان ولكن هناك شيء لن تستطيع أن تخترقه أبدا وإن هو هذا الشيء إنه بعيد قليلا يا عزيزي علينا أن ننظم الأمور أولا عليك أن تأتي إلى هذا العنوان طبعا إذا قبلت التحدي يمكنك أن تكون متأكدا من هذا وسنرى من يضحك أخيرا لا تسرع يا صديقي عليك أن تربح أولا هذه الرحلة إلى باريس بدأت تعجبني يا ولد أبي هل ستفعل ذلك حقا طبعا سأفعل لأنهم يشككون في قوة التنين يا ولد ولكنني أظن أنك ستقع في مشاكل صدقني مشاكل هل تذكر أنني خسرت في حياتي أي تحدي لا أعتقد أنها عملية تحدي إنهم يريدون استخدامك كقاذفة لهب قوية قد يكونون هم تلك العصابة أعتقد أنني سمعتهم يتحدثون عن بنك ما يا أبي ما يا لعلف بركان هل ستضحك علي سأؤدمهم توقف أبي لدي فكرة أفضل افعل وكأنك لا تعلم شيئا عن خططهم وأثناء ذلك أنا أخبر الشرطة سنكون بغرفة البنك المصفحة وعند حضور أسراد العصابة سيلقون الشرطة بدل الذهب هذه فكرة رائعة يا بناي النار المنتقمة أعتقد بأننا سنتسل قليلا لطيف صحيح النار المنتقمة يا أبي سيكون مزاحا جميلا قل لي إلى أين نسير هكذا إننا الآن في دهاليز المدينة لم تختاروا كان الأفضل انظروا أين أقضي العطلة الصيفية في دهاليز المدينة والآن ها قد وصلنا هنا توجد الغرفة المصفحة لنتان هيا إلى العمل حسنا أيها التنين أصغي إلي الآن أترى هذا السقط؟ بل فتلك الحجارة هناك طبقة من البولاد لا يمكن لأي قادفة لهب أن تخترقها هيا يا فهم أرنا مهرتك تقفل في لهب الهارب سوف ألبي طلبكم حالا إنها لحظة المنفاجأة تنظروا أعتقد أني خفزت لأن لقفزت عليكم ماذا هذا يا ماذا هذا يا لقد حصرناهم أيها القائد لن يهربوا منا عملين ممتاز يا فهم اتفقنا أن تنزل الشرطة وليس الماء ولا رأسي آه نعم ولكن حدث بعض التغيير تذكرت بأنه من الممكن أن لهبك قد يشويهم لذلك ملأنا الغرفة بالماء بالماء الماء لن يطرموني لدي حساسية من الماء ولكن يا أبي النار لن أجيب كل تنين أنا أحب الماء سأصبح رجل إطفاء سأكون رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء رجل إطفاء نعم إنه رائع يبدو كأننا في كوكب آخر أها كريسي؟ طبعا كوكب بارد بعد قليل سنكون جميعا متجمدين لماذا لا نعود إلى محيرة القطران على الأقل أطفاء صحار هناك هنا لا يوجد سوى الثلج الصقية يا أم أوروبا هذا حدث جميل باريس محاصرة بموجة من الثلج هذا الثلج سيسبب أضرارا كبيرة للأسف تبنى الماء دائما سبب المصائب أبي لا دخل للنائب ذلك الماء يعاني من نتائج الصقية ولذلك يتحول إلى الثلج وكذلك النار عندما لا تسيطر عليها فأنار تستطيع السيطرة عليها دائما ولكن من يستطيع أن يمنع تجمد الماء؟ يا ألف مركاء أنا أعتقد أنه قد حال وقت العودة إلى محيرة القطران الدافئة أعتقد ذلك فعلا بسرعة أركض لنبتعد عن المناطق السكنية الثلجون الذي لا يستطع أن يتحكم بنفسه يشكل خطرا كبيرا بسرعة يا أبي فإن رجحك يزداد سوءا من الأفضل أن أجد مكانا نحتمي فيه هناك تلك الثقيفة لعلها دافئة دافئ يبدو كأنه القطب الشمالي يبدو أنه مهجور منذ زمن فويل على كل إنه أفضل من لا شيء إذا وجدنا قليلا من الحطب نستطيع إشعاله و ألا يا أبي ليس في مكانا مغلق هذا ما كنت أخشى البرد الشديد خطرا بالنسبة لنا نحن تنين كريكسي يلا هذا الدمات بسرعة لنذهب عند أبي حمام علاجي بين اللهب ويختفي الرشحة ولكن انظر ماذا فعل وهل هذا خطأي؟ كل هذا للماء البارد المتجمد حمام علاجي بين اللهب ويختفي الرشحة ولكن انظر ماذا فعل؟ وهل هذا خطأي؟ كل هذا للماء البارد المتجمد أنا أعرف فقط أن هناك حريق ماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل؟ نفعل ما يفعله عند وجود حريق ننتظر رجال الإطفاء هيا أسرعوا بالمضخات ينصفني يا سيدي وأكد لك بأن الأمر حادث عربي للاسف والدي تنين يحب نارا كثيراً حسناً فهم؟ هذه السقيفة كانت ستهدم على أي حال الآن داني أفكر كيف أنهي هذا الحريق نحن جاهزون أيها القائد إلى الأمام المياه لا تأتي يا سيدي تاباً السقيع جمد الماء في الأنابيب القادمة من المحطة المركزية ها 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 هم رجال الإطفاء المتجمدين أود أن أرى كيف سيدبرون أمرهم لا يوجد سبب للضحك إذا لم نغمض النار فستكون كارثة بجوار ثقيفة هناك مخزن ملابس وبجواره مخزن بنزيناً يا أبي يا لألف مركان من الذي كان يقول يمكن سيطرة على النار؟ لا تغضب مني لو كان الماء مثل النار لما تجمد أبداً أبداً هذه مصيبة كبيرة إلا لم نغمض النار فبعد ساعة من الزمن ستحترق المدينة كلها علينا أن نجد حلاً أنا لدي فكرة ما هي؟ سنستعمل النار لإغماد النار وكيف ذلك؟ اسمع بلهب أبي سنذيب الماء في الأنابيب أهذا واضح؟ هل أنت مريب؟ لا أبداً سيدانا فنياً هيا يا أبي اتبعنا أيها القائد نحن ذاهبون حالاً لنهدم الجليد ها ها رجال إطباب حاجة إلى النار هذا موقف لطيف لطيف ها هما الخزانان الرئيسيان اللذان يمدان المدينة بالماء لننزل ليس لدينا وقت لنضيعه ماذا يريدون أن يفعلوا؟ هناك حريق يهدد مخزن الوقوت الماء تجمدت بالأنابيب هذه مصيبة فعلاً وهما يعتقدان أن بإمكانهما إذابة الماء وهذه مصيبة أخرى في البداية دع هذا الخزان يغلي ومن ثم سنسخل الآخات بحيث يصبح الماء بخاراً وقبل أن ينفجر الخزان بلحظة سوف أفتح الصمامات البخار سوف يدخل في الأنابيب ويذيب الجليد بعد ذلك سنفتح الماء الساخن حالاً أهذا واضح؟ أيها القائد أيها القائد نطلب النجدة القائد يتكلم النار وصلت إلى مستودع الخزان يجب أن نعمل شيئاً وإن ننتهينا حول وكذلك نحن هذا يكفي الخزان الثاني الآن أوقف النار أطلق البخار افتح الماء الساخن الماء الماء لقد وصل الماء هذا رائع يعيش رائع 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 رجال الإطفاء ألم تكن النار وهي السبب في حل المشكلة يا ولد؟ نعم لأنها أذابت الماء الذي بدوره يطفع النار ولا تنسمي دخات رجال الإطفاء نعم طوص نحن رجل الإطفاء طوص طوص المترجمAT موسيقى موسيقى أبي أبي تعال وانظر إنه الثلج إنه الثلج أبي أبي يا له من شيء مزعج بقي علينا الثلج أبي أبي لو ترى كم هو جميل رائع لتزلج ويجلب الرموتزم تعال يا أبي هيا لنلعب الثلج علينا نقوم بواجبك أبي أنا قادم عفوا يا أبي لم أقفت فعل هذا أرجو ذلك انظر يا أبي انظر ما أروع المشهد لا شيء أجمل من هذا في العالم نهر من الله بالمتوقد والمندفع من بركان هائج أجمل بكثير إن ذلك المشهد والذي يفرع القلوب ويشعرها ولكن يا أبي أنت لست شاعريا على الإطلاق وإني أفتخر بذلك هيا هيا نظف المدخل من هذا الثلج البشع ماذا سيفهم هذا الولد ماذا سيأفهم لم يبقى علينا إلا الثلج أبي طيب طيبا جدا ولكنه تنين سأبدأ العمل الثلج رائع رائع ثلج رائع ثلج رائع صباح الخير جريسو أنت تتمتع بعملك ليس كذلك صباح الخير سيدي صباح الخير سأنتظركما في البيت لنأكل شيئا من الكعك معا يا أعزائي شكرا قبلنا الدعوة سوف نأتي حتما أنا أحب الكعك سوف نأتي حتما لي جريسو ماذا تفعل يا بني ألا ترى إنني أفعد الثلج ألا تعتقد بأنك ستتعب أقل لو أنك تصرع بلهبة جميلة هذا ما أقصد أنا أيضا وإلا ما هي الفائدة من كونك تنين لا 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 يجب ألا تطلبوا مني ذلك عليكم أن تعلموا بما أنني سوف أصبح رجل إطفاء فقد أطفاء طوالي الأبد كل الله بالمشتعل في صدري يا إذا هي إنه يبدأ بنفس القصة المعتادة لكن يا جريسو ألا تعتقد أنك تبالغ لا سيدي رجل إطفاء المستقبل يلتوي ولكن لا ينكسر أبدا لا تكون غبيا سأفعل ذلك أنا أقد انصار الثلج ولا نستمع علي جيدا على الأقل لا تكلمني عن رجال الإطفاء أبدا بعد الآن ولا تقول إنهم أفضلوا من التنين في أي حال من الأحوال أتفهم ذلك؟ واضح؟ ولكن يا أبي يجب أن نتطور كفا كفا اقنا نفسك بأنك تنين لمرة واحدة فقط على الأقل لن تستطيع أن تعمل كرجل إطفاء أبدا واضح اهدأ يا عزيزي فوم اهدأ فغدا عندنا مناسبة سعيدة معك حق يا سيد إنه لمن الغباء تخريب هذه المناسبة الجميلة لأجل أمور تافهة ولكني سأعمل كرجل إطفاء وداعا يا أعزائي إلى اللقاء غدا إلى اللقاء سيد سيدريك سيدريك لقد وصل عزيزو ماكريسوف المواد المحدد تماما يا له من تنين طيب أشوف رائحة حريق يا سيدريك رائحة حريق من يعرف إذا كان هذا الكريستال سيعجب عائلة ماكي التنين أرجو أن يتوافق مع أتا في بيتهم من يعلم لكن ما هذه الضباء إنهم رجال الإطفاء إلى أين يذهبون لقد علقنا في الثلج تحتاجون مساعدة؟ تأتي دائما في الوقت المناسب يا فوم هل تستطيعوا أن تدفعنا؟ كيف لا إلى أين تذهبون؟ إلى بيت السيد سيدريك إن بيته يحترق ماذا؟ بيت السيد سيدريك لابد أن أقريس هو السوق كالعادة كفا؟ شكرا؟ شكرا؟ ساتي معكم قد مساعدكم شكرا يا فوم هذا لطف منك لا تخافي روينا رجال الإطفاء قادمون تبا للنار تبا للنار ليس لدي مع لإطفائها جريسو جريسو امتعد أنت أيضا لا تهتم بشأني أنجو بنفسك يا إلهي والآن ماذا أفعل؟ المجداء المجداء أنقذ زوجي نونك المجداء المجداء أبقى مكانك سيد سيدريك أنا قادم أنا هنا سيد سيدريك بسرعة افتحوا الماء سيدي المياه متجمدة اوه متجمدة جريسو كان السبب؟ كلا كلا بالعكس المسكين جريسو ما زال بالداخل أنقذوه أنقذوه سيحترقوا بالتأكيد سوم لا تقلقي إنه ضد النار إنه تنين قوي لا يحترق أبدا سيدتي وأنتم لماذا لا تفعلون شيئا إن الخراطيم متجمدة تماما فهم؟ هذا كل ما في الأمر سأذيبها في الحال ابتعدوا ابتعدوا بدأ الثامن بدأ الثامن المياه تغلي المياه تغلي تغلي أعطني الخرطوم وأبتعد أنا لا أتأثر بالحروق أطرت غير كافٍ إطلاقا ارفعوا السلالم هيا بسرعة دعوكم من السلالم سأعالجونا الأمر جريسو جريسو أنت بخير؟ نعم يا أبي ولكن أبي يعملك رجل إضاء جريسو لا تكن بليداً أمسك الخرطوم كي يحضر من يساعدنا تحت أمرك سيدي لكن لماذا يضحك؟ لا تتدخل ذي أمور عائلية لتهمك أنتم تعالوا معي هيا هنا شكراً أيها الزميل تعدبنا لست زميلاً لك تفهم؟ تشجعوا يا رجال الإطفاء هيا رفع ذلك يا ولد وأنتم ماذا تفعلون هنا؟ نحاول فتح الباب ابتعدوا ابتعدوا تفضلوا الآن بالدخول شكراً تهانينا يا سيد سيدريك فقد سيطرنا على الحريق شكراً شكراً لكم لا تشكرنا نحن يا سيد سيدريك بل أشكر فهم لو لا هو لح فرق كل شيء لماذا يضحك؟ يا لهم النسكين إنهم منفعل جريسو كف عن ذلك قلت لك كفا كفا عزيزي فهم باسم واسم رجال الإطفاء جميعاً نتقدم إليك بالشكر الجزيل ونلقبك برجل الإطفاء الفخري للبلدة مرحى مرحى ماذا؟ ماذا قل؟ رجل الإطفاء الفخري أنت يا أبي ما هذه الخرافات؟ يريدون تشويها سمعتي ضع هذه القبعة على رأسك يا سيد فهم واستعد لنأخذ لك صورة لنشوها في مجلة الإطفائيين الخاصة كيف تسمح لنفسك؟ إنني تنينة تعرف ذلك أنا أشعل النار لأطفئها ولكن في الحقيقة يا سيد في الحقيقة لا شيء خذ قبعتك هذه واختفي عن وجه هذا شيء جميل أنا أحب هذا ولكن يا فهم السيد لم يكن يريد أن يهينك يعطيني أنا لقب رجلي إطفاء هذه هي إهانة ثم بعدها إهانة إهدأ يا فهم إهدأ أرجوك إهدأ كنت أريد فقط يا سيد أما زلت هنا اذهب إلا سأحرق لك الكرطوم وكل المعداد مرحباً أهلاً أهلاً كيف حالك أغريسو؟ بخير وأنت؟ بخير أشرب القهوة كما ترى لقد أحضرت لك هدايا هدايا؟ لي أنا؟ ممن الهدايا يا ولد؟ لا أصدق وهل تريدني أن أنتك أبي أنظر؟ أنظر لي؟ ما هذا؟ كتاب الجحيم لدانتي رائع يا جريسو رائع يا ولدي رائع ما هذا المنظر يعجبك؟ ها بركان في زوف أنا منفعل 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 علىك وهناك ماذا لدينا هنا؟ آه ثلاثة اسطوانات رقصة النار طائر من النار وذلك الحريق أيضاً إنها موسيقايا المفضلة يا جريسو أنت رائع يا ولدي رائع رائع سأغني سأغني ؟ شكراً يا ولدي شكراً شكراً لك أنا أضع ماذا اسمع؟ فرقة موسيقى الاطفائيين تقدم لك الهدايا شكرا على كل هداياكم ولو بحت اصواتكم لن اكون انا اطفائيا ابدا انهم يحبونك والان ارجو انت راضيهم هيا هيا يا رجال الاطفاء بام 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 اطفائيين صباح الخير يا فوم صباح الخير سيد سيدريك صباح الخير سيدة روينا اخبار من غريسو نعم ماذا لديه من اخبار استمع الى ابي الغالي اشتقت اليكم كثيرا علمتم من الصحف ان اكتشفت معدن لغريسيوم وهو معدن فريد جدا ان عزيزنا غريسو عبقري جدا والان منطلقا من هذا الاكتشاف الهام فقد وجدت فائدة علمية كبيرة منه ويمكن الاستفادة منه في عدة امور سيداتي وسادتي الكلمة الان الى الزميل العبقري غريسو شكرا 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 اذا انطلاقا من البنية الجزئية لغريسيوم فقد لاحظنا ان الذرات لها شحنات متقلبة غريبة وقابلة لتجمع الالتحامي انظروا الشكل يا له من دماغ انه يستحق جائزة نوبل فعلا بعده ولد وترعرع في بحيرة من القطران من كان يتوقع ان تمينا كهذا يكون عبقريا واستطعنا بذلك اختراع اشعة ذات قوة مهدئة اليس هذا رائعا المعديرة لدي سؤال لو سمحتم هل هذا يعني بان جزئات الهواء المنطلقة مع الاجريسيوم لها تأثير على الجهاز العصبي هل هو مثل استشاق بابونج البابونج ليس شيئا بالمقارنة اعزائي بواسطة هذا الاكتشاف يمكن ازالة التوتر والعدوانية التي يعاني منها اي مخلوق حي في هذا الكون وسأثبت هذا غير معقول هل لديك برهان على ذلك اكيد لاحظوا الان هذه الحيوانات انها متوترة ومنفعلة انظروه وبواسطة هذا الجهاز التجريبي نشبع البيئة التي تتنفس فيها هذه الحيوانات بعد هذا العرض اعزائي يمكنكم معرفة ما هي الفوائد التي سوف يستمدها المجتمع الانساني ومن اعلم اعتقد ان زمن الحب والسلام في طريقه الينا وبعد ابي اهديك قبلة كبيرة وتحياتي الحارة الى السيدة روينة والسيد سيدريك المشتاق هذا لطف منها انا فخورة به اصدقائي اذه فرصة يجب ان لا نضيعها اختراع غريسو سوف يؤدي الى تغيرات كبيرة انه يستحق اهتمامنا ودعمنا سيدي اتفاقنا ولكن يجب ان نجد المكان الذي ندشن فيه هذا الجهاز ولما ذلك لا نستطيع تجربتها هنا لا 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 انصحوا بذلك الان الاجريسيوم عنصر غير ثابت سيدي ولا احد يضمن ان استعماله بكميات كبيرة لا يؤدي الى الانفجار يعني العجب هو مثل قنبلة ذرية بالطبط سيدي لذلك التجربة الاولى يجب ان تكون بعيدة عن الاماكن المسكونة والمأهولة بالسكان واد التنين هذا مثلا مكان منعزل وبري فلو حدث انفجار لقدر الله لن نخسر شيئا هل اوضحت هذا لكم ايها السادة ولكن لحظة واحدة هناك يعيش هاليد جريسو لا اريد ان تزعجه باختراع ولدها كلا كلا اترك الامر لنا سيدي و جريسو ماذا سيقول لا شيء لاننا لن نعلمه بالامر ابدا نصرح بان العملية في غاية السرية ثم نحتجز جريسو الى نهاية التجربة اوه حسنا اوه اسرع بالعمل علي بالرحيل ولكن لماذا لانه سوف تقام هنا تجربة العلمية في غاية الاهمية انظر معي هنا هذا امر الحكومي المصدق انا لنأخذ هذا الامر منكم بالاعتبار لتعملوا التجارب رعيدا عن هنا يا سيد فوم لا تقول هذا لذا تحرك من هنا سيد فوم هل قررت ان تضر بمصلحة ابنك العلمية اضر ابن جريسو وكيف يكون ذلك اذا اعلم ليس لي خيار فعلا هذا هو المكان الوحيد في المنطقة الذي نستطيع فيه تجربة ذلك الاختراع الرائع والذي سوف يجعل من ابنك اشهر مخترع في هذا القرن يا سيد فوم اعتقد انك لن تكون سببا بتحطيه مستقبل ابنك فوم اه كان عليكم اخباري بذلك وهذا يقول جريسو ولا يعلم شيئا لاننا لا نريد ازعاجه في دراساته اتفهم افهم افهم ذلك وان ذهبت انا من هنا اين استطيع ان اعيش كتنين هذا لا يعهمنا ابدا انها مشكلاتك وماذا يعمل سنين هناك اسبع يا فوم لا يوجد لدي ما اقوله لك اولا تفهم موقفنا نعم نعم سوضحي بنفسي من اجل ولدي جريسو الحبيب اوه رحى لذلك البلد اخيرا الى العمل حسنا قم بعمل هذا تعديلي على مسارع الزرات المحيدة وبعد أن تنهي العمل أخبرني سأفعل سيدي كيف العمل يجريسه إلى أين وصلنا؟ نحن جاهزون حسنا ولكني أراك مرهقا استرح بعض الوقت أنا بحاجة لهذا اذهب إذن قليل من الشمس والهواء الطالق سيكون له معدر جيد على صحاتك جريسه سأتبع نصيحتك إلى اللقاء إلى اللقاء جريسه هاي فام إليك بحمولة جديدة لتحرقها أنت لا تتعرف رغم كل الأشغال لم أحصل سوى على هذه التبا لهم أحراق النفايات ليس هناك احترام للتدين ولا تجريسه ما أغباني إلى هذه المنطقة بذاتة تيت لأقوم بمشوار صحي ولكن عندما أنتهي من هذه التجربة النهائية سأذهب عند أبي إلى وادين الجميل ها؟ من هو هذا؟ أبي؟ هذا غير ممكن أبدا بل إنه هو أبي أبي بل ناديني أهلا أبي أبي ماذا تفعل؟ لا شيء لا شيء كنت مرة من هنا في فريطي إليك واتهيت إلى هنا يا ورد يا حبيبي كيف حالك؟ أراك نحيلا أبي نحيلا أنا ماذا تقول أنا على أحسن يا حال هيا يا فام قم بإحراق هذه النفايات أيضا ماذا يقول هذا؟ لا أعلم أنا لا أعرف ماذا أعلم؟ إحلر فإن المسؤول سيأتي قبل المساء ليراقب العمل لكن أبي ماذا حدث؟ أنت أنت تخفي عني شيئا أخفي؟ أنا لا أخفي عنك شيئا يا ولدي بذات أفهم أفهم هذا غير معقول أخبرني يا أبي من الذي قام بطردك من الوادي ما طرود لا 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 يا جريسو أنا الذي ذهبته برغبتي طبعا أبي أجبني من قام بطردك وماذا قالوا لك؟ أه جريسو دعني تواني وأعلم أن والدك حر التصرف فيما يعمل وفيما لا يعمل لا تتحرك حتى أعود انتظرني أبا جريسو لا تحرشني عوضي لهنا جريسو إنني يهنيكم على السرعة التي أنهيتم بها خطتي من قلل إلى قلل نعمل ونعمل أكثر اخفض صوتك لألا يسمع على أحد حسنا لندخل إلى الداخل إذن سأريكم لقد طردتم أبي كي تقوموا بتجربة اختراعي وتكفون عني كل شيء ها 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 هم هذا هو هذا هو هذا هو السلاح المتكامل الذي سيعطينا القوة والنصر هذا هو مرحى مرحى السلاح المتكامل القوة الدمار بهذا الجهاز سوف نصبح الأقوياء في العالم يا سادة بوسطة هذا الاختراع سوف نجعل من جميع الرجال خرافا ضعيفا تحت تصرفنا ونفقل ما نريد أه أجل سوف ندبر الجميع سيكون العالم من كلنا سنكون سادة العالم يا سادة ما هذا سوف يكتب اسمي في التاريخ كمقترع لسلاح المخيف أبدا 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 ودعا عن أيتها الآلة أنا اخترعتك وأنا سأحرقك ماذا يحدث؟ أعتقد أن الجريسيوم قد بدأ بالتفاعل لأنهم يستطيع أن نلزع الحمد للغاية الآن إلى الخارج بعيدا عن هذا العالم الزيق أسرعوا أسرعوا أيها الأبطال هذا عمل رائع أبي 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 لنذهب لنعود إلى البيت ولكني لا أريد أن أقف في طريق مستقبلك هيا يا أبي ما همية هذا لكنك تعمل هذا من أجلي أنا أنا سعيد هنا يا ولدي الحبيب لا يا أبي لقد عرفت أنني لا أستطيع أن أخون موهبتك رجل إطفاء فهم؟ جريسو جريسو كان عليك الاستمرار في عملك كعالم ذري لأنك ستخدم البشرية يا ولدي أرجوك سأعملك رجل إطفاء وإذا لم يكن لديهم شواغر ماذا ستفعل؟ سوف أنتظر رجال الإطفاء لا يحصلون على جوائز قيمة فكر بالأمر يا ولد الجوائز ليست كل شيء إذا فكر بالأشياء المفيدة يا بني هو بالأشياء الضالة يا أبي رجال الإطفاء لن يمروا بهذه التجربة أوه هو الزيت تنصبحوا رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء إذا فكر بالأمر رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء نلقى جريسو انتبه ولا تضع نفسك في مأزق نلقى اوه سيدريك انظر من هو قادم اوه لا ذلك الطيب جريسو لابد انه قادم ليطلب مني المساعدة في امر ما صباح الخير سيدتي صباح الخير سيدي هل ازعجتكم ماذا تقول يا جريسو انت لا تزعجنا ابدا انت تعلم انك مدلل عندنا شكرا شكرا عزيزي جريسو قبل ان تقول اي شيء اعلم انه لا يوجد اي امكانية للدخول الى قسم رجال الاطفاء اوه لا انا الذي كنت اعمل كثيرا ترى ماذا علي ان افعل اوه عزيزي لماذا لا تفكر مثلا انت عملك خادم اهي مهنة مفيدة كمهنة رجل الاطفاء جريسو الخادم هو مسؤول عن رعاية البيت عليه تعتمد صحة وسلامة جميع افراد اصحاب المنزل حسنا لم افكر بهذا اهو عمل صعب كلا ليس بالنسبة لشاب ذكي مثلك حسنا ماذا علي ان افعل كبداية مثلا احرق تلك الكومة من الاوراق الجافة الموجودة هناك هيا حاضر هل لا اعطيتني عدان ثقاب هذه طرفة تريد ايدان ثقاب بينما انت نفسك قاذب للهب كلا يا سيدي لقد قررت ان لا استعمل نار المشتعلة في صدري ابدا انا لا اخالفك الرأي في الحقيقة اذا استعمل اللهب الرهيب لاغراض متوحشة تكون شيئا قبيحا للغاية اما استخدامه لأعمال مفيدة يجعلك تستحق التصفيق والثناء يا عزيزي جريسو نعم اذا كانت هذه وجهة النظر كن حذرا جدا اني انبهك اطمئني رائعي جريسو احسنت عملا والان قم باحراق القمامة حاضر سيدتي انا جاهد انتبه يا صغيري وجه اللهب جيدا بعيدا عن البناء لقد فعلت اكثر ما بوسعك رائع شكرا لك يكون صريحا معك ان الان يا عزيزي يمكنك تسخين ماء الخزاني ايضا ولكن انتبه جيدا نظم اللهب على درجة حرارة اربعين مئوية سوف احاول ولكنه صعبا جدا ممتاز جريسو والان خذه الى المطبخ حاضر سيدي اه تذكرت جريسو كنت انسى ان اقول لك ان تستخدم نارك بمتهى الانتباه عندما تقوم بطهو الطعام هل فانت يا عزيزي جريسو ولكن معذرة اليس لديك غاز كلا لكوني اعرف مهارتك فقد فسخت العقدة مع الشركة التي توفر لنا الغاز حسنا ولكن احذرك بانه من الصعب جدا تنظيم ناري عزيزي جريسو نحن نعرفك جيدا نحن واتقون بانك ستقوم بعملك على اكمل واجه هيا يا سيدرك لنذهبنا فلان يا جريسو كيف العمل اراك مكتعبا بعض الشاي اه يا عزيزي انه لصعب جدا ان انظم النار يكفي قليلا من عدم الانتباه لترى رماد المطبخ بدلا من بيضة مقلية اليس كذلك يا سوفي نعم افهم ذلك انه لامر صعب حقا جريسو 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 سيدي عزيزي جريسو يجب عليك الانتباه لقد استعملت نارا قوية جدا وقد احرقت اللحم اه انا اسف ولكن يجب ان تعلم انني قد انفعلت اثناء الطبخ والاذالة اذا يجب عليك ان تكون اكثر حذرا حاضر جريسو احضر لي قليلا من العصير مع كثير من الثالج حالا هل سمعت يا سوفي حادث يمكن ان يحصل لاي انسان على كل تشجع لا ترتبك بسبب اشياء بسيطة الى اللقاء الى اللقاء يدعوها اشياء بسيطة قطع سلج هذه التساقط ماذا افعل الان ها يا الهي لقد حطنت سلاجة جريسو متى يصل العصير الماذرة سيدي لقد تعطلت سلاجة ولا يوجد ثلج اوه ما هذا جريسو اطلب الثلج بالهاتف من الموزع ايا 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 ها قد وصلت وصلت ثلج ثلج حسنا ادخله الى المطبخ وانا ساغلق العربة حسنا عزيزي جريسو اشكرك على سرعة الوصول يا شكرا على واجد يا له من جو حار اليوم وصلت ها اين الثلج اين الثلج ما كان علي ان افعل هذا يا الهي لقد سهرت كل شحنة الثلج سهر ابا لا يا فريدي اقتنع انا لا احلم ليس حلما انا لا احلم اهدأ وفكر جيدا افتح الشاحنة وخف قطعة اخرى من الثلج هيا فريدي ايا سافتحها اوه نجدة اوه الهي ما هذه الفوضى متى سأتناول كوبا من العصير المثلج ولكن يا سيدي ان كمية الثلج التي في الشاحنة قذبت جميعها اوه ما كل هذا لم اكن اعلم ونطق صحار الى هذا الحد حسنا سوف اشرب شيئا اخر اسمع يا سيدي انا انا اشكرك على ثقتك ولكن اعتقد انه من الافضل اعادة العقد مع الشركة الموازعة للغاز انت تعلم ان نارية تأتي وتذهب وتنظيمها في غاية الصعوبة يمكن انه ملوث الم ترى ماذا حصل للروسو لا تهتم يا جريسو انت تقوم بعملك بشكل جيد عزيزي حسنا سنذهب لنرتاح روينا جريسو انت بهلا نريد اي ازعاج من فضلك اطمئن يا سيدي كيف تسير الامور وكيف تريد ان تسير الامور هذا العمل ليس مناسبا ابدا لي كان علي ان اعمل رجل اطفاء اطبا لا لا فانت مهر جدا بعملك سوفي اخبرني كيف استطع حماية سيد سيدرك من المتطفلين بالتأكيد قبل كل شيء يجب ان تتعرف عليهم يا عزيزي كيف ذلك يجب ان تتعرف عليهم بالاستنتاج السري و بالحس انظر ذلك المتطفل كيف او عامله المسكين من كان هذا انه مندوب عن رابطة حماية الخطط يا جريسو لقد عرفته بالحس ولكن لم اشم رائحة خاصة كلا ولكن يجب ان تتعرف علي بالنظر يا جريسو بالنظر نعم يجب ان تعلم ان كثيرا من المتطفلين المزعجين يحملون دائما حقائب كهذه هالا قد فهمت ولكن الخادم لا يستطيع ان يعضهم في سقانهم طبعا لا قادم الرجل الارستقراطي يجب ان يكون ذا شخصية ينفخ صدره و يقول بصوت قوي سيدي ارجوك ان تخرج في الحال هل فهمت ذلك جريسو حسنا انها طريقة سهلة جدا حسنا الى اللقاء الى اللقاء لقد وصلت هذه المرة على سيد سيدرك ان يكلفني بعملية توزيع النيران بمناسبة حفلة البلدة و الا فان نساء القباط رجلا ومعه حقيبة دون شك انه متطفر انها حرب بيننا يا سيد سيدرك سيدي نعم سيدي عليك ان تبتعد من هنا حالا هذا واضح ابتعد يا ولد انك تضحكني انا اضحكك سيدي اكرر عليك بالخروج من هنا افهمت افهم افهم اغرب عن وجهي هيا سيدي انا لا امزح ما النجدة ساعدوني النجدة ساعدوني مالذي يحدث ساعدوني النجدة احسن امي امي حبيبتي امي ماذا جرى يا جريسو ماذا جرى المعذرة سيدي اردت منه فقط يذهب احسن تصلعا يا جريسو هذا المتطفل يزعجني لقد قدمت لي خدمة بذلك شكرا لك لا 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 كان يجب ان احافظ على هدوء يجب ان لا تصرف هكذا يا عزيزي جريسو في الحقيقة انت تنين مخلص في عملك اقول هذا لاننا انا و سيد سيدريك لنا خبرة طويلة مع الخدم كافا لا اصطيع ان اتحمل اكثر لا اصطيع ان اتحمل اكثر اوه انفر لقد غضب جريسو سادتي دعوا يا ذاب حاولوا ان تفهموا قليلا ولكننا قمنا بمدح عمله دائما تماما لم اكن اريد هذا هيا يا عزيزي لا تغضب لقد فعلت ما بوسعك من جهة اخرى فانت تنين رائع ابي ماذا تصنع انني اجرب وسيلة جديدة لمكافحة العصب الذي يؤلمني كثيرا ويبزق عصبي انك محظوظ اما انا فعل العكس اشعر بقشعريرا انك تسيء لنفسك لانك تلهو طيلة النهار بخرطوم الرش يجب ان تذهب لزيارة عمك بجاز سيشفيك حتما بعلاجه الخاص الذي يحتفظ بسره فهو خبير بعلاج القشعريرا انت على حق ساذهب حالا سأراسلك ها هذا هو عمي انه نائم ساهبط بهدوء كي لا اوقذاه ايها التنين الشخي انا ترى اين تضع قدميك ايها الاحمق صباح الخير عمي انا ابن اخيك ايتسو حبيبي كيف حال اخي اقصد ابيك فوق انه بخير ولكن انا لست على ما يرام ربما كنت بحاجة لاستنجاق بعض الغازات التي عندك لاتخلص من هذه القشعريرا سوف اعالج ذلك يجب ان تأكل من هذه العشبة انها تفيد تفيد؟ طبعا تفيد لم يفسر لك ابوك شيئا فصيلة التنين تشبه مختبر الكيمياء تحرق في المعدة اي شيء وتصنع غازات من هذا الاحتراق يكفي ان تعرف اسم الغاز الذي انت بحاجة اليه وسارشدك الى نوع الاحتراق الذي يشفيك عزيزي هذا رائع ولكن لماذا لا يعرف ابي هذه الطريقة؟ لو درس مثلي لعرفها ولكنه تخصص في اطلاق السنة لها اعرفوا هذا ماذا تفعل بالغازات التي تصنعها؟ انظر الى غلاف المنطاد هذا يكفيني ان اكل مئة كيلو من اشعة الشمس وانا نائم تحتها لأكون احتياطيا كافيا من غاز الهيليوم فانفخ هذا المنطاد فيصبح بحجم جزيرة الكبيرة هذه حقا؟ طبعا فلدي اصدقاء يعملون في مسح الطائرات واثناء فراغهم اويرهم المنطاد لماذا؟ يتصلون بغسله اثناء فراغهم ها هم لقد وصلوا بغاز فلنسرع سنسرع يا دكتور تابع هذا جيدا يا قريسو سيكون درسا مفيدا يكفي ذلك شكرا لك بجهز شكرا لكم جميعا هيا انطلاق هل رأيت هذا العرض يا جريسو انظر الى شاشة الرادار طائرة على ثلاثة الاف متر ارسل القضيفة للضبابية هذا الضباب بفضل رادار المقاوم للضباب سنقبض علي حتما انت عبقري يا سيد رابيناكس اعرف انني عبقري اذهبوا الى عملكم كل منكم الى عمله استعدوا الى عملية اذهبوا مع الريح يا يا الهي ماذا يفعلون عمي لا شيء انهم ينظفون الطائرة ماذا تقول عمي صحيحا هم يمسحونها ولكنهم لا يزيلون الغبار بل كل الغطاء هيا قلت لك انها عملية تنظيف اثناء الطيران وعندما اقول لك ذلك افهم تماما ما اقول ها قد انقشع الضباب تماما يا سيدي واشهروا ان الطائرة اصبحت اخفة مما كانت عليها عند الاقلاع انت على حال ان طائرة السيد بيتردولات ستصل الى قطعنا يا سيدي الرضاة المحظور الى انه يحمل سبائك من الذهب وقت مناسب ارشي القذيفة ضبابية اخرى هذا ليس صحيحا عمي سيعاودنا الكرة الطائرات لا تحظى بالصيانة الكافية وهذا شيء عجيب يبدو ان هناك خطر على الطائرة عمي ارسل خالة للآلة الشافطة ليعد كل واحد منكم الى عمله للبدء بعملية العودة لقد شفطنا بالخطأ احد الكاب الطائرة يا سيدي ماذا سنفعل به اقلب الشافطة وعاد الراكم الى طائرته هيا هل تدركوا يا عمي بانك ستتهموا بالاشتراك معهم شريكم في ماذا انا لا افعل شرا انهم يكتفون بتنظيف الطائرة انهم ليسوا رجال عصابة يا جريسو هناك طائرات اخرى يا الكابتن خبار انصار الى ذا نحيا يوما حافلا بالصبر العجيب ارسلوا قضيفة ضبابية هيا اهلا هذا سيء جدا اهدأ يا جريسو من فضلك لا يا عمي هذا يزيد عن حده لما اتصورك لحوحا هكذا ابدأوا عملية تحقيل الطائرة الثانية بسرعة هيا هيا ها ماذا يفعلون الان لا أستطيع ان اشرح لك انها طريقة جديدة في الغسيل اوه غسيله دماغ هراء ممتاز لقد استرجعنا مئة وخمسين حقبت يد ومئة وثلاثين الساعة ومئة وخمسين قدم سنكمل تقرير عند الهبوط تبدأ وعملية الان عشبه دو هيا هيا ارسلوا الاكسجين ليزول البخار ارسلنا الاكسجين بنعومة سيفكروا قبل الان اه بفترة طويلة لما انا مهكذا هل ابتعد لي اطير في الهواء ها قد عدى اصدقائي من رحلته من جريسو اود ان اكرمك يا عزيزي بيجاز على تعاونك الثمين معنا هل قبلت قليل ما الكبريت تعبيرا عن امتنانها انه تقدير مننا اوه انك لطيف جدا سيساعدني ذلك على الهضم هل رأيت يا جريسو كم هم لطفاء اصدقائي اه لا لن احتمل اكثر من ذلك يجب ان توقف هذا لماذا يعترض الشباب يعترضون دائما على كل شيء ابي ماذا بامكانك ان تفعل توقف قطع الطرق الذين يستغلون عمي اذا سهل يا بني سهم ناري على المنطاد وينتهي كل شيء لا ان الطرق الغير شريفة تحارب بسلاح شريف ايها الغبي ان النار سلاح شريف ان ضميرك اطفائيا في المستقبل لا يسمح لي باستعمال النار مهما تكون الظروف بهذه الحالة عليك ان تكتشف وسيلة اخرى لتتخلص من اللصوص ودعا سانجح بمفردي سادرس كل نوع من انواع الغازات التي يعرفها عمي ها انت ثانية يا جريس واتريد شيئا نعم يا عمي لو طلبت منك عينة من كل نوع من الغازات التي تسمعها هل تعطيني انو القيام بتجارب حديثة واريد ان اكتب رسالتي واحصل على اجازة تنين الغازات طبعا يا ولدي وبكل سرور وهكذا يمكنك ان تتذوق مدى القدرات التي ينعب بها القدر علينا سأعطيك تفاصيل اشهر وصفة عندي عندما تنتهي من اخذ رؤوس الاقلام سننتقن الى التطبيق انتبه جيدا سيد بيغاز القبان يريده سأأتي في الحال تعال معي يا جريسو حسب تعليماتنا فان طائرة من البنك المركزي ستحوم بعد قليل فوق المقاطع يريد منا تنظيفها والان يجب ان تنفق المنتظر بالسرعة يا بيغاز عمي اتسمح لي ان اكون مفيدا واؤمن الغاز هذا لطيف جدا يا جريسو انت على حق ان تفعل مثلي ولكن قفصه صدري صغير جدا ولذا يخشى ان تطول العملية صبرا سيد رابيناكس لماذا انت متعجل هكذا لانني اريد ان اذهب بعد ساعتين بغاز ليس هناك اي سبب للخلق اذا لم يستطع ان يكمل ذلك وحدا انا اساعده عسنا هيا يا جريسو ارنا مروسك ان تفعل ساملأ المنتظر بالغاز وبما انه من الماء الثقيل سيكون ضميرك ادفائيا بامام هل تعبت يا جريسو دعني اساعدك كلا كلا استرح قليلا عمي ساقوم بهذا وحدي ساحاول هذا الصبي يتمتع بقوة هائلة على الرغم من صغر سنه انه مدش لم اقل لك ذلك رابيناكس اللا قد نجحت لا ايجري السورة انا فخور بك يا ابن اخي شكرا جزيلا عمي شكرا لك يا جريسو شكرا لك يا جريسو سنتابع المشهد على جاجة الرادار يا جريسو بكل سرور عمي بكل سرور المركبة الفضائية فوقنا ارشلوا القذيفة الضبابية انها تاجم يا سيدي اطلقوا النار موسيقى 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 دائما هو ان يحرق ويدمر وهذه مهمة مشرفة يا ولد لحظة اننا رياق التدخلات بطريقة غير مباشرة انا لن اتسبب بالحريق ابدا لقد حصل وحده لن اكون سوى رجل اطفاء اطفائي ما هذا يا الهي كان بامكانه ان يكون متخصصا بالغازات كعمه عبثا تحاول عمي ساكون اطفائيا فهمتم؟ هذه نهاية العالم لطف المتعبون ولهم الجاب المتعب متعب سعيد الصحة العظامي ان الم الروماتيزمي استحق كل هذا الاهتمام مني ما عابك يا جريسو انا قلق جدا لماذا؟ منذ اكثر من شهر وانا انتظر جواب قبولي للاطفائية وحتى الان لم يصل لراد ووح عن نفسك يا ولد سوف نزور غدا السيد سيدك ونطلب منه ان يجد لك مكانا في الاطفائية هل تحسنت نفسياتك الان؟ شكرا يا ابي انا احبك احبك او لا عزيزي انا لا اقبل ان احتفل بعيد زواجنا بعيدا عنك سيدريكو اعتذر لصديقك هذا وقل له لديك بروف خاصة معك من قبول دعوته سافعل بكل سرور عزيزتي روينا ولكنك تعلمين مدى الصداقة والاحترام الكبير الذي يربطني بهذا الصديق ورضي دعوته يعتبر تقصيرا وتركك لي في يدي زواجنا الا يعتبر تقصيرا منك ايضا عليك ان تجد حلا سيدريكو ساحاول سيد سيدريكو عندنا زوار مرحبا سيد سيدريكو اعمل ان لنكون قد ازعجناك ابدا يا عزيزي فوم ابدا اهلا وسهلا تفضلوا انا سعيد بلقائك اذا جريسو يريد ان يصبح اطفائيا منذ طفولتي حتى ولو كان ذلك في الصين ارجو ان تكون فهمتني قلت الصين هذا امر جميل عزيزي جريسو سارسلك الى الصين ولكن بمهمة شخصية انا لا استطيع الذهاب ارجوك يا عزيزي ان تقوم بهذه المهمة بدلا عني طبعا انت موافق ما رأيك يا عزيزتي ذكرة رائعة يجب ان تعلم اولا يا جريسو ان صديقي هذا قد دعاني بمناسبة اعتفال الصين بعيدها القومي انهم يحتفلون في هذه الذكرى لمدة ثلاثة ايام ويطلقون الالعاب النارية هذه الالعاب النارية ليست خطيرة لا على العكس تماما ان الخطر الذي ينجم عن هذه الالعاب لا يستهان به خصوصا في بلد البيوته من القش وورق النعناع اعتقد انهم محتاطون ويوجد معهم عدد من الاطفائيين عن اي اطفائيين تتكلم لا يوجد اطفائيون الصينيون قدريون ويؤمنون بالقضاء والقدر جريسو وهم على حق لانهم يعتمدون فقط على مياه الامطار هذا لا يجوز لا يجوز ابدا صدقني كما اقول لك هذه بطاقة الدعوة ستجلس من مجيبها الى جانب صديقي في الاحتفالات الرسمية انه لشرف كبير لي حقا بان اسلم على التنين تقول الامثال عندنا بان التنين يعمل معه الحظ الجيد كنت اجهل ذلك سيد ولكن اعرف ان احمل معي تحيات سيد سيدرك يعني الشرف الكبير انت ضيفنا المميز ويعود لك الشرف في اطلاق اولى الالعاب النارية بالاحتفال انا اشهل الالعاب النارية لا استحق كل هذه الثقة سيدي اني اولن افتتاح الاحتفالات الاحتفالات في كل مكان ونحن نحب الالعاب النارية وسنقوم معا بنزهة صغيرة اه علينا ان نذهب سارسل من يرافقك اذهب مع ضيوفنا ودعهم يشاهدوا جمال مدينتنا هذا جميل لم اشهد مثل هذا من قابل ليس جميلا فقط انما مذهش اي رايا اشهد فرنينك السمكة في الماء هههههههههههه الا تخافون الحرائق قليلا ولكننا نتسلح خوفك النجدةких احضر انا احضر افضلوني النجدة يا قادم تشرفنا اشكرك من سميم قلبي لما فعل الا واجب ليه desarrollo انزلوني أنزلوني انتخذون ان هم عصابير اوه كلا كلا انه ساروخ قد قد ببين في الجو بحسب حظه منني هنا ميلا اوه هبطا رائع لقد انقلت حياتي شكرا لك ايها التمنين الارادة اساس كل شي يا صديقي انا احسا 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 حريق هل لديك متفاة؟ لا انبو براش لا انك تضيع الوقت لقد وجدت طريق لي اطفاء النار حبي انت لا تعرف قوتك افعل ذلك دون عنف على كل حال لقد اطفاء النار العلاجات الكبيرة للألام الكبيرة يا عزة يا عزة هذه مزرعة سيدي ها ابتلعت الصاروخ البخرة ابتلعت النار هذه مشكلة لدي حل لهذه المشكلة الحمام لا يضره ابدا اذا كان لديك مشكلة هديني انها البخرة الوحيدة الحلوب لدى سيدي صاحب المزرعة وهو يحبها كثيرا هذا لا يجب أن يجب منع الألعاب النارية في المدينة هو هذا غير معقول سيسبب تعاسة كبرى لجميع السكان سأبلغ سيد الحاكم كل الجود الذي قمت به سأكلم عن حداقتك وخيالك الواسع أنت فعلا اطفائي من الدرجة الأولى سيدي ارات النيل وصابها كذلك الفضل كل الفضل يعود لجريسو ولد الحبيب الذي قدى الاطفائيين وقدر له الجمهور ذلك شكرا لك الآن سأفكر في الأسليب التي يجب استعمالها للحد من خطر الحرائق التي تهددك كل المخلوقات لها الحق في أن تعيش بسعادة يا ولد أفكر بهم أبي غدا سيقوم ابني بعرض مخترعاتك يا سيدي بإمكاننا أن تلاف الخطر الذي ينجم عن سقوط صاروخ على أحد الأشخاص بواسطة جهاز بسيط جدا نتيجته مضمونة وبإمكان الجميع أن يحصلوا عليه هذان نموذجان يعملان بنفس مبدأ خزان المياه الشخصي الذي نخبئه تحت القبعة أو تحت الشعر المستغار مثلا انظروا لقد أعجبني جدا هذا الاختراع وهناك اختراعات أخرى يمكن بواسطتها حماية الدواجن انظروا هذا نموذج اختراعاته لوقاية هذه الدواجن من الحرائق في حالة سقوط صاروخ ناري عليها يعمل الجهاز على شفط هذه الدواجن بعيدا عن الناد إلى داخل أقفاص الشهدطة إنه أبقري سيدي إعلان كنت أتمنى أن تكون بمثل ذكائه أنا فخورا جدا بهذا سأقدم لكم الآن آلة لحماية البقر وهذا سيسعدكم هذه القبعة الخاصة والعقد الذي يحمله الجرس ليس بالحقيقة سوى تصفايات إن الارتجاجات الصوتية التي تصدر عن صوت البقرات المحروقة بالصاروخ يلتقطها المايغريفون الموضوع في الأعلى ثم يبدأ عمل الجهاز لاحقا وهكذا يكون الهدف هو حماية الحيوانات من كل إصابة تسببها ألفين كلها بالناسجة عن الصاروخ ما هذه الأبقرية سأعينك كبيرا للمخترعين وختاما هناك جمع ذكي وفني لأدوات مختلفة ستحل مشكلة السير في المدينة انظروا في أيام الأعياد والاحتفالات كلنا نعلم أن الأولوية ستكون للصاروخ يكفي أن يضغط على زر موضوع على غصن يطلق رأسا عجلات مطاطية التي سعيت لوضعها في عجلات العربة التي تعتبر مركزا لطلق الصدمات وهذا ما يمكن العربة من استعادة توازنها برفق ودون أن نخرب شيئا هذه أفضل طريقة لحل مشكلة المواصلة النجدى النجدى عمر المعذرة سيدي إن الواجب يدعوني إن ابني يفهم الواجب دائما النجدى النجدى عمر لا يعترف انقذونا إلى الأمل إلى الأمل بسرعة هل يوجد ماء؟ لا يوجد قليلا من الشاي أرجوك سيدي كلا لا يوجد شاي والماء هناك 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 أنت لا تفهم شيئا إن المدينة تحت راقة انظروا هناك هذا صهري جبا ولكنه بعيد جدا يلزمون عدة أنتار من الأنبيب ومضخة لا أرجوكم إنه فناء مهم جدا لا يوجد سوى حل واحد ما هو؟ سأحرق واحد عمدة الدعم فتنصب المياه على المسرح وتطفئ النيران كلامك له قيمة نظرية أما عمليا فهو غير لائقا بإطفائيا وتردداتك هل تعتقد أنها لائقة بالتنين؟ وماذا سيعون بسمعتك إطفائي ألا تفكروا بهذا أبي؟ إن سمعتك ستتأثر أكثر إذا تركت كل شيء أحترق ما هذا إنك تحبطني دائما تحبطني يا محمد حسنا حسنا لا تبكي سأفعله ما تشاء ولكن هذا آخر مرة شكرا 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 كنت على يقين بأنني سأنجح السن بالسن والعين بالعين والنار بالنار فكرة رائعة جدا ما قد أنقلت عائلتي وبيتي أيضا أطلب ما شئت يا غريسو هيا بنا جميعا إلى الاحتفال سروعيت كل شيء لقد أحسنت عملا يا غريسو سنصدر مرسوما بتسفية هذا العيد من الآن فصاعدا بعيد التنين الرائع رمز العمل الجيد وذلك على شرف أصدقائنا لا لا أنا لا أتق هذه الفكرة أرفض أن أكون مسببا للنيران حتى لو كانت ألعبا إصطناعيا ما بهم انظر انظر ماذا يخرجون من المسرح إنها جثة جدهم انظر كيف يتلوى في مجيته ها هذا هو كنت أجهل أنه شخصية مهمة هكذا مهمة إنه رئيسنا وشعار مدينتنا الكبيرة هل أنت سعيد يا غريسو هل ما زلت غير راضا عن كونك تنين كلا يا أبي أنا راضا جدا جدا أخيرا إنه لخبر سارا تستمر الاحتفالات نعم لأنني عنيت أن أكون رجل إدفع وأستطيع أن أقضي على جميع الحرائق ناتجة من الطواريخ رجل إدفع رجل إدفع رجل إدفع رجل إدفع أنا آسف يا أبي ولكن لن أخلع هذه القبعة إنه أمر يا ولد سنبت بالأمر وإذا وفقت على ذلك سأخلع هذه القبعة هذا ابتساز لكن لأجلك سوافق اشرح لي ما تريده على فكرة الإطفائية هذه التي أم قتوها جدا السيد سيدرك كان لطيفا جدا ودعنا إلى هذه النزهة علينا أن لا نرفض اسمع يا ولد لقد مللت الأماكن التي تبلل أرجلان دائما يا ابني ومرأة المحيط الأطلسي ومرأة شلالات نياجارة أو نهر جينيف لقد طفح الكيل ولا معه تحتمل أرجوك أرجوك يا ابني سترى يا أبي سنتسلح حظي سيء هذا ولد عنيد ماذا أفعل الآن سمعت في النشاة الجوية بأن التقصى لن يتحسن حتى نهاية الأسبوع أمل يا عزيزتي أن يكون مخطئا كعادته على أي حال نحن نشكرك على الدعوة ماء ماء لا نرى غير الماء كل هذه المياه لا تعادل شرارة نار واحدة يا إلهي لن يكن ينقصنا إلا هذا لإفساد كل شيء التقص يسوء والكوارث البيئية تبلغ حد القلق انظروا إلى هذا البجع المسكين إنه فريسة العصر الحديث يا عرش هذا ليس كل شيء لون يرى أيضا نعم للأسف لكن هذا البجع قد نجى من الماء تماما وكيف ذلك لقد عينت رئيسا لجمعية مقاومة الكوارث الناجمة عن عدوان المحيط وهذا البجع كان فريسة المد الأسود الذي القضى على الشاطئ يا عزائي نجى بأجوب مصفف الشعر أمضى شهرا يغسله صبحا ومساء ليسترجع الريش لمعانا ولكن للأسف طيور كثيرة قد ماتت بالآلاف ومع ذلك يتكلمون عن فوائد الماء طبعا الماء أنصر حيوي خصوصا في العالم كله ولنا نحن تنانين هذا مهين وأنا أرفضه بكل قوة إن التنين للنار والنار للتنين كفى كفى يا أصدقاء الأعزاء كفى يجب أن تنسوا خلافاتكم العائلية حسنا كما تريد أرجوك أن تعذرني يا سيدي ولكن الأمر يتعلق بالاستغاثة بالاستغاثة؟ عندما تهب العاصفة يبقى سيد مارتن يستمع إلى جميع نداءات الاستغاثة باسم جميع المستغيثين دعونا نستمع إلي ساذب أنا أيضا ليرى جهازا لسلكي ساذب حالا حالا أوه ماذا؟ لا لا لسى الآن بما بعد إنه نداء ناقلة نفط لقد تعطلت المد يدفع بها إلى الشاطئ استغاثة استغاثة ألزفيك يطلب نجدة الشواطئ استغاثة استغاثة أعرفه جيدا ألزفيك إنه مستودنت وهو مليء بالبترول خظهم رائع لديهم نار أرجوك يا عبي لا تذكر النار الآن هدو هدو أرجوكم إذا كان وجودي يزعجكم فأنا ذاهب وأنا غضب هنا النجدة يا ألزفيك هل تسمعوني؟ هنا النجدة يا ألزفيك هل تسمعوني؟ لقد جاءت النجدة إنهم محظوظون لكن أيك في ذلك لإنقاذهم؟ نجدة الشواطئ قوية جدا ومجهزة لتدخل في جميع الحالات سيدي إنه يقوم الحراق هذا رائع كنبهد أن أكون هنا هيا هيا يا صديقي سنساعدك جميعا انظر إلى الرجل إنه يظهر إلى الأمن جميعا أيها القبطان قبطان هنا نجدة الشواطئ نحن قادمون للنجدة نجدة الشواطئ دائما في الخدمة نحن قادمون ألينا الانتظار فقط هنا ألزفيك هنا ألزفيك هل تسمعوني؟ حول أسمعك جيدا حول ألزفيك يطلب النجدة لقد تعطل المركب ودخلته المياه سيتسرب البترول إلى المحيط المد الأسود سيقتحم الشاطئ يجب أن أخذ الإجراعات اللازمة الأمر في غاية الخطورة لدي فكرة يجب أن نأتي بأبي إبقى هنا من فضلك لإيصال المعلومات المد الأسود من جديد عزيزتي روينا لشيء أدعو للقلق لا تقلقوا هذا هو الدواء الملح الملح مفيد للطعام وجيد والمد الأسود جيد لي رائع تشجعي سيدة روينا كل شيء سيكون على ما يرام إذا تدخلنا نعم ولكن ليس لدينا متسع من الوقت سيد سيدريك سيد سيدريك البترول ينتشر في كل مكان فقد تحطم جانب من الناقلة يا إلهي أطلقوا سفارات الإنذار أطلقناها يا سيدي أبي يجب أن أعمل بسرعة إذهب أحلق فوق الناقلة وأنت تخرج اللهب هذا عمل يعجبني جدا يا حبيبي قذبة لهب صغيرة وبمسخة في البترول بدأت أشم رائحة الغازات المتصاعدة هذه الرائحة ستعيد النشاط إلى رأتي لم تفهم قصدي أبي يجب أن نحلق بشكل دائرة حول الناقلة ونواجه اللهب على مياه البحر حتى تسخد هذه المياه ستحجز غطاء الهايدروكاربون في هذه الأثناء ساهتم أنا بالناقلة نتابع تسخين المياه حتى يأتي الإطفائيون هذا مهم جدا يا أبي يجب أن نفعله نحن بحاجة لنارك يا فوم هيا هيا يا عزيزي لكن النار يا سيد صدرك تخدم دائما يجب أن تعلم ذلك وأنت يا ولد يا جريسو احرص على أن تجرب الإطفائيين بسرعة يجب أن تفعل ذلك يا إلهي من وضع الماء في طريقي إذا بقيت هذه الحال سعود لمغارتي حسنا يا أبي أهمل أن تكون قد فهمت معاني لقد تخطيت سن المهمات المستحيلة أرسل غيري من غيرك يستطيع القيام بذلك؟ سأقوم أنا بالعمل لن تقوم بأي عمل يا ولد غير قابل للإشتعال أتفهم؟ هذا ليس وقت القتال يا أعزائي لن تتيح الفرصة لمثل هذه الكارثة أن تقع فهم أنت لا تقبل طبعا أن تموت ألاف السمك البريئة وذلك بسبب سوء تطعك حسنا حسنا لا تنظر إليها كذا سأنزل إلى العرين سأخوض المعركة ولن يخيفني من هو في الداخل أبدا رائع سأزف الخبر للمراكب أنت السبب سننسعد من هنا كيف؟ الرسالة لا تحدد ذلك اسمعني أيها القائد نحن الآن نطيع أوامرة ما هذا؟ أنا لا أتلقى أوامر أحد هذا ليس أمرا ولكن يجب أن تتحرك وأنا سأدفعكم ها تدفعنا؟ أنت تدفعنا؟ أنا تنينون أيها القائد وإني أملكم الوحيد والأخير هذا يغيغني؟ هون عليك يا سيد القائد شغلوا بحركة السفينة شغلوا الآلات يجب أن أحاول رفعها من الخالف لا أعتقد أن هذا سينجح لقد نجح! لقد نجح! لقد نجح! هذه ظاهرة حقيقية إنه ينفذ النار منذ نصف ساعة هذا صحيح سيدي انظر إنه مركب النجال إنهم يقتربون منا إنهم يقتربون رائع أبي تمتبع عملا جيد لم أعد أحتمل يا ولدي الحبيب أمل أنني قد جئت إليكم في الوقت المناسب أعلم المركب بأنهم يستطيع أن يبدأ بصم المذيب أمرك سيدي إلى اللقاء أيها الأصدقاء وشكرا لكم أنا متعب جدا أمل أنني أستطيع العودة فهو من تسرى المد الأسود وصلت للتعليمات وقد بدأنا بنشر المذيب حول لقد تم الإنقاذ تهامنا انتهى قلقنا أخيرا هذا رائع سيدي هل تسمح لي أن أهنئك يا سيد سدري تفضل بكل سرور يا إلهي ماذا حدث؟ إنه فوم أسرعوا لإنقاذه أسرعوا على مهلكم على مهلكم جميعا إنني أعرف فوم لحظة لحظة سأعطيه العلاج اللازم وأنا متأكد من أنه سيستعد وعيه لحظة واحدة أين أنا؟ أنت في بيتنا يا فوم لا تتكلم كثيرا فأنت متعبن ومريض لا تتكلم عن التعب يا سيد سدريك إن الرذال قد سبب لي المرض فأنا عندي حساسية من ماء البحر يا جماعة أنا أكره الماء هذا أنت أيضا؟ يريد أن يشكرك ونحن أيضا نريد أن نشكرك هذا أمر طبيعي يا فوم جاء البجع ليقدم لك هدية سمكة سمكة إنها أيضا تعيش في الماء وأنا لا أحبها ولا أحب الماء لا تغضب يا أبي إنها فرقة الإطفائيين جاءت تهنئك على شجاعتك يعيش أبي يعيش فوق لا كفى لا توقفوا لقد وعدوني أن يقبلونني معها اسمع يا جريسو شيء وحيد أريد أن أعرفه ماذا جنيت حتى يكون لي هذا الولد العنيد جدا من الأفضل لي أنا مرض أصبع أصبع أرجل أطبع أرجل أطبع أرجل أطبع تعلم جيدا يا ولد يا جريسو أنني لا أنوي الاستحمام أبدا ولكن يا أبي لقد نصحك الطبيب بالاستحمام من وقتا لآخر وأظن أن الوقت مناسب اليوم نظرا للحرارات العالية إن الحمام ينعش فلا تتردد أبي أي حاول وما قال لك إنني أريد أن تعيش هذا أنا أحب هذه الحرارة التي تنتج عن أشعة الشمس ألمه ناطي ومنعش لألمع وأنت تغتص في نهر الحمام الملتهبة ستصبح ما يشبه البركان أبي أنت بحاجة إلى حمام أرجوك حاول يشبه البركان كن مهذبا مع أبيك إنني على أحسن حال ولا أن أصاب بالرمتزم بسبب حمامك المزعج هذا إنك تزعجني بسخافاتك إذا بقيت هكذا سأرسلك على سيد صدرك كأنني سمعت اسمي فعلا إنها مفاجأة رائعة سيد صدرك أهلا بك في منزلنا هل أنت بحاجة لأي خدمة فهم لا أبدا كنت أتحدث مدية مع غريسو كنا نقول إذا احتجت إلى بستاني الإضافي فالمضخة أسهل لك في الرأي أليس ما أقوله صحيحا يا سيد صدرك لست بحاجة الآن ولكن لدي فكرة أفضل يمكن لغريسو أن يحل مشكلة صغيرة بسيطة جدا قد حدثوني عنها للتو طبعا يا فهم سترافق ابنك لأن نصائحك مفيدة جدا له تذكرت أنه يجب علي الاستحمام هل قلت شيئا يا فهم أنا لم أقول شيئا فكرت فقط بالمواعد التي بإمكاني تأجيرها لا أستطيع تقديم الخدمة لك ستدمر أمري اسمح لي أولا أن أقدم لك صديق العزيز كتاكوم أهلا مجيئك إلى هنا أفرحنا جدا هل تريد أن تسكن في مغارتنا أوه كلا كلا من الأفضل لي أن أبقى تحت أشعة الشمس هل أنت مصابا برماتيزم أجل يا صغيري فنحن محاطون بالرطوبة من كل جانب يا مسكين هذا نفس مرضي فعلا هل تريد أن أشهل لك نارا لتتدفى سيدي كلا شكرا بعد التفكير فإن الفكرة ليست سخيفة كما تبدو للوهلة الأولى ولكن يجب أن نطبق العلاج على الجميع حول هذا الموضوع أعتقد أنه على فو مغريسو بحثه معك في كتاكومبيا سيقمان بمساعدتك يا صديق العزيز شكرا سيد سيدريك إلى اللقاء أتمنى لكم التوفيق انطلقوا يا لخظي لماذا رفضت الاستحمام في بيته ها نحن نصل إلى كتاكومبيا يا سيد جريسو منذ وقت طويل وقعت كارثة كبرى وكان هم أجدادي الوحيد هو إيجاد مأوى ليبقوا على قيد الحياة كانوا موجودين على شاطئ صخري يقعوا في أسفل الجبل ويريدون الصعود في أسرع وقت ممكن في البداية حفروا مغارة تبينا فيما بعد أنها صغيرة جدا ولا يمكنها إيواء كل هذه الكثافة من السكان وكلما زادت عدد السكان كلما حفروا مزيدا من المخر أنتم ما زلتم تعيشون تحت الأرض؟ نعم لأن الشاطئ يا عزيزي بقي غير قابل للسكن ولكن خطرا كبيرا نهدد حضارتنا إن الجبل المليئ بالحفر يوشك أن ينهر علينا لذلك طلبنا منكم المساعدة سنرى ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ لا لشيء فقط لأنني تنين أليس كذلك أبي؟ ما هذا إنها تشبه خلايا النحل؟ هيا اتبعوني أيها السادة أوصيكم أن تنتبهوا جيدا أثناء مروركم إن حفر الجدران المتواصل يكون دوما رواسب كلسية متجمدة إنها جميلة المنطر طبعا انظر إلى هذا المسكين الرواسب الكلسية ألسقته بالسقف أعذرني ولكن ألا تزرعون لتأكلوا؟ كلا فالزراعة هنا مستحيلة بسبب نقص أشعة الشمس لا نأكل سوى هذه الفطريات صباحا ومساءا إنه شيء ممل جدا معقول؟ تعال لترى أمسكتها، أمسكتها سأمسك بك أيها الخبيث، سأمسك بك يوما ما هذا ما يحصل دائما عندما يحاول الصياد المسكين أن يصطاد سمكة، فتأكلها طيور النورس هذا حل غريب لا استطاعتنا أن نغالج الأمر، سهم ناري ونحصل على نورس وسمكة مشويان أهلا الله يا عبي، هذا حل ناري ينبع إذا وجدت أفضل منه، قل لي يا فصيح والآن لنذهب إلى الساحة الرئيسية بريسو يريد أن يعرف طريقة عيش السكان بريسو يريد أن يعرف طريقة عيش السكان اسمح لي عزيزي أن أقدم لك حلوة بالفتر تفضلي عزيزتي، هذه الورود لك، وأنا أرود آه شكرا لك يا عزيزي، هذا يدل على أنك شعبو مهدد تفضلي العلاج أصان أصان أردنا أصان 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 و tucked رؤلينوا الان Zuk какая من المحدد يحصا furious، يق stagesون كما السلاح والحمة والمشارة و يصلون أي مبقرة في مهنة wir leben in einer ständigen Gefahr. Die Bewohner von Cavernitia befanden sich wirklich in einer sehr unangenehmen Lage. Grisou machte sich sofort an die Arbeit und in kurzer Zeit ... Also meine Herren, ich schlage vor, erstens, es muss für eine regelmäßige, gesunde Ernährung gesorgt werden, sehen Sie dort. Mithilfe dieser Anti-Möven-Blocke ist es möglich, den Fischfang hundertprozentig vor den gierigen Vögeln zu schützen. ومشهر في خصوة فقط وحقنوا في أمخبارات الكثير من المنطاقسة المنطاقسة المنطاقبية المنطاقبية و المرات انهاء ورمض ورصة ولا تحديم وحسوه في هيه يمكما قراربات في المنطاقبية دائماً! هذا جيد لدينا المستقبل جديد أن تكون لدينا سيئة هذا هو يمكن أن يتعافي يمكن أن تحرك بسالة مستقبل لا تلوث بسالة سيئة تذهبوا فعلاً قد يكون المستقبل هذه تدعين مستقبل تقبل يجب يكون من تلوظة نصف نعم ترجمة نانسي قنقر موسيقى 100 موسيقى موسيقى تحضير موسيقى تحضير موسيقى 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 لو جميلة Der letzte Pfeiler kann entfernt werden. Hurra! Hurra! Die Sonne! Die Sonne! Es lebe Grisou! Es lebe Grisou! Eine Ansprache! Eine Ansprache! Liebe Freunde, ich bin zutiefst gerührt. Es fällt mir schwer, etwas zu sagen. Ich wünsche euch, dass ihr... Was habe ich schon wieder getan? Was habe ich nur angerichtet? Gut gemacht, Grisou. Du bist wirklich ein echter Drache. Hoch soll er heben! Hoch soll er heben! Endlich können wir richtige Felder anbauen! Lieber Grisou, davon hattest du uns ja noch gar nichts gesagt. Mit der Erfindung wollte er sie zum Schluss überraschen, Herr Präsident. Sehen Sie nur, wie meine Mitbürger vor Glück und Freude tanzen. Es steht jedenfalls, dass unser Feuer noch viel wirkungsvoller ist als alle deine Erfindungen. Papa, vergiss nicht, dass Feuer alles nur zerstört. Es baut nie etwas auf. Machst du das Wasser vielleicht besser? Wie du weißt, löscht Wasser ja nicht nur Feuer. Im Wasser kann man auch baden. Nun fängst du wieder davon an. Ich bade nicht. Ich denke nicht daran. Lieber Papa, wie du willst. Dann musst du mir aber auch erlauben, dass ich später einmal Feuerwehrmann werde. Ich werde Feuerwehrmann. Untertitelung. برقبتي أفضل أن أقذفه بالماء بدل التدربي على هذا لا تفعل هذا ستكون طول النهار في الماء وسيعود إليك الروماتيزم بينما قرب النار ستكون متمتعا بلحظات حلوة لا أنا لدي موهبة أن أصبح كبير الإطفائيين ماذا عملت يا إلهي لأسمح لتنين المنقرض أن يفعل هذا به ليس معقولا لو كنت مائيا لفهمت ولكن ها؟ هون جريسو هل أنتم ما في الداخل؟ مفضل سيد سيدريك أرجو ألا أكون قد أزعجتك يا فوق ولكن ما الذي أراه؟ هيبدو أن جريسو مستاه أنت لن تخمن السبب إنه مكتائب لأن الإطفائية لن تقبله آه هذا جيد جيد ماذا جيد؟ نعم لأنك ستكون دائما حرا من كل عمل وعليك أن تحزم أمتعتك وتعود فورا إلى ناركوسيا التي طلبت من كل دول العالم المساعدة أعد علي هذا لن تجرؤ على إرسالي من جديد إلى الخارج وأنا لم يمضي على قدومي أكثر من ثلاثة أيام قل لي إنك تمزح لست مازحا إن الفكرة من إرسالك إلى الخارج كما تقول لم تكن من تفكيري فإن المنظمة الدولية لإغاثة البلدان التي تواجه خطرا ما هي التي ترجو أن تنجد ذلك البلد أنا أعتقد أنا لا أعتقد بأنك سترفض يا جريسو أليس كذلك؟ لم تسمعني سمعت كل شيء خذ هذه بطاقة توصية لإعتمادك وبطاقة السفر لك ولوالدك وما دخلي أنا بما أنا كمستشار وحامل لولدك الشاب جريسو سيكون لكما أنتما الاثنين عملا كافيا كلا 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 والفكلا إن جريسو في عمر يمكنه من الاهتمام بنفسه ولوحده إضافة إلى أن كل مهماتك خيرية ولهذا أنا آسف يا سيد سيدريك هذه المرة سأبقى في الوادي فلدي أعمل كثير للاهتمام بالسياح هنا وهذا عفيد لي جدا كما تشاء كما تشاء يا فوم لا تشغل بالك سيدي إنك ترغب أن أرحل وسأحل مشاكل بنفسي يمكنك أن تنام مستريح البال لطيف وهل تعتقد ذلك؟ كيف سأنام مرتاح البال كما تقول يا ولد؟ ليس عليك إلا أن تأتي معي وهكذا ستكون مطمئنا أنك تثيرني وتثيرني وتثيرني وللأ أشبه لك بهذا يبدو أن العيش بودوا قرب الموقف بات حلما صعبا لا أستطيع الوصول إليه دبا لكل الجماعات الفاسدة التي تعيش فوق ناركوسيا لماذا يزعجون الآخرين؟ لنخرج إذن ما يجبني فيك يا فوم قراراتك العفوية لا تهتم إنه سيعود إلى هدوءه إنه سنين طيب من سوء حظي أن يكون عندي ولد يريد أن يصبح إطفائيا والأنكى أن أرسل مثل الغبي إلى وسط المحيط الهاتي أخذ استمر كل شيء هكذا فسأجد نفسي بحارا في البحار الباردة يا للعار إنها فكرة جيدة نحن فوق ناركوسيا كن مستعدا للهبوط قل لي إذن هل من الضروري أن نهبط هكذا بالمظلات؟ لماذا لا تهبط بالطائرة كما يفعل الطيارون؟ لأننا نخاف أن تفقد الجزيرة تتوازنها بسبب وزن هيلوكابتر وقوة الريح الهبوط بالمظلات أفضل طريقة للوصول آه تبا هذه المهمة المريحة التي وعدنا بها سيد سيدريك كن شجاعا أبيل هيا بنا هيا الأخياء انتبه يا سيدي انتبه 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 انظر إنهم ينزلون آه حسنا جدا إنهم ليسوا لحاجة إلينا إلا إنهم لا تحركون لا إنهم يتنفسون يظهروا لي أنهم نيان حسنا نستطيع أن نعود إلى بيتنا ليس من الذوق إيقاظ الناس أكذا إنهم نائمون يا ولد لا أبي لقد طلبوا المساعدة نحن هنا لأجل هذا إذن استيقظوا يا عزائي وأصدقائي المحترمين باسم جميع المواطنين رحبا باقا تصبحون على خير ما هذه الورطة يا ولد نحكى من ذلك أبي سأكتشف ذلك وحدي بعد ذلك كنا قد حلقنا فوق الجزيرة وكان هدفنا معرفة مصادر النعاس الذي أصاب جميع المواطنين في هذا الفلد الصغير انظر أبي إن شكل الشواطئ يجعل أدنى هبة الرياح التي تأتي من المحيط يمكنها أن تهز هذا البلد ببساطة وهذا ما يحمل الناس على النعاس هذا ممكن ولكني أشك بأن هذا الاهتزاز هو وحده المسؤول عن النعاس هذا الذي يتعرض له كل سكان الجزيرة نعم أبي ولكن انظر إلى الأشكال المرسومة في السماء التي يرسمها الدخان المتصعى بالمصدر الآبار هل تعتقد أن الغاز هو السبب؟ أعتقد أنه ممكن فإن السحبة اللولبية لها خواص منومة أكيد وهي باختلاطها بالجو الغير مشبع بالأكسجين ومع احتراق هذه الأبار تخلق غازا منوما لا يقاوم أبي انظر جيدا انظر هناك لن يشفق على هؤلاء لأنهم لن يتمكنوا من لحق الحضارة وأيضا يا أبي انظر انظر ماذا يأكلون يأكلون أوراق الشجار المنومة ويشبون المياه التي تنمو منها زهور البابونة لأنهم يجهلون بأنها تجلب النعاس إليهم ليس هذا كل شيء إنك تسمع أصوات رياح عندما تعصف على جذور الأشجار فهي أشبع بالموسيقى الليلية المنومة إذا لم تتوقف هذه الموسيقى وبالسرعة سأستسلو للنعو ولتكتمل الصورة أبي فإن الحيوانات التي تعيش هي التي تشاهدها حتى إنهم لا يملكون القوى لإحصائها وهذا لا يلائم طبيعة عملنا أنا موافق وبعدها نقوم بالعمل ورغم الجو الذي لا يشجع على العمل فقد تحرك جريسو إلى العمل والمهمة الصعبة لتخليص ناركوسيا من المرض الذي يشل رعاياه هيا يا أبي علينا أن نجلب الحجارة من الشاطئ الغربي إلى الشاطئ الشرقي وهكذا سيعود إلى الجزيرة التوازنها أنا موافق وأمن أننا نقيم جدارا واقيا لوحدنا لألا جباعة التعهدات الذين جلبناهم لإنهاء المشروع ناموا أيضا استيقظوا لقد حللنا لكم المشكلة ولكن يجب أن تساعدون يا نيام إن ولدي لا يستطيع العمل وحده لا تصرخ إذا نريد أن نريم الآن قد أقمنا مروحة كبيرة ضد التنويم يا أصحابي ولم يعد هناك غاز منوم أبدا إلا من باب الذكرى يا أبي والآن فلنتحد هيا افتحوا غيونكم وتحركوا والآن عندما يحرك الهواء الحبال المشدودة ستهتز وتصدر أصوات رنانة وتوقذ كل النائمين أصدقائي اسمعوا اسمعوا لطيف يا جريسو الآن وقد تم إيقاظهم يمكننا العودة لا يا أبي إن العملية لم تنتهي بعد وكان ذلك صحيحا على أجواء الجزيرة ومزرعاتها إن عبقرية ولدي تحول المزرعات من البابونج إلى شجر الشاي والقهوة هذه أشياء عليكم الحفظ عليها لتكونوا مستيقظين دائما توقف يا جريسو وإلا لن يتوقفوا عن الرقص أبدا وهكذا بعد أن تحرر النركسيون من النوم سيبدأون ببناء مستقبل أفضل كله حيوية ياك فيا جريسو أوقف هذا السيرك لا يمكنني أن أسبق الأحداث فإذا تركت هذه الجماعات على راحتي أسألزمك أسبوعا كاملا لإيقاظهم يا ولد كن صبورا أبي وحاول أن تفهم إنهم يحاولون تعويض مفاتهم يا عزيزي جريسو لقد انتقلنا بشخصنا لنشكر لك باسم مواطني ناركوسيا ونعبر لكم عنهم بهذه الهدايا شكرا كل الشعب يا عزيزي شكرا يا سيدي ولكن أعتقد أن هذا غير من توقف جريسو إن توضعك يجعلك كبيرا بنظري وعزيزا على قلب كل مواطن منه قل كلمتين يا جريسو أرسله فورا إلى سريره إذا لم تقل شيئا فلن يخرج من هنا أبدا أرجوك حسنا يا سيدي العزيز أيها الأصدقاء في ناركوسيا إن قلبي يغلي لأنني تأثرت كثيرا ماذا فعلت يا إليه؟ الجزيرة تدور حول نفسها سمسكوا جهدون تعلم كل الجار هذا شيء ممتع لم نعد نتحرك جريسو جريسو إلى أين أيها إبنال الضال؟ لقد فعلت شيئا رائعا يا ولدي توقف كلا يا أبي إن النار المتهجج في صدر هدم الجزيرة بدأت تقصد بهدمك بالعكس إن تيار الهواء الساخن قد أعاد التوازن للجزيرة قلت لك مرارا بأن النار هي الأساس إنك لن تفهمني أبدا لقد تصرفتك تنين غبي غباي وأين المشكلة في ذلك؟ هذه طبيعتك بتصرفك هذا لا 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 تظن أنني سأغير مشاريعي الطبع نتحمله أما العمل فنختاره ها يا أبي يا إلهي يا إلهي ماذا جنايت ليكون لهذا الولد العريد؟ ماذا جنايت؟ جريسو لقد قمت بعمل الرائع لا تغضب انظر ماذا وضعت في الحقيبة قبل السفر آه قبعة الإطفائيين نعم قل شكرا لأبيك يا ولد آه طبعا شكرا جزيلا أبي أغدلع لماذا علي أن أعطيك هدية بينما أنت تستائل ضبطا على قفاك لماذا؟ لأنك أنت الرائع جدا والكريم جدا والألطف جدا من بين كل التنانين التي شاهدتها على هذه الأرض اذهب اذهب من هنا قبل أن أغير رأيي لا يا بي لا تغير رأيك سأذهب سريعا أنت لاب الأفضل وأنا أعرف أنك ستساعدني في أن أصبح رجل إطفاء لأنني يوما ما سأصبح رجل إطفاء رجل إطفاء أبي ألم تكني بعد أرجوك أعرف أنك ستقول لي بأن الحياة قد تطورت أعلم هذا جيدا ولكن أنت لم تتطور يا جريسو أمنيتي أمنيتي أني حين الوقت تصبح تنينة جديرة بأبيك وبعائلتك ما هذه الضلطاء إنها طائرات حضر السيد سيدك يا حبيبي إن عب العب الماء مرحبا يا أصدقاء الأعزاء آسف لإزعاجكما في مثل هذا الوقت يبدو أنكما تريدان الاستحمام إن المنظمة العالمية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر التي أنا رئيسها قد فكرت بإرسالكم بمهمة على قدر كبير من الأهمية لقد وصلنا نداء بسبب ضيق تعاني منه جزيرة عاصفة على البحر أجل إنها جزيرة صغيرة ورائعة تقع في وسط المحيط الهادئ أرجوكما يجب أن تسرع ولا تتأخر هيا بسرعة إلى اللقاء إلى اللقاء أي لحظة واحدة أرجوكما هذا فسر لنا على الأقل ما هو المطلوب منها يا سيد سدرك حاول أن تفهمي يا أبي إننا أمام حالة عاجلة 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 لم نقل شيء ولكن أين الأصول كن صبرا ملائقة تصر في أبي الناس بحاجة إلينا صدقني حسنا ولكن أنا لي شخصيتي أيضا ولن أذهب إلى تلك الجزيرة اربطوا الأحزمة جيدا من الممكن أن تهتز الطائرة إنها بداية حسنة انظروا إلى الأمام لقد وصلنا إلى الجزيرة إن حرارة الشمس الإستوائية تسخل الهواء فيرتفع كالزوبعة ولهذا فإن الطائرة تهتز بهذا الشكل إنها تشبه بيضة في مقناة هنا يوجد واد جميل جدا آه هذا لائع هذه القمة ترسل بصورة دائمة هواء قوية جدا ينزل إلى الوادي ويحلط عواصف المستمرة فسميت الجزيرة عاصفة على البحر انظروا هناك عواصف شديدة سيكون من الصعب أن نهبغ لا تقلق سيدي سنتدبر أمرنا هيا يا أبي هذا الهواء سيدي يا كريزو لماذا يزع شكا لا تقلق سيدي جدا أهلا وسهلا سيدي جريزو أهلا وسهلا فوم أهلا بكم أهلا بكم أنا لست سعيدا بهذا تفضلوا سنحتفل بوصولكم لو تتركوني وشاني أفضل أما الآن فسأرافقكم إلى مكان إقامتكم هيا تفضلوا انتبهوا جيدا في الشارع يجب أن تتبعوا حرفيا جميع التعليمات التي سأرافقكم إياه انتبهوا خميلا هيا أسرعوا يجب أن نصل قبل العاصفة القادمة هيا وتوقفوا لا تقل هذا لي فهاتي أين ذهبت هنا يا أحمق حسنا والآن سيدتي يمكنك الذهاب لا يوجد عاصفا في الخارج يا إلهي قضيت خمس ساعات عند المزين هيا اتبعوني لقد توقفت الريح يجب علينا أن نسرع لا يمكن المرور والآن يجب علينا أن نتصرف حتى نصل إلى مكان إقامتكم هيا بسرعة كان هذا مستوصفا لطيفا لأذيتك أعتقد أن سؤالك سخيم إن حل مشكلة عاصفة على البحر ليست سهلة لكن ولدي لا ينتظر حتى يبدأ العمل وبعد عدة أيام في الحقيقة في الحقيقة أود أن أقوم بعرض أول يا سيدي انظر هذا تمثال وإلى جانبه تمثال آخر يمتطح ذاء مضاد للطيران نعله من الرصاص انظر أحسنت يا سيدي جريسو لم يكن هذا إلا نموذجا للرجال أما السيدات فقد اخترعت موديلا يليق بهان انظر سيدي نهو رائع رائع ما رأيك يا حضرة المساعد أنت دائما تجد حلولا مناسبة أما جريسو سيدي فإنه يستحق وساما أيضا يجب أن لا نبالغناها كناية عن بعض الحيال الصغيرة إذا لم ترك هذا المكان بأقرب وقت ممكن سأصعد حتما بنوبة عصبية من جراء هذا الخلج عذرني أين يوجد الوادي ولماذا تريد الوادي أريد أن أدفع نفسي كيف ذلك؟ الحرارة شديدة في الوادي أحب ذلك كما تريد سيدي الوادي أمامك هناك أشكرك لطيبا هو السخن منعش كما تلاحظون عندما نبني من يشبه القمع على سفح الجبل فذلك يجعلنا نقنن الهواء ويخلص المدينة من العواصف التي تجتاحها هذا ليس كل شيء فاستعمالنا قوة الهواء هذا الهواء المجمع والمضغوط بقوة في شبكة من الأنابيب المحتمة يمكننا عند ذلك الحصول على مصدر للطاقة وإليكم بعض الأمثلة قطر سكة الحديد يمكن أن يعمل بقوة الهواء المضغوط هذا وكذلك بعض الألات الموسيقية كالأوردون أرأيتم يمكن أن يعمل بواسطة الهواء المضغوط كذلك يمكن استعمال هذا الهواء المضغوط في حقل الطب البيطري نحل بذلك مشكلة التفاليات التي تعشش في وبر الحيوانات أرأيتم تخلص من التفاليات وإليكم أيضا هذا الجهاز اليدوي الخفيف الذي تقوم وظيفته على مراقبة العاصمة ويقطع الفرصة على جميع اللصص انظروا سأبسك بك أيها النص وهكذا بدأ الجميع مباشرة في بناء القنع الذي يمنع جميع الكيارات الهوائية كما قراد غريسو سأبسك بك أيها السادة الكرام لقد اجتمعنا هنا لنشكر الذي توصل إلى خلاصنا جميعا وقضى بفضل عمله المثابر والجاد بالتغلب على يا عدو للمميط الهوى أنت فخورا بأبيه؟ نعم يا صغيري لقد تأثرتك كثيرا بالكلمة التي ألقاها لدرجتي أنا نعم أنا نعم أهلا أبي الله للنار أرجوك أرجوك غير ما أقول ماذا فعلت؟ فعلت شيئا رائعا جريسو لقد اخترعت التدفئة المركزية كفك الشكوى الحياة بدون نار مستحيلة؟ لا أبدا ليس صحيحا إن نار تهجب كل شيء أكراه كيف تجروا على هذا القول؟ كن مهذبا مع أبيك هذا لا يجوز ولا يصح إلا الصحيح لا عليك يا بنائي أنت فعلت ما يجب نعم لكني خجل لأني كنت غبيا أنا الذي دفعتك إلى ذلك يا ولدي الحبيب اليائس ماذا أفعل لتصفح عني؟ أبي أنا أحذر أكبر سأصبح رجل أطفاء رجل أطفاء رجل أطفاء أي حضر هذا يا إلهي هذا الولد سيتربني سنقدم لكم في نشرتنا الإخبارية التقرير المأساوي الذي سننقله لكم على الهواء مباشرة من قمة بوليفام أيها المشاهدون الأعزاء إن الذي ترونه على شاشتنا الصغيرة هو مدخل مغارة يطلق عليها اسم مغارة اللصوص الضخمة منذ يومين يتسرب من هذه المغارة بخار كبريتي دون توقف إن مجموعة من علماء الجيولوجيا يدرسون هذه الظاهرة التي كان يعتقد أنها تعود إلى الأساطير اليونانية هاهاهاها لطيف بخار كبريتي مناش سنعرف كل شيء من الهاتف أهلاً سيد سيدرك قيمة بوليفان؟ نعم سمعت عنها الآن حسناً سنصل حالاً أسرع يا أبي إن سيد سيدرك ينتظرنا في معهد الأبحاث يبدو أن المغارة تحتوي على شيء ما يجب أن نسترجعه ماذا يمكن أن يجده في الداخل؟ لم يقوله ولكن هذا ليس من اختصاصنا مرحباً سيد سيد سيدرك أهلاً وسهلاً أقدم لكم الأهل أستاذ مارتين شين أهلاً بكم أهلاً وسهلاً خرجنا من المغارة عندما بدأت الروائح الكبرتية تنبعث منها الحمد لله أننا لم نبقى ولكن الشيء الذي كنا نريد أن نأخذ قد بقي لسوء الحظ في الداخل إنها بقايا متحجرة ذات قيمة كبيرة جداً بقايا متحجرة؟ ماذا تقصد؟ إنها عظاماً أبي عظام؟ ترسلون بطلابي لتكلموني عن العظام؟ هذه عظاماً زمينة كمأنها نادرة المهم الآن أن نجد العظاية الدخمة المعروفة باسم إيكاندون لنجري عليها الدراسات الخاصة بعلم الأثريات أيها السادة وما هذه العظاية؟ هيكل لحيوان عاش على الأرض منذ سنين طويلة فقد انقرض هذا النوع ونحن نجح للسبب لذلك علينا أن نجد بقاياه على كل حال اتبعوني وسأريكم إياه هذه هي العظاية الضخمة فعلاً فعلاً لقد تعرفت عليها تعرفت عليها؟ فرصة سعيدة إذن أجل ولكنها ليست فرصة سعيدة أبداً أبداً يا إلهي كانت حيوانات قاسية جداً عبذا لو تتركوه في المغارة مدم موجوداً هناك فليبقى آه فهم ليس هناك ما نخشاه من تلك العظام أوه إن هذا الحيوان هو عمي أركبال عمك أركبال؟ نعم إنه هو الذي علمني أن أخرج النار عندما كنت صغيراً وكان يضربني دائماً اسكت يا ولد لن أسمح لك بفضح أسرار عائلتنا الخاصة لا تقلق يا فهم لن نبوح بشيء أبداً لا تخلط بين عمك أركبال وبقايا عظام العظاية الضخمة يا هذا آية عظاية انظر جيداً إن كل أفراد عائلتنا كان لهم هذه الزائدة القرنية ها؟ الزائدة القرنية؟ ولا يوجد في العالم سوى تنين واحد شفاف وعمي تنين شفاف؟ عجيب كان هذا منذ قرون بعيدة أريد أن أنسى ذلك هل ستحترق؟ يجب أن تحترق يا حجب طبعاً هكذا لن تحترق يا غبي وليس من الضروري أن أقتل نفسي لأعلمك شيئاً لكني فعلت كل ما بو سيعمي صديقني أخرج من هنا إذا كنت تريد أن تلعب دور الغبي معي تعال إلى هنا إذا لم تأتي سأضعك في الزاوية لمدة خمسين سنة ما هذا؟ ما هذا؟ يجب أن يتدرب هذا الولد جيداً على أحفل الشاه لن أقبل في عائلتنا تنين رقيقاً كهذا الولد الذي يجبه أمه لن أتركك أتنين يجب أن يبقى تنين إنني أفهم جيداً يا فوم المسكين إن تلك الحادثة أثرت عليك نفسياً لسهو من ذلك أنها تركت عنده رعباً حقيقياً من العظام ولكنه الآن منقسم إلى عدة أجزاء صحيح يا فوم عمك الآن هو عبارة عن أجزاء متقطعة نعم هذا لن يغير شيئاً أنت مضطرب لأنك تذكرت الماضي طبعاً إن العم أركبال قد مات من ضربة ساعقة يبدو وكأنه أصيب بضربة ساعقة قوية كأشعة إكس مثلاً يا فوم نعم فهلاً ولكن يا أبي إن هيكل العظاية ليس له أي علاقة بهيكل عمي هذا شيء سخيف جداً إن كل واحد مننا يا فوم له هيكله العظمي الذي يختلف عن الآخر هذا واضح جداً يا لألف بركان لا أستطيع أن أصدق ما تقولون لا يمكنك أن ترى الهيكل العظمي بأي حال سيد سيدرك هل أنا غبي؟ لا يمكن أن أغير رأيي في أي حال هذا هو هيكل عمي أركبال أنا متعكد من ذلك جداً إذن لا يجوز أن نتركه حيث هو يا عزيزي فوم يجب أن نسترجع انتظر لدي فكرة أفضل هيا اتبعني سيد سيدرك لا تتعب نفسك يا سيد فلن عادل عن رأيي أبداً تسود المغارة حرارة شديدة فوم وحده هو الذي يستطيع أن يتحملها إن لم يفعل ذلك فهو جبان هذه إهانة إن فوم مرهف الإحساس جداً لنبحث عن موضوع يثير كبرياءه ويرغمه على القبول يبحثون عن ما يثير كبرياءه هذه مجرد فكرة ولكن ما الذي سيجعله يعمل كما نريد ما رأيك أن نخبره بأننا وجدنا أحداً غيره يقوم بهذا العمل أليس فريون مثلاً لندعي أنني سأقوم بهذا العمل بمساعدتهم هذه فكرة رائعة يا عزيزي كريسو إذن لنعد خطة بذلك سأذهب معهم إلى قيمة بوليفام سيدي أنا متأكد أن أبي سيكون هناك هكذا إذن تحاولون أن تشوشوني بهذه الأخبار التي لا صحة لها أنا لست دمية في أيديكم سترون أني أخبئ لكم مفاجأة إن هذه العضايا ليست خطرة لأنها ميتة إذن هذا شيء مضحك إني ما زلت أنتظر أن يشرح لي أحد منكم ماذا يجري لماذا أحضرتموني إلى هنا لاعتقادنا أن تنشق الكبريت سينعشك لقد دعوناك كمتفرج والآن أعذرنا يا فوم يجب أن نبدأ العمل بأسرع وقت ممكن هيا انظر عزيزي كريسو هذه هي المغور ستنزل بواسطة المصعد ومعك عبوة الديناميت لتوسيع هذا الممر حتى تستطيع الدخول إلى المغارة الثانية حيث يوجد الهيكل العظمي ثم تخرج بعد أن تكون قد جمعت العظام كلها سنقوم نحن بعد إذن بإنجاز المهمة وعليك أن تكون حذرا عزيزي كريسو أفهم؟ لقد فهمت أين المساعدون؟ إنهم جميعا هنا آه ستقوم بالعمل بمساعدة هؤلاء إنهم لا يملكون مساعدة أنفسهم أبي إنهم رجال شجعان وأين هي هذه الشجاعة؟ لا يخافون من الهيكل العظمية مثلك آه فهمت هذا رائع إني أترككم وأرجو لكم وقل سعيدا ماذا تعني بقولك هذا يا عزيزي فوم؟ أعني أنها ستكون مباراة رائعة سأذهب إلى المغارة معهم سمعت أنا لست أصمن يا ولد دعوني وشاني وستخبروني بالبقية فيما بعد أنا لا أفهم هذا من الواضح أن وجود الإطفائيين لم يؤثر عليه أبدا يا جريسو والآن ماذا سنفعل؟ لا أدري يا عزيزي كابو سأرى كيف سيتصرفون سيد فوم لو سمحت كلمة صغيرة للمشاهدين كلمة صغيرة كما تريد رائع لقد وجدت الحبل أعد إليه هذا المايكروفون والآن أنا بحاجة إلى شيء أصنع منه كيسان هذا حلم يبدو أن فوم قد نزل ليأتي بالهيكل العظمي هذا غير معقول أنا متأكد أنه ليس هو المهم أن أحدا قد نزل ويجب أن نحذو حذوه سيد سيدريك تعال بسرعة ماذا تريدك أبو؟ إنه التنين يا سيدي لقد اقتلع خيمتنا وقفز إلى المغارة أنت تمزح بالتأكيد يا كابو تعال وانظر بنفسك أنا أعرف أنه ليس هناك سوى حل واحد يجب إغلاق أحد الأبواب أو فتح الباب على مصراعيه بكل قوة حزاة الأرضية ترى ما الذي جرى لفوم؟ سأذهب لأهرى انتظر لدي فكرة أفضل أعطني الراديو بسرعة بسرعة لقد نجحت الحيلة لم نقص الوقت الذي استرقته ردة فعله مع أنه عندما نتكلم عن إطفاءه تكون ردة فعله سريعة من قال إن الوقت ليس مهما جريسو؟ هيا بسرعة اسأل من في المغارة بواسطة مكبر الصوت الحفرة واسعة بما فيه الكفاية تعالوا انظروا هذه العضايا الضخمة علي أن أحول قماش الخيمة إلى كيس خم خم هل تسمعني؟ افعل ما سأقوله لك واتبع تعليماتي حرفياً يا جوانا تخلص من مكبر الصوت هذا الانتظار مقلق جداً سأنزل حالاً لأرى ما يجري سيدي هذا الجرس الموجود على الأرض؟ هذه الإشارة المتفق عليها لنسرع أعطوه الوقت ليخرج الوقت كفاية يا إلهي ما هذا؟ إنه أشبه بالكيس هذا قماش الخيمة التي اقتلعها التنين انظروا تبدو هذا هو كأنها قادم العضاية الضخمة رائعاً لقد نجحنا وحصلنا على ما نريد أخيراً هل أنتم تأكدون أنه ميت فعلاً؟ مات منذ زمن؟ أجل منذ ملايين السنين انظروا إذن واشرحوا لي لماذا يتحرك ألحقاً انظروا إنه يتحرك هذا غريب جداً أكاد أجان أشعر وكانني أصدت بالشلل يجب علينا أن نفعل شيئاً لنفتح الكيس كن حذراً كابو لنفتحه هو أنا لا يزال يتحرك ما هذا؟ الهوائقو Senate الهوائقو الأم منكم خائف اعزائي المشاهدين إن الحديث يأخذ حجمًا كبيرًّا سوف أبعل ذلك دعوني أتخلصوا بهذه القمة أولا تبدو القضية معقلة جدا هذا ليس صحيح أبي سيختنى أقف لا تخاف سأصل في الحال الإطفائي هنا يلبون الواجب دائما لا كل شيء إلا الإطفائي لدي حساسيتهم منهم قلت أبعدوهم مع أن هذا سيحصل غالبا نظرا لطموحات ولديك التي لا تفارق خياله يا فوم هذا صحيح سيدي لأن أبي سيعتاد عليك رجل إطفائي في القريب العاجل سوف أصبحوا رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء آه 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 هذه كارثة يا له من خبر سار حريق هائل يلتهم كل شيء منذ فترة يشتعل وليس باستطاعة أحد أن يفعل شيئا إنه مؤسف جدا أن نضيع فرصة ثمينة كهذه ولكن يا أبي إن شغفك وميلك لرؤية النار سيؤدي بك إلى طبيب نفسي أنا بصحة جيدة كل ما في الأمر أنتني حقيقي الغير طبيعي في العائلة وأنت انظر كم هذا جميل يا أبي كيف فاك هذا لا أحبه على الإطلاق حسنا ولكني أريد أن تعيدني من جانبك أنك لن تعود إلى قصص الإطفاء هذه أبدا وأن تقسم لي لأخر مرة أن شعرك الدائم سأكون أنا تنين وسأبقى تنينة لا بلى لا بلى إنها لفرحة كبيرة أيها الأصدقاء الأعزاء أراكم على وفاق الحمد لله أنا أحييك سيدي أهلا يا عزيزي جريسو لدي خبر صار جدا لك هل قابلوني كرجل إطفاء؟ أه كلا ولكن جمعيتنا تطلب مساعدتك يا جريسو لأن هيدروستازيا تعاني من بعض المشاكل من الطبيعي أن يطوع إطائيين مثلي الأمر يختلف يا عزيزي جريسو أنت لم تفهم قبل الأفضل أن تأخذ أمر المهمة وبطاقات السفر حتى تحكم بنفسك على الموقع ونوعية المشكلة المطروحة هيا إلحق الباخرة ولكن سيدي هيا إللا ما أمنها الفرصة الوحيدة لتتخلص بنهواجسك؟ ماذا كيف؟ لأن السفر هو الذي يصنع الرجال وأنت بحاجة لذلك لقد حن الوقت لتصبح رجلا عذروني لأني أترككم في ظروف كهذه ولكن الضبابة كما ترون يمنعني من الاقتراب إلى شاطئ هذه الجزيرة أكثر من ذلك حسنا يا سيدي إلى لقاء قريبا أمل ذلك لنعود ونلتقي أجب أن تكون حذقا حسنا هيا بنا من هنا؟ من هنا أيها السادة؟ آه من هنا ولكن إلى أين؟ من هنا أهلا وسهلا بكم إننا نرحب بكم في هايدروستازيا سأخذكم بنفسي إلى العاصمة سالوفيل سالوفيل؟ نعم إنه الطريق الوحيد الذي يوصلنا إنها على مسافة ثلاثة آلاف متر تحت سطح البحر يا لها من فكرة غريبة أمل أنه يوجد على الأقل وسيلة لذلك أو لا لا إن حالتنا المادية لا تسمح لنا بالقيام بمثل هذه المصاريف لا يهم يا سيدي فأنا وأبي نحب السيرة على الأقدام أصيكم أن تكونوا حريصين للغاية لأنه من السهل أن تتوهوا بسبب هذا الضباب الكثيف لا تخش شيئا بهذا الخصوص فنظرنا يخترق الضباب ولا يتأثر به ونرى إلى مسافات طويلة نحن على عكسكم تماما لا نستطيع أن نرى أبعد من أنوفنا تشجعوا إن الذي لا يتقدم يتأخر ما أجمل أن نجد أنفسنا أخيرا في الأمان ما أجمل هذه الحرائق ستفيدنا جدا أستطيع تبخير كل الرطوبة التي دخلت في نخاعي الشوكي أقترح يا سيدي بأن أقوم بجولة حول العاصمة لأكون فكرة عن المشاكل التي تشغلكم هنا فكرة رائعة جدا اتبعني يا سيدي جريسو آخ رأسي انظر إنها إحدى المخاطر التي نتعرض لها لا يمكننا التحرك خطوة واحدة أليس هناك تقص جميل في بلادكم كلا أبدا فالظروف الجوية سيئة للغاية لدرجة أننا نجهل لون السماء الهادئ إن التيار الحار الذي يحيط بجزيرتنا طوال السنة ينتج عنه ضباب دافئ وغيوم كثيفة لهذا لا نستطيع أن نرى جيدا ماذا فعلت؟ اعتدنا على ذلك أي يا أمي إنها تؤلم يا إلهي إن حياتكم سيئة أنا معجب فعلا بهؤلاء الناس الذين يتخبطون في كل مكان ويتحملون الجروح دون أن يتذمروا إنهم مجمرون على ذلك لأننا لا نستطيع أن نتوقف عن العمل يا عزيزي فالحياة يجب أن تستمر سيقع سيقع من؟ يا إلهي أنظر لقد وقع في الهوة للأسف هذا يحصل دائما وغالبا ما تكون هناك حوادث أكثر خطورة آه ولكن غير معقول إن قبوله هذا يجب أن نجد حلا رائع هذا ما ننتظره منك تماما يجب أن نضع نهاية لهذه الحالة سيئة رائع ولكن حاول أن تتكلم بصوت منخفض أنا مستعد أن أنقذ هذا البلد ولو كلفني ذلك حياتي قلت لكم لا تتكلموا بصوت عال أبدا هاي فان هو المزعج الذي قذف كرة الثلج لا تصرخ يا أبي أرجوك سأصرخ أريد أن أعرف من نولئ إذن كسبا للوقت سأخذف لها بالآن وسيذب الثلج لا يا أبي كله ولا نار أمل أن تكون قد فهمت لا للنار لا حسنا حسنا لا تصرخ كذا تريد أن تتصرف على طريقتك في هذه الحال سأعود إلى مغارتي وتدبر أمرك وحدك يا ولد فهم مغارتك بعيدة حسنا لقد وجدت فركانا لا يبعد كثيرا عن هنا سأقيم في فوهة وأتنشق رائحة الكبريت بدل أن أسمم رئتي بهذه الرطوبة وهذا الهواء البارد الذي يأتي من أعلى الجبل أنا ذاهب لا يا أبي لا تتركني أرجوك تركني وشاني تعلم أنني أفعل دائما ما أريد إذا احتجت إلى نصيحة تعرف أين تجدني ولان يا سيدي دعني أقدم لك هذه القبعة المضادة لكدمات الرأس لتحمل مرة عندما يصدمون بعضهم ببعض وهذه الشبكة هي شبكة ناعمة ومريحة تساعد على انتشال من يقع في السيول شكرا لك يا عزيزي جريسو قل لي هل لديك اختراعات أخرى؟ بالتأكيد لدي الكثير من المشاريع في رأسي للمستقبل ولكني بحاجة إلى الهدوء والتمأنينة وبحاجة أيضا للحرارة كي أسمعها لذلك أحب أن ألتحق بأبي في فوات البركان لكما تريد يا جريسو لكما تريد ها 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 ما أجمل هذا المنظر هذا مكان صحي من الموسف اللي يعود هذا البركان إلى ثورتي ونشاطه يولمني يا ولدي أن أراك تقتل نفسك في العمل بينما أستطيع حل مشاكلك بنفخة واحدة عليها فقط دعني أفعل ذلك آه ها ها بي لا تعود لهذا الموضوع لا تغضب لكن اختراعاتك تبدو لي طفولية وغبية جدا جريسو كيف؟ هل تقصد بأن الميزالة المضادة للجروح والكدمات والرادار المضاد وغيرها عبارة عن اختراعات غبية؟ نعم أقصد ذلك لأن هذه الأجهزة لن تحجب هذه الغيوم التي تغطي هذه الجزيرة التعيسة لكي نتخلص من كل ذلك لأرى إلى النار التي تذيب كل شيء أرجوك بإنسى هذا الموضوع إنها أخلاق تنين فعلا هيا الوقت متأخر سنذهب لننام تصبح على خير تصبح على خير ها ها ولكن لم أقل بعد كلمات الأخيرة يا وريث العزيز هذا البرتان الصغير قد بقي في ركود لمدة ألف السنين لذلك فإن فوهته مسدودة بالحمام المتجمدة ولكن هناك حيلة ماهرة يكفي أن نفجر الحمام المتجمدة لتنفر الحمام السائلة من جوف الأرض ما بك أبي هل أنت مريض لا سمح الله لا لا أبدا أنا لست مريضا هل كنت أشخر لا لم تكن تشخر أبدا لا ياهم لا ياهم عد ونام إني أتكلم في نومي عندما أحلم تصبح على خير لا تخافوا تقدموا هناك حاجز أمامي على شاشة الرادار وأنا رابو ضوح لتجنب الصدمات تحرك إلى اليمين هيا هنا نستطفع فيه رائع هل عرفتم كيف يعمل هذا الرادار اليدوي؟ هذه روعة ما هذه ضجة؟ حتما إنه انه نهيار ثلجي آخر لطيف إن فوهة البركاني قد بدأت بالذوبان ها ها أنا رائع هل هو نيار ثلجي؟ لا أدري بالطبق يا عزيزي غريسو حسنا حسنا كنت متأكدا أن فكرتي الأحسن أعتقد أنه لا يعجبك هذا يا عزيزي غريسو لكني لم أعد أحتمل فكرة تنضية شبابي كل هنا لقد لجحت إنها ضربة معلم لقد نجحت لقد نجحت هذه الحرارة المتصاعدة من الحمام ستزيل الغيوم التي كانت سببا في تكوين الثلج وداعا أيها الضباق رائع رائع أباك البركان أباك البركان رائع 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 هذا حرم الشمس إذا كان هذا البركان قد استيقظ فلأن أحدا فعل ذلك رائع رائع انظر يا غريسو إلى الثلج كيف يذوب انظر هل تشعر بالحرارة هذا واضح لا أحد يمكنه فعل ذلك إلا هو هو فقط عادته باستمال قطيفة الله إنه أبي تنين أبي إلى أين تذهب يا غريسو إلى أين لو كنت أعلم هذا لما أقضت هذا البركان أبدا توقف عن البكاء توقف يا غريسو لا يهم هذا توقف كفا كنت تريد أن يسخروا مني باستخدامك النار لا أبدا أردت بكل بساطة أن أبرهن لك أنك قد حصلت على نتيجة أسرع باستعمال النار التي هي أفضل من اختراعاتك يا ولد كفا كفا أرجو كل اختراعاتك أنت تعمل جيدا أنت لست فخورة أبدا أنا فخور بك ألم تفهمني بعد حسنا أبي سأسلم بأنك حاولت مساعدتي على طريقتك القصة خفت عليك من الإصابة برشحة وبنزلة صدرية في هذه الجزيرة الرطبة أؤكد لك بأنني فعلت ذلك من أجلك تعال يا ولد سنعود أنا وأنت يا أبي إلى مغاراتي ذا أليس كذلك حبيبي كما تريد يا بنا أي ومن يدري ربما وجدنا بريد أن ينتظرنا في صندوق الرسائل أي بريد ربما قبولك الرسمي في الإطفائية ألا يسعدك ذلك أعتقد أنه يسعدك جدا بالتأكيد يسعدني هيا يا أبي لا تضع الوقت هيا بنا إلى البايت هيا 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 أستطيع أن أغيظه بعد الحزن الذي سببته له يجب أن أصبر نعك حق لأنا ابنك في يوم من الأيام سيصبح رجل إطفاء يا إلهي انظر إلى فاتورة الكهرباء التي يجب أن ندفعها هذا الشهر من أين أتيت بفكرة تجهيز مغاراتنا يا جريسو كما لو كانت مصنعا كبيرا ماذا يا أبي إن زمن قنديل زيت قد ولوا وانقطع يجب علينا أن نتماشى مع تطور العصر آه لقد أفرغت محفظتي لشراء الأدوات الكهربائية التي لا نفعلها لأنك تعيش في عصر التقدم في زماني أنا كنا بغنى عن كل هذه الأدوات وكانت حياتنا أفضل بذلك الزمان الغابر كنا نستعمل النار التي كانت تحل كل مشاكلنا ما حاجتنا إلى كل هذه الأدوات يا جريسو ما حاجتنا إليها أبي نحن لا نعيش قبل التاريخ يا أبي لكل شيء النهاية انظر كيف سأتناعب بهذا العداد يا ولد والآن شركة الكهرباء ستتوقف عن العيش من تعب وعرق الجبيني تذكر أنه من الآن فصائدا سنعود إلى عداد أجدادنا لا شيء غير نار لن نشاهد التلفات أأنت جاد طبعا حينما تردد بأنك تريد أن تصبح إطفائيا أنا جاد حسنا يا أبي ما دمت تستهزئ بها كذا فأنا ذاهبا في الحال هذا حسن لديك فرصة أن تصبح إطفائيا كما لهذا العداد القدرة في يوم من الأيام أن يسجل استهلاكي أوه يا إلهي هل حدث زلزال؟ طوال عمري يا أبي وأنا أحاول أن أقول لك بالرغم من أنني الوريث الوحيد أنا سأطفئ الناره هذا خطأ يا عزيزي جريسو لقد جئت لأقول لك بأن طلب تعيينك في مركز الإطفاء قد رفد تماما يا جريسو الله هذا غير معقول كنت تقول يا سيد سيدريك بأنني سأفعل كل ما بوسعي لقد حاولت كثير ما العمل إذن؟ ستجهز نفسك وتأتي بحقائبك لتذهب إلى بولفاريا بمهمة خاصة لحساب الموظمة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة بولفاريا؟ ماذا تعاني هذه البلدة من مشاكل؟ مشاكل بخصوص الكهرباء إنها تماما نفس مشاكلنا وأنا أفهم هذا جيدا حسنا حسنا يا فوم تستطيع أن تفهمهم هذه هي التذكرة تستطيع أن تساعدهم أكثر ولكني لا أفهم بالكهرباء أعرف ذلك أعرف ذلك لكنك سترفع رأسنا بهذه المهمة جاهزوا أنفسكم للصبر سريعا وداعا لكن حظا سعيدا؟ أنت لست سعيدا ها؟ طبعا قلت لك بأن الكهرباء ستفسد علينا الإجازة يجب علينا تجهيز أنفسنا وبالسرعة ألا تسمع يا أبي نحن سنساعدها هذا مطيف وأخيرا وصلنا إلى فولفاريا وكما تلاحظون فإن غالبية الأجهزة قد تعطلت بسبب إصداقة الكهرومغناطيسية التي تسيطر على هذا البلد كيف ذلك؟ نحن نفترض أن الاضطرابات التي تتأثر بها هذه الجزيرة هي من أصل جيولوجي انظر هناك تيار بحري يدور حولها دون توقف والمياه ساخنة إلى درجة أنها عندما تلامس الشاطئ الغنية بالمعادن خاصة الحديد تتحول هذه الأرض إلى مولد كاربائي وهذا يشكل أكبر كارثة من نوعها وينتج عنه دمار كامل واضح؟ اه قصص الماء والكهوبات في الاشميزاز تمسكوا جيدا سنحاول أن نحبط تمسك يا أبي اهلا بكم يا أصدقائي الأعزاء أرحب بكم ما هذا اهدأ ولا تتحرك توقف ماذا؟ أنا لست طاولة سيدي لا تلاقش وإلا سأغضب أنت دائما تسهر لأدفع الأسباب لا يا لفرحة هؤلاء بطريات حقيقية لا أصابعك بفيش كهرباء وسترى نتيجة إني أعفيكم من مهامكم من الله أفضل أن تأخذ مهدئا يا سيدي أرجوكم أيها السادة لا أحد يتكلم إلا إذا سؤل لا 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 قد بدتوا عذور لا تعودوا للشجار وإلا أحرقتوا الجسور لا 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 أرجوك لا 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 يا جريتسو أتينا هنا لمساعدتهم ويستقبلوننا أكده أنت على حق إنه شيء مخجل حقا ولكن لا يمكننا أن نتصرف غير ذلك وهذا بسبب الكهرباء التي تسيطر على عدائين هيا هيا نحن مع الضغط لا تخافوا والآن أيها السادة تابعوا معي سأشرح لكم ما يحدث بالتفصيل انظروا هذه الجبال الوسطى تحتوي على الحديد والثلال التي تحيط بها على الكربون بينما السهل هو عبارة عن صفيحة من القصدير وعلى الشاطئ فالرمال ما هي إلا عبارة عن النحاس إن أرضا تحتوي على كل هذه المعادن ستغنيكم ولكن حتى الآن لم تجدد لنا سوى القرار نحن نعيش على مركز كهربائي حقيقي هذا المجرم نحن نعيش في عصفة دائمة تقريبا كما لو كانت الطبيعة تشن علينا الحرب أبي أبي أنت بخير؟ طبعا أنا على أحسن حال لطيف هذا منعج جدا لطيف هذا معقول يا إلهي إن الإشعاعات تزاد أكثر فأكثر أنظر تحيطنا بهالة من الإشعاعات روعة جدا إننا الآن تحت خطر الأشعاع أبي هذا جميل جدا لما تسلّى في حياتي كما هو اليوم هو محبوب لأنه يتسلّى بهذه الأشعاعات لقد خفت الإشعاعات هذا رائع ما هذا الجو المجدد الحيوي أشعر كانني حدث قرون أما أنا فإنني أشعر العكس تماما أريد أن أقص كمية الكهرباء في الجو أنا ذاهب إلى السوق سيدي هل تريد شيئا؟ كلا شكرا الكهرباء تزاد هذا خطر جدا أنجد 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 ماذا جرى له؟ ماذا جرى يا غريسو؟ عرفت لماذا؟ لقد التقطت طاصات الدوالي بالكهرباء المحيطة فتحولت إلى محركات هذا كل ما في الأمر صباح الخير فهم لما كنا أعلم أنك هنا صباح الخير سيدي صباح الخير ماذا حصل يا غريسو لماذا؟ هذه ليست غلطتك لقد شحنت ما بالكهرباء يا أبي من قطبين مختلفين أنت بالكهرباء المجبى وهو السالبة أنا أسف سيدي لم أتوقع ذلك أنا أسف ولا تبال يا سيدي نحن معتدون على هذه السيئات المناخ هنا نناسب جدا الرائع الرائع لطيب لطيب جدا لطيب يا جدا لطيب منعش 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 إني لا أفهم لا تحاول فنحن التنين خلقنا هكذا علينا أن نحارب هذه الكهرباء ونتغلب عليها أفهمت ما أقصد يا سيدي إن ابني يعمل ليلة نهار ويقوم بعدة اختراعات ليساعدكم على بقاومة مناخكم الذي لا يعجبكم أنا شخصيا لا أوافقه ولكنه لا ينسط لي كبعة من البورسلين معطفا مصنوعا من القماش الواقي زرعا من الخشب العازل سوف نشكل ملابسا تحمي السكان وتساعدهم في التغلب على الحوادث هذا جيد إنه ممتاز سنبدأ حالا بصنع هذه المعدات وتوجيعها عليكم احتفظت بأجمل شيئا للأخير لأنه كما في العادة يا أبي نحن نقول إن الشر يجب أن يحارب لقد اخترعت ألة تشبه الطائرة الورقية وهي ضد الرعود والسواعق تعلق عاليا في الفضاء وتجلزب رياح الساعقة باتجاهها توجهها إلى نقطة واحدة من أجريسو عبقري هيا إلى العمل إلى العمل إلى العمل إلى العمل أنت لا تطاق يا جريسو هذا الجو صحي جدا فلماذا تلوثه ستغضب كل تنيل في العالم لا يا أبي يجب أن نفكر بحماية البيئة علينا القيام بالمهمة الملقى على عاتقنا يا أبي العلاج الوحيد هو العلاج الكهربائي ماذا؟ علاج كهربائي؟ كيف ذلك؟ موسيقى وبالرغم من توسلاته لجريسو فقد وصلنا إلى المجد أخيرا انتباه هيا اسحبه يا أصدقاء اسحبه اربطوه بسرعة أبي وماذا أفعل؟ مبارك 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 انظروا إنه يعمل مبارك رائع إنه يعمل يعمل لقد شعرناكم أنا سعيدا جدا بهذا الانتصار سيدي يا إلهي نجاح لا اسمح لي يا سيدي جريسو أن أشكرك باسم جميع المواطنين على ما فعلته وأمنحك وسام البطولة الرفيع من الدرجة الأولى شكرا لا شكر على واجب أنت تستحق هذا تهانين وألف مبروك يا جريسو أنت تستحق ذلك ولكن يجب أن تقول لهم كلمة شكر كما تريد أشكرك سيدي وأشكرك كافة السكان بولباريا في الحقيقة أنا شديد لا يا إلهي ماذا فعلت حسنا أنا فخور جدا بولدي فقد أفهمته مرارا أن النار تحل كل المشاكل الحريق قد أزال كل طبقات التربن أسرعوا إن الأرض تشتعلوا على مرحبين لا النار تحيط الآن جبل بولباريا الشامل وبدأت تنشط وتنتشر وتصهر كل المعادن لقد بدأ الجبل بالإنصار فالنار هيا إن ألسنة الله بالفكمة تنزل إلى الوادي وتنتهي في البحر إن منظر المائل عجيب ومضحك لقد اتعادوا عن النار إن تحول التيار سيوقف كمية المعادن التي كانت سببا في خراب وتدمير سكان هذا الثلاث لقد أنقذنا الجزيرة أنا وإبني انظروا لقد اختفت الكهرباء تماما وتخلصنا من كل الكوارث هذا غير صار لم يفكر به إن فكرة استعمال النار هذه حقا فكرة عطرية حقا هذا؟ كنين مثلك استطاع أن يجد حلا جذريا ولكنه بسيط أه أنا سعيد نتمنى للبقية معنا دوما يا سيدي جريسو إن وجودة نين عالي من مثلك يجعل من عرضنا أحدث بلد في العالم أجل أهلا شكرا يجب أن أعود ولكن لماذا؟ ليصبح رجل إطفاء ليصبح إطفائيا إنه ومض قريب لا داعي للعجب يا سيدي لا داعي للعجب إنه جريسو دائما يتعبني إلى اللقاء إلى اللقاء الكهرباء شيء جميل ولكني سأصبح رجل إطفاء رجل إطفاء ترجمة نانسي قنقر لا لم تصرك آية رسالة وقد مضى عليك أسبوع وأنت تسأل لا خمسة أيام فقط منذ فترة وأنت تراوح مكانك بشكلك الشبيه بالتنين وعليان أهدى أعصابي وأصبت دون أن تساعدني يا جريسو حسنا من صالحك هذا وهكذا تساعدني أن أتحمل المسؤولية وسأبقى أسأل وأسأل هذا الوضع غير مريح وغير مقبول نريد أن نرتاح عليك بالصبر يا أبي معقول جدا أن يكون عامل البريد مريضا وأنا قرار توظيفي قد تأخر هذا ما آمل على الأقل لن تسجل سيدرك الرائع بهمومك آآ سمات اسم زوجي لابد أنكما بحاجة لمساعدة سيدها أليس كذلك؟ نعم سيدة روينة أتحرق شوقا لو عرفت بأن طلبي قد قبل في الإطفاءية لا لا يا عزيزي جريسو أنا في عجلة من أمري آسفة ليس لدي الوقت لأسمع منك ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ستساعدني بتسلية السياح يا فصيح لا أبدا أبدا إنما زوجي يرغب بأن تأتيا إلى قاعة المؤتمرات بأسرى وقت ممكن وسيوكل لكما بمهمة سرية جدا آآ فهمت فهمت يريد أن يتخلص منا آآ ماذا تقصد فهم؟ لا شيء قولي له أننا سنذهب إليه في الحالة ليس كذلك يا جريسو يجب الذهاب سنذهب إلى اللقاء تمنياني رحلة منتعة مع السلامة سيدتي عزيزي جريسو هذا كتاب الأتماد الذي ستقدمه إلى رئيس بلدية روز أفريكا وإذا تقع هذه الروز أفريكا روز أفريكا تقع تحت خط الاستواء وهي بلدة صغيرة تعاني من عدم التقدم الصناعي إنها بحاجة لفنيين مهرة ولكن أليس بحاجة للإطفائيين سيدتي؟ همهم الأول أن تصبح بلدتهم صناعية وبعد ذلك يمكنهم أن يشكلوا فريقا من الإطفائيين أعتقد ذلك يا جريسو آه هذا رائع وأحبه جدا هذه بطاقة الشحن المجانية حبا سعيدا طبعا في الدرسة الأولى طبعا يا فهم طبعا يا عزيزي لهذا أنا أحبك إلى اللقاء سيدي إلى اللقاء حظا سعيدا أتمنى لكم التوفيق آه يقول بالدرجة الأولى كما ستتأكد يا عزيزي جريسو أن حالة البلدة الاقتصادية تعيسة للغاية لحظة من فضلك يا سيدي بلدتكم خالية من أي خيرات طبيعية أقصد المواد الأولية أعرف ذلك يا جريسو لا شيء غير الرمال والمياه والبرغش أنا أخاف البرغش لن نكون مظهورين سنراتب كل شيء سيكون صعبا جدا ولكن أبي معي دائما يعتمد علي وهكذا بدأ ولدي جريسو بالعمل والتقطيط الفوري وبدأ يستغل الأيد العاملة كمصدر للطاقة وهذا لا يبدو كافيا بينما مشاريعه توصل دائما إلى ما يطور روز أفريكا ويوصلها إلى قمة التقدم إن المشاريع كان لها نتائج تفوق التوقعات وقد أخبرنا سيد سيدك لذلك حسنا حسنا وصلتنا أخبار صار من مندوبنا في روز أفريكا سوف يقيمون أول معرض للأدوات المنزلية الرائعة هناك يا سادة سأذهب هناك وأرى بنفسي إن كان لديهم أفكار يمكن أن نستفيد منها في الصناعة أنا أفترض أن بلادنا سترحب بالاستثمار لكثرة إمكاناتها اليابان ستكون جاهزة ويشرفها أن تستغل هذه الإمكانات رحلة موفقة أيها السادة وهكذا تجهت الأنظار إلى روز أفريكا لم تشهد روز أفريكا وصولا متى هذا العدد من الخائرات حيث وصلها رجال الأعمال من أنحاء العالم أصدقائي إن البلدة سعيدة جدا بافتتاح أول معرض للأدوات المنزلية بحضوركم جميعا إلى هنا أصدقائي إن البلدة سيارة سميتها الصفارة لتنقل داخل المدينة ولا تستهلك سوى مئة لتر من الهواء المضغوط إنها سريعة وبدون صوت ولا تلوث الجو على الإطلاق هذه الرائحة يمكن إزالتها بالبصل أو الثوم أو النعنع واضح؟ رائحة أرجوكم لا تذهبوا قبل روية اختراعاتي هذه الأحذية عظيمة النعل والخاصة بالراحة وإن الضجيجة المزعجة في سقان البنطال سترصدها أنابيب مارينة تقضيفها إلى الأرض بشكل مخدة هوائية وهذا سيكون زلاجات ليس من الجيب ولكن من القدم وهكذا ننفخ في البنطال سيسخن الهواء ويقين الجليد واضح هذا بدهش طبعا للاهتمام الدولي وضمن برنامج توفير الطاقة هذه هي المكنسة الكهربائية ضرورية في الأمكنة التي لا تتوفر فيها الكهرباء إنها قوية متحركة وهي تقوي العضلات تعمل في ضغط الرشاقة البدنية ومسلية جدا لدينا نموذج ذر أصوات جميلة لا بأس لا بأس إن أي قطعنا أعزائي لتيار الكهربائي يحرمنا من السمال الأدوات المنزلية انظروا سنستعد عن طاقة الكهربائية بلوب الفاكهة إنه مجد ومسلم جدا للأطفال ما رأيكم يا سادة؟ طبق هذا عمليا هذا ليس كل شيء أيها سادة حتى يتمكن الأهالي من مداولة رياضة حية رغم دخان المحروقات أقدم لكم الغطاسة التي بفضلها يمكن تعليم فن الغطس بدون سباحة ولا خطر تابعوا معي رائع هذا رائع مثل البيتزا وهكذا يمكن أن يصبح التزلج بمتناول كل من لديه حماما أليس هذا رائعا يا أصدقائي تابعوا اختراع المطيف إن المهوسين بفايد سيمكنهم أيضا من مزاولة هذه الرياضة حتى وهم داخل المكاتب إنه يعيد القوى إلى كل السمك وخاصة السيئة منها تابعوا هذا خيالي جدا أنت عدد شكرا أنت مدش مدش رائعا والآن يا أصحابي أتشرف بأن أعلمكم بصفتي رئيسا لهذه البلدة بأنني مكلف بإجراء مفاوضات لتصدير هذه الاختراعات أشتريها كلها لا أنا الذي سأشتريها وليس أنت اسمعوا أنا سأشتريها لأن بلادي مهتمة بهذه الاختراعات الهدوء الهدوء بدون تنافس أنت مرتاح؟ نعم لقد أنهقت بعد هذه الانفعالات اسمح لي أيها المخترع باسم جميع مواطني بلدة رز أفريكا أقدم لك هذه الشهادة الفخرية تقديرا لجهودك القيمة شكرا من كل قلبي شكرا اسمي كل الأطفال الحاضرين والذين سولدوا في رز أفريكا لي كلمة أريد أن أقولها يا سيدي المهندس اعترافا وأحجابا بشجاعتك سنقدم لك هذه الباقة الصغيرة من الورود البرية ونتمنى أن تبقى معنا وأن تخترع دائما ألعابا هامة لأبصال هذا البلد من عام سبعة إلى سبعة وسبعين عاما يا عزيزي أنت يا أنت لطيفة أيها يا جريسو قل لهم كلمة أؤكد لك يا أبي ليس لدي ما أقوله فإن خنجراتي تعيبة نريد كلمة نريد كلمة ولكن أنا يا جريسو، يا جريسو، يا جريسو، حتى نريد كلمة أسنا، سأتكلم نظر عندي يا اللهي، ما رفعك؟ أه، 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 أه يا الهي كل النماذج والخرائط اصبحت رمادا لقد ذهبت كل اتفاقيات البيع والشراء هباء سيدي اتفاقياتنا اصبحت لغية انا اسف جدا 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 نحن لا نشتري ولا نبيع رمادا سيدي اتفاقياتنا لغية قيمكم انا سفق ولكن انا اشف اعزائي لا تذهبوا هكذا ستجدون ما تأخذونه معكم من الاختراعات انتظروا لقد ذهبوا جميعا انظر ماذا فعلت يا غريسو انا لست سيئا انا اتردك ولكن سيدي اخرج 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 هذا هو الحل الوحيد يا بني نعم انه الوحيد والحل الاخر هو ان تتركني اعمل مهنة لائقة كاخر سنين اوه اضرحتني لقد خررت اخيرا لن تحمل شعلة ابيك يا ولد انك لم تفهم قصدي ابي اريد ان اصبح رجل اتفاق هذه رغبتي ابي ارجوك وانا اقول ذلك كل اعملي ان اصبح اتفائيا اتفائيا رجل اتفاق رجل اتفاق يقفط عنيفة لبركان الراكد اهو مهرجان الصوت والضوء الرائع اذي اجمل منطقة ننضي فيها استراحة الصيب ابي ابي ماذا تفعل بانبوب الرش هذا السيد شدرك دعاني الى التروبيك علي ان اسرع ابي ماذا تانب هذه القادة الغريبة انها المطار الفضائي سنقوم هناك باطلاق مركبة فضائية يبدو ان ذلك يضايقك ابي عاذر ان لا يرسلك انت ايضا الى الفضاء فمع وجود هذه الوسائل الحديثة يجب ان ننتبه دائما ونأخذ حذرنا هذه مشكلتك دائما ابي ولكن سيدي اشرح لنا عن القاعدة انها قاعدة تروبيك ها الفضائية يا جريسو انها الاولى من نوعها في بلد استوائي هذا جيد لا يمكنك ان تتصور الى اي درجة انا ممتن لك لقد عدتك وساقدم لك رحلة جميلة بعد ان تحققت الفرصة خصوصا وانك تستحق ذلك يوفي سنحضر اطلاق مركبة فضائية يا ابي هذا رائع مركبة فضائية احدى الاختراعات السخيفة ايضا والغير مجدية تماما كخوذة الاطفائية التي على رأسك حين افكر انه كده باستطاعتنا ان نذهب بين البركان الجميلة الذي اتفجر ونسبح في حمامه الدافئة اكد انفجر من المكان لقد تشرفنا بهذه الزيارة يا سيد سيدريك الشرف الكبير لي حضرة المدير سنحرص على المحافظة على السرية التامة اثناء عملية اطلاق المركبة انا لا اريد ازعاج احد مساعدي سيحترمان جميع انظمة الحماية مساعدات ماذا هذان التنينان هل تعتقد ان هذه الوحوش قد انقرضت وكلا يا سيدي انهما يقدمان تضحيات بالنسبة للجميع اعتقد ان هذا الشيء يشبه برج بيزا المائل هذا ليس برج انظر يا ابي انه صاروخ يساعد للانطلاق وتوضع المحروقات في الانابيب الكبيرة فيرتفع الى الاعلى كيف تعرف هذه المعلومات السرية اعرفها اذا اشرح لي كيف يمكننا ان نطير دون ان يكون لنا اجنحة حسنا ابي هذه المركبة تتحرك بواسطة شعلة ضخمة تمتاز بمحركاتها الحديث شعلة من النار تريد ان تقنعني بان هذه الالة تعمل على النار انك تسخر مني لا يا ابي سترى ذلك بنفسك وستعجب كثيرا برؤية النار انا واثقة نار النار هل قلت فعلا النار يا ابني صدق من قال ان الاصيل لا يستطيع الكذب التنين الحقيقي لا يمكنه ان يتنكر الاسباط اجداده كنت عالم في قرارة نفسي ان قصة الاطفائية هذه لم تكن سوى الدلعان فقط كلا يا ابي انت تقول اي كلام انا تنين ادفائي في المستقبل وسأكون ضد نار سأحاربها تذكر هذا جيدا اذا لماذا اتيت الى هنا هل تطفئ المحركات بمبو بالرش ان نار المحركات هي نار ضروري ونافع ارجو المعذرة السيد سدرك يبحث عنكما ويريدكما في الحال من اجل الانطلاق هيا ابناء ارجو ان يكون كل شيء جاهز لم يحن الوقت بعد ولكن سنشرح لكم ذلك هنا ايضا لا يحترمون المواعيد ابي ان هذا يحتاج الى وقت اها هذا عالم فضاء يصدق الآن الطقس يسوء حضرة المدير لا تخلق يا سيد سيدرك هذا التقلب في الطقس كان متوقعا ولن يدوم طويلا لحسن الحظ ان امامنا بعد ستون دقيقة لعملية الاطلاق مداء النسر الاسود يناديكم اسمعك جيدا حول العواصر تشتد ماذا نفعل كل شيء على خير ما يرام ايوه النسر الاسود حول علماء الفضاء ماكثون في مكانهم انظر كيف يجلسون لانهم في القمة وفي وضع عموديا ابي اعتقد انه عند الوصول سيقفون على ارجلهم هل اوضح سأناديك لحظة اشعال النار هذا عالم معقد هناك رسالة الارصاد الجوية لكم تفضل سيدي ملك نظر عمد هنا النسر الاسود ان المنظر يلتقط صورة مكلقة لكم حضرة المدير تفضل وانظر هذا التيار وكأنه يطلع من قاع البحر سيدي اذا انا عاجل من المرصد الجوي ما هذا كان يجب عليك ان تحذرنا من كل ذلك يا هاريسون لا يجب ان نهرب بسرعة انها النهاية هيا مختبئ هيا ها يا الهي ما الذي يحدث في الخارج اطلقنا سفارات الامدار تأكدوا ان الفرقة وصلت الى الملاجئ دون صعوبة لماذا تمنعني مدخة المياه من رؤية المشهد هذا عدم احترام سأعلمهم الادب لا لا الا هذا يا ابي حافظ على هدوئك ارجوك انا غضبان انا في حالة غليان لماذا يفعلون كل هذا بيا ولد مدخة المياه ستكون جاهزة حالا سيدي الدماغ الالكتروني قد اوقف العد العكسي حدد العطل وانزل رواد الحضاء اولا هذا مستحيل ايها السيد لماذا الدماغ الالكتروني قد اوقف العد العكسي لانه اكتشف انقطاع التيار الكهربائي لهذا يا سيدي توقفت المصاعد الكهربائية في هذه الحال سنستخدم مصاعد الناجدة الرياح قوية جدا ويخشى ان تخرج العربة عن السكة لذلك من العضل ان يبقى الرواد في كبسولتهم على اي حال تفقدوها الوضو اصبح مقلقا حضرة المدير القاعدة متأهبة استطيع بنفخة واحدة ان احول هذه المياه الى بخار واجعلها تختفي كثلج تحت الشمس هل تريد ان نحرق من الافضل ان تصمت وتختبئ في ملجأ ضد الاشعاع الزري هيا تحرك هيا كنت احاول المساعدة ابي ان المركبة تحتوي على الاكسوجين السائل السبع للاحتراق لذلك فاي شرارة كافية لتحويل المكان الى رماد الاعصار من جهة والاكسوجين السائل من جهة ثانية ما هذا ان الخطر يحض بنا من كل جانب هذه الشاحنة محشوة بالمترول يا رجل ورح في خطر خذها الى مستودع بعيد واذهب انت الى الملجأ هيا هيا تحرك بسرعة يا صديقي هيا ان فرقة النجدة تعمل على اكمل وجه بعد ان فصل الطيار الكهربائي سيدي عاصفة جديدة انها تهدد المركز بقوة حول نعرف ذلك لماذا لا تنزلونا لا تبحثوا في الموضوع فالافضل ان تنكثوا في كابسولتكم حتى تهدأ العاصفة جيدا هذا ما اريد توضيحه لكم النار 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 تنتشر حولنا يوجد حريق يوجد حريق ماذا نفعل الان تعال بسرعة يا سيد سيدرك الحريق سيصل الى الصاروخ المركز سيانفجر يجب ان يقضروا سيانسى اهربوا بسرعة ايها النصر الاسود اجبني ارجوك لا تتركون هنا سنحترق اخرجونا من هنا النجدة لماذا يصرفون هكذا النار 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 نوعديك عادتي يا لفرحتي بالإقراء هذا الصديق القديم يا لهم المشهد الرائع اتسمي هذا مشهدا انها مأساة كارثة اين المأساة اين الكارثة لن يشعل احد اجداك نارا كذا بمناسبة حفلة صغيرة يا ولد اسقط ارجوك يجب اطفاء هذا الحريق نعم اذا نبدأ العمل والانت الأطفاء أليس كذلك ها 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 كيفك مزاحا إن واجبنا إنقاذهم أنت على حق نحن غير قابلين للإشتعال أما هم فليسوا كذلك أنزلونا من هنا ألقذونا بسرعة بسرعة إننا آتون لإنقاذكم استقبلونا استقبلونا نحن نستطيع أن نسبح بين ألسنة اللهب نخرجهم من الجهات الثانية أبي ولكن كلما ارتفعنا كلما خفى الهواء لا يستطيعون التنفس أوجدتها سنأخذ المصعد هيا بنا إلى الأمام خذ المقصورة إلى أعلى في هذه الأثناء سأفتح الباب هناك ولكن أعتقد أن العربة ستحميهم من الحرارة وهذا واضح جدا أبي هيا بسرعة انتهى كل شيء النار انتهى كل شيء وعرف الآن ماذا سأفعل سأعالج النار بالنار هذا شعاري هيا بماذا سأفعل هيا بماذا سأفعل هيا للداخل عيش بيلي يعيش غريسو يعيش غريسو يعيش غريسو يعيش غريسو سعيد غريسو نعم أنا سعيد كنت رائعا أبي كيف وجدت مساعدة يا أيها المدير إنهما رائعان حقا أليس كذلك أجل أجل يجب أن أقر بأن أعمالك تفوق سنك الحقيقي هذا لا شيء يا سيدي سترى قدراتي الحقيقية عندما أمارس مهنتك إدفائي ماذا قال تابس الفكرة سأكون أولا تنين إدفائي ولست بحاجة إلى سلم لأنني أطير هذا اليوم الكبير لم يأتي بعد يا غريسو بواسطة المياه يمكن أن أفعل الكثير الكثير ألن تغير هذه الإسطوانة حسنا هذه المرة ولكن أرجو أن لا تكرر ذلك سأغضب منك كثيرا بعد الآن أكرر سأصبح يوما ما رجل أدفع عرفت أبي رجل أدفع أرجوك رجل أدفع أرجوك رجل أدفع جريسو ترجمة نانسي قنز ديرس لك جريسو أخذ هذه رسالة لك آه أخيرا الرسالة أكيد أنه عقد العمل في المطافق أبي سيد جريسو جوابا على طلبك للانخراط في سلك المطافة لا يوجد مكان شارع الله أنا لا أحب هذا أبدا جريسو جريسو أترك هذه الفكرة نهائيا فهذا لن يوصلك إلى شيء اكتفي فقط بأن تتعلم مهنة التنين إنها ممتعة ورائعة وكلها نار سيد فوم هل تسمح لنا بالدخول؟ أهلا أهلا سيد سيدرك برخبا بك دائما في كوخي المتواضع تصرف كما شهد فأنت في بيتك جميل أن نستنشق الهواء الجافة هنا ولا توجد رطوبة يا إلهي الكراسي تتقطق لا 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 تقلق إنها وصلات عظامنا التي بدأ ينخرها الصدق فتصدر هذا الصوت المزعج إن هذين الشخصين الذين قدم معي إليكما هما صديقان لي من دولة الفتية تدعى فولو أهلا أهلا إن سبب زيارة هو لدعوتكم لقضاء بعض الوقت في بلده بالنطيف وتحكمون عن قرب إذا كنتم ترغبون في حل مشاكله لابد أنها مهمة عافنة فوم أنا لم أقل شيئا سيدي لقد خططت المنظمة الدولية التي أرأسها كل شيء ونظمت لدي الآن الأوامر والبطاقات والتصاريح والحجز على الطائرة البرمائية البرمائية؟ نحن مضطرون لاستعمال الطائرة البرمائية لأن مدرجة مطارنا أصبح مغطا بالمياه الكثيرة حقا؟ بالنتيجة أيها الأصدقاء فإن منظمتنا ستكون ممتنة جدا لقبولكم دعوة البلد الفتي بولو لم أفهم؟ شكرا يا فوم أعتمد دائما على كرمك أعتمد علينا أنا أعتمد عليك دائما يا كريسو فأنت من المنقذين الجيدين وداعا وداعا لم أفهم؟ كن شجاعا يا أبي إن الواجب يدعونا هذا الواجب يتقصدنا دائما لقد وصلنا إلى فونو جميل أن نعلم مسبقا أن اسم هذا البلد لم يكن من باب الصدفة هذا رائع هذا شيء بسيط ستشاهدون المزيد بعد قليل هذا هو سيد سيدريك صاحب الأعمال الباهر إنه يرسلنا لحل مشاكل الصحراء وعند رأس بركان جميل أهلا بكم 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 أ في اليوم التالي شرح هلال السيد على الموقع وفي المنحضر مشاكله التي لم تكن إلا عن المياه هذا المنحضر يحمل من الانجراف والغرق عند الأنقار الشديدة انظروا جيدا من المؤكد من المؤكد أنكم ستجدون البيت الذي غطته المياه وزرعها هي كما تريدون انظر حولك جيدا وستعرف ما أعني آه نعم أرى ليس بإمكانك أن تزرع كل ما تريد هنا هذا شيء مأسفا حقا بكل أسف يا جريسو حتى البرسيم يتعفن قبل موسم القطاف إذا كان هذا ما يحدث للبرسيم فكيف توفرنا العلاف ليس لدينا مواشي هنا سوى الضفاضع هذه الضفاضع موجودة في كل مكان ولكننا لا نستطيع استعمالها كحيوان للجر أو النقل لأنها صغيرة جدا صدروها صدروها إنها مزعجة جدا ولكننا لا نستطيع أرجوكم لا تيأستو من المؤكد أن لديكم صروة طبيعية لا لا يا عزيزي جريسو الضفاضع أحدها متوسط طوال السنة والناس بدأوا يقضيقون من كثرتها هذا ليس مدهشا ولكن يؤثر أنه لم يحصل شيء في استطاعاتنا إقامة سد ضد أمواجي البعح وهكذا سريعا أصبح مشروع جريسو قيد التنفيذ وكل الناس ساعدونا ورغم هذا فإن العمل كان بطيئا فكرتك السخيفة حكمت علينا بالحطاء هنا كل هذه المدة هذا لا يعجبني فأنا لا أستطيع العيش أكثر في هذه الرطوبة سأستعمل المحراق لأنهي كل هذا العمل السخيف لا لا يا أبي لا لنار أرجوك إذن ما هو مخططك لتشفيذ الأراضي التي تغطيها المياه يا ولد انتظر يا أبي رسوما أنتهي من مشروعي مضى شهر وجريسو يعلن عن تحقيق بدعته المضخة العائمة وكما سيتبين لكم فإن القوة المائية هي التي تشغل المضخة التي تشكل بدورها مولد الهواء المضغور الهواء بدوره يضغط بقوة تحت الأرض يشكل جيوبا هوائيا بإمكانه رفع القشرة الأرضية كما هي الحال في بلون هوائي عادي وهكذا تدريجيا ترتفع التربع وتصبح بمأمن عن مياه البحر هذا رائع جدا صديقنا جريسو عبقري بالفعل فلنفذ فكرة المضخات في وقت قليل تم إنجاز هذه المضخات بدأت تعمل بفعل ولدي ولكن دون إهبار أي وقت وبهمة ونشاط بالغين راح ولدي جريسو يطرق المشاكل الأخرى التي تعترض تعاش هذا الملد المضغي في الهاد فذه هي الرواع هذا هو العقل انظر أبي انظر يا سيدي إن تجربتي قد نجحت تماما أصبح بإمكانكم العمل دون توقف انظر إلى الدفضعة سنعود إلى الحديث عن الضفاضع إن دفضعة لفونتان قد انفجرت بينما دفضعتي لن تنفجر بفضل علاج هيرموني إنكم لم تروا كل شيء لقد وجدت وصفة تجعل القصب قابلا للأكل وللعب بعد شوية وتمليحه ووضع البهار عليه وبعد 24 ساعة كله وتذوقه ما رأيك؟ نذيذ نذيذ جدا ما رأيك أبي؟ لطيف بإمكانك أن تكون فخورا بالعمل الذي قمت به وهذا يكفي حان الوقت للعودة إلى البيت للراحة اسمع لا تغرق في شبري مياه جريسا إن طموحه سيخسرك جريسا أعرف ما تريد قوله لطيف لقد أكلتنا الرطوبة هنا يا ولد وأنا الأقوى على هذا وكما أن التنين له أجنحة واكد لكم بأن الأرض أصبحت نظيفة وخصبة بفضل مضخات ولد جريسو أصبحت كل الأرض مروية وقد أمرت بحراثتها أنا لقد أصبحت لفضعك ممتازة وتعمل كحصان جرار إذا لم تستخدمها للسباق فللرقص للرقص يا أبي لا تهتم لقد لحظت تقسير نعم ولكن توقف يا بني عليك بالراحة ولو وقت قليل لقد بدأت تتقدم بالسن وكلال وقت قصير أصبحت مرهقا بدأت تعتص لقد ضعفت وخسرت لون وجنتيك الخضروتين كلا كلا يا أبي سبق أن شرحت لك إنها الرطوبة سأشفى سريعا بطريقة ستشفى فهم الرائع عد لك مشروبا من النفط والكبريت الناعم وقطعة من الحامض مع الفوسفور فتشربه وتذهب للنوم وسنرى إذا كانت الرطوبة التي أطعت بريئتيك ستقاوم هذا الدواء القديم الذي يتداوى به الأحصنة إنما قل التنين لكن أبي تسقط أو أزيد على المشروب بعضا من الديناميد حسنا أبي كما تريد بفضل طريقة الأسطورية فإن جريسو سيحصل على راحة ما استحقها وهكذا وفي هذا الوقت فإن سكان البولو سيتعودون على حياتهم الجديدة لنحمي صحتنا بفضل وصفات الدكتور جريسو تظلق هذا وسوف ترى انظر إلى هذه القطعة من القماش التي أنهيتها بفضل مهنة الحياكة إنها طريقة العنكبوت التي ابتدعها جريسو إنها ناعمة كيف الصحة الآن؟ أحسن بكثيرا يا أبي إلا أنني أشعر بغليان في صدري لا أعرف سبابه هذا التخص الرطب يصيب كل تنين صغير عليك تدفئة صدرك بنارك اللاهبة الرائعة كلا لا أريد النار إن ناري تبعث في الزوابع أنت الذي تخاطر بالتعرض لها حتى آخر الزمان الكالتة إذا ما استمر الضعف في صدرك يا ولد هذا صحيح أعرفه ولكن ألا تريد أن أحرق شيئا هذا لدي الفكرة بإمكانك أن تجفف علقك في هذا البئر المهجور وهكذا لن تحدث أية أضرار ولن يشاهدك أحد فكرة جيدة أبي سأتجه إلى البئر سأركز سأبدأ بالعدد واحد إثنان ثلاثة أحفظ أحفظ قليلا إذن ابدأ سخن سخن يا عزيزي جريسو أعد الكرة أنفخ اللهبة بكل قوتك إلى الأمام يا ولد أحفظ قليلا أعترف أني للحجر ليتظاهرة بهذا الحجر ليلما ينفح جريسو النار ويطرفها من ثلث في جوك البئر ارتفعت قرارة الهواء المدينة قمة الأرض وكلنا يعرف أن الغازات تتمدد بفعل القرارة ولا تنسوا أن الهواء أغاز ماذا يحدث لنا فالأرض بدأت ترتفع إلى الأعلى إذا استمرت هكذا فسوف نجد أنفسنا فوق تلة عالية إن كلمة تلة هي تعبير متواضع فالجيب الهوائي المضغوط والحار يدفع البلد كله إلى ارتفاع هائل يا إليل ماذا فعلت أنا أيضا آه لطيفة أنت ترى هذا لطيفا إنها كاربا كاربا انظه إلى هذه العجوبة تبلك يا مرشار إنها غلطتي غلطتي الكبيرة لا أريد هذا دائما نساش الأخرين لا أفهم هذا شكرا لك يا جريسو شكرا جزيلا أخيرا وجدت اختراعا لتخليصنا من الرطوبة ومن أمراضنا الصدرية سنتمكن من تعبئة رئاتنا بالهواء النقي وتكريما لك سيصبح اسم بلدتنا من الآن فصاعدا جريسو فولا لا أفهم يجب أن تفهم يا ولدي بأن حرارتنا الداخلية هي السرنا الكبير وبهذا تفوقنا على كل الاختراعات العالمية الحديثة آمل أن تكون قد اقتنعت آه اقتنعت إذن ممتاز إن مهمتنا قد انتهت سنعد حقائبنا وسنعود عن طريق محيرة البراكين نعم يا أبي لنذهب حالا الحمد لله يا كبير يا صغير يا ولدي يا أبي أنا الآن أعتقد أن غيابنا قد مهد لنا عملية وصول كتاب قبولي في الإطفاء من المؤكد أنك أصبحت من فئة الميؤوس من شفاء وماذا بإمكانك أن تفعل لاحقا سنتكلم عن كل هذا الآن ارفع هذه الخوذة عن رأسك العنيد وعندما نصل للكوخ نتفاهم أيضا عن كل ذلك أعسف أبي لمعاندتك لن أرفع هذه القبعة لأنها ضرورية لرجال الإطفاء أليس كذلك؟ سأصبح رجل أطفاء سأصبح رجل أطفاء سأصبح رجل أطفاء انظر من هنا أبي أيها الأصدقاء العزاء إنها لفرصة سعيدة نراكم ثانية أنا أعرف لماذا أتيتما تريداني أن تعرفا حتما إذا كان جريسو قد أصبح إطفائيا ليس كذلك؟ نعم نعم العناصر كلها كاملة للأسف ليس بعد لا أنا يائسا جدا إني أفهمك يا صغيري ولكني وجدت لك عملا مشوقا باستطاعتك حل المشاكل التي تتخبط بها دولة كونترنيديا الصغيرة يا عزيزي جريسو هذا شرف لي هذا هو أمر تعيينك وتذاكر السفر وماذا علي أن أفعل؟ ستعرف كل شيء في حينه هيا أذهب ولا تتأخر عن موعد القطار إنه صغير ليذهب وحده سيدي معك حق يا فوم ستذهب معه إنك بخبراتك وحكمتك ستساعد جريسو في مهمته إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء سيدي ماذا سنفعل؟ قبل كل شيء أريدك أن تخلع هذه القبعة علينا ألا نتأخر عن القطار هيا يا أبي عزيزي جريسو إن رسالة التوصية التي أعطتك إياها المؤسسة العالمية تملأ قلبي بالأمل أنا أتشرف بذلك سيدي أرجو أن تعرض علي المشكلة بلدتنا صغيرة لا يمكنها أن تعيش إلا من دخلها المحدود في صناعتها المحلية الغير متطورة ومن الصعب حماية اليد العاملة في البطانة لهذا أوجدنا ضرائب على كافة الواردات في المواد الأولية وهذا سيساعد على عدم تشجيع الاستيراد وإن مؤسسات الحماية ستشهد حملة من قبل المهربين الذين يشكلون مجموعة يديرها إثنان هما جيني بوس وديد الكبير وموظف الجمارك ألا يعملون؟ إنهم يعملون ما يستطيعون جريسو ولكنهم عاجزون يا عزيزي بالرغم من عزمهم وقواتهم الغرش هو المسيطر ونحن على شفير الهاوية ما هذا سيدي؟ هذا خطأ تشجع يوجد حل دائما هذا أمرا خطر ولكن ليس إلى الحد الذي تتصور آه جريسو لا تحاول أن تعزيني مهما يكون ستذهب لتتفقد مركز الحدود وتكون فكرة صحية سأذهب بسرعة استرح أنت وإلا ستصاب بذبحة صدرية يا حضرة المفتش نحيي فيك المسؤول الذي كنا ننتظره منذ زمن شكرا تصرفك أني لست هنا أمرك سيدي هذا الولد يا ولد يبدو موظفا لطيفا بالفعل ولكنه غبيا قليلا توقفوا وصرحوا بما لديكم هيا لدي هذا الكناري ماذا؟ هذا الكناري؟ نعم سيدي ما هو لون الكناري الطبيعي؟ أصفر ولا ذب نفسجي؟ ولكن هذا له منقار غريب؟ نعم شكل منقاره يخدع كثيرا لأنه آت من الهند سيدي آه لا نفهمت في هذه الحالة أسمعه لك بالمرور الحيوانات الأليفة لا تدفع الجمارك شكرا سيدي شكرا هذا لغز يصب أن أفهمه الآن أستطيع أن أفسر قلق ويأس الرجل أعتقد أن هذه المافيا من المهربين سوف تأتي على نهاية هذا البلد إذا لم نتدخل بسرعة يا جريسو ولكن سيصب عليهم أن لا يقيموا أدنا لي ولك دعني أصحح من قضلك أنت تقصد طبعا في حجمك أنت لأنك مكلف بمهمة رسمية أما أنا فيكفيني أن أكون المرافق المتواضع لولد المفتش جريسو ماذا تريد أن تقول؟ بكل بساطة إن العمل الوحيد الذي تعلمته هو إشعال كل شيء في أي مكان كان وبعاية طريقة كانت وهذا طبعا لا يفيدك بشيء لا يا أبي أنت لم تفهم أن في أيامنا هذه المشاكل لا تحل بالأسهم النارية أي بالعنف هذه طريقة قديمة فنحن لم نعد في القرون الوسطى حسنا حسنا كنت أقول ذلك لمجرد الحديث لدعي للغضب حسنا لنرى ماذا يجري من أشياء مهمة عند الحدود ليحفظك الله يا صديقي ضابط الجمرق هل لديك شيء أن تصرح عنه غير ذلك؟ هذه فقط وأنا هذا وأنا هذا فقط أما أنا فمعي هذا وأنا معي هذا فقط هذا ليس ممنوعا كفا كفا لقد فهمت هذه الأشياء موفاة من الجمالك تفضلوا بالمرور شكرا 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 اتبعوني بهدوء كلكم موجودون نعم الآن إلى العمل فليأتي كل واحد منكم بالأشياء المهربة هيا لا أريد تأخيرا هيا بسرعة هيا إنهم أشرار لقد نجحنا وكان المقلب مضحكا جدا لا ليس كذلك سأقبض عليك أيها المهرب الخبيث ماذا تريد أن تفعل يا إلهي للأراب الجبناء يستسلمون دون مقاومة ماذا تفعل هل أنت غبي؟ أعتقد أنني جيد أنت هنا لسا لتعتقد بل لتقوم بمعامرك إن هذه العصابة يجب أن تدعى بالسجن فورا هيا لحظة من فضلك يا جريسو بهذه البضاعة الممنوعة يمكنك الترقض لتمسك بنا الجميع للأباب ورحلة سعيدة الطبيعة تدهجني دائما أرأيت هذه السحابة يا جريسو ما تركض عكس الريح مستحيل يا أبي ولكن آه فهمت إنها العصابة أيها العصابة سأخل لك شيئا أبي يجب أن نضع حدا لهذه المهزلة هناك هذا ليس سهلا يا جريسو إننا لسنا مسلحين إلا بقذفة النهر لا أرجوك لا تصبح الزيت على النار يا أبي لا تصبح الزيت على النار لقد شرحت لهم الخطر الذي سيتعرضون لها هل هم صمت؟ هيا أعتقلهم هيا أمرك سيدي اقبض على هذين الاثنين واخذ البضاعة بسرعة هيا اذهب أمرك سيدي لقد طفح الكيل ولكني سأريهم هذه المرة لن أستسلم أنت رائع يا عزيزي جريسو لقد بدأت تزرع الرعب في صفوف العدو لم ننتصر بعد يا سيدي إننا لم نقبض بعد على رئيس العصابة وطريقة الوحيدة للقبض عليه هو أن نمسكه بالجرم المشهود فعلا أعتقد أنه سيعيد الكرة توقفي ألا هوية من فضلك هذه هي هويتي تفضل أيها الأسكري تفضل ما هو هدف رحلاتك سيدتي إنني أبحث عن مناطر طبيعية جديدة إنني رسالة لا لديك ممنوعات آه كلا ليس معي سوى أدواتي الرسم والدهان تفضل وانظر بنفسك إذن تفضلي بالمرور آه شكرا شكرا لك أيها الأسكري لحظة الشعر المستعار وأدوات التجميل يجب أن يدفع عليها جمرك أجل أجل في هذه الحالة أنا أحترم القانون كم سأدفع آه لاحظة لاحظة يجب أن ألقي نظرة على هذه الأشياء مجموعة طوابع هذه أنت التي ترسمينها أليس كذلك؟ ليست أصلي إذن أنت تريدين إدخال الورقة بالخفية أنت معتقلة يا صاحبة الشعر المستعار رائع رائع سوف نعتبرك بطلا أيها العزيز جريسو يجب أن لا تبالغ التهريب وقوبته السجن لمدة ثلاثين يوما تيسعة وعشرون يوما قسمت أنت هذا أمر في كل الأحواس أرقيك وأرفعك إلى رتبة فارس تكريمنك على جهودك القيمة يا جريسو هذا شرف كبير لي ولكني لم أربح بعد سوى معركة واحدة في الحرب يا سيدي أنت متواضع جدا فهذه الأوسم لا تعتبر سوى مكافأة لجزء بسيط من قيمة مساعدتك لنا جريسو أشكره أشكر ماذا سأقول؟ لا تكن خجولا قل له بعض الكلمات الشكر بحرارة بالرغم من الانطراب أود يا إلهي ماذا فعلت؟ يا لتعادتي إن جميع الأدلة المادية قد اختفت فالتعش يا جريسو لقد أهرقت الأدلة هذا ما يمكننا قوله انتظر قليلا أرجوك أن تلاحظ أن هذه القافلة بدل أن تكون من القباش فهي من الذهب الخالص ليس صحيحا طبا أعتقد أن ذلك سيفيد بالتأكيد نحن الآن دينا الدليل القاطع وسنعقبه أشد العقاب يستحق السجن مدة طويلة يا سيدي يعيش جريسو وكل ذلك بفضل الله بالذي يكمن في صدر ولدي أثني أبي لا تقول هذا أبوك على حق يا جريسو أنت حارس جيد للحدود وعلى شرفك سننظم حفلة مشائل وألعاب نارية فليتاهي الجميع للحفل كفا 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 اسمته جميعا لا أريد لا أريد حسنا يا ولدي المتعب هل تريد العودة إلى البيت هيا أريد العودة عند رجال الإطفاء هل تفهم رجال الإطفاء إطفاء ماذا الإطفاء من جديد هذا غير معقول غير معقول غير معقول أبي 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 انظر إلى الهدية الجميلة التي أخذتها من السيدة روينة إنه خرطوم لأتمرن عليه كما يفعلوا الإطفاء إيون كان الأجدى بها أن تهديك علبة كبريت مناسبة ولكن يا أبي ألا يمكنك أن تتصور ماذا يمكن العمل بخرطوم يكفي أن ننظر إلى هذا الخرطوم حتى تنهر أعصابي أنت تعلم جيدا أنا لدي حساسية للمياه يا ولد ما المشكلة يا عزيزي فوم لا لا يا سيد سيد لكننا نتبادل الأفكار أنا وابني ونتكلم عن الأمطار والشتاء والطقس الجميل فالطقس الجميل يا عزيزي فوم فإن الإنسان يطلب والله يعطي لنرجع الآن إلى الموضوع الذي من أجله أتهت بصفتي رئيسا لمساعدة الدول المنكوبة فعلي مسؤوليات كبيرة وقد فكرت بإحضار حاكم جزيرة جالبات معي ليشرح لكم هذه المشكلة التي نحن بصددها ولهذا أطلب منحي دقائق من وقتكم لتروا بأنفسكم إن جالبات جزيرة صغيرة معزولة في قلب المحيط وهي جزيرة قابلة للتمدد بشكل خاص هل ليس كذلك سيدي؟ هذا صحيح سيد سيدريك كانت جزيرتنا جالبات مغطاة بنباتات من النوع الصنغي أتت عليها صواعق طبيعية وبقوة رهيبة وطمرت أشجار الكوتشوك ومع مرور الوقت تحولت المادة التي خرجت من الشجر المطمور وتحولت الأرض التي نسكنها إلى تربة قابلة للتمدد ومطاطية الأرض كلها أصبحت مطاطية وأخذت حجارة المباني تتأرجح وأصبحت المباني التي نسكنها تشبه بورد بيزا المائل وليس هناك شيء واحد متماسك كل شيء مائل ويتأرجح شيء يدوخ العقل لا نستطيع الحياة ونحن نتأرجح دون توقف كم نتمنى أن نحيا حياة هادئة مستقرة إنها لمتعة أن نتمكن من الجلوس على صخور لا تتحرك وأكثر من ذلك علينا إعادة أصم الخرائط لجزيرتنا شهريا لأن الأنواج تغير باستمرار تقوم جزيرتنا وهذا شيء قليل بالنسبة لمعاناتنا في جزيرتنا يبدو أنها مشكلة ضخمة سيدي لكنني واثق من أن جريسو وفوم سيتوصلان إلى حل مناسب أقترح أن ينشئوا معامل لإنتاج العلكة إن طرائفك جاهزة عزيزي فوم ليس لدينا الوقت أحضرت معي تذاكر السفرح لموافقة لحظة 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 إلى أين هذه ليست معاملة يطلبون من السباح عبر المحيط ولا يعطون أحزمة أمان دبا لهذا هذا روعك يا أبي سأنسى رغبتي في أن أكون رجل إدفاع إذن لماذا تضع هذه الخودة؟ لأنها تجلب لي الحظ والحظ نحن بحاجة له في هذه الرحلة أيها القمطان اضطربنا من جريبات سيبعت من الكوشوب إن المرفع قد تغير مرة أخرى الضار الجماعي انتظار أرأيتها يا عزيزي جريسو لا ندري إذا كان بإمكاني أحد أن يوصولوا إلى الشاطئ إنه شيئا معيق إذا أراد هؤلاء أن ينزلوا إلى الشاطئ لنذهب بالطائرة إذن إنك لن تفهم ما يجري عندنا هذا هو مطارنا الرئيسي آه إنه كبير في هذا المطار الكبير لا يمكننا استكبال طائرة صغيرة بعد أن ينفذ الوقود قبل عملية الهبوط وكيف يمكن الهبوط نواقود؟ هذا شيئا غريب طبعا إننا نهبط فوق المهبط المتحرك وإذا كان المحرك يعمل في الطائرة وهي تهبط فإن الطائرة سترقص كالكرة وستقلع ثانية هنا القاعدة المطار البريدي أسمعك جيدا حاول هنا الطيار هل المطار جاهز؟ المهبط جاهز وحاول الهبوط وبرفق خفض السرعة حتى الصف سرعة حتى الصف فرغ الهواء من جهاز الهبوط الجهاز فارغ من الهواء أقفل جهاز الكوابح العوائية جهاز الكوابح مقفل نسمح لكم بالهبوط اهبط برفق ونحن مستعدون تماما شكرا لكم جاهزوا الإسعاف سيدي إذا أطيتني حرية التصرف فإنني سأساعده حتما حسرا تفضل لن تساعده بالنار أليس كذلك؟ دعني منك يا جريسو نحن نعاني كثيرا وأنت تعلم ذلك دعني أؤدي عملي كما أريد ها؟ هنا القاعدة هل تسمعني؟ أجب أسمعك جيدا سنقوم بتجربة هبوطا اضطراري دعني أصل المقدمة والباقي سأتكفل به هل فهمت؟ أنت جاهز فور؟ جاهز أيض الطيار؟ نعم جاهز حسنا ننتبه ننتبه هبوط مريح شكرا لك يا فهم شكرا لك لقد أنقذتني آسف لنصف الطائرة لا تقلق يا عزيزي لو هبطت وحدي لكانت الأضرار أكبر سأصلحها فيما بعد نعيش فور نعيش فور نعيش فور إن أباك له طريقة طريفة جدا في الهبوط بالتأكيد إنه فاذ ولكنه عنيف حسنا أيها السادة والآن سأسير معكم إلى بيت الضيافة الرئيسي ولكني أطلب منكم السير بهدوء وبخفة بجر أقدامكم ببط اتبعوا إرشاداتي ولا تقوموا بحركات خاطئة هذه هي الطريقة الوحيدة للتنقل يا سادة النجدة النجدة أوقفوني ما هذا إنه التعس الذي دفع بقوة إلى فوق أكيد إنه قفز فوق إحدى الدرجات بقوة ولن يتوقف عن القفز المسكين ولماذا لا يلتصق بالأرض لأن ذلك مستحيل وإذا منعه أحد فسيقفز مثله أنا لها يا سيدي سأريك كيف أنقض ها هو ها هو شكرا لك يا سيدي شكرا جزيلا لو لا شجاعتك لما كنت لأنا على قيد الحياة شكرا لا داعي أنت تبالغ كثيرا أبي أنا لنا أن نتصرف بلطف ونعومة كان بإمكانك إنقاذه دون كسر النافذة يا بني إنقاذ حياة بشرية تساوي أكثر انظروا إلى استاد الرياضة الرئيسي لقد حاولنا مرارا تثبيت الأرض وتقويتها ورغم كل الجهود بقيت غير متماسكة ولهذا لم يتمكن أبطالنا من الحصول على موافقة الاتحاد لممارسة حتى القفز العالي إيه إلى أين سيذهب؟ لا تحف عليه ولا تقلق لقد أخذنا كل احتياطاتنا لإنقاذه وماذا سيفعل هذا بعدته؟ إنه رائدنا في الوثب العريض يا سيد فوم لطيف ولكن لماذا يضع هذا الحزام؟ انظروا جيدا عرفتم الآن لماذا لا يقهر؟ إنه صعب جدا أن يقفز ومثل هذا الوزن فوق ظهره منهم هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ إنهم يتنافسون على سباق أربعمائة متر حواجز الصعوبة في منعهم من القفز فوق كل الحواجز مرة واحدة ولكنكم تفكرون ومشغولون يا سيد جريسو أليس كذلك؟ لا 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 كنت أتساءل فقط من أين أبدأ أبحاثي سيدي كم الساعة الآن؟ يوما ما سأهديك ساعة أعطني مهلة يا أبي أكاد أنتهي يمكنني أخيرا أن أؤكد لكم بأن أبحاثي أثمرت وأن مشكلة العربات ستحل بتركيب قواعد لمن سميه مقاومة انظروا ها هي تجربة إذا وقع أحد صدفة مثلا وهذا ما لا أتمناه فقد اخترعت له قبعة تمنعه من السقوط وتبقيه معلقا هكذا وليجعل هبوط طائرات أكثر سهولة يكفي منذ الآن أن تدبر مدرجا أو مابطا مائيا له قوابح زيتية كهذه شيء مدهش فإن بإمكان الطائرة أن توصلنا بالعالم الخارجي أقترح إذا إنشاء شركة للملاحة الجوية وسيأتي السياح من العالم ولكني وبمساعدة أبي يمكنني أن أعلن لكم بأنه قريبا ستحل مشكلة التربة إذا أردتم اتبعوني هذا الجهاز الثاقب يمكن بوسطته فحص التربة في العمق ونأخذ عينات وسنتمكن من تخفيض عدم تماسكها وتمددها غريسو ألتشم رائحة الكبريث هذه هذه الجزيرة ستكون مركزا علاجيا وقد وجدت فيها مغارة تصلح لقضاء الإجازات تعال سوريك إياها نعم أبي ها كم هي عميقة من هذه الجهة تذكرني بمغارتنا كمان مشتاق لرؤيتها أعتقد بأنه يوجد بيترول تحت نعم إني عشم رائحة النفط ما لطيف ماذا لو أشعلنا نارا يا جريسوه لا طبعا لا نحن بجوار خليطا من غازا شديد الالتهاب سيكون خطر خطرا جدا شرارا هل أنت حزين يا ولد؟ أبدا يا أبي بعد أن هذا البترول قد تفجأت وسيسجل المحافظين على البيئة ما هذه الكارثة أي غبي هذا يتكلم عن كارثة انتظر قليلا وانظر حولك فإنك لا ترى سوى البترول الذي يذيب الكاوتشوك وإنه سيقصب كل الأراضي إنك قد وصلت إلى حل أمثل مشاكل هذا البلد يا ولد انظروا يا أصدقائي الأرض أصبحت صلبة إننا لم نرد نقفز أبدا آه يا إلهي كم هو لطيفا وجميل أيها المواطنون بفضل تدخل هذان التنينان فإن بلدنا بدأ أخيرا يرى النور وقد طلع ومنذ الآن أصبحنا نملك مصدرا للطاقة إن بئرا للنفط قد تفجر لكل هذه الخيرات علينا أن نقدم الشكر الجزيل لسيد جريسو الصغير ووالدي فوم الكبير كل رحلات كلها تنتهي بنفس الطريقة لن أقبل مطلقا في الإطفائية إذا لم أغير طبع الملتهب يا بني يا بني خللنا المشكلة نحن رائعون عذرا عذرا إنني أحمل هدية للسيد جريسو من قبل أهالي جليبات هل تسمح؟ آه إنها هدية لي إنه مركب من الكوتشوك كمراكب الإطفائيين آه 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 ما قد أتى في وقته لأنني سأصبح يوما ما رجل إطفاء ربما بحارا إطفائيا حبّ أرحب توقف يا جريسو كفاك رشا إنها لعبة بلها هناك رطوبة كافية في الجوف ولا حاجة لزيادتها أرجوك يا أبي دعني أتدرب على استعماله حتى يحين موعد التحاق بالإطفائية ستصبح إطفائيا يا عزيزي جريسو فقط عندما تنبت أسنان الدجاج بذلك هترتكب خطأا فادحا عزيزي فوم آه سيد سيدريك هل أتيت لتبشرني أنني كلا ولكنني جئت لك بدعوة شخصية لمؤتمر الأمن العالمي موضوع المؤتمر سيكون في أحدث الوسائل التقنية لمحاربة دمر النار أشكرا سيد سيدريك سأذهب في الحال أهم إلى اللقاء يا أبي إلى اللقاء يا أبني انتبه خاصة أن لا تبلل قدميك هذا يضر بصحتك لا تقلق يا أبي إذا احتجت لأي شيء اذهب إلى عمك حجر النار هذا عنوانه إنه أخي الأكبر شركة حفر جميع الأراضي جبال المغارة الصخرية فهمت هل عم يعمل هناك؟ نعم أعتقد أنه مهندس في الشركة لا تنسى أن تبلغه تحياتي الحارة جدا حسنا أبي إلى اللقاء في الحقيقة لا أعرف أين يسكن عمي إنه الغنوان دقيق ولكن إلا أرى مغارات في هذه المنطقة يا إلهي هذه لوحة سجل عليها شركة الحفر لصاحبها حجر النار أطرق الباب حسنا سأطرقه أفضل صباح الخير عمي أنا جريسو جريسو كم أنا سعيد برؤيتك ماذا تفعل في منطقتنا؟ لقد دعيت إلى مؤتمر الإطفائيين نقابيين الإطفائيون ولكن ما أهمية هذا المؤتمر؟ إنه يعلمنا مثلا كيف يمكن فتح ممر لإنقاذ المحجزين بين جدرانين من الإسمنت المسلح ليعتقدون أن هذا اكتشاف مهم نحن التنانين نذقب الجدران منذ بداية البشرية دون حاجة إلى آلة أهذا صحيح؟ طبعا صحيح إني عجب كيف لم يعلمك أبوك ذلك بعد كنا نقض بعدة مباريات وكان الفوز لمن يقطع حجرا أكبر هذا رائع أرجوك علمني أعلم أولا أنه باستطاعتنا أن نحطم المادة ونفتتها أيضا كما تفعل القنبلة الذرية تماما بفضل آلاتنا الثقاقبة لك تزدر موجات بكثرة في بعض الظروف أنا أجهل ذلك كيف أتفرف؟ بسيطة وسهلة هناك معدنان الأول هو الزينك والثاني هو الألمنيوم إن هذان المعدنان مهمان جدا في عمل البطاريات الكهربائية انظر إلى هذه ولكي تنجح المعادلة الكيميائية أضف إلى ذلك الأسيد الكبريتي انظر نجح لقد أصبحت بطارية كهربائية أرأي يمكنك أن تقيس قوتي آه ألف وولت انظر إلى عيني عمي أنت أقوى من أبي لن ترى شيئا بعد أنا أتحكم بقوتي بشد قرني أو بترخيته حسب مقاومة المادة إني أعمل بواسط العين وأحاول نظري إلى نوع من أشعة الليزر أنا أقوم بهذا العمل إذا طلب مني صحر المواد الصلبة كما أنني أشق الصحور الصلبة ألو ألو مرحبا العام تنين نحن لم نتوصل حتى الآن إلى قص مادة الجرانين سأصل في الحال أين أنتم في القاعة رقم 12 قطاع رقم 4 عسنا حسنا أنا قادم سأصل في الحال تعالا جريسو ستحكم بنفسك على الخدمات التي نؤديها للناس الذين لا يتحملون مصاريف العمال ماذا يفعل أصدقائكم؟ يقومون بمشاريع وحسابات وأعمال مختلفة ما وصلنا؟ مرحبا أين الجدار؟ من يكون هذا الصغير؟ إنه ابن أخي جريسو هل هو موضع ثقة؟ بالتأكيد هو كذلك المسافة عشر أمتار وعمق الحفرة ثمانية عشر سنتمترا سأباشر العمل حالا هيا أحسنت يا حجر النار إن أعملك لجدير بثنان أنا ممتن لك جدا والآن يمكنك الذهاب فنحن سنقوم بالعمل ونتكفل بالإنجازات الأخيرة إنجازات؟ سوف نقوم بصقل الرخام أليس كذلك يا الأصدقاء؟ هيا يا جريسو سنعود إلى البيت عمي هناك شيء غير الرخام في المغارة سأشرح لك ذلك إذا كان الأمر يهمك قد يحصل أن نجد في تلك الغرف وراء الرخام أشياء غريبة وغير متوقعة مثلا منذ أسبوع وبالصدفة وجدت علبا معدنية مليئة بالعقود والأساور وكل أنواع التفاهات التي لا نفعلها أليست هذه العلب تفاهات يا جريسو؟ ولكني أشك فيما تقول يا عمي ماذا تشك فيما أقول؟ لماذا يا عزيزي جريسو؟ عمي يبدو لي أن هؤلاء الأصدقاء الذين تقدم لهم المساعدة من النوع الذي يثير الشكوك يجب أن تكون حذرا جدا يا عمي إن التحقيق بذلك ضروري وبصورة ملحة فهذه البيوت الفخمة والمعارض والبانك البانك الذي يحتوي على كثير من المجوهرات الثمينة كل هذا أنا أعرف جيدا أنه مفيد ومثير للاهتمام يا عمي كما يبدو لي أنه مدروس جيدا وبصورة متقنة غدا سنقوم بزيارة المركيز بومبادور إنها غنية جدا لقد اشترت أكبر حجر ياقود في العالم هذه السيدة لا تفارق أبدا جوهرتها الثمينة هذه حتى عندما تنام أما باقي مجوهراتها فتبقى دوما تحت الحراسة لقد فهمت الآن ما الذي يحصل يا عمي يجب أن نذهب إليها أنا وأنت إن الحجر الذي سنعمل عليه هو سريع العطب ولذلك عليكم أن تكونوا أكثر حذرا سأنتبه لذلك حسنا هذا ما أتمناه ولا نطلب منكم السلطة التام حتى نهاية العملية ونجاحها طبعا هيا يا حجر النار ابدأ العمل سأبدأ الآن انتهيت والآن أنزلوا الرافعة وبيهدوء المادة اللاصقة انفعوا الرافعة هيا أبعدوا الرافعة الآن لقد أحسنتم عملا جميعا وشكرا لكم شكرا لكم وشكرا لك يا حجر النار أمي ألا تعتقد أن أصدقائك جماعة من اللصوص؟ لصوص؟ لماذا؟ كيف لماذا؟ ألم ترى كيف سرقوا ياقوتة المركيزة أمي؟ إنها ليست ياقوتة يا عزيزي جريسو القطعة من الزجاج وقد فعلوا ذلك بكل مطف دون أن يوقظوا المركيزة من النوم إن أصدقائي فعلا مطفا ولكن أنت لا تدرك أنه في يوم من الأيام ستطورت معهم بالفعل وينتهي بك الأمر إلى السجن سجن؟ إنهم يوزعون ما يأخذونه على الجمعية الخيرية هذا ما يفعلونه يوزعونه على بائعي المصروقات يألكم من سزج كيف يا جريسو؟ أرفض سماع هذا؟ لا أسمع لك أن تفتري على أصدقائي إنهم أناس شرفاء حسنا لا تغضب عمي عمي ماذاك؟ أنا تعب جدا يا جريسو كنت منهم كنف التفكير بعمل الغد فأخطأت في كمية الدواء التي يجب أن أتناولها فأصبت بصداع شديد في رأسي أخذ خطر؟ لا تقلق عزيزي سأنام قليلا ربما ساعدني ذلك على التخلص من هذا الصداع سأرتاح الآن استرحي عمي فأنت مريض جدا سأقوم أنا بتكملة العمل لا بأس شكرا شكرا عزيزي ألو نعم؟ ألو أنا لا فوش ألو أنت حجر النار؟ إنه تحت تأثير المهدئات أين حجر النار؟ كيف سنقوم بالعمل؟ آه ستعنح لمكانه ولكن قولي أين أنتم وسأتي إليكم بسرعة شديدة يا سيدي نحن في الديليز رقب ثمانية تعال بسرعة وهذا؟ آه هذا رائع ألو الشربة كل شيئا على ما يرام آه أنا جريسو لقد تأخر التنين الصغير ويجب أن يني العمل بسرعة سيدي هؤلاء الشباب لم يعد لديهم قدر على العمل آه قد أتايت كان يجب أن تأتي قبل ذلك تعال بسرعة لا تضيع الوقت هيا إلى العمل هل ترى هذا الخط الذي رسمته في السقف؟ طبعا سيدي رائع رائع أريد منك أن تصلت الأشعة على هذا الخط تماما لا ليس هناك مشكلة اجلسوا على الآن اخفضوا رؤوسكم أغلقوا عيونكم سدوا أذانكم رائع فعليا الآن تنفيذ الخطة أمسك لكم من جرمي المشهور ما حصل؟ أين نحن الآن؟ أنت الآن مقبود عليك يا سيد لابوش حسناً قلوا هؤلاء الرجال حالاً إلى السجن الكبير في المدينة آه لا آه نعم سفراً سعيداً إلى اللقاء إلى اللقاء يا جريسو وشكراً لمشاركتك الثمينة يا صديقي العزيز الله أبداً أنا في الخدمة إذا كنت أفهم جيداً فأنت تؤكد لي سيد سيدرك أن أخي سيكون ملاحقاً لنشاطاته الغير قانونية ولكنهم سيعترفون بإخلاصه أليس كذلك؟ هذا ما سيحصل فعلاً يا فوم ولكنني قمت بالاتصالات اللازمة إنه شيء رائع بالنسبة لكم أما بالنسبة لي لسوء الحظ لم أعد سوى تنين هارم لا تقول هذا يا عمي فلو أخبرت سيد سيدرك عن مهاراتك في حفر الدهليز لا عرف كيف يستغل مواهبك إننا ننشئ قطاراً سنكون بحاجة إلى أنفاق كثيرة أنا متأكد آه فكرة رائعة يا جريسو حزيزي حجر النار سأرسل بك إلى الطرق والجسور أنا جاهز لأي شيء يا سيد سيدريك شكراً لك وأنا ألن أصبح رجل إطفاء سيدي؟ حسناً سنعود ولا تكلم بالموضوع أعلى قد فهم دائماً نطلب من جريسو أن يفعل ما يعجبه غيره ولكن ما يعجبه هو لا هناك مركبة فضائية تتجه نحو المركز لا تقلق أنا أعرف عنها الهليكوبتر التي ننتظر ستصل في الوقت المحدد لن تتأخر بعد أخوكم إلى الطائرة في الأعلى عارفوا عن أنفسكم هل تسمعوني جيداً؟ أسمعك جيداً أخوكم أنا الطيار برجعن بلا صوتي هك في لتعرفني حسناً أيها الطيار يمكنكم الهبوط الهليكوبتر ستكون هنا خلال لحظات هذا هو الرجل رجل المواقف إنه عزيزي فهم أهلاً وسهلاً بك يا سيد سيدريك أهلاً بك يا فهم لقد توبيد القوة وطوال الطريق والطائرة تهتز وتهتز وتهتز ماذا تقصدون بمهمة سرية؟ ادخلوا كي نتناقش ليس من الحذر أن نبقى في الخلاء لن أتحرك قبل أن تفسروا لي أنصحك أن تطيع الأوامر السيد فال هو المسؤول عن الأمن ومكافحة التجسس ماذا؟ وما هي مكافحة التجسس هذه؟ ماذا؟ أفهموني ماذا يحدث؟ أهلاً يا أبي كنت أنتظرك أغرب عن وجهي يا ولد نحن فصيلة التنين لن نتحالف مع الذين يتعاملون مع العدو أبداً أي عدو يا أبي أنا لا أتعامل مع رجال الأطفاء بل مع هؤلاء هذه هي الحقيقة يا فوم لقد دعونا جريسو إلى المركز ليتابع تمارين رجال الفضاء ولكن كل هذا يجب أن يبقى سراً ولهذا تركت مغارتي وأخبرتك بأنني سألتحق برجال الإطفاء الموجودين هناك ولدي لقد كنت متأكداً بأنه لا يمكنك أن تخون تقليدنا ثم إننا فكرنا بأن وجودك ضروري يا عزيزي فوم لتجربة التي سنقوم بها بسرية تامة أجربتك ليس لها بديل يا فوم لي الشرف يا سيد سيدريك يمكنك الاعتماد على ليس نكون تحت تصرفك في أي عمل تطلبه منا مهما كان صعباً أو متعباً هذا رائع رائع إنه مشروع عسكري فضائي من نوع خاص أطلقنا عليه اسم ألف طاحة ألف طاحة؟ إلغاء الطاقة الحرارية إلغاء ماذا؟ لكن الحرارة ضرورية جداً للتنين وإلغاء ويقتله ماذا؟ راء راء اهدأ يا أبي إن النار تضر بالآخرين هكذا إذن فأنت تتحلف معهم وتريدني أن أشاركك في ذلك وأكون ضد التنين ها؟ لماذا تفكر هكذا يا فوم؟ إنها تجربة هالمية العلماء متعبون لا تثر هكذا الحقيقة تختلف عما تعتقد اتبعني أيها التنين هيا يا أبي لتفهم الموضوع هيا هذه الطائرة هي آخر مخترعة في تقنية الفضاء هذا رائع ها؟ أعتقد أنها من النوع الذي يتحرك وحده يا ولد إنها طائرة متقنة تحلق عالياً جداً ثم تعود مرة ثانية وتهبط على الأرض عندما تعود سنحاول أن نتفحص صلابة المواد المؤلفة منها هذه الطائرة الحديثة يسطر على الاحتكاك حرارة قوية تذيب من قار هذه الآلة لهذا اخترعوا ما نسميه بالدرع الحراري ماذا يعني هذا أيضاً؟ من قار الآلة مؤلف من مادة مركبة صلبة وغير قابلة للإشتعال على الإطلاق يوقفل الإشتعال وطلقا لا يوجد مَن بغير أوصف من الإشتعال لا حدا يمكن أن يصمد أمام النار إلا نحن لنأتخرج من إعجουافنا عليكم أن تدركوا هذا جيدا عندي علم بذلك يا عزيزي لقد أخبرنا سيد سيدك عن بطولاتكم أثناء اشتعال باركامبيلي إذن يمكنني القول أن أحسن ذرع حراري هو أنا ستوافق يا أبي هذا كرم منك يا فوم شكرا لكم ولماذا الشكر يا سيد يا أبي لأنك وفقتنا الرأي إن الدرع الحراري الوحيد ذات النتيجة المضمونة هو أنت لهذا أنت هنا في الرحلة التجربية ستكون الطائرة مواجهة لاسلكيا لن نفعل شيئا ستكون على متنها وتتدخل إذا حصل أي شيء طريع عزيزي مهمتك ستكون أن تعمل على أن لا تدمر الحرارة هذه الطائرة إذن في حالة حصول أي شيء طارق سأقوم أنا بفحص المركبة وأنت تخرج منها لتكون الدرع الحراري الوحيد بجسمك الغير قابل للإشتعال لا تقل لي لا أريد لكن لي لم أعد شابا لأقوى على ذلك فرأيت إن مشاريعي دائما مفيدة سننتقل الآن إلى المرحلة العملية الهامة غدا سنطلق المركبة إن الذي يفوق تصوري هو السرية التي تحيط بهذه المهمة لقد عرفت طيلة حياتي بالتكتب لذلك لن أقول كلمة واحدة ولن أثق بالغربة إنما نخافه يا أبي وبصراحة سرقة التركيبة تركيبة أية تركيبة تعني؟ تركيبة المعادن المركبة التي يتكون منها من قار الكاف أربعين من الواضح أنها ذات نتيجة فعالة لكنها لم تخضع ورل تجربة على الموقع وإذا جاد التعبير فهذه المركبة ستنقل الناس في يوم من الأيام مقدمتها لا تشتعل لا توجد مادة لا تشتعل أنت لازلت تشك أنظر هذه عينة إنها تقاوم كل درجات الحرارة يا أبي أنظر كل درجات الحرارة؟ سوف ترى أنظر ما سأفعل توقف هيك والنار ستحرق كل شيء أنت على حق يجب أخذ الحذر هيا تعال معي تعال الآن وقد ابتعدنا سأحول هذا المركب إلى عجينات تريد ان تقوم ليس كذلك سنعتمد كل الأمكانيات اقتنعت اقتنعت؟ اعترف أنني على حق ولولي مرة واحدة لا تتدخل اثناء الرحلة إلا إذا حصل شيء طارئ الجيش سمي ذلك قوة الاحتياط هل اوضحت تقول الاحتياط انا لم ابلغ بعد سن التقاعد يا ولد ساعود لانا الى مغارتي لن تراني معك بعد هذا اليوم ولن اساعدك ابدا لا يا ابي لقد وعدتني لقد وعدت تحت تأثير القوة وبالاكرا لن اتفق ابدا حتى في رغبتي ان اصبح رجل اطفاء ولكن سأصبح رجل اطفاء ها 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 تريد ان تصبح رجل اطفاء انت تحلم سأشعلك راديو تونتون يتكلم استعدوا ستبدأ الرحلة فليأتي ابطالنا يا سيد سيدري جاهز للاقلع اين فهم لقد ذهب ذهب الى اي الى مغارته لقد فرع عندما فهم ماذا يجب ان يفعل لم انجح في ان اعيده لا لا هذا غير معقول سنتابع انا ايضا غير قابلا للاشتعال هذا خطر جدا عليك ان وجودي ليس الا من باب الاحتياط مركب المعادن نتيجته مضمونة انا متأكدا جدا من هذا جريسو على حق في البدء كانت الفكرة تقوم على 2 واحد فكرة وجود ابي كانت فكرة انا حسنا حيا اصعد للمركبة الانطلاق شاشة المراقبة انه فريد روبينسون 10 9 اوقف هذا الشخص في الحال انه يساعد في الانطلاق 7 6 5 4 3 2 1 3 3 4 4 5 5 6 8 10 12 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 32 32 32 32 33 33 34 35 35 36 36 36 37 37 40 40 42 42 42 43 42 43 43 43 44 44 44 41 44 44 46 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 لكي يكون صادقا اعترف بان لي شعرت ببعض الحر هل تريد شيئا باردا؟ نادو رجال الريطفاء لديهم سلج يا لألف بركان اذا اصغيتم له ستحدث كارثة خلال ابضع ثوان سنكون فوق المجمع البترولي دلتا بريمو دلتا بريمو اطلب برج المراقبة هل تسمعني؟ حول اسمعك جيدا دلتا بريمو انت معي على شاشة الرادار استمر بالهبوط التدريجي تمام دلتا بريمو اسمعك جيدا حول امسك المقود من القائد للركاب استعدوا للهبوط فهمنا ولا حاجة للتأكيد علينا نحن هنا في هذا الخندق لنجدة السيد سيدريك من الموت انني افهم هذا مفهوم؟ ابي لماذا تتكلم هكذا دائما المهم حياته سيد سيدريك هنا المراقبة من المراقبة الى غارون هل تسمعوني يا غارون؟ هنا غارون اسمعك دلتا بريمو يقترب على الخط الصحيح حظا سعيدا سمعت سيدي؟ سمعت اخبار جيدة منذ وجودي في هذا الاتون عليك ان تهتم بعملية الهبوط وعليك ان تقوم باطلاق الاشارة حالا سيدي لقد وصلنا ايات مناظر خلابة سننتظر الاشارة اها هي لمنزل فادي بريمان سيدريك اتكلم هل تسمعوني اجب ارجوك؟ تكلم يا سيد سيدريك انا مسغن هل وصلت النجدة؟ هل وصلت النجدة؟ نعم وصلوا اسمعوا الي جيدا ولا تتكلموا الا للاصغر واسموه غريسو مفهوم انتعا غريسو اي نوع من الاطفائيين يمكن ان يصنف من لا يقوم بعمله جيدا؟ اسمي غريسو والقائد بريمان ينتظرني ولكن انت قزم هل بعثوا لي باطفائي قزم؟ لست بقزم انا يا سيد غريسو هل تعلم مالذي ينتظرك هنا يا صغيري؟ طبعا سيدي لا انت لا تعرف شيئا بالتأكيد لقد اتيت لانقاذ سيد سيدريك ارجو ان انجح لا اعتقد انك تستطيع انقاذه وحدك لهذا سيدي لم اتي وحدي لنجدة ماذا لم تأتي وحدك؟ كم اطفائيا احضرت معك؟ اثنان انا وابي اطفائيون اطفائيون دائما اطفائيون لقد هبطت في منطقة اطفائيين يا لا الف بركان اخرجوا من هوناء اخرجوا ا اخرجوا عن وجهها اقول لكم هذه هي البداية ما هذا الشيء الاخضر؟ انه ابي فام تبا 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 ماذا يريد؟ ماذا أريد أنا الذي يجب أن أسألك أخبرني يا جريسو من هذا الرجل العصبي؟ إنه قائد الإطفائيين أبي ولستن أعطني الراجمة انظر إليه جيدا وانظر إلى برميل النفط هناك والآن أرني ماذا يمكن أن تفعل حاضر إذا كنت مصرا على ذلك يا فصيح تبا لم أطلب إليك أن تفجرها فقط أردت أن تقوم بإطفاء البرميل الأول أنت بالفعل إطفائي مضحك إطفائي مضحك إطفائي مضحك أنا تني نقف اللهب وطبيعتي تطلب مني ذلك هذا كثير إن مهلة التجربة قد انتهت هيا أغرب عن وجهي سنأخذ وقتا لنشرح لك بماذا يمكننا أن نفيدك سأتكلم فورا لسيد سيدريك ستتحدث إلى السيد سيدريك السيد سيدريك إنه في الداخل إنه سجين داخل النار ولا أحد يستطيع إخراجه حيا لنتحرك أبي لا لا تتحركوا أنا لا أثق بكم أبدا أبدا يكفي هذا لقد ملأت الدنيا صراخا يجب أن علمك أول درس تعال معي هيا هيا الدرس الأول ليس صعبا يكفي أن تحرك جناحيك بهدوء انظر المنظر جميل من فوق ليس كذلك انظر إلى النيران لسنا في حفلة يا أبي اتبعني يجب أن نحدد مكان سيد سيدريك داخل النيران لقد انقطع الاتصال معه ندخل ونسأله إذا هو لنرى أود أن أشاهد هذا العرض الجديد لحظة واحدة لتشاهد العرض إذا خرج سأجعلك تأكل الخوذة التي على رأسك هل فهمت أيها المتقاعد؟ حسنا أخرج حتى أكل الخوذة كما قل موافق يا كابتن حضر نفسك لأكبر عملية سوء يخضمن في حياتك أبوك متهور لا ليس متهورا إنه ثنين مدهش انظر إليه إنه يبحث عن سيد سيدريك بين النيران أليس مدهشان؟ إن هذا الجدار الناري يمتد بطول عشرة أنطار على الأقل أنا يمكنني أن أمر لكن هذا صعبا على الآخرين وفي أعلى اللهيب تكون النر قد شكلت قبة العملية تظهر على أسوأ ما يكون وفي داخل هذه الحلقة من النيران لا يمكنه أن يتنفس لا يمكن أعتقدوني شاهدت شيئا أنا سيدريك سيدريك يطب القاعدة بريمان الوضع ماساوي يا صديقي أرجوك أن تجيب أرجوك بريمان سيد سيدريك ها؟ سيد سيدريك فهم أين أنتم يا فهم 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 أنا هنا يا سيد سيدريك أطق سحار عليك هنا سيدي حيث يقوم هذا الطائر الضخم بإنقاذنا؟ نعم أعتقد ذلك بدأت أفلقه جدا يا عزيزي فهم أين جريسو؟ إنه بعقائد الفرقة كنت واثقا أنكم ستأتون يمكنكم الصمود نعم ولكن ليس طويلا هؤلاء الإطفائيون الشجعان فشلوا في إخراجنا من هنا وهذا لم يتوقف منذ أول انفجار حدث في محيطنا والبئر السادس والعشرون كان ما لا يزال مشتعلا عندما وصلنا والسيد سيدريك كان يقوم بجولة تفقدية أنذاك فجأة توالت الانفجارات في محيط السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين وكانت قوة الانفجار قد أصابت السيد سيدريك لم يكن يستطع الرد على الراديو فطلبنا الإسعاف وبعد ذهاب رجاله أختت الانفجارات تتوالى حتى أصبحت تشكل حلقة الشيء الذي حمل السيد سيدريك أن يحاصر ضمن حلقة من النيران قطرها 1500 متر والهواء أصبح غير قابل للاستنشاق اللهيب المجاور أخذ يخفف نسبة الأكسوجين هناك مشكلة كبيرة إن جدار النار قد ارتفع بشكل لا يسمح لأي أحد بأن يجازف أو اجتاز لكن المنظر هناك جميل للغاية النيران ترتد نحو المركز وتشكل سقفا لا يمكن اجتازه قوة الانفجارات أصبح الآن ضمن فر من الحرارة وماذا سنفعل؟ هذا ما أجهله ولكن التكنولوجيا الحديثة تقول يجب توجيه الرياح إلى مصدر النيران بواسطة الديناميت بوم ولكن في هذه الظروف لا يمكن تطبيق هذه الطريقة كيف يمكن وضع الديناميت قرب مصادر النيران الرئيسية فهي ستنفجر قبل أن تصل إلى المكان المطلوب يجب تفكيره باختراع آخر لكنه السيد سيدريك يا كابتن ويجب أن نبحث عن طريقة لإنقاذه من هذا الفرن إن السيد سيدريك ليس وحده المخاصر إن عصرة من رجالي معه رجالك مشكلتك أنت أنا هنا لأقذ السيد سيدريك الموت يهددهمهم أيضا ولا يهدد السيد سيدريك فقط أنا سمتساون هنا على هذه الأرض وليس هنا كفر إذن تفضل أنت يا صاحب الخوذ وأرني ماذا ستفعل لإنقاذهم إن هذا الكلام موجه لي إنك تهزأ من قدراتي حسنا سأريك الآن كيف سأتصرف مفهوم يا كابتن الكباتن إذا لم تتمكن من ذلك ستمسح أحذية كل الفرقة وستقشر لهم البطاطا يوبي وجدتها لقد كنت دائما أسمع بأن النيران تأكل النيران فإذا وجهنا عاصفة هواء ساخر نحو النار فإنها ستختفي أبي سيطير فوق الدائرة المحترقة وسينفخ بكل قوة لدفع النيران بعيدا حتى يسمح لنا بالتدخل لنجدة الجميع بواسطة الطوافة هذا هو الحل الوحيد دعونا نجرف حل معقول جريسو معقول هنا القائد بريمان هل تسمعوني يا سيد سيدريك سنبدأ عملية الإنقاذ حالا أجب سيدريك أسمعك جيدا بريمان أسرعوا لإنقاذنا انتظروا بضع دقائق فقط ستبدأ عملية الإنقاذ انتظروا الطوافة انتظروا الإشارة انتهى أرسل الإشارة إقلاع ممتاز سنكون عند الهدف بعد ثلاث دقائق أرسل إشارة لفوم قطعت بقبولي نجدة الجميع كل هذا لأحصل على عدد أكبر من الأوسمة آه رائع لقد حان الوقت لمجه المنقذين لقد قررت أن ألقذ السيد سيدريك والإطفائيين لكني سأتصرف كما أريد سترى يا كابتن انتصاري ولكن الانتصار لا يعني أن أفقد حياتي طبعا رائع أبي رائع كنت متأكدا بأنك لن تترك هذه المهمة سألتحق بك خفا انظروا يا أصدقائي انظروا هذا جريشو أدع من المرة الأولى أحس بخوفي الحقيقي فرقة الإنقاذ فرقة الإنقاذ تاهبوا لا تخافوا انتهى الأمر كيف الحال سي تدرك؟ في أفضل حال لقد كنا في أتون من النار وقد ألقفتنا يا عزيزي جريشو الحاجة أم الإختراع كما يقول المثل هيا بنا انطلقوا أنتم إلى القاعدة الآن لنعمل إلى إطفاء النيران ها هو صندوق الديناميتابي وفور تسلمك إشارة القائد بريمان اعمل كل ما يطلبه منك أرجوك ألا علي أن أن ننفذ كل الأوامر نتمينا في عمري ليس علي أن يتلقى الأوامر من أي إكان سأتصرف حسب طريقة أنا أبي أبي أجبني أرجوك لا تخاف جريشو خفت كثيرا ماذا سنفعله الآن؟ سننعشه بالماء هيا إطفائيون حمقا لقد نفخت كثيرا يا فوم وهذا ما جعلك عرضة للإغماء إنك لا تحب الإطفائيين أليس كذلك؟ ليس تماما على أي حال سأمسح الأهذية وأقشر البطاطا لا لا يا عزيزي فوم لن أفرض عليك هذا بالإكراءة بالعكس من يجرى أن يهاجم وحدة النيران الملتهبة وبهذه الشجاعة يستحق مكافى ليشرف أن أعينك قائدا فخريا للإطفائيين أرجوك منات مين معروف؟ لقد أصبحت مشهورا يا فوم وحصلت على وظيفة الإطفائي قبل جريسو لا يا لعل في بركان ما هذا ما أنت سير بسرعة وأن تقفها كذا اهدأ يا عبي القضية ليست سهلة لن أهدأ إلا إذا أخبرتني إلى أين نذهب سيدمرنا هذا السائق المتهور المهم أن نصله في الوقت المحدد نحن متخفون ما قلت هذا ما يقلقني عندما تقول كلاما لا أفهمه هذا يعني أنك تخفي علي أمرا ما هو يا ولد كلا أطمئن لا أخفي عليك شيئا متخفون يعني ألا يرانا أحد أبدا حضرات المشاهدين الكرام هل سمعت يقول الكاميرا ستنقل لكم يجب أن لا يعرفوا شيئا ماذا؟ ولأي شيء أنا محجوز هنا توقفوا ممنوع الدخول تفضلوا بالنزول تعال يا عبي لو أعرفوا أين نحن أنتم في مصنع سلطة المياه سلطة المياه؟ كنت آثقا بأنهم دبروا لي مقربا وأنت أنت سعدتهم يا ولد قلت لكم أن تنزلوا كيف تجروا أن تأمرني؟ إذن لا يوجد كاميرا ولا أي شيء لنخرج من هنا حتى ولو مزقوني إنه ينفعل ويثور ولكنه سرعان ما يهدأ أين أجد السيد سيدريك؟ في المبنى الثاني خذني إلى مكان قدري موفيه النار لأريح عصابي 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 وصل أصدقائك يا سيد سيدريك يا له من خبر صار تأكدوا من أن جميع الأجهزة جاهزة للعمل انظروا جيدا إذا كان كل شيء مرتبا أنا هنا سيدي أهلا يا عزيزي جريسو أنا الدكتور موليغان مدير الشركة نرحل بك أين فهم؟ بقي في الشاحنة يبدو لي أنه قرب تمديدات توصيل المياه يوجد هناك عامل يضايقه جدا جدا ماذا يعني هذا؟ إنه متوتر الأعصاب وكئيب أنت معتاذ عليه ستتوصل إلى إقناعه يقولون إن هناك معتوه ماذا فعل؟ أرسل بلاغا إلى الصحافة إما أن نخضع لطلباته أو أن يسمم المياه هل هذا معقول؟ إنه عمل خطير ويجب أن نأخذ تهديداته بعين الاعتبار لقد استطاع أن يختبئ في قاعة الضخ التي تعتبر من أهم النقاط في أجهزتنا ولذلك فهي تخضع دائما لمراقبة الفيديو انظر إلى هذا المخطط هنا توجد المحطة الرئيسية للتكرير هنا في الأعلى توجد قاعة الضخ وأنبيب المياه المتصلة مع محطة التكرير والتي تتم فيها عملية تكرير المياه أما هذه فالمضخة الكهربائية التي توزع المياه إلى المستهلكين الأنابيب هنا جميعها مقفلة إلا الأنبوب الأول فهو مفتوح لذلك يخشى أن يضع هذا المعتوء السم في ذلك الأنبوب وهكذا يصبح الوضع خطيرا جدا يا سيد سيدريك وأنت تعرف ماذا يمكن أن يحدث سوف ينتشر السم من بركة إلى بركة حتى يصل إلى النهر هذا مؤكد يا عزيزي المياه المسممة تبقى خطر مئات السنين يا لا الكارثة يجب أن نفعل شيئا لدينا خطة ولكن لا تستطيع تنفيذها وحدك سيساعدك فوم هذه خطتنا نعهد إلى فوم بحفر خندق يصل حتى هذا المكان هناك يقيم بابا عازلا من المعدن ثم تدخل إلى هذا المكان وتوصل الأنبوبين وتلحمهما بواسطة قطعة من الحديد لقد فهمت تريد أن تحول السم إلى مكان يبقى فيه محصورا تماما هذا ما نريد هذا لا يعطي أي نتيجة إنه من غير المعقول أن يتم سريعا فإذا قلب المعتوه المضخة فالضغط سيفجر كل شيء سيدي ماذا تقترح؟ قل يا جريسو سأعمل على طريقتي وسأفعل ما أراه مناسبا لنا جميعا حاليا قررت جعلها هيك العربة هكذا قررت سيمتهي بها الأمر لتختبئ في جراج هل ستفتحون الباب أم لا؟ كيف حول الشاحنة إلى رماد؟ بنفخة واحدة فقط وماذا يريد أن يفعل الآن؟ سأعد إلى ثلاثة واحد اثنان توقف أنت لست على ما يرامل تريدني أن أحرق نفسي لأجل ما تنسعبك يا ولد؟ إنك تقف مكتوف اليدين وتعرض نفسك كأنك تنين في مهرجان يجب أن تحافظي أبي على قوتك لإنقاذ ملايين من الناس وإذا أضعنا الوقت ستكون هذه غلطتك غلطتك لماذا غلطتي؟ لأنك الوحيد الذي بإمكانك أن تمنع هذا المجرم من ارتكاب مأساة أنا إنها ظروف قاهرة ولكن أرجوك لا تكلمني عن المياه أبدا افعل ما تره مناجبا يفهم ولكن أسرع فالوقت يمر بسرعة ولكن بدون تخفي أبدا عندما تمتهي من العمل سنقيم لك حفلة كريم كبير ولكن أرجوك أسرع سنكون في غاية الشهرة هذا ليس جديدا علينا كل الأجيال في عائلتنا قد وصلت إلى المجد والشهرة إنها في دمائنا الآن ماذا أفعل؟ سننزل تحت سطح الأرض تحت سطح الأرض وتسميها شهرة يا ولد عزيزي فهم لكي تصعد عاليا يجب أن يكون لديك القوة وكلما نزلت كلما صعد بك المجد لطيف لم يفكر بهذه التفاصيل حالما تحفر الممر تعد مكانين تضع فيهم الديناميت عندما يجهز كل شيء تقوم بعملية التفجير بوسطة هذا الصاعق وعليك أن تكون حذرا يا جريسو هذه هي المرة الوخيدة التي يكون فيها العمل مسلل ألان سأحفر لان أعزان المشاهدين ما زلنا نتقصى المعلومات دون الوصول إلى نتيجة ما زلنا نسمع أصوات غريبة كذلك نشتم رائحة حريق رائحة الحريق تتزايد إلا أننا لا ندري أعزان المشاهدين ماذا يجري في الداخل ماذا أفعل الآن؟ ستتبع كل التعليمات التي سيعطيك إياها جريسو يا فهم سيلتحق كل مننا في عمله حظا سعيدا ولكما أيضا خذ معك قطعة الحديد هذه يمكن أن تستعملها كحماية هيا نلقي بأنفسنا في النار اسمعني جيدا ضعها على هذه الصخرة على أن يبقى مجالا بين الجدار والباب حسنا وبعد ذلك بعد ذلك سأمر من هذا الباب ولن يفتحه أحد قلت لا أحد أبي ستنتظر باتمئنان لا تفعل شيئا حتى أنت هي من عملي من السهل أن تقول لي انتظر باتمئنان لن أترك ولدي وحده في هذه الحفرة لا يهمني أنا ظل متخفيا أنا هنا وسأبقى هنا هيا بنا أنت تعرف ما عليك من عمل سأراقب العمليات على جهاز الفيديو حسنا سأترككم لم يبقى سوى خمس دقائق هنا سيد سيدريك أنا في المصعد هل ستستقبلوني؟ هنا موليغان نحن جاهزون عندما تصل إشارة من جريزو سأخبركم سأرشل المصعد لك فورا يا عزيزي أيها المشاهدون الأعزاء لم يصلنا حتى الآن أي خبر ولا نعلم ماذا يحدث في الموقع كل ما هناك أننا اكتشفنا حفرة كبيرة في الساحة لا أسمع أي صوت وهذا يقلقني ترى ماذا حصل الآن لولد الحبيب أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام عزيزينا المشاهدين الآن أقف فوق الحفرة وسأبقى حتى يتوضح لي سر رائحة الكبريت التي تنتشر منذ وقت واضح أنني أمسكت رأس الخيط ولن أفلته قبل أن أعرف حقيقة ما يجري آه أخيرا لقد وصلت إلى الأنبوب رقم واحد هذه هي الإشارة هنا موليغان هل تسمعوني؟ أجل أسمعك يمكنكم الذهاب الآن هيا هيا أمسكوا بسرعة بسرعة لقد نجح جريسو معه السم لقد أنقذ المدينة ها ها هو المخالع أمسكنا بك كان جريسو على حق بالنسبة لخطورة قلب المضخط الرئيسي يا إلهي ماذا أفعل؟ من الضروري أن أعرف الآن ماذا يحدث في هذا النفاق؟ إني أسمع صوتا يثير التساؤل أغلقوا المضخة سنحاول تفجير الديناميت لتسكير الحفرة أغلقوا المضخة طلصوا لي من هذه النفاق ريالة ألف مركان لو كنت أريد الاستحمام نفعلت ذلك في مغارتي ماذا حصل يا فوق؟ فتحت النفاق فحصل ما ترى وأنت هاي هذا حمام خاص انزل ولكن أين سيذهب الآن؟ الصعد وأسأل لا أنا مرتاح هنا لا تقلقوا أصدقائي له أجنحة هل رأيتم هذا؟ منظر نفورة ذكرني برجال الإطفاء استخدم الأجنحة لم يستخدم أجنحاته ولكني سأصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء رجل إطفاء رجل إطفاء ماذا تقول يا بني؟ في الحقيقة يا ولد إن هذه المناظر تهجبني بالرغم من أنها تغيرت هذا التطور ويجب أن تتطور أنت أيضا وذلك بوضع نارك في سبيل خدمة البشرية أنت صغير جدا على هذا التفكير يا ولد انظر إلى هذا المصنع يبرهن لك أنني على حق نعم أراه إن نظري لازال بخير باستطاعته أن يعطي حرارة تفوق بقوتها الحرارة التي يعطيها جميع تنيني العالم اضحك اضحك هلم تسمع أبدا بعد بالمفاعل نووي؟ ما لا سمعت به ولكنني لا أعرفه شخصيا هل لا قلت له أن يمر لأراه ونقيم معا قدراتنا؟ أبي لست متأكدا من نجاحك كل شي على ما يرامى يا أسادة سدرك بانتظاركم صباح الخير يا سيدي تبدو مشغولا جدا اليوم لقد رسلت بطلبك يا جريسو لأننا نعاني من صعوبات كثيرة أنا أتكلم بالنيابة عن أستاذ بلوزجون المسؤول عن تشغيل المصنع لا يهمني ذلك أين يختبئ السيد نووي؟ صباح الحير أيها السادة هذا هو الأستاذ بلوزجون سيد المركز النووي عزيزي فوم هذا الذي يتفلسف ويقول إنه يعطي حرارة عشرة أضعف معه إنني لا أفهم ملاحظتك يا سيدي عذره يا أبي لقد فهم كل شي بالعكس الأستاذ رجل علم كبير ليس جسمه الذي يعطي الحرارة بل مركزه ليودي أن أعرف ذلك عزيزي فوم ليس هناك إنسان نووي بل هناك قوة نووية يستعملها الإنسان هل فهمت ذلك؟ إن أهم مصادر الطاقة في يومنا هذا والذي يحتاجه العالم أجمع هو الكهرباء وهو الذي ينتجه مركزنا ولكن المشكلة هي كيفية تشغيل المحركات الكبيرة التي لا تدور بسهولة كالنوعير لا تستهزي بيا هذا أنا أعلم ما هي النوعير وأعرف كيف تعمل حسنا إننا هنا نستعمل قوة البخار التي تفوق قوة إذا أردت أن تغلي ماء في وعاء فكيف تفعل؟ إن هذا ليس معقدا أسخن الوعاء وتحرقه كعادتك؟ وكيف نغل الماء إذن يا فصيح؟ تخيل أنك في وعاء مليء بالماء تسخنه وبعد قليل تحول الحرارة كل الماء إلى بخار يا إلهي إنك تحول أن تخلط كل شيء في رأسي مرة تكلمني عن النوعير ومرة أخرى تكلمني عن الماء أنت مزعج ما هذا يا ولد؟ لا أحد ينوي إزعاجك يا فوم اهدأ يا عزيزي إن مصدر الطاقة اللازمة موجود في السخان في نفس المكان يوجد الوقود النووي الذي هو على اتصال بالماء والبخار يصل بواسطة أنابيب إلى المحركات مرحبا نعم حسنا لقد وصل الصحفيون يا سيد سيدريك افعل المستحيل لكسب الوقت أقدم لكم أيها الأصدقاء التنين فوم التنين فوم التنين فوم الذي يقرأ الله لا يكب المركز النووي هل أنتم من مؤيدي إنتاج الطاقة بواسطة الذرة؟ أجل هل أنت كلمني أسمو جدك أيها التنين أهدأوا أبسطوا إلي جميعا احترموني أرجوكم هدوء أطلعاني سيد سيدريك على سر لقد دعينا إلى هنا لهدف ما زلت أجهله بود لو توضح لي الأمور ما الأمر يا أستاذ؟ العملية سرية لقد حان الوقت لإطلاعه على الحقيقة سيدي إن مصادر الطاقة هي ذات أهمية رئيسية في استقلال الأمة هذا المركز النووي هو نقطة استراتيجية لذلك فإن قوة معادية سيكون لها مصلحة في تدمير المركز قل بصراحة ما المقصود؟ والآن اسمحوا لي أن أتكلم أمامكم بمنتهى الصراحة أيها السادة نعم؟ ماذا؟ يؤسفني أن أعلن أن هذه الكارثة قد حلت فعلا إن أليكس بلوسيون العميل السري العدو قد أدلى باعترافات خطيرة يجب تأجيل الافتتاح إذان غير معقول ولكن لدي فكرة نشغل المفاعل النووي وكأن شيئا لم يكن وفي الوقت المناسب نعلم الصحافة بأننا نجرب أجزة الأمان بعد العطل ولكن عندما يعطى الإنذار سيكون العطل قد حصل فعلا في هذه الأثناء نكون قد قبضنا على الفاعل بالجرم المشهود وإذلك تدخل أنا وأبي لنقوم بما تطلبونه منا اسمعوني جيدا عند الضوء الأحمر يكون ذلك دليلا بأن الدماغ الإلكتروني قد سجل عطلا ما لكن ليس من المفروض أن نعرف ما يقرره الدماغ الإلكتروني إن واجبنا إذن هو أن نتحقق من إمكانية تصليح العطل في الوقت الذي يسمح به قسم الصيانة الضوء الأخضر هذا يعلمنا بمكان الفاعل مما يدعون للتحرك بسرعة وهذا يعني أن تغادروا القاعة فورا حيث تنتظركم الشاحنات في الخارج في حالة استنفار عميل سأعرف أنا كيف أتدبل أمره إهدى عزيزي سنحفظ السر أنا وأنت وسيد سادريك عدني بأنك ستحتفظ بهذا السر الخطير يا عزيزي فوم أعدك الإشارة الحمراء الإشارة الحمراء ذهر سريء ذهر سريء فتشوا عن العطل حددوا مكان العطل أمامنا الساعة وربع يبدو أن لا أحد منهم يقلك لقد حدد العطل لقد توقفت إحدى المضخات الأولية التي تغذي المحرك شغلوا مضخة التغذية الاحتياطية انذر آخر الوقت يمر بسرعة وهناك عطل آخر عطل آخر يا أستاذ إلى دماغ الإلكتروني أين يوجد هذا العطل لقد توقفت دماغ الإلكتروني ماذا؟ انذار لكل العاملين انذار لكل العاملين كونوا جميعا في حالة استنفار لقد تأخرنا ثلاثة دقائق على الموعد المحدد للتصليح أعرف كنا نتوقع عطلا واحدا بينما يوجد ثلاثة بالتأكيد الدماغ الإلكتروني معطل هل نوقف كل شيء يا أستاذ لننتظر بضعة دقائق عند الانتهاء من فحص كل شيء أطلعوني على النتائج التي تتوصلون إليها سيد سيدريك أرجو حضوركم جميعا إلى قاعة المراقبة هل طلبتنا يا أستاذ تحققوا بأنفسكم إننا نقوم بعملية ميؤوس منها كما تعلمون هناك عطل في السخان النووي هذا هو العطل الرابع تأكد من ذلك من سرعة لم يبقى سوى سبع دقائق لا يمكننا فتح الباب أستاذ اعملوا جهدكم يجب أن يفتح هذا صعب سأتدبر الأمر أنا وأقوم بهذه المهمة هيا فعل ذلك لحظة لا تدخل مبنى المحرك ماذا يحدث أيضا؟ أنا متأكد بأنه قد حدث تسرب في الداخل وقد تخطط الإشعاعات المنطقة الخطرة ماذا يمكن أن نفعل إذن؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ انتظر هناك وسيلة أعطي ثوب نقائيا لفوم بسرعة ثوب لفوم؟ من الغباء حقا أن تضيع الوقت بهذه القصة السخيفة سأدخلها كذا إذا لزم الأمر فأنا لا تهمني هذه الإشعاعات أبدا لا تتهمس أبي نحن نجل إذا كان التنين يتأثر بها أم لا إذا لم يكن هناك ثوب على قياسه فلنجرب الثوب الإشعاعي المضاد ولكنه لا يزال في طور التجربة ليس لدينا الوقت لتكملة التجربة أنت الرئيس هنا أيها التنين اتبعني وتحمل عناء الدخول سيكون جاهزا بعد لحظات المادة الوقائية ستغطي جسمه كله ويكفي قليل من الماء والصابون لنزعها أعتقد أن أبي سيتركها على جسمه طويلة أيها التنين يمكنك الخروج الآن ما هذا؟ أنا لوني زهري زهري يا للعار يا للعار تمن لكم هذا لم يحدث من قبل تلؤون جلده هكذا ليس من باب الصدفة نداء 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 يرجى الانتباه تحضروا للخروج بهدوء إخلاء المكان سيتم بعد ثلاث دقائق فلنسرع إذن ليس لدينا متسع من الوقت هيا أبي أنفق أنفق بقوة تولو كنت زهريا سأخلع هذا الباب بكل قوة فأنا فهم رائع لقد نجحت فلندخل بسرعة لا أستطيع أن أنزل بسبب ثياب الوقائية لا تهتم تعال لا أستطيع أن أرتفع أنا أحاول وأدفع قدر استطاعتي فأنا لست تنين السرق ادفع ادفع أكثر سأصل قريبا انتباه لم يبقى سوى تسعين ثانية سأذهب لأرى الشاحنات أنا أذهب قرب الباب هذا السرق يشبه السينما وأنا أحب السينمائيين جريسو يتكلم أيها الأستاذ لقد وجدت مكان العطل تهانينا هذا عمل جيد جريسو أوقف المحرك حالا حول حاضر لقد توقف ارفعوا حالة الاستنفار أشعلوا الضوء الأخضر انتهت التجربة حول سأتصل حالا بالصحيفة ماء والصابون أبدا وتبا أنا لا أستعمل هذه المواد المضرة بالجلد سأستحم في بحيرة الحمام الملتهبة تبا للصحافة والصحفيين كيف سأخرج بهذا الواضع ولا تستطع أن تقول لماذا تحول لونك لقد عدى بحفظ السر فلا تقلق إن شجاعة التنين تفوق بقوتها أي طاقة نووية أليس كذلك يا عزيز الأستاذ ولكني أخشى أن لا يعود إلى لونه لم يبقى لك يا أبي غير الماء والصابون من الأفضل أن تسكت أن تسكت يجب أن تسكت يا الماء والصابون كيف يعود لي أنا لا أهزع إنك تعلم جيدا أنني أفكر في المستقبل وسأصبح إطفائيا سأصبح رجل إطفاء سأصبح رجل إطفاء ايه كم كانوا محفظين أولئك الذين عرفوا الشاعر دانتي لقد قرأت كل مقطع من كتابه الجحيم موبيو سيناكون دليلا جيدا لتعريف كل قرئ به ليكون وقعيا علي أن أحال على المعاش اسمع يا جريسو عليك أن تقدر هذا لقد تأثر دانتي بأجدادنا ففي إحدى المقاطع يظهر لي أنه قد تعرف في الأتون على رماد جدي شيء غريب ها سأتوقف عن قراءة أي سطر بعد الآن ما هذا الدخان أبي أنظر لقد نجح اختراعي فأصبحت أتنفس جيدا ولم أعد أعطس أبدا أنك لا تطاق برقية للسيد كريسو تقول البرقية أن عليك التوجه فورا إلى ستوديو سينما كاليدونيا لتسلم قسم مكافحة الحرائق أنا مسرور بذلك وهذا يسمح لي أن أجرب القناعة اذهب إذن هكذا سأريح بالي وأعصاب من أفعالك يا ولد أبي تعال معي نصائحك ثمينة جدا لدي أبدا أنا تنين شريف محترم يقدرني الجميع لأنني أخذف النهب أرفض أن يخجل مني أجدادي إن أنا تورط بهذه الورطة معك ولكن أبي إذا كنت قد كلفت بمكافحة الحريق فلأن في هذه السينما يوجد حرائق كما هو الحال في أتوني الشاعر دانتي المنطق يقول أينما وجد الإطفائيون وجدت النيران وهذا ما يقنعني نحن متفقان إذن هيا أنا سعيد جدا بقدومك يا عزيزي جريسو كنت أنتظرك بفارغ الصبر لأعرفك إلى المخرج السيد مكادم مؤلف القصة سيد جان فاترو بطل الإنتاج السيد جيرار منغوي الذي سيقوم بدور نيرون والآن سأدعو سيد مكادم يقول ما لديه إن الفيلم الذي أخرجه عن نيرون حرق روما والذي ينتجه السيد سيدرك يصور في عدة ديكورات أكثرها معد للحريق إن الديكورات في السينما مصنوعة من الخشب والكرتون وفي حال حدوث حريق يمكن للنيران أن تحدث كارثة لذلك فقد فرضنا وجود إطفائية أثناء بدء التصوير نحن مسؤولون عن تأمين الأمن والطمأنينة وأنت يا سيد جريسو عليك أن تفعل شيئا عندما تدعوك الحاجة المأسة لذلك إني أتشرف بهذه الثقة الكبيرة سيدي عزيزي جريسو إن سبب انتقائك من بين الكثيرين يعود للثقة التي بيننا لسنوات عديدة لنبدأ باختصار التعليمات الأمنية منع التدخين في مكان التصوير سأكون مستائن جدا من عدم التقاير بالأوامر حذاري من المدخنين الذين يرمون بعقاب السجائر بنزين؟ من الذي وضعها؟ سأرفعها حالا هيا 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 ارفعوها لا لا أحد هنا سأضع مكانها الماء ومن كان سيتصرف بحمق سيكون هو الخاسر على ماذا تحتوي هذه الصناديق؟ صواريخ؟ إنه فيلم عن نيرون نعم أستاذ والمكان مليء بالبنزين سنصور هذا المشهد من المكان الكبير اسمع يا عزيزي كوكو شيء مهم عليك أن تكون على أشد ما تكون عليهم البلاغة أثناء أدائك لهذا المشهد شكرا لك ولا تقلق أيها المخرج عندما تأمر بالتصوير سنشعل النار استعداد سنبدأ التصوير مخرج العصبي المزاج يطلب مني أن أكون ممثلا وأن أشعل النيران دون مساعدة أحد حسنا لأمثل يا حبيبة القلب ما هذا؟ عاجبا البنزين لا يشتعل كوكو من فعل هذا؟ لا أعلم الوعاء مليء بالماء ماء؟ من فعل هذا؟ من المسؤول عن هذا؟ أنا سيدي وضعت هذا البرمين ماذا ليس في مشكلتي عليك أن تجهز جميع اللوازم لتكون صالحة بعد عصر دقائق نيرون إلى أين؟ أنا هنا ولا داعي للصراخ أبدا ستكون في الصف لمشهد العرض هذا مناسب لي ستمثل دور نيرون وهو يستعرض الجماهير التي ستتراجع عند مرور العسكر الذين يمشون أمامك ستبقى جامدا كتمثال هذه مواصفات شخصية هل تفهم هذا؟ تصوير توقفوا إشارة منوع التدخين؟ من علق هذه اللوحة هنا؟ إنها خطأ تاريخي خطأ خطأ أنا يا سيدي إنها أول تعليمات الأمنية الواجب اتباعها إذا أردنا أن تدارك الخطر من عقاب السجائر حسنا لكن لا تعلقها هنا سأعلق هذه التعليمات اهتم أنت بعملك أنا عملي عمل فنان وأعرف عملي أنا هنا ليكون رأيي مسموعا وكلما كنا نعمل بأمانة كان أفضل سننتقل إلى مشهد محاكمة جوبيتر أريد أضواء أقوى من الأضواء الطبيعية أسهم النارية أريد صواعق تنزل على الخائن هل أنتم جاهزون؟ أين الميكانيكي؟ جاهزون لقد وضعنا القشة مع المفرقعات لنقوي مفعول الصوت والأسهم النارية هي في يد جوبيتر كل شيء جاهز كما ترى سيد المخرج رائع أخفض الأنوار أريد إضاءة ليلية هدوء تصوير يا جوبيتر الرائع إذا كنت تعرف بأن هذا الرجل قد ألسقت به الخيانة أرسل على رأسه الصائقة وإذا كان بريئا من التومة الموجهة إليه فحافظ على رأسه فإننا ناهد بذلك لعدالتك المهودة ما هذه الصوريخ التي انطلقت أريد أن أعرف ماذا يحدث هنا ماذا يحدث انظر إلى هذا لقد أفرغوا البرودة من المفرقع هذا عمل الإطفائي الغبي لقد كنت أراه يدور حول المفرقعات بسبب هذا الإطفائي يعد التصوير لثالث مرة أعتقد أن العمل يسير بشكل جيد أليس كذلك يا ماك آدم العزيز سيكون أحسن إذا تصرف هذا الإطفائي بشكل واع أكثر كن صبورا أكثر إنها المرة الأولى بالنسبة له هل أفضل أن يكون لدينا إطفائي متشدد بدلا من إطفائي مهمل علينا أن نرتاح الآن هيا هيا لا تكن عصبية المزاج كاكريس لماذا تصفنها كذا يا ولد بسبب هذا المخرج الغبي اختوري على البارود إنه لا يعرف حتى القواعد لحماية الحرائق لا تعقدها يا بني سوف لن أفتح فمي أبدا ولن أتدخل إلى في حال حدوث حريق أو ظهور دخان أبي انظر هناك شيء يحترق لنذهب بسرعة هون عليك يا عجيزي ماك من هذا الأحمق الذي يتسلى بهذه المزحة بالتأكيد إنها إحدى أفعال كريسو أعذروني لقد رأيت دخان يا تعالى قلت إن هناك حريق وتعلمون حتى السيجار يمكن أن يعمل حرائق أنا آسف كريسو كريسو إنهم يطلبونني لتأمين الحماية ويتعجبون عند تأدية عملي بشكل صحيح فقد بدأت أشعر بضيق من هذا العمل لماذا جلبوا هذه الفيلة الضخمة ومهمني أنا حسنا أمل أن لا يقص هذا الفيلم قصتها نبال وإلا لكان علي أن أنظف وأمسح مئات الأميال لقد قررت أن أبدأ التصوير الآن ولكن هل ترون أن هذا البركان يشبه بركانا ثائرا أنتم عدموا النظر وفاشلون لقد استعملنا أكثر من مئة طن من الكبريت وكثيرا من أطنان الفحم الحجري ضع المزيد من الديناميت أريد بركانا وكأنه بركان طبيعي بدون خدع أفعل ذلك صحيح يا فوم لماذا لم أفضل ذلك من قبل إنها فكرة رائعة أنت الذي بإمكانه تأمين دور البركان لا أصدق هذا مستحيل كيف لا تصدق هذا وكيف مستحيل سأريك بركانا ثائرا بنفخة واحدة فقط هدئ روعك يا فوم تعال معي الآن اليوم ستكون بطل التصوير يا فوم برهن لهؤلاء الهوا كيف يمكن أن نعمل بركانا حقيقيا برهن لهم ذلك يا عزيزي سأريكم أنا كيف يكون البركان إن دورك دور بركان بدأ يثور فجأة ويقضف حمامه فعليك أن تنفت بالدخان وبعدها باللهب الكثيف هل فهمت ذلك يا فوم؟ هل فهمت ذلك؟ هذا عملي يمكنني أن أخرج بعض الهدير أيضا بنفس الساري لوردتم هذه هي اللقطة يا عزيزي هكذا سيكون المشهد كأنه طبيعي يستحق جائزة الأسكار عندما تبدأ بهذا العمل يا ماك آدم سيدهشك يا فوم ابتعدوا إنه مرعب وممتع هذا ما كنت أحلم به مع أطيب تمنياتي أنت عبطني يا فوم شكرا لك سنصور فورا إذا أمكنك أن تقوى البركان أكثر قليلا زده قليلا يا فوم زده قليلا لا أسمع ما ذا قال زده قليلا يا فوم لا تزد قوة البركان كثيرا يا عزيزي كلما زاد كلما أصبح خطيرا إنه فيلم من أفلام الكوارث وليس كبقية الأفلام العادية يا عزيزي سيدريك فوم ضاعف كمية الديناميت هذا هو مفتاح الرائع التي سأخرجها بحياتي لم أصور مشهدا مخيفا كهذا كما تريد يا ماك كل في مكانه إننا نصور استعداد كاميرا هيا يا فوم يا إلهي سيسقط علينا هذا البركان ناذي رب لم أقصد هذا أبدا لم أقصد أنه يشتاه دعونا نخرج من هنا لا داعي للدار هدوه هدوه ما الذي يجري أليس لدينا ما في هذه الـ سأذهب لأحضر ابني غريسو غريسو إنهم يحترقوهم تحت البركان ساعدهم أرجوك جهز المضخة جهز المضخة ولكن هذا ليس عملي دعنا من حساسيتك أنت أطفائي يا ولد وليس عليك أن تتراجع أمام أي خطر مهما كان أتعتقد هذا؟ طبعا طبعا يا ولد يا إلهي جريسو أني شخص أنا قادم هالا 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 ها ها هنا يا ابني بطل شكرا جريسو أنقذت حياتنا شكرا لإنقاذنا يا جريسو اعترافا منا بجميلك أيها الإطفائي البطل أمنحك هذا الشعار تفضل؟ شكرا الفضل لأبي بذلك شكرا يا إلهي الآن وقد أصبحت رائض الإطفائيين يا ولد علينا أن نعود إلى المغارة هيا أبدا سأصبح رجل إطفائي أولا يا أبي ماذا ترهدو يا ولد لما لا أعمل في الإطفاء هذا عمل فيه على أرجوك أبي لا 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 هناك حريق هناك حريق في البلد ما دخلك أنت يا ولد أحب الخير أحب الناس أسعدني هذا الأحساس هل ستوافق يا أبي على ماذا يا ولد أن أعمل في الإطفاء ضد الشمر وضد الشر مع أن الطلب سكيب سوف أكتر التطعن في الأمر ها 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 أحبك يا أبي إلى اللقاء إلى أي له ولد ترجمة نانسي قنقر